الموجب في قواعد اللغة العربية لسعيد الأفغاني رحمه الله تعالى تقدمه شبكة الكافيف العربي مقدمة إن عشرين سنة قضيتها أشرف على المناهج وتطبيقها في علوم اللغة العربية إذ كنت أشغل كرثيها في جامعة دمشق مع قيامي فيها بتدريس النحو الصرف ثم انتدبت لتدريس هاتين المادتين في الجامعة اللبنانية وجامعة بيروت العربية وكنت خلال ذلك على اتصال بمناهج هذه المادة في الجامعات المصرية والعراقية ومفتوى خريجيها إنك لذلك جعلني موقنا بأمرين واحد ناقصا يعد يقبل في هذا العصر عرض القواعد فالجامعات دون مناقش ما تستمد إليه من شواهد لأن الشواهد أوح تلك القواعد تطفي عليها حياة ومتعة وأصالة وعلى هذه المادة في الجامعات أن تكون ثقاف شواهد أكثر مما هي ثقاف قواعد اثنان ناقص لم ينجح وضع المصادر القديمة التي ألفت لغير هذا الزمان في أيدي الطلاب أول ما يستقبلون تحصيلهم الجامعي فلا شرح شذور الذهب ولا شرح ابن عقيل على الألفية ولا أمثاله ما قامت بما توخي منها إذ كانت جميعا إحدى حلقات سلسلة كان يتدرج فيها طالب العلم قبل مئات سنين أما اليوم فيدرس الطالب الثانوي مادة القواعد العربية في كتب حديثة خفيفة يراعي فيها تسسل مخالف للتسسل القديم وأثاليب حديثة متطورة لم يعهدوا هالناس من قبل لذلك تبطررنا ناقص بعد تدريسنا في هذه الكتب بعد الوقت ناقص أن نرفعها من أيدي طلابنا في السنة الجامعية الأولى على الأقل وأن ننخل مادتها ونفرغها في أسلوب حديث سهل مناسق بحيث يستوعد الطالب مادة العلم ويتذوقها بعد أن كان يشقى باشتغاله بحل عبارة المؤلف عن هضم المادة نفسها حتى إذا ملك هذه المادة في السنة الأولى أو في السنتين الأوليين وضعنا بين يديه ما شئنا من كتب القدماء في السنتين الثالثة والرابعة وقد اشتد عوده وأحاط علمه بأكثر محتوياتها مضروبه في مضروبه في مضروبه في كنت على أن أسك مع طلابي في لبنان كنت حمدت أثرها في جامعة دمشق أجعل بحوث المنهاج شركة بيني وبين الطلاب ألقي عليهم بعدها على نفسق مختار ويحضرونهم عليه بقية المنهاج في مصطويا وسط بين مواد كتابيني قواعد اللغة العربية لحصني ناصف وجامع الدروس العربية لغلاليني مع عناية بالشواهد ليست في الكتابيني فيكتسبون بذلك مهارة في التمييز بين الخطوط العريضة الأساسية لبحث ما وخطوطه الثانوية فيستغنوا عن تفاصيل وتفريعات لا يضرهم تأخير العناية بالصحيح منها إلى مرحلة قادمة لكني فوجئت بواقع يختب كل الاختلاف عما قدرت لي أن أكثر الطلاب في لبنان إما موظفون وإما منتسبون لا يستطيعون حضور المحاضرات لتفرقهم في بدان شتى يتعذر عليهم البحث في مصادر متنوعة واستخلاص بابد منها تفصل على الخطة المرسومة مما جعل طبع كتاب ملائم لهم أمرا لا مندوح عنه جريت في تفصيل مواد الكتاب على خطة غير بعيدة فعنيت بالشواهد وانتقيتها بليغة من عيون كلام العرب في عصر الصلامة تنمية لملكة الدارس وتوسيعا لآثاقه في إدراك أحوال أمته لكون هذه الشواهد مصودة أحوال مجتمعات أصحابها أفتق تصوير تصويرا لا نجده ناقص بهذه الدقة والصفاء ناقص حتى في كتب التاريخ نفسها وهي ما تستوعبت أعود على الملكات من كثير من القواعد المحفوظة والتعليلات المكلفة والجنابة الدارس الأقوال المرجوحة والنذاهب الضعيفة مختارا ما ثبتت صحته على الامتحان ثم رأيت ناقص لطبعتنا الأخيرة هذه ناقص الجمع بين مناهج الجامعات في الأقطار العربية مع إضافة مباحث ناقص لم ينص عليها المنهاج اللبناني مثلا مع ضرورتها مراعى لمناهج بقية الجامعات العربية وليكون بيد المتعلم مرجع متكانل في القواعد العربية نحوها وصرفها وإملائها فلا يفقد فيه شيئا غابان أسأل الله أن ينفع بما أقضى من جهد وأن يجعلنا جميعا من صدنا هذه اللغة الكريمة وأهلا للتشرف بخدمتها وهو حسبنا ونعم الوكيل ستة بالقعدة 1390 هجرية إثنان كانون الثاني 1971 ميم سعيد الأفغاني سعيد الأفغاني سيجد الدارس بعد هذه الكريمة دوابط في مناقشة الشواهد ودرج الاحتجاج بها ومتى تقبل وتبنى عليها الأحكام ومتى تورد بين يدي الدراسة حول الشواهد وقواعد الاحتجاج بها ثلث همزة على العصة واحد ناقص ليست القواعد إلا قوانين مستنضة من طائفة من كلام العربي الذين لن تفسد سلائقهم إثنان ماقص أعلى الكلام العربي من حيث صحى الاحتجاج به القرآن الكريم بجميع قراءاته الصحيحة سند إلى العربي المحتج بهم ثم ما صحي أنه كلام الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه أو الأحد الروا من الصحابة ثم نثر العرب وشعرها في جاهليتها بشرق الاطمئنان إلى أنهم قالوه باللفظ المروي ويا لذلك كلام الإسلاميين الذين لم يشوه لغتهم الاختلاط ثلاث ناقص جعلوا منتصر في المئة الثانية للهجرة في الحدل الذين يضحوا الاحتشهاد بشعرهم من الحضريين فإبراهيم بن هرمة المتوفى سنة 150 هجرية آخر من يضحوا الاحتشهاد بشعرهم وبشار بن برد لأول شعراء المحدثين الذين لا يحتج بشعرهم على متن اللغة وقواعدها وعلى هذا يؤتي بشعر المتأخرين من فحول الشعراء للاستئناس والتمثيل لا لاحتجاج أما في البادية فقد انتدى الاستشهاد بكلام العرب المنقطعين فيها حتى منتصر في المئة الرابعة للهجرة باء أربع ناقص لا يحتج بكلام مشهول القائل زعم بعض النحاء أنه يجوز اجتماع كي وأن على فعل واحد واحتجه لذلك بقول القائل فتتركها شنا ببيداء بلقع أردت لا كيما أن تطير بقربتي وزعم آخر أن لام التوكيد تدخل في خبر لكن كما تدخل في خبر إنه واستشهد لذعنه بقوله القائل ولكنني من حبها لعميد وكل القولين ساقط لا يتني عليه قاعدة فالشاهد الأول مجهول القائل والشاهد الثاني لا يعرف له أول ولا قائل وما بنى عليه ما ساقط خمس ناقص لا يحتجي بما له رواية من أحدهما مؤيدة لقاعدة والثانية لا علاقة لها بها لاحتمال أن الشاعر قال الثانية والدليل متى تطرق إليه الاحتمال فقط به الاستجلال ادعى بعضهم أن الأرض تذكر وتؤنف واستشهد للتذكير بقول عامر بن جوعين الطائل في إحدى الروايتين ولا أرض أبقل إبقالها فلا مذنة ودقت ودقها والرواية الثانية ولا أرض أبقلت إبقالها فإن لم يكن لتذكير الأرض غير هذا الشاهد فلا يحتجي به لأن الأكثر أن الشاعر قال أبقلت اللغة المشهورة المجمع عليها ستناقص تورد الشواهد في كتب أنحاء محرفه أحيانا ويكون موضع التحريف هو موضع الاستشهاد على قاعدة تزعم ولو حرر الشاهد ما كان للقاعدة مؤيد عرصت أن الشاهد على اجتماع كيكوة أن مجهول القائل وبذلك حبطت القاعدة لكن بعده محتج بقول جميل العذري وهو ممن يحتج به بسان ككلمة أن تغر وتخدع فقالت أكل الناس أصدحت مانحا وبرجوعنا إلى ديوان نطلع على الرواية الصحيحة وهي لسانك هذا كي تغر وتخدع فالرواية التي احتج بها محرفة في موضع الاستشهاد نفسه وإذا لا صح للقاعدة المزعومة فالواجب تحرير شاهد والتوثق من ضبطه في مضنة صليمة قبل البناء عليه سبع ناقص كما يفيد الرجوع إلى الشاهد في ديوان صاحبه إن كان شعرا يفيد الرجوع إلى مصادره الأولى إن كان مثلا لمعرف ما قبله وما بعده فكثيرا ما يكون الشاهد الأبطر داعية الخطأ في المعنى والمبنى زعم بعضهم جواز مطابقا ألفاء المتقدم لفاعده المتأخر في الإفراد والثميع والجمع فأجاز قول جاء الطلاب واحتشى بحديث في موطأ مالكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة في النهار ولا غبار على الاحتجاج بالحديث البتة ولكننا حين رجعنا إلى موطأ مالكة وجدنا للحديث أولا وهو إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة في الليل وملائكة في النهار وإذن لا شاهد صحيحا على قاعدتهم المزعومة تماني ناقص ينبغي التفرق بين ما يرتكب للضرورة الشعرية وما يؤتي به على سعة والاختيار فإذا اطمأنت النفس إلى بناء القواعد على أفنس الثاني ففي جعل الضرورة الشعرية قانونا عاما للكلام مثل هو نظمه الخطأ كل الخطأ ادعى بعضهم جواز الرفع بي لم مستشهدا بقول قيس بن زهير بما لاقت لبون بني زياد ألم يأتيك والأنباء تنمي فإذا فرضنا أن الشاعر قال يأتيك ولم يقل مثلا يبلغك يكون قدرتكب ضرورة شعرية قبيحة ولا يجوز الهد أن تبنى قاعدة على الضرورات تسع ناقص المعول في أعمي تحان أو جه الإعراب وترجيح بين أقوال النحا على المعنى قبل كل شيء فهو الذي يجب أن يكون الحكم في كل مناقشة وموازنة وترجيح وإذا دار الأمر بين مقتضيات المعنى ومقتضيات الصناعة المحليات التزمة الأولى دون ثانية في تعليق إذا والظروف الشرطية قولاني قول الجنهور أن تعلق بفعل الشرط وقول غيرهم بتعليقها بجواب الشرط إذا حضرت أكرمك فالجنهور يجعل الظرف متعلقا بحضرت وغيرهم يعلقه بأكرم والمعنى ينص على أن الإكرام يقع عند الحضور لا أن الحضور يقع عند الإكرام وإذا فقول الجنهور لا يؤيده المعنى والصحيح تعليقه بجواب الشرط عشرة ناقص يفضل في كل مقام فيه الأعراباني الإعراب الذي لا يجنح إلى تقدير محذوف في جملة المتح نعم الرجل خالد يجعل البصريون خالد خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو أو المندوح سيكون التركيب جملتين جملة نعم الرجل وجملة هو خالد أما الكوة في اليون فيجعلون خالد مبتدأ مؤخر وجملة نعم الرجل خبرا مقدما من غير تقدير محذوف وهذا القول صواب لإغناءنا عن تقدير محذوف أولا ولأن العرب تقول خالد نعم الرجل ثانيا أحد عشر ناقص إذا ألجأت أحكام الصناعة إلى تقدير محذوف قبل هذا التقدير بشرطين واحد ناقص ألا يلجأ إلى إخلال بالمعنى إثنان ناقص أن يسوّغ التلفظ به دون ركة أو خروج عن الأسلوب العربي المشهور يجعلون لهمزل استفهام تمام الصدار حتى على حروف العطف فلا نقول وأذهبت كما نقول وهلي ذهبت وإنما نقول أو ذهبت لكن زمخ شري زعم في مثل قوله تعالى أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاطبة الذين من قبلهم أن الفائل عاطف في فضر جنتها وأن الهمز داخل على جملة محذوفة وأن التقدير أقعدوا فلم يأسين يأرى وألس وألس لان طا باعين أرسلين يجد ركة في هذا التقدير وبعدا عن البلاغة ووجوب إهمال هذا المذهب لثخفيه هذه أهم الأمور التي سنصدر عنها في دراساتنا ونقضنا للشواهد وما بانية عليها من قواعد وعي الدارس بإتخاذ مذكرة خاصة به يلخص فيها ما نعلق به على كل شاهد من حيث ضبطه ومعناه وموضع الاستشهاد فيه والقاعدة المتعلقة به وقيمته في الاحتجاج على هدى الملاحظات السادقة وهو ناقص في هذه الحالة ناقص غير معافي من بذل الجهد والدراسة الشخصية وإعمال الفكر ولن يجتمع التواكل والدراسة الصحيحة بحال ناقص 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 أسقط بعض العلماء الاستشهاد بشعر عدي بن زيد العبادي مع أنه جاهل لكسهم خلطته الفرس بل إن بعضهم لا يحتج بشيار الأعشى نفسه لذلك مغني اللبيب واحد مقصومه على 199-114 طبع دار الفكر ناقص بيروت الإنصاف في مسائل الخلاف مغني اللبيب واحد مقصومه على 8 يجد الدارس في كثير من مباحث هذا الكتاب أن الشواهد صنفت صنفيني فشواهد الصنف الف همزة على العصى مستوفية شروط الاستشهاد وشواهد الصنف باء لا يحتج بها وعلى الدارس معرفة السبب انطلاقا مما تقدم مباحث الأفعال الجامد والمتصرف أنواع الجامد ناقص أنواع المتصرف ناقص اشتقاق المضارع ناقص اشتقاق الأمر أكثر الأفعال له ثلاث صيخ الماضي والمضارع والأمر مثل كتب وقرأ وعلم إلى آخره فهذه أفعال متصرفة التامة التصرف نقول منها كتب يكتبوا اكتب إلى آخره ومنها ما لا يأتي منه إلا صيغتان الماضي والمضارع فقط كأفعال لاستمرار ما زال ما يزال وما بلح وما يضرح وأخواتهما انسكة ستئة وكادة وعشاكة من أفعال المقاربة وليس من هذه الأفعال في غل الأمر فهي ناقصة التصرف ومنها ما يلازم صيغة واحدة لما يأتي منه غيرها فهذا هو الفعل الجامد فإما أن يلازم صيغة الموضي مثل ليس عسى نعم بيت ماداما ناقصة وكرب من أفعال المقاربة وأفعال شروع وحبذة وصيغتي التعجب وأفعال المتح والذن الآت بيانها في بحث تال وإما أن يلازم صيغة الأمر مثل يب معنى احسب وتعلم بمعنى اعلم فليس لهما بهذا المعنى مضارع ولا ماض ومعنى الجمود في الفعل عدم لازمته الصيغة الواحدة عدم زلالته على زمن لأنه هنا يدل على معنى عام يعبر عن مثله بالحروف فالمدح والذن والنسي والتعجب معاني نعمك التمني والترجي والنداء التي يعبر عنها عاد بالحروف ولذن الفعل حال واحد جعله في جموده هذا أشفه بالحروف وإذا كان قولك عسى الله أن يفرج عنه مشبها لعل الله يفرج عنه ولا يشفه ألفا الجامد الأفعال إلا بذلالته على معنى مستقل واتصال الضمائر به فتقول ليس وليس ولستم وليست ولست كما تقول عسيتم وعسى وعسيتم إلى آخره ومن النحى من يلحق بالأفعال الجامدة قل وكثرة وشدة وطال وقفرة في مثل قولنا قل ما يغضب أخوك وطال ما نصحته وشد ما تعجب للكريمة في موضعها وطال ما تغاضيت والحق أنها أفعال متصرفة وأن ما فيهن مصدرية وساعدها المصدر المؤول منها ومن الفعل بعدها والتقدير في الجمل السابقة قل غضب أخيك وطال نصح له إلى آخره فلا داعي بعدها من الأفعال الجامدة لا في المعنى ولا في الاستعمال التصرف أولا يتصرف الفعل المضارع من الفعل الماضي بأن أناقص نزيد عليه أحد أحرف المضارع الهمزة للمتكلم وحده أو النون للمتكلم مع غيره أو الياء للغائب أو التاء للمخاطبين أو الغائبة مضموما في الفعل الرباعي ونفتوحا في غيره باء ناقص ثم منظر في عدد حروفه على ما يلي واحد ناقص الثلاثين سكن أول هو نحرك ثانية بالحركة المسموعة فيه ضمة أو فتحة أو كسرة سنقول مثلا يكتب ويفتح ويضرب اثنان ناقص أرباعي والخماسي والصداسي إن لن تكن تبتدئ بتاء زائدة نكسر ما قبل آخرها بعد حذف ألف الوصف من الخماسي والصداسي وهو مزه ألقة الزائدة من الرباعي فنقول يدحرج ينطلق يستغثر يكرم فإن بدئت بتاء زائدة بقيت على حالها تشارك يتشارك تعلم يتعلم تدحرج يتدحرج ثانيا يتصرف الأمر من المضارع بإجراء الخطوات التالية واحد ناقص ادخال الجازم على المضارع لم يكتب لم يرني لم يدحرج لم ينطلق لم تستخرج رفقايا لم يتشارك اثنان ناقص حفف حرف المضارع ثلاثة ناقص رد ألف الوسل وهو مزه ألقة التالتين كانت حذفة في ألف المضارع فنقول اكتب دحرج انطلق استخرج تشارك يا هثيقية فعل التعجب شروط اشتقاقهما ناقص أحكام تتعلق بهما ناقص إعرابهما إذا أراد مرؤ أن يعبر عن أعجابه بصفل شيء ما اشتقى من مصدر هذه السفة إحدى هاتين الصغتين واحد ناقص ما أفعله اثنان ناقص أفعل به فتقول متعجبا من حسن حظ رفيقك ما أحسن حظه وأحسن بحظه فتأتي بالتعجب منه منصوبا بعد ألف الأول ومجهورا بالباء الزائدة وجوبا بعد ألف الأثاني واحد ناقص شروط اشتقاقهما لا يشتقاني إلا مما توفرت فيه شروط الصبعة الآتية أن يكون واحد ناقص فعلا ثلاثيا اثنان ناقص ثانا ثلاث ناقص متصريفا أربع ناقص قابلا للتفاوت المفاضلة خمس ناقص مبنيا للمعلومي ست ناقص مستة غير منصة سبع ناقص صفاته المشبه على غير وزني أفعل مثال ما أصدق أخاك فإن ناقص في أركال مغشرة من هذه الشروط توصلت إلى التعجب برك مسترها بعد فغر تعجب مستوفيه للشروط فتالما إنسان ليست سعلا ثلاثيا وكان سعلي غير تام والموت غير قادر للتفاوت وهزل مخصمك مبنى للمشهول والخضرة الصفة المشبهة منها على أفعل فإن أردت تعجب منها قلت مثلا ما أبطف إنسانيته وما أحل كونك راضيا وما أفرع موت المولود وما أشد هزيمة خصمك وما أنظر خضرة الزرع وهكذا ومن الصيغة الثانية للتعجب تقول أطف بإنسانيته وأحل بكونك راضيا وأسرع بموت المولود وأشدد بهزيمة خصمك وأنظر بخضرة الزرع أحكام واحد ناقص لا يبدل إنسان أعجابه بشيء لا يعرفه لذلك لابد في المتعجب منه أن يكون معرفة مثل ما أكرم خالدا أو نكرا مختصة مثل أكرم برجل ينفع الناس فلا معنى للتعجب من نكرا اثنان ناقص في غتاء التعجب إعلان جاندان فلا يتقدم عليهما معمولهما أي المفعول به في الصيغة الأولى والجار والمجرور في الصيغة الثانية فلا يقال خالدا ما أكرم ولا بخالد أكرم وجمودهما مانع أيضا أن يفصل بين أجزاؤهما بفاصل لكنهم تسامحوا في الفصل بينهما وبين معموليهما بثلاثة أشياء بالجار والمجرور مثل ما أطيب ناقص في الخير ناقص مسعك أطيب ناقص في الخير ناقص بمسعك وبالضر في مثل ما أنبل ناقص اليوم ناقص مسعك أنبل ناقص الليلة ناقص بمسعك وبميداء مثل ما أحسن ناقص يا سليم ناقص خطابك وأسرع ناقص يا أخي ناقص بفير العداء وتزاد كان بين جزئي الصيغة الأولى مثل ما كان أجمل جوابك فلا تحتاج إلى اسم ولا خبر ثلاث ناقص يزم الفعلان صورة واحدة على عكس الأفعال المتصرفة فتخاطب المفد والمثنى والجمع والمذكر والمؤنث بصيغة واحدة فتقول أكرم يا هندو بخلق جارتك وأكرم برفيق الأخيك وما أحسن كلامكم أيها الرفاق إلى آخره إعرابهما واحد ناقص معنى الصيغة الأولى ما أجمل خطك شيء جعل خطك جميلا ومعنى ما أبداع صنع الله شيء نسب الإبداع إلى صنع الله وعلى هذا يكون الأعراب ما نكتام بمعنى شيء مبني على السكون في محل رفع مبتدأ أجمل فعل ماض جامد مبنى على الفتخ لا محل له من الأعراب وفاعله ضمير مستتروجب تقديره هو يعود على ما خطك خط مسعول به منصوب الكف مبنى على الفتح في محل جر بالإضافة وجملة أجمل خطك في محل رفع خبر المبتدأ ما اثنان ناقص ومعنى الصيغة الثانية أكرم بخالد يساوي كرم خالد وعلى هذا يكون الأعراب أكرم فعل ماض جامد أتى على صورة الأمر مبنى على فتح مقدر على آخر منع من ظهوره السكون العارض لمجيئه على صورة الأمر بخالد الباء حرف جر زائد وجوبا خالد فاعل مرفوع بضم مقدر على الآخر منع من ظهورها حركة حرف الجر الزائد وإن كان ما بعد الباء ضميرا مثل أكرم به قلنا الهاء فاعل ووضع ضمير الجر موضع ضمير الرصعي بوجود حرف الجر الزائد ملاحظة في أفعال الحب والبغض ألف رقبين لقولك ما أحبني إلى خالد وقولك ما أحبني إلى خالد أن خالد في الأولى هو المحب وفي الثانية هو المحب وأنت المحب تغيير على أفعال ما أحماقه وما أهوجه وما أرعينه الشواهد وأحب ناقص إذا حالت ناقص بأن أتحول واحد ناقص أقيم بدار الحزن مادام حزنها أو سبني حجر اثنان ناقص لله درباني ثلين ما أحسن ناقص في الهو يجاء ناقص لقاؤها وأكرم ناقص في اللذبات الشدائد ناقص عطائها وأثبت ناقص في المكرمات ناقص بقاءها عمرو ابني معد يكرب حميدا وإن يستغني يوما فأجدل ثلاث ناقص فذلك إن يلقى المنية يلقها عروا ابني الورب أربع ناقص أسمع بهم وأقصر يوم يأتونانا مريم تسعة عشر مقصومة على تمانية وثلاثون ربيعة خيرا ما أعثى وأكرم خمس ناقص جزاء الله عني ناقص والجزاء بكفه نسب العلي بن أبي طالبة ما كان أكثرها لنا وأقلها ست ناقص منع طحيتها فقلت لصاحبي عروا ابني أذين سبع ناقص أعزز علي ناقص أبل يقضاني ناقص أن أراك صريعا مجدلا علي ومدمني القرأ للأبواب أن يلجى تمانية ناقص أخذب الصبر أن يحظى بحاجته منه إلياء بين الضل وثم تسع ناقص يمائم يحوز لانا شدنا له العربي وينسب لغيره شدنا الغزال نمى وقوية الضل وثم نوعاني من الشجر ناقص 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 اشتركوا في القناة كما إذا سأيتني كيف سليم فأجبتك ما أحسن وما أكرمه ألي ما أحسنه وما أكرمه جوز حفظ هذا الجار والمجرور إنه وجد في جملة سابقة مماثلة أن عندي أخيك وأكرم أي وأكرم به سمع التصغير في فعلين من أفعال التعجب هما ما أملح وما أحسن والتصغير خاص بالأسماء وعللوا ذلك بشبه ما أفعل باسم التفضيل وليس بشيء إذ لو صح ذلك لطرد في كل الأفعال ولم يقتصر فيه على سماع أفعال المتح والذم واحد ناقص أفعال المسموعة وأعرابها اثنان ناقص الأفعال المقيسة حين تعبر العرب عن المتح والذم تعبيرا لا يخلو من التعجب تصوغ له أفعالا منقول عن بابها لأداء هذا المعنى الجديد على صيحة خاصة لا تتغير ولذلك كانت هذه الأفعال كلها أفعالا جامدة لا مدارع لها ولا أمر وهي صنفان ألف همزة على العطر ناقص أصنف الأول نعم وبئس وساء وحبذا ولا حبذا فأما نعم وبئس ففعلان جامدان مخففان من نعم وبئس وساء أصلها من الباب الأول ساء يسوء وهو فعل متعد فما نقلوه لذم إلى باب فعل جمد وأصبح لازما بمعنى بئس واتزمت العرب في فعل نعم وبئس أن يكون أحد ثلاثة واحد ناقص محليا بيطل الجنسية أو مضافا إلى محليا بها أو مضافا إلى مضاف إلى محليا بها نعم الرجل خالد نعم خلق المرأة الحشمة بل أسبن أخت القوم سليم اثنان ناقص أو ضميرا مميزا مفسرا بتمييز نعم رجلا سريد وساء خلقا غضبك ثلاثة ناقص أو الكلمة ما بكس ما فعل جارك ساء ما كانوا يصنعون والمرفوع بعد ألف ألوى الفاعل هو المخصوص بالمدح أو بالذم إذ معنا نعم الرجل خالد أن المتكلم مدح جنس الرجال عامة وفيهم خالد طبعا ثم خص المدح بخالد فكأنما مدحه مرتين ويعرب المخصوص بالمدح أو بالذم خبرا لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو أو الممدوح أو المذموم وكأن الكلام جواب لسائل سأل من عنيد بقولك نعم الرجل أما إذا تقدم المخصوص على جملة المدح مثل خالد نعم الرجل فيعرض مبتدأا والجملة خبره وأما حب ذا في حب فعل ماض جامد وذا اسم إشارة فاعل والمخصوص بالمدح خبر لمبتدأ محذوف وجوبا تقديره هو ولا يتقدم على الفعل ولا يشترط أن يكون أحد الثلاثة الماضية في فعل نعم سيجوز أن تقول لا حب ذا خليل وإذا اتصل بها فعل غير ذا جاز جره بالباء الزائدة أخوك حبر به جارة باء ناقص الفنف الثاني كل فعل قادر للتعجب يمكن نقله إلى الباب الخامس فعل يفعل إذا أريد منه مع التعجب المدح أو الذم ففعل فهم يفهم من الباب الرابر فهم التفل المسألة أما إذا زاد فهمه حتى صر يتعجب من سرعته وأردنا مدح وقلنا فهم التفل بمعنى أن الفهم صر ملكة فيه وغريزة كابتة لأن الباب الخامس خاص بالغرائز مثل المحسنتين نبلتا فتاتين وإذا أخبر إنسان بثلاف الواقع قلنا كذب في خبره أما إذا صر الكاذب غريز له وما بغ فيه وأردنا تعجب من ملازمته له مع دم وما قلنا كذب والمعطل الألياء ليحول إلى ألوى وإذا نقلناه إلى باب كرم للمدح أو الذم وهي صالح بمعنى صردى هيئة حسنة الشواهد ناقص ألف همزة على العصى ناقص واحد ناقص سأمثلني القوم الذين كذبوا بآياتنا زهير حسام مفرد من حامائل اثنان ناقص فنعم ابن أخت القوم غير مكذب أبو طالب فنعم المرء من أجل كهامي ثلاث ناقص تخيره فلم يعبد سواه الأسود الريفي أربع ناقص من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن يتسال فلغت لأفضل حديث شريفي خمس ناقص إن تبدو الصدقات فنعم ما هي الأصل فنعم ما هي البقرة اثنان مقصومة على مئتان وواحد وسبعون على كل حال من سحيل ومبرم ست ناقص يمينا لنعم السيدان وجدتما زهير السحيل الخيط المفطول أراد على كل حال من سهلي وصعب إذا ذكرت ني فلا حب ذا هي سبع ناقص ألا حب ذا أهل الملا غير أنه ذر ممة وحب بها مقتول حين تقتل تماني ناقص فقلت اقتلوها عنكم بمزاجها للأخطر يسف الخمرة ناقص باء ناقص وفو وتواصوا بالأعانة والصبر تسع ناقص ألا حب ذا قوما سليم فإنهم كلاهما غيث وسيف عقب عشرة ناقص نعم أمرئين حاطم وكعب ولا حب ذا العابل الجاهل أحد عشر ناقص ألا حب ذا عابري في الهوى ناقص 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 ن وحينئذ يلازم الفعل الإفراد مهما يكون المخصوص بالمدح أو الذنب مثل نعم رجلين خالد وفريد نعمة أو نعم طالبات هند ودعد وسعاد بأس أخلاقا الكذب والغدر والغشد فالتمييز حينئذ هو الذي يطابق المخصوص تثنية وجمعا مما استقوف الشروط المذكورة في باب التعجب الصحيح والمعطل تعريف ناقص التغيرات حين التطريف في المعطل والنهموز والمضعف يذكر الطالب أن الفعل الصحيح هو ما خلت أصوله من أحرف العل مثل كتب وأن المعطل هو ما كان أحد أصوله حرف علة فإن كان الحرف الأول معولا سمى مثالا مثل وعد وينع وإن أعتل ثانية سمى أجوى فواوي أو يائي مثل قال يقول وباع يبيع وإن أعتل ثالث سمي ناقصا مثل غزى ورمي فإن أعتل أول هو ثالث سمى لفيفا مثوقا مثل وفي وإن أعتل ثانية وثالث سمي لفيفا مقونا مثل طوى والمهموز ما كان أحد أصوله ماذا سواء كان صحيحا أم معطلا مثل أخذ وأوى وسأل وراء وقرأ وشاء والمضعف ما أدرى مثاني هو ثالث هو المتشابهان مثل شدة فإن قال الفعل الصحيح من أرهمذ والتضعيف سمى ثالما مثل نصر والشيء أرهم هنا معرفة التغييرات التي تعتري أرث عن حين تصريف هو الليكة ثالث همذة على العطا ناقص في المعطل وهو خمس أنواع واحد ناقص المثال الواوي مكسور عين المضارع تحذف وهو في المضارع والأمر وعد يعد عيد والمصدر منه وعد فإذا حثفنا الواوي عوبناها بثا في الآخر مثل عدة اثنان ناقص الأجوف إذا انقلبت العلة في ماضيه أرفا مثل طالة فإن كان من الباب الأول أو الباب الثاني فإن العلة تحذف منه حين يسند إلى ضم الرفع متحرك ويحرك أوله بحركة تناسب المحذوف مثل قمت وابعنا فإن كان من الباب الرابع يحرك أوله بحركة المحذوف مثل خفنة وإذا أصير منه فعل الأمر أو جزم مضارعه حفث حرف العلة مثل قمت ضر خف لم يقمت لم يخف هذا وإذا كان الأجوة صفاته المشبهة على أفعل مثل أعورة أغيط أحورة لم يغير حرف العلة فيه ولم يحذف في الأحوال السابقة مثل عورة وحورة وغيد فنقول لم يعور لم يغيد وكذلك إذا دل على مفاعلة ازدوجه ازدوجنا وما سمعي من الأجوة التصحيح العلة فيه يتزم ولا يقاس عليه مثل أغيمة السماء أعور الصديق استنوق الجمل استثيثة الشاه أغيال أكسل أي شرب لبنم الغيل ثلاثة ناقص الناقص ألف همزة على العصى ناقص ألف الناقص إما منقلب عنوى مثل دعا يدعو أو يعنيها مثل رمى يرمي باء ناقص إذا اتصل الماضي منه بضمائر الرفع داوى الجماعة ويا المخاطبة وكان معتلا بالألف ترد الألف إلى أصلها إن كانت ثالثة دعوت ورميت ورفقا يدعو ورمي ودعونا ورمينا فإن كانت رابعة فصاعدا قلبت يا أن ترامينا بالكرة وتداعينا إلى اللعب وهن يتداعينا أيضا أما إذا اتصل بواوى الجماعة أو ياء المخاطبة فتحذف علته ويحرك ما قبلها بما يناسب المحذوف الرجال ردوا بالحل وأنت لا يتدعينا إلى خير إلا إذا كانت العلى ألسا فتبقى الفتح على ما قبلها كما كانت رفاقك رموكرتهم وأنت تخشي ما أخذها جناقص إذا جزم مضارع ناقص حذف من آخره العلى مثل لم يرمي لم يستتعي لم يرز لم يخشى وكذلك في فعل الأمر ارمي استدعي اغزو اخشى الله بالناقص اللفيس المفروط يعامل معاملة المثال والناقص مع مثل وقي فنقول في فعل الأمر منه قيا فلان وجهك وقو أنفسكم وقينسك يا هندو هجري ناقص اللفيس المطرون يعامل معاملة ناقص فقط ففعل الأمر من طوى أطوي والمضارع لم يطوي أخوك ثوبه باء ناقص في الفعل المهموذ واحد ناقص إذا توالي في أوله همزة ثاني ثانيته مساكنة قلبت مدمج نسا لحركة الأولى مثل آمنت أؤمن إيمانا الأخي أأمنت أؤمن أمن اثنان ناقص حذفوه متى أخذ وأتلى وأم في فعل الأمر إذا وقعت أول الكلام مثل خذ وكل ومر أما إذا تقدمها شيء فيجوز الأمران ومر بالخير و وأمر بالخير ثلاث ناقص حذفوه متى ألا من المضارع والأمر يا خالد ره كما يرى أخوك أربع ناقص وحذفوه متى أرى يوري في كل الصياغ أرى يوري أره الأصل أرى لا يرأي أرأي جناقص في المضعف الفعل المضعف ما كان تعينه ولانه من جنس واحد مثل شدة يشد فيجب إضغامه ما إن كان متحركين كما رأيت إذ الأصل شدد يشدد فإذا أتصل ألسع قلب ظن الرفع متحرك وجب فك الإضغام مثل شددت الحبل والنسو يشددنا فإن سكن الحرف الثاني لجزم المضارع أو لبناء فعل الأمر منه جاز فك الإضغام مثل لم يشدد خالد أشدد يا سليم وجازم الإضغام وحينئذ يحرك آخر أرفع بالفتح لأنه أخاف الحركات أو بالكسر بالتخلص من الساكنين مثل لم يشد الحبل وشده أنت أو لم يشد الجبل وشده أنت وإذا كان عين الفعل مضمونا كما في يشد جاز وجه ثالث هو الضمم اتباعا لحركة ما قبله أما يهد ويفر فلا يجوز فيه ما الضمم لأن عين الفعل فيهما غير مضمونا ترجمة نانسي قنقر 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 أوزان المزيد نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر اوزل نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر والتعليل نانسي قنقر 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 هذا هؤلاء كثيراً جرير ويطابقه للمذكر نانسي قنقر من الطلاب نانسي قنقر من الأسلين نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ويطابقه نانسي قنقر ويطابقه نانسي قنقر نانسي قنقر ويطابقه نانسي قنقر نانسي قنقر صارت صارت نانسي قنقر جعفر جلبه جلبه ويطابقه ويطابقه جلبه 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 اشتركوا في القناة 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 الصفة فرقا بين مذكرها ومؤناتها مثل بائعة صادلة مستشفية محامية وقل أن تلحق الأسماء الجاندة وقد ورد في لغة غلامة وإنسانه وامرأة ورجلة متشبهة رجلي وحمارة وفتاة فإن كانت الصفة مما يختص بالنساء لم يكن هناك فائدة من التاء لذلك عريت أكثر هذه الصفة عن التاء مثل حائد طالق ثيب مطفل ذات أبصل متئم تأتي بالطوائم مربع ولا يجوز أن تدخل التاء هذه الصفة وأمثالها إلا ما سمع عن العرب فقد قالوا مربعة وهناك خمسة أوزان الصفات لا تدخلها التاء فيستوي فيها المذكر والمؤمث واحد ناقص وثن فعول بمعنى فاعل مثل صبور عجوز خنون تقول هذا رجل عجوز ومرأته عجوز صبور اثنان ناقص وثن فعيل بمعنى مفعول إن سبق بموصوف أو قرينة تدل على جنسه مثل طفل جريح وماء قتيل أما إذا لم يكن هناك موصوف ولا قرينة فتدخل التاء لإذالة اللبث تقول في الميدان ست جرحى وقتيلة ولا الحق بذلك وذن فعلي وفعال إذا كان بمعنى مفعول مثل ناقض ضحن هذه الثياب سلب القتيل وسم خصل حميدة فتحفظ ولا يقاس عليها ثلاث ناقص وذن مثل مثل مهبار ومعطار كثيرة تعطر أو كثيره ومقوال فصيح أو فصيحة سمع أمير الأميقانة توقن بكل ما تسمع ولا يقاس عليها أربع ناقص وذن مثل مثل معطير كثيرة تعطر أو كثيره مسكير كثير سكر شبء مسكينة حملا على ثقيرة وقد سمع أمير الأميقانة على القاعدة خمس ناقص نفعل رجل مغشم مقدام لا يثنيه شيء ملاحظة يستوي المذكور والمؤنس في المصابر حين يوصف بها نقول هذا قول حق وتلك قضية حق وإدخال التاء على المصابر خطأ شائع في أيامنا فينبغي اجتناب هو التنبيه عليه باء ناقص الغرض الثاني للتاء السادة الوحدة تلحق التاء أسماء الأجناس الطبيعية مثل شجر والثمر وتامر للتفريق بين الواحد والجن ويقال لها تاء الوحدة مثل شجر والثمر وتمر وقل أن تلحق المصنوعات فمما ورد من ذلك لبن ولبنة سفين وسفينة جري وجرة أجري وأجرة جناقص الغرض الثالث إلا تاء إفادتها المبالغة حين تلحق السفة مثل أنت راو ولكن أخاك راوية الطفل نابغ وأخوه نابغة كذلك ذهي وباقع باء ناقص الغرض الرابع توكيد المبالغة وذلك حين تدخل على أوزان المبالغة تقول هذا علام فهام وذلك علامة فهام هجري ناقص الغرض الخامس مجيئها بدلا من ياء النسب أو ياء التكثير فالأول مثل دماشقة نسبة إلى دمشق فهي كقولنا دمشقيون والثاني مثل جحاجح في جمع جحجاح بمعنى السيد بدل قولنا جحاجيح وزناديق في جمع زندريق وتقابل زناديق وناقص الغرض الثالث مجيئها للتعويض عن حرف محذوف إما عاوضا عن فأ الكلمة مثل عدة أصلها وعد وإما عاوضا عن عين الكلمة مثل إقامة أصلها قوامة وإما عاوضا عن لام الكلمة مثل لغة أصلها لاغو وإما بدلا من ياء المصدر في الناقص من وزن فعل تفعيلا مثل ذكى تذكية أصلها تذكيي إثنان ماقص العلامة الثانية من علامة تأنيث الألف المقصورة إذا دلت الصفة المشبهة على خلو أو انطلاء كانت على وثن فعلاني للمذكري وعلى وثن فعلي للمؤنثي مثل عطشاني عطشي أيان ري جوعاني جوعا شبان شبعي فهذه الألف المقصورة دخلت قياسا في هذه الصغة للتأنيثي وليست خاصة بها بل أوزان الأسماء المنتهية بهذه الألف كثيرة فمن أوزانها؟ واحد ناقص فعلي مثل الأرض الدهية شوعبي اسمي موضع اثنان ناقص فعلي بهمي نكت من إحرار البقول حبلة صفة بشرة مصدر ثلاث ناقص فعلي بردي اسم حيدي حمامار سريع بشكي ناقص سريع أربع ناقص فعلي مضي نجوة غضبي خمس ناقص فعلي خباري طائر ثكاري علادي الشديد من الإبل ست ناقص فعلي اسمه الباطل سبع ناقص فعلي سبطري مشيت بخترة تمانية ناقص فعلي حجلي جمعي حجلة طائر غربي جمعي برباني دويبة منطنة معزي ذكرى ما نوين من هذا الوزن فألفه للإلحاق لالتأنيث مثل عزهي عازف عن له تسع ناقص فعلي هجيري هبيان حسيفي حسة عشرة ناقص فعلي حذري حذرة كفري رطاء الطلعي في زهرة أحد عشر ناقص فعلي لغيزي لغز خليطي اختلاط اثنى عشر ناقص فعلي خبازري شقري نبتاني حذري طائر ثلاثة ناقص الألف الممدودة تقص زيادتها في مؤنف الصفات الدلة على لون أو عيب في الخلق أو الزين مثل أصفر صفراء قاورة عوراء أحورة عوراء كما تقص في جمع فعيد من الأسماء المعتلة الآخر مثل ذكي أذكياء نبي أنبياء إلى آخره وأوزانها كثيرة بالأسماء وصفت منها واحد ناقص فعلاء صحراء إثم رغبة مصدر رغبة طرفاء اسم جمع بنبات حمراء أمثى أفعل هطلاء مؤنف غير أفعل اثنان ناقص أفعلاء أربعاء أنبياء ثلاثة ناقص فعلي لا قرفصاء أربع ناقص فعلي لا تاسوعاء عشراء خمس ناقص أعلى قافعاء نافقاء بابا جحر الضب ست ناقص فعلياء كبرياء سبع ناقص فعلياء ثويراء ثويد خاز مخطط جونفاء موضع نفساء تمامي ناقص فعلياء قرى يثاء نوعي من التم تسع ناقص فعلياء خنفساء عشرة ناقص مفعولاء مشيوخاء جمعي شيخ فالأوزان المشتركة بين الألفين المقصورة والممدودة أربع هي واحد ناقص فعلي سكري وصحراء اثنان ناقص فعلي قربي وجنفاء ثلاثة ناقص فعلي جنزة وجنفاء أربع ناقص أفعلي أجفلي دعوة عمة وأربعاء تنبيه الأعلام أو استفاة المنتهية بإحدى هاتين الألفين ممنوعا من الصرف وما نوين منها فألفه لغير التأنيف شكرا للمشاهدة 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 أعناق، أقفل، أوقات، أثواب، أبيات، أثناد، أفراخ، أفراد، أنجاد، أنهار إلى آخره، إلا وزن، فعدة، فلم يجيء إلا رطب وأرطاب. أما الصفة فلم يسمع منها على هذا الوزن إلا شهيد، أشهاد، وعدو، أعداء، وجلف، أجلاف، فعدو هذا شاب. ثلاثة ناقص أفعلة يجمع هذا الجمع كدث مرباعي ثالثه حرف مد ذا ابن أعمود وأعمدة، ونصاب وأنسبة، وطعام وأطعمة، وحممار وأحمرة، ورغيف وأرغفة، وعدو مثل قفى وأقفى شاب لعدم انطباق الشرط عليه، وسمع فسفة أشحة وأعزة وأبيلة في جمع شحيح وعزيز وذليل. أربع ناقص فعلة مثل فتيه وشيخه جمع الشيخ وهو سماعي. باء ناقص جمع الكثرة وأحكامها للكثة سبع عشر وزناً عدى صير منتهي الجموع. واحد ناقص فعل للصفة المشبهة التي على وزن أفعل، ولمؤنفها الذي على وزن فعلاء مثل أخضر خضر، وأرجع رجاء عرج، وأحور حوراء فور. اثنان ناقص فعل لشيئين الأول الصفات التي على وزن فعول مثل رجل خضور، ورجال صبر، ونأغيور، ونساء غير، وشذ رجال خشن، ونجب جمع خشن، ونجيب. والثاني للأثماء الرباعية التي ثالثها حرف مدولاً تقترن بثاء تأنيث مثل سرير وسرر، وعمود وعمود، وذراع وذرع، وشذة، خشب، وصحف، جمع خشدة، وصحيفة. ثلاث ناقص فعل لمثل غرفة وغرف وحجة وحجج. أربع ناقص فعل مفردها فعل مثل قطع وقطع، وحجة وحجج. خمس ناقص فعل باسم الفعل من الناقص مثل قاض وقضاء، وغاز وغزاء. ستة ناقص فعل باسم الفعل لمذكر عاقل من الصحيح، ساحر وسحرة، وقاتل وقتلة. سبع ناقص فعل جمع بصفة على وزن فعين ذالله على إذا مثل مرضي أو جرحى وتكون أحياناً جمعاً بفاعل مثل هلكي جمع هالك، أو أفعال مثل أحمق وحمقي. تمانية ناقص فعل جمع باسم الثلاثي على فعل أو التفعل مثل دب ببا، وقردي وقردة. تسع ناقص فعل جمع بفاعل وفاعلة في الصحيح اللام مثل راكع وركع ساجد وسجد، وسامعة من المعتلي مثل غاز وغزاء. عشرة ناقص فعال جمع بصفة على وزن فعل صحيح اللام، كاتب وكتاب. أحد عشر ناقص فعال يكون جمعاً لسم مثل جبل وجبال، ولففا مثل صعب وفعاب، ويطرفي. واحد ناقص فعل نسمان صحيح اللام مثل جمل وجمال ورقب ورقاب. اثنان ناقص فعل نسمان غير صحيح مثل ذئبي وذئاب، وذئري وذئار، وظل وذلال. ثلاث ناقص فعل نسمان لا عين هو ولا لام هواء مثل نمحي ورماح، وريح ورياح. أربع ناقص فعل أو الفعلة اسمين صحيحي اللام مثل كعب وكعاب وقفع وقفع. خمس ناقص فعل وفعل صفتين صحيحة اللام مثل طويل وظوال وكرم وكرام. ست ناقص فعل فعلان مثل عطشان وعطاش، أو فعلي مثل ظملة وظماء، أو فعلان مثل ندمان ونبان، أو فعلان مثل خمسان وخماص. وعد غير ما تقدم شاذ مثل راع ورعاء، وصائم قائم وفيان قيام، وجيد وجياد، وبطحاء وأبطاح، بطاح، وقلوس، وقلاص، وأنثى وإناث، وفاصيل وفصال، وسبع وسباع، وطبع واتباع، وعشراء وعشار. اثنى عشر ناقص فعول مثل قلوب وكبود، ويضطرد فيه، واحد ناقص اسم على فعل مثل وعل ووعول، ونمر ونمور. اثنان ناقص اسم على فعل غير واوي العين مثل قلب وقلوب، وليث والوعيوس. ثلاث ناقص اسم على فعل مثل حملي وحمول، وفيل وفلول، وظل ورلول. أربع ناقص اسم على فعل غير مضعف، ولا معطل ألعين أو ألام مثل برد وبرود وجنب وجنود. ومما أتى على غير القيص من هذا الوزن، أسعد وأسود، وشجن وشجون، وذكور، وطلول، وكلها جمع فعلة. ثلاثة عشر ناقص فعلاني جمع للأسماء التي على واحد ناقص فعال مثل غلام وغلمان وغراب وغربان، وصؤاب وصئداني. اثنان ناقص فعال مثل جرذ وجرئذان، وصرد وصرداني. ثلاث ناقص فعال عين هو مثل حوت وحلتاني، عود وعيدان، كوز وكيذاني، نور ونيران. أربع ناقص فعال عين هو مثل باب وذيبان، وتاج وتيجان، وجار وجيران، ونر ونيران. ومما ورد على غير هذا القياس، سنوي وصنوان، وغزال وغزلاني، وخروف وخيرفاني، وضيفي وضيفاني، وصبي وصبياني. أربع عشر ناقص فعالان جمع الأسماء التي على واحد ناقص فعال مثل قضيب وقدبان، وكثيب وكثبان، ورظيفي ورغفان. اثنان ناقص فعال صحيح العين مثل حمل وحملان، وذكرا وذكران. ثلاث ناقص فعال صحيح العين مثل ظهر وظهراني، وعبد عبان، ورقبي ورقبان. وورد على غير القياس مثل جدران، وحدان، ذئبان، رعيان، شجعان، سودان، بيضاني، أوران، عميان. خمسة عشر ناقص فعالاء، واحد ناقص جنصف مذكر عاقل على وزن فعيل دالله على ساجية مثل نبيه ونبهاء، كريم وكرماء، أو مشاركة مثل جلساء، وشركاء وعشراء وندماء. اثنان ناقص جمع صف مذكر عاقل على فعال مثل علماء وصلحاء، شذجوا بناءه. ستة عشر ناقص أفعالاء، جمع صف مذكر عاقل على فعيل، مع ثلاث اللامبثة نبيه وأنبياء أو مضعف مثل شديد وأشداء، وطبيب وأطداء. سبعة عشر ناقص صياغه منتهى الجموع، وهي كل جمع بعد ألف تكثير، وحرفاني أو ثلاثة أحرف أو صفر ساكن مثل مدارس ومساتيح، وصياغه كثيرة بلغت تسعة عشر. إليك أشهرها، واحد ناقص اثنان ناقص فعال الوفعليل لمجرد أرباعي ومزيده بحرف واحد، وللخماسي المثل درهم ودراهم، وغضانسر وغضافرة، وسفرجل وسفارج، وعندلب وعنادل، ولثلاثي زيدي فيه حرف الفحيح مثل سنبل وسنابل. أما فعل للفد الرباعي والخماسي اللذي زيد قبل آخر هما حرف علا مثل قرطس وقراطيس، وفردوس وفراديس، ودينار ودنمير، ولثلاثي المزيد فيه مثل سفود وسفافيد، وسكين وسكاكين. ثلاث ناقص أفاعل لوزن، أفعل، إثما أو علما أوسي تفضيل مثل أسود، الأفعى، وأساود، أحمد وأحامد أفضل وأفاضل، وللرباعي الذي أوله همزح ذائده مثل أصابع وأنامل وأرانب. أربع ناقص أفاعل لما زيدي فيه مما تقدم في الفقرة السابقة حرفي مدل مثل أسوب وأساليب، وإدبار وأضابير. خمس ناقص تفاعل للرباعي الذي أوله تاء ذائده مثل تنبل، قصير، وتنابل، وتجرب وتجارب. ست ناقص تفاعل لما تقدم في الفقرة السابقة وزيد عليه مدل قبل الآخر مثل تسبيح وتسابيح، تنبل وتنابيل. سبع ناقص مفاعل للرباعي المبدوء بما يمنذ ذائده، مسجد ومساجد، نصاز ومفاوض. ثمانية ناقص مفاعل للرباعي المبدوء بما يمنذ ذائده وقبل آخر مدل ذائد مثل مسباح ومصابيح، ومساق وموافيق. تسع ناقص سواعل، واحد ناقص جمع لرباعي ثالث هواء أو ألف ذائدتاني، خاتم وخواتم، جوهر وجواهر. اثنان ناقص وزن فاعل صفة لغير عقل مثل شاهق وشواهق، وناهد ونواهد. ثلاث ناقص وزن فاعل مثل شعر وشواعر. عشرة ناقص فاعل، لما زاد على ما في الفقرة السابقة حرف مدل قبل الآخر مثل طاحونة وطواحينة، سبور وسواطير. أحد عشر ناقص فاعل، لنا يأتي واحد ناقص للرباعي قبل آخر حرف مدل ذائد مثل لطيفة ولطائف، وكريمة وكرائم. اثنى عشر ناقص فاعل، جمع لمثل عذراء وغضب، عذارة ورضابي. ثلاثة عشر ناقص فاعل، جمع لمثل طرقوه وموما، فرق وموامن. اثنى عشر وثلاثة عشر مع فعالي وفعالي جمع لميلي. واحد ناقص إثم على فعالي مثل فتوى وفتاوى أو فتاوين. اثنان ناقص إثم على فعالي مثل ذفري وذفاري أو ذفار. ثلاثة ناقص إثم على فعالي مثل صحراء وفحاري أو فحار، أو صفة لأنثال مذكر لها مثل عذار وعذاري. أربع ناقص صفة لأنثال مذكر لها مثل حبل وحبال وحبالي. أربعة عشر ناقص فعالي جمع لمثل غضبان وسكراني، غضابي وسكاري. خمسة عشر ناقص فعالي جمع لكل ثلاثي انتهى بياء مشددة لغير النسب مثل كرسي وكراسي، وبختي وبلخاتي، وقمري وقماري. ملاحظة تبين أنهم يحذفون من أبثم أرباعي المزيد بحرف حرفه الزائد مثل غضنفر وغضافرة، وحرنجام وحراجم، ويستبقون من الثلاثي المزيد الزائد الأول مثل مقتحم ومقاحم، ومستدع ومباعن، ومخشوش ومخاشن، ومختار ومخاير. ومن قاد ومقاود، أي أن الميم أولى بالبقاء ثم أتاء ثم أنون أما السين فليس لها شأن أخواتها، فإن تكافأت الزيادتان تساوي الأمران مثل سرندي، سرية، يقولون في جمعها سراندي أو سرازل. أما الخماسي المجرد كسف الجل فقد حذفوا خامسه فقالوا سفارج، ويجهو زيادة تعويضا فيقال سفاريج. مصطلحات واحد ناقص إن دل الإسم على جمعي ولا واحد له من لفظه سموه اسم جمع، مثل جيش وقبيل وإب الوغنم، فيعود عليه الضمير مفردا مراعا لللفظة، أو جمعا مراعا لمعناه مثل جيشكم ظافر أو ظافرون، لكن يثني ويجمع كأنه مفرد، فنقول جيشان وقبائل. اثنان ناقص اسم الجنس إذا دل على الجمع، وكان الواحد منه بالتائي أوياء النصف، سموه اسم جنس جمعي، مثل كمري وتمرة، وسفين وسفينة، وترك وتركي، وعراب وعربي. أما ما دل على الجنس وطلح للقليل وللكثير فهو اسم الجنس الإفرابي مثل ماء وربنا وعسل. ثلاثة ناقص جمع الجمع، قد تعامل الجمع معاملة المفرد سيثني ويجمع ثانية مثل بيوتات ورجالات وأفاضلون وصوابات وهو سماعي. خاتمة، هناك جموع سماعية لا مفرد لها مثل التعشيد والتعصيد والتباشير والأبابيل، الفرق. وهناك جموع جمعت على غير مفردها فيقصر فيها على أفماع مثل لمحة وملامح، وشبه ومشابه، وخطر مخاطر وسم ومسام، وحاجة وحوائج، وباطل وأباطيل، وحديث وأحاديث، وعروض وأعريب. وهناك كلمات تدل على المفرد والمثنى والجمع مع مثل الفلك، هذا جار جنوب وهؤلاء جيران جنوب، وهذا خصم عدو وأولئك خصم عدو، وهؤلاء ضيف كرام، وهذا ولدة، وهؤلاء ولد 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 نجمان بمعنى نبيم أما نجمان مما الندم سمؤنسه ندمي التصغير وأحكامه الاسم المحول إلى صغر فعيل أو الفعيعل أو الفعيعيل يقال له باسم المصغر أغراض التصغير يصغر الاسم لأحد الأغراض الآتية واحد ناقص أبدلال على صغر حجمه مثل كليب وكتيب ولقيمة اثنان ناقص أبدلال على تقليل عدده مثل وريقات ودوريه مات ولقيمات ثلاث ناقص أبدلال على قرب زمانه مثل فسرق بين العشاء أو لقرب مكانه مثل الحقيب دوين الرف خمس ناقص أبدلال على التحقير ألهاك هذا شويعر أربع ناقص للدلالة على التعظيم أصابتهم دويه أذهلتهم ست ناقص أبدلال على التحبيب مثل في دارك جويريك الغزيلي سورة التصغير يضم أول الاسم المراد تصغير هو يفتح الثاني وتزاد ياء بعده مثل رجال وكليب فإن زاد الاسم على ثلاثة أحرف كثر الحرف ألليالياء التصغير مثل دوريهم أو عصيفير فلثلاثي وزن فعيل ولما فوقه وزن فعيل مثل دوريهم وصفيرج تصغير درهم وصفاجل وفعيل لمثل منهج وعصفور منهج وعصيفير ويلاحظ أن التصغير كالتكسير فكما قلنا في تكسير الكلمات السابقة دارهم وصفاجل ومناهج وعصفير قلنا في تصغير هادوريهم وصفيرج ومنيهج وعصيفير فحثنا في الطرفين لامتفرج وقلبنا حرف العلم الذي قبل الآخر يأن في التصغير والتكسير ملاحظة جرت العرب في التصغير دون التكسير على عدم الاعتباد بالتأنيث ولا بألفها المقصورة ولا بألفها المندودة ولا بالألف والنون المزيدين في الآخر ولا بياء النسب ولا بألف مثل كلمة أصحاب فيجعون التصغير على ما قبلها فيقولون في تصغير ورقة وفضلي والصحراء وخضراء وعطشان وأصحاب ورقة وفضيلي والصحيراء وخضراء وعطشان وأصحاب دون كثر ما باديا التصغير كأنها لا تزال ثلاثية ويقولون في تصغير مثل حنظل وأربعاء وعبقاري وزعفراني حنيظي وأريبعاء وعبقري وزعفراني دون أن يحدثوا في تصغيرها ما كانوا حذفوا في تكسيرها حين قالوا حناظل وعباقر وزعافير أما فيما عدا ما تقدم في التصغير كالتكسير يريد الأشياء إلى أصولها ولأبد من الانتباه إلى ما يلي واحد ناقص الاسم الثلاثي المؤمنى فأنيثا منوي مثل شمس وأربعاء وزعاد تزاد في آخر فحين التصغير فنقول شميث وأريب عيدة اثنان ناقص الاسم المحذوف منه حرفي يرد إليه المحذوف حين تصغير كما هو الشأب في التكسير فكما نقول في تكسير دم وعد ودن وأبا وأختي ويد دماء ووعود وأبناء وأباء وأخوات والأيدي نقول في تصغيرها دمي ووعيد وبني وأبي وأخيه ويدي ثلاث ناقص إذا كان ثاني لاسم حرف علام قلبا عن غيره رد إلى أصله كما يرد حين التكسير فكما نقول في تكسير نيزان ودينار وباب وناب موازين وبنانير وأبواب وأنياب نقول في التصغير مويزين ودون الميور وبويدي ونويب تنديهاني واحد ناقص الألف الزائدة في اسم الفاعل والمنقلب عن همز مثل آدم والمجهولة الأفكة التي في عاج تقلب جميعا ووا في التصغير فنقول شويعر وأويد وعواج اثنان ناقص يختفص التصغير بالأسماء المعربة وورد عن العرب شذوذا تصغير بعض أسماء الإشارة والأسماء الموصولة مثل الهذياء واللاثياء تصغير الذي والتي وذياء تصغير ذا وهي الياء في تصغير هؤلاء وتصغير بعض أفعال التعجب مثل ما أميلح الغزال فيقتصر في ذلك على ما سمع ولا يقص عليه الشواهد ولا يهلمون الناس حب خردل واحد ناقص قبيلة لا يخبرون بذنة النجاشي الشهر يكاد يدفعه من قام بالرح اثنان ناقص دان مصف سويق الأرض هيدابه أبو تمام في وصف سحابة من هي الياء كان الضل والسمر ثلاث ناقص يما أميلح لا ننشدن لنا فقلت هما أمران أحلاهما مروا أربع ناقص وقال أصيحابي الفرار أو الرد أبو فرس الحمداني خمس ناقص يا أبا عمير ما فعل النغير حديث شريفي يخاطط طفلا ونغير طائره دوي هي تصفر منها الأناني ست ناقص وكل أناس سوف تدخل بينهم زهير ناقص اشتركوا في القناة فلما كسبت كان الاصل فيها دماء فلما تطرفت الواو بعد الف ساكنة قلبت همزة وفي التصغير الاصل دنيو فلما اجتمعت الواو والسابقة منهما ساكنة قلبت الواو يا حسب القاعدة صرفية المشهورة فصرت دماء وكذلك الحال في ابن وأب وأخ النسبة وأحكامها إذا ألحقت بآخر اسم ما مثل دمشق ياء مشددة للدلالة على نسبة شيء إلي فقط صرته اسما منصوبا فتقول هذا نسج لمشقي وإضافة كالياء المشددة إليه مع كسر آخر هو النسبة وينتقل الإعراض من حرفه الأخير إلى الياء المشددة يعتري باسم المنصوب مع التغيير اللفظي المتقدم تغيير آخر هو اكتفابه الوصفية بعد أن كان جامدا ويعمل عمل اسم المفعول في رفعه نائب فاعل ظاهرا أو مدمرا مثل هذا نسج دمشقي صنعه هذا نسج دمشقي لأن معنى دمشقي منصوب إلى دمشق فنائب الفاعل في المثال الأول صنعه وفي المثال الثاني ضمير مستفر تقديره هو يعود على نسج كما قلت ينسب إلى دمشق قاعدة نسبة الأصل أن نتكسر آخر أرسم الذي تريد النسبة إليه ثم تلحقه لائيا مشددة من غير تغيير فيه مثل علم علمي طرابلس طرابسي خلق خلقي إلى آخره لكن لاستقصى أدل على أن كثيرا من الأسماء يعتريها بعض تغيير حين نسب نظرا لأحوال خاصة بها وإليك هذه التغييرات واحد ناقص المختوم بثاء التأنيس تحذى فتائه حين نسب مثل صاطمة مكة شيعة طلحة تصبح بعض النسب صاطمي مكي شيعي طلحي اثنان ناقص المقصور إن كانت ألفه ثالث مثل ستا وعصى قلبت وونس نقول ستوي وعصوي وإن كانت رابعة فصاعدا حدثت فمثل بربي وبشرى ودوما ومصطفى وبخاري ومستشفى تصبح بعض النسب بربي وبشرى ودوامي ومصطفية وبخاريا ومستشفية أجازوا في أرباعي الساكن الثالث مثل بشراوية نطاقل بألفها المقصورة وونس يقال بشراوي وطنطوي وزيادة ألف قبل ألف فيقال بشراوي وطنطوي إلا أنما ألحد فيما كانت ألفه للتأنيث كبشري أحسن وقلب الألف واوا فيما عداها مثل مثع أحسن ثلاث ناقص المنقوص يعامل معامله المقصور فتقلب ياءه الثالث واوا مثل القلب العمي تصبح في النسب القلب العموي وتحذف ألفه الرابعة فصاعدا مثل القاضي الرامي والمعتدل والمستقصي فتصبح بعض النسب القاضي الرامي والمعتدل والمستقصي ويجول في ذي ألياء الرابعة إذا كان ساكن أثاني قبل هواوا أيضا فنقول القاضوي الراموي ونقول في طربية تربي وتربوي وفي مقضي اسم المفعول مقضي ومقضوي أربع ناقص الممدود إن كانت ألفه للتأنيث قلبة واوا وجوبا فقلت في النسبة إلى صحراء وحمراء صحراوي وحمروي وإن لن تكن للتأنيث بقيت على حالها دون تغيير فننصد إلى المنتهى بألف أصلية مثل وضاء وقراء بمعنى نظيف وناسك بقولنا قرائي ووضائي وإلي المنتهى بهمذى منقل باعا ومثل كساء أو ياء مثل بناء بقولنا كسائي وبنائي وإلى المنتهى بهمذى مزيد للإلحاق مثل علباء وحرباء بقولنا علباء وحراباء وأجازوا قلب هواوا في المنقل البه عن أصلوتي المزيدة للإلحاق فقالوا كسائي وكساوي وبنائي وبناوي وعلباء وحراباء وعلباوي وحرباوي وعدم القلب أحسن خمس ناقص المخطوم بياء مشددة إذا كانت الياء المشددة بعد حرف واحد مثل حي وطي رددت الياء الأولى إلى أصلها الواو أو الياء وقلبت أثاني هواوا فقلت حيوي وطواوي وإن كانت بعد حرفين مثل علي وكسي صدفت ألياء الأولى وفتحت ما قبلها وقلبت ألياء أثاني هواوا فقلت أعلوي وكسوي وإن كانت بعد ثلاثة أحرف فصاعدا حففتها فقلت في النسبة إلى كرسي ودختي وشافعي كرسي ودختي وشافعي سيفح لفظ المنسوب ولفظ المنسوب إليه واحدا وإن اختلف التقدير ست ناقص فعيل أو فعيل أو فعولة الأعلام مثل جهي أنه ورابعة وشنؤة تحذى سياءهن عند النسب ويفتح ما قبلها فنقول جهني وربعي وشنائي بشرط ألا يكون الاسم مضاعثا مثل كليلة ولواوي العين مثل طويلة فإن هذين يتبعان القاعدة العامة سبع ناقص ما توسطه لا مشددة مكسورة مثل طيب وغزيل وحمير تحذى سياءه أثانيه عند النسب فنقول طيبي وغزيل وحميري تماني ناقص الثلاثي المكسور العين تفتح عينه تخفيفا عند النسب مثل إبل ودوئل اسم علم ونامر وملك فنقول إبلي ودواليا ونمري وملاكي تسع ناقص الثلاثي المحروف اللام مثل أبرد بن وأخوة أخت وأمه ودم وسنة وشفة وعام وغرد ولغة ومئة ويد ترد غليه لانه عند النسب فنقول أبوي وبنوي وأخوي وأموي ودموي وثنوي وشجوي وشفهي أو شفوي وعموي وغدوي ولغوي ومئوي ويدوي عشرة ناقص الثلاثي المحروف الفاء الصحيح اللام منه مثل عد وزنة ينسب إليه على لفظ فنقول أبدي وزنة والمعطل اللام منه مثل شية من وشة ودية من ودي يرد إليه المحذو فنقول في النسب إليهما وشاوي ودوي أحد عشر ناقص المثنى والجمع إذا أريد النسب إلى المثنى والجمع رددتهما إلى المفرد فنسب إلى اليدين والأخلاق والفرائد والأداب والمنخرين يدوي وخلقي وفرضي وأدبي ومنخري فإن لم يكن للجمع واحد من لفظه مثل أبابيل ومحاسن أو كان من أسماء الجموع مثل قوم ومعشر أو من أسماء الجنس الجمعي مثل عرب وتكا وورق أبقيتها على حالها في النسب فقلت أبابيلي ومحاسني وقومي ومعشري وعربي وتركي وما ألحق بالمثنى والجمع السالم عاملته معاملته مثل بنين واثنين وثلاثين فالنسب إليها بنوي واثنين أو الثنوي وثلاثين وأما الأعلام المنقولة عن المثنى أو الجمع فإن كانت منقولة عن جمع كثير مثل أوزاع وأنمار نسبت إليها على لفظها فقلت أوزاعي وأنماري وما جرى مجاء العلمعوم إلى معاملته فنقول ناسبا إلى الأنصر أنصري فإن كانت منقولة عن مثل مثل الحسنين والحرمين أو الجمع سالمثل عابدون وذرعات وعرفت رددته إلى نصده إن كان يعرب إعداد المثنى أو الجمع فقلت حسني حرمي عابدي أذعي وعرفي وإن أعربت بالحركات مثل زيدون وحامدون وزيدان وحمدان وعابدين نسبت على لفظها فقلت زيدوني وحمدوني وزيداني وحمداني وعابديني وإذا عدلي بالعلم المجموع جمعي مؤنف سالم إلى أعرابه إعراب ما لا ينصرف مثل دعدات وتمرات ومؤمنات فثيفتك وناسبت إلى ما بقيا كأنها أسماء مقصرة فقلت دعدي ودع دوري وتمرى ومؤمنية 12 ناقص المركب ينصد إلى صدره سواء أكان تركيبه تركيبا إسنادي مثل فأبت شرا وإجاب الحق أن كان تركيبا مجيا مثل بعلبك ومعد يكرب أو كان تركيبا إضافي مثل تيمألة ومأة الغيس ورأس بعلبك وملاعب الأسنة تنسب في الجميع إلى الصدر فتقول فأبتي والجابي وبعلي ومعدوي وتيمي ومرأي ورأسي وملعبي فإن صدر المركب الإضافي بأبأوي أمي أو ابني مثل أبي بكي وأمي الخير وابني عباس نسبت إلى العجز فقلت بكري وخيري وعباسي وكذلك إذا أوقعت النسبة إلى صدري فالكباسك أن تنسب إلى عبد المطلب وعبد مناف وعبد الدار وعبد الواحد ومجد العنجرة ومجد الشمس فتقول مطلبي ومنافي وداري وواحدي وعنجري وشمسي مضروبه في مضروبه في مضروبه في شواب النسب الحق أنهم ترخصوا في باب النسب ما لم يترخصوا في غيره ويكاد أكثر هذه الأحوال التي مرت بك تكون خروجا على القاعدة العامة للنسب حتى ظن بعضهم أن شواب هذا الباب فعض المقيسه وهم يميلون إلى الخصة النسب إلى الأعلام لكثة دورانها على الأسنة وثم أعلام غير قليلة لا تنطبق على حالة من الأحوال الثنتين عشرة التي تقدمت سموها شواب النسب أرى أن أسميها المنسوبات السماعية أمواني سبا إلى أمي سلامي نسبة إلى قبيل سليم وحراني نسبة إلى البحرين سهلا نسبة إلى سل بدوي نسبة إلى البادية شآمي نسبة إلى الشام براني نسبة إلى بر شعراني غذير الشعب نسبة إلى الشعب بفر نسبة إلى البصرة عتكي نسبة إلى عطيك تحتاني نسبة إلى تحت سوقاني نسبة إلى فوق تهامي نسبة إلى تهامه كرشي نسبة إلى قريش ثقافي نسبة إلى قبيلة ثقف لاحياني عظيم اللحية نسبة إلى اللحية جللي نسبة إلى جللاء في فارس مرودي نسبة إلى ملو الشاهجان في فارس جواني نسبة إلى جو ملو الرودي نسبة إلى ملو الروض في فارس حروري نسبة إلى حروراء رودي نسبة إلى قبيل رودي ذهري نسبة إلى أدار وحداني نسبة إلى الوحدة رازي نسبة إلى الري في فارس يماني نسبة إلى اليمن رقباني عظيم الرقبه نسبه إلى الرقبه روحاني نسبه إلى الروح وقد يتبعون في أكثر هذه الكلمات القواعد المتقدمة وهو الأحكم ولا يجوز بحال أن يقص على هذه الشواذ وإنما تتبع في أنثالها القواعد المقررة خاتمة وقع أن استغنوا عن ياء النسب صوع ألف المراد النسبة إليه على أحد الأوزان الآتية للدلالة على شيء من معنى النسبة واحد ناقص فعال للدلالة على معنى صاحب شيء مثل تمر وطاعم ولابس وكاس بمعنى ذي ثمر وذي طعام وذي لبنى وذي كسوه بدل أن يقول تمري وطعامي ولبني وكسوي اثنان ناقص فعال للدلالة على ذي حرفة من مثل نجار وحباد وخياط وعطار وذزاز إلى آخره ومثل ما أن ظلام لا ينسب إلي ظلم أو بأي شيء ما وهو أبعد ما يكون عن المبالغة التي تفيدها الصغة ثلاثة ناقص فعالة بمعنى صاحب شيء مثل طعيمة لبسة لبن نهرة أربع ناقص مفعال بمعنى صاحب شيء مثل معطار بمعنى صاحب عطر خمسة ناقص مفعيل بمعنى صاحب شيء مثل محضير بمعنى صاحب حضر سرعة جريت الشواهد واحد ناقص وما ربك بظلام للعبيد اثنان ناقص حرورية أنت السيدة عائشة المرأة وليس بذي سيفي وليس بنيبال ثلاثة ناقص وليس بذي رمح فيتعني به آمير القيس عقد برأسه إبه وعارة أربع ناقص إذا المرأي شبا له بنات مرأي من قبيلة مريء القيس إبتة خذي ذر ممى بيوت المجد أربع كبارة خمسة ناقص يعدي الناسبون إلى معد كما ألغيت فدية الحوارة ويخرج منهم مرئي نغوى الحوار أولد الناقة جرير كأن لم ترى قبلي أسيرا يمانية ستة ناقص وتضحك مني شيخ عبيشمية عبدي يهويس الحارف أمدل عليها بالبلي الملوان سبع ناقص ألا يا دياري الحي بالسبعاني ابن مقبل تمانية ناقص اللهم اجعلها عليهم ثنينا كثنين يوسف حديث وقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي تسع ناقص دع المكارم لا ترحل لبغيتها الحطيئة لا أدنوج الليل ولكن أبتكر عشرة ناقص لست بليلة ولكني نهر رواه سبويه لابن في الصيف تامر أحد عشر ناقص وغررتني وذعنت أنك الحطيئة الحطيئة ولكن سبقي يقول فيعربه اثنى عشر ناقص وذست بنحوي يلويتا لسانه أبو مروان النحوي ناقص اثنى عشر ناقص المشددة الأصلية ويظهر ثمار ذلك فيما يلي لو سمينا رجلا بي طماري جمع قمري فاسمه ممنوع من الصرف لأنه على طيغة منتهي الجموع فإذا نسدنا إليه حذفنا يهو المشددة الأصلية فبقي طمار مثل سحاب وهي مصروفة فإذا ألحقنا بها ياء المصبقية مصروفة وهي خارجه عنوز طيغة منتهي الجموع لأن ياء النصب علاني الانفصال فالاعتباد بها جمهور المؤلسين لا يشترطون العلمية في هذه الأوزان لكن تتبع ما ورد عن العرب يوحى بهذا الشرط وإذن تكون النسبة إلى طبيعة وبديه وسليقة طبيعي وبديه وسليقي على القاعدة العامة ومع هذا لابت من مراعة السماع فقد قالوا حضرني نسبة إلى حضاموت وكان القيص أن يقولوا حضرني وقالوا عبي شمي نسبة إلى عبدي شنس وعبد ري نسبة إلى عبد الدار وتي مليون نسبة إلى تيم ألا تنصبوا عن طريق النحط ومنهم من يقول بعلوا بكيرو مع ديك ربي ينصب إلى الجزعين مع مركبين أو منففلين بعلي بكى ومعضوي كربي كما فعل الشاعر حين نسب إلى راما هرموز بفضل ما أعطى الأمير من الرزق تزوجتها رامية هرموزية الأسماء المبنية الأصل في الأسماء لأن تكون معرضة والإعراض ظاهرة مضطردة فيها ولكن أسماء قليلة أكتت مبنية ويعنينا منها هنا ما يضطرد فيه البناء قياسا لأنه ذو جدوى عملية وقبل بيان ما يضطرد بنائه من الأسماء نعرض بإجازة للمبنى سماعا فقد درج أن حاها لا ألتماس عللا لبنائه نلخصها فيما يلي البناء سيمة الحروف وإنما بنية ما بنية من الأسماء لشبهه بالحرف في وجه من الأوجه الأربعة الآتية واحد ناقص الشبه الوضعي بأنه يكون ألف على حرف أو حرفين كالضمائر ذهبت ذهبنا ذهبتم هو هي إلى آخره اثنان ناقص الشبه المعنوي لذلالتها على معنى يعبر عما يشبهه عاد بالحرف فنحن نعرف أن التمني والترجي والتوكيد والجواب والتنبيه والنف يعبر عنها بالحروف فما أشبه من المعاني كالشرط والاستفهام يعبر عنهما بالحرف تارة وبالاسم تارة ويلحق بهم الإشارة ولهذا الشبه المعنوي بنيت أسماء الشرط وأسماء الاستفهام وأسماء الإشارة ثلاثة ناقص الشبه الافتقاري الحرف لا يجلي على معنى مستقل بنفسه فهو مفتقر إلى غيره حتى يفيد معنياً ما ويلحق بالحروف في هذا الأسماء الموصولة فهي لا تفيد إلا إذا وصلت بجملة تسمى فلاه الموصول فجعلوا هذا الافتقار علا بنائها أربع ناقص الافتقار لاستعمالي من الحروف ما يؤثر في غيره ولا يتأثر وهي الأحرف العاملة كالنوافب والجوازم ويشبهها في التأثير وعدم التأثر أسماء الأفعال فكان هذا الشبه على بناء أسماء الأفعال عندهم ومن الحروف ما لا يؤثر ولا يتأثر كالأحرف غير العاملة مثل أحرف الجواب نعم بل وأحرف التنبيه ويشبهها في ذلك أسماء الأصوات فهي لا تعمل في غيرها ولا يعمل غيرها فيها فمن هنا بنيت على ما قالوا وهذه الأسماء كلها مبنية سماعا ومن المبني سماعا أيضا بعض الظروف مثل حيث إذا الآن إذ إلى آخره وكل هذه المبنيات لا يخطئ أحد في استعمالها على ما سمعت عليه إذ لا قاعد لها لكن هناك قواعد لبناء الأسماء المعربة على الضم أو الفتح أو الكسر إن أريد منها معنى غصي أو استعمال خاص هي التي تحتاج إلى بيان واحد ناقص يطرد البناء على الفتح في المواضيع الآتية أناقص كل ما ركب تركيب مذج أثره كالكلمة الواحدة واحد ناقص من الظروف زمانية أو المكانية مثل أقرأ صباح مساء ناقص اختلصوا صرقين ووقف خالد بين بين أي بين الفريق الأول والفريق الثاني اثنان ناقص ومن الأحوال مثل جاورني بيت بيتة أي ملافقا بيت لبيت فساقطوا أخوى الأخوال أي متفرقين ومثلها تفرقوا شدر مدرى ثلاث ناقص ومن الأعداد وهي أحد عشر إلى تسع عشر باس نساء أثني عشر واثنتين عشر فإنهما معربتاني أربع ناقص ومن الأعلام الجزء الأول فقط مثل بعلبك بختان صرح بامتة ناقص يجوز بناء أسماء الزمان المبهم إذا أبيثت لجملة مثل على حين عتبت المشيب على الصباح هذه ساعة يربح المجتهد إلا أن البناء أحسن إذا ولي الأسماء مبنى كالمثال الأول والإعراب أحسن إذا وليه معرب كالمثال الثاني فرفع ساعة الصح من بناؤها لأنما بعدها فعل مدارع معرب ناقص ويجوز بناء المبهمات حين تضاف إلى مبني مثل لقد تقطع بينكم ومن الصالحون ومن نادون ذلك وسأني إخفاق يومئذ وإعراب ذلك كله جائز أيضا فتقول تقطع بينكم منا دون ذلك إخفاق يومئذ بالناقص إثم لا الناسية للجنس إذا كان غير مثنى ولا جمع سالم للمذكر أو للمؤنسه تقول لا رجل في القاعة لا طلاب في المدرسة أما المثنى وجمع المذكر السالم وجمع المؤنس السالم فتبني معل على ما تنصب به كما هو معلوم إلا أنهم جوزوا بناء جمع المؤنس السالم على الفتح في بعض اللغات فعلى هذا يجوز بناء لا طالبات في القاعة على الفتح وعلى الكسر إثنان ناقص ويطرد بناء الاسم على الكسر في المواضيع الآتية أناقص وزن فعالي وقد جاء هذا الوزن واحد ناقص في أعلام الإناث مثل حذام قطاني تقول جاءت قطاني مستبشرة إثنان ناقص في سبهن مثل يا خباس تجنبي الأبى ثلاث ناقص في أسماء فعل الأمر وستمر بك مثل حذار أن تكذبه باء ناقص كل ما ختم به ويهي من الأسماء الأعجمية مثل سبويه نفطوية دور السويه تقول كان سبويه رأس نحاه ثلاث ناقص ويطرد البناء على الضم في كل ما قطع عن الإضافة من المكهمات مثل أتعتذر بسفر أبيك أعرفك من قبل ومن بعد أي من قبل السفر ومن بعده فالبناء على الضم هنا دليل على أن هناك مضافا إليه محذوفا لفظا ملاحظا معميا ومثله صدر الأمر من فوق أي من فوقنا وبقي ساعتان ليس غيره أي ليس غيرهما باقيا فإذا لم يكن المضاف إليه منويا وعرض المبهن تقول عذرت قبلا أي في زمن من الأزمان الماضية ولا يخفى أن الظرف المبني هنا معرفة وما نوين فلم يبني فهو نكرى هذا ولا ينسى القارئ أن المنادي المفرد المعرفة والنكرى المقصودة مبنيان على الضم دائما مثل يا عدي يا رجال وأن أي الموصولية يجوز بناؤها على الضم إذا أبيفت وحذيف صدر فلتها مثل فلينظر أيها أذكى طعاما وإعرابها جائز الشواهد ألف همزة على العصة قولي يسقط بين بين واحد ناقص نحمي حقيقتنا وبعض ألي عبيد بن الأبرث لا أم لي إن كان ذاك ولا أبو اثناني ناقص هذا العمركم الصغير بعينه همان بني مرة وقلت ألما أصحو الشيء بوازع ثلاث ناقص على حين عتبت المشيب على الصبا النابغة أربع ناقص قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم المائدة خمسة مقصومة على مئة واثنان وعشرون خمسة ناقص فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خذي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز هود أحد عشر مقصومة على ستة وستون فهي من تحت مشيحات الحزم ستة ناقص ثم تفرى ألج من تعداءها طرفة أكاد أغص بالماء الفرات سبع ناقص وثاغ لي الطعام وكنت قبلا يزيد بنصعق وأبتيت فوق بني كليب من عل ثمانية ناقص ولقد سبدت عليك كل ثمية الفرزق كجل مود صخر حطه السيل من عل تسع ناقص مكر مفر مقبل مددر معه آمنوا القيس فإن القول ما قالت حذامي عشرة ناقص إذا قالت حذامي فصدقوها لجين بني صعب وجرداء مثل ألقوا السمح حجولها أحد عشر ناقص نعائي أبا ليلى لكل طمرة طمرة فرس سمح واسع جرير ومضى بفصل قضاؤه أمس اثنى عشر ناقص اليوم أعلم ما يجيء به تبع ابن الأقرن ثلاثة عشر ناقص ثم لننزعنا من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عيتي مريم تسعة عشر مقصومة على تسعة وستون لقاءك إلا من وراء وراء أربعة عشر ناقص إذا أنا لم أومن عليك ولم نكن عيتي بن مالك العقيل فما شربوا بعدا على لذ خمرة خمسة عشر ناقص ونحن قتلنا الأسد أسدخفية عقيل أديهم يرمي المستجير المعورة ستة عشر ناقص متى تردن يوما سفار تجد بها الفرزق لعن يشن عليه من قدامه سبعة عشر ناقص لعن الإله تعلمني مسافر تميمي با وليس عليك يا مطر السلام ثمانية عشر ناقص سلام الله يا مطر عليها الأخوص يا عديا لقد وقتك أي الأواقي تسعة عشر ناقص ضربت فضلها إلي وقالت عدي أخو المهلهل طلبا وابغي للقيامة زادة عشرون ناقص آتين الرزق يوم يوم فأجمل إلى بيت قعيدته لكاعي واحد وعشرون ناقص أطوي فما أطوي فثم آوى الحطيئة وبشرت حد الموت والموت دونها اثنان وعشرون ناقص ألم ترى أني حاميت حقيقتي أما ترى الموت لدي أوراقها ثلاثة وعشرون ناقص تراتيها من إدي بانتراتيها فهلكت شهرة وبار أربعة وعشرون ناقص ومر ذهر على وباري الأعشى ناقص أنت تراتيها من إدي في غير الظرف والعدد والحال مثل قولهم وقعوا في حصة بيسة أي في شدة فيحفظ ولا يقص عليه. بناء على هذا الوزن في الأعلام على الكسر لغة أهل الحجاز وهي اللغة الشائعة. أما نبو تنين فمنهم من يعربها إعراب ما لا ينصرف يقول جاءت قطام ورأيت قطامة ومررت بقطام وأكثرهم يطني على الكسر ما ختم بالرأي منها مثل سفاري وباري ويجل باقي إجاء ما لا ينصرف. المشيح المقبل عليك وأشاح بوجهه أعرض والمشيح الحذر أيضا والجد سفار منهل ما بين المدينة والبارثة المفتجير المستفقى المعور الذي لا يفقى الاسم المنوم وغير المنون الكثرة الغالبة من الأسماء يدخلها التنوين في حالات إعرابها كلها رفعا ونفطا وجرا مثل هذا طائر ناقص رأيت طائر ناقص نظرت إلى طائر ويقال هذا تنوين تنوين التمكين وقد مر بك حال الأسماء المبنية التي تلازم حال واحدة ولا يدخلها تنوين التمكين لكن هناك أسماء قليلة معرف غير مبنية تعامل بين بين فلا يلحقها التنوين إلا في الضرورات الشعرية وما إليها وتجرب فتح بدل الكثرة في أغلب أحوالها ولا تجرب كثرة إلا إذا دخلتها ألي أو أضيفت أفضل تقول مررت برجل أفضل منك فإذا أضفتها أو عرفتها جررتها بالكثرة فتقول مررت بأفضل رجال ناقص مررت بالأفضل وتسمى هذه الأسماء بغير المنونة أو بالمنوعة من الصرف وبغض قدماء النحى يسميها ما لا يجري ويسمى الأصماء المنونة ما يجري فصرف هنا والتنوين والإجراء السلاحات بمعنى واحد يراد بها التنوين والجر بالكثرة وإلي تضوابط هذه الأسماء غير المنونة الأسماء غير المنونة ثلاثة أعلام وصفت وما خطني بألف تأنيث أو كان على فغة منتهي الجموع فالإفهم ذا على العصى ناقص فأما الأعلام ستنتمع في ستة مواضع مع العجمة والتأنيث وزيادة الألف والنون والتركيب المسجي ووزن الفعل والعدل وهذا بيانها واحد ناقص إذا كانت أعجمية تقول قابل إبراهيم شمعون في أذنير فإن كان العلم الأعجمي ثلاثيا ساكن الوسط نون لخفته تقول اعتذر جاك إلى جرج أمس وظاهر أن باسم الأعجمي إذا لم يكن علما في لغته لم يمنع من التنوين فلو سميت طفلا بكالمة لا لون التي تعني بالفرنسية القمر نونت لاسم فتقول مررت بلا لون يأكل وكذلك إن لم تقصد العلمية نونت تقول مثلا أقبل تنوسي مع تنوس آخر ففي النوس الأولى علمي ولذا لم تنون أما الثانية فمعماها آخر يسمى بطنوس فهي عندك نكر لا علمي ولذا نونت إثنان ناقص إذا كانت مؤنثة الأصل مثل قدمت نائلة إلى سعادة وأخيها طلحت هدية سواء أسميت بها مذكرا أم مؤنثا وجوزوا تنوين ثلاثي الساكن الوسط منها مثل بعد تقول مررت بدعب صباحا ما لم يكن أعجمي فقد تساموا منعه التنوين مثل سافرت روز من حنف قاصدة إلى نيسة وإذا كان تأنيف العلم عارضا كالمصادر مثلا وذاب نجاح أو الأصماء المذكرة مثل رباب منعتها تنوين إن سميت بها الإناث ونونتها إن سميت بها ذكور تقول تجتهد وذاب مع أخيها نجاح سافر وذاب مع أختيه رباب ونجاح أمس هذا ولأبدي من مراعة المعنى في أشباه ذلك كأسماء القضاء والبلاد فالاسماني تميم ويذيل مثلا ينوينونهما على اعتبار كل منهما اسما مجد القديمة وأن قبله مضافا محذوفا هو بنو فلما حذفت حل ما حلها في أعرابها المضاف إليه وينمعونهما التنوين على اعتبارهما اسمين للقديلتين فيقولون أقبل تهيذيل تحارب تميما أو أقبل تهيذيل تحارب تميما فإذا ذكر المحذوف نوين اسم القديل حتما إن لم يكن سمى ما مع آخر فيقولون أقبلت بنو يذيل تحارب بني تميم وكذلك أسماء البلاد والمواضع مثل جنجل عكاظ ينوينونهما على معنى المكان وينمعونهما على معنى الأرب أو البدة ثلاث ناقص مع زيادة الألف والنون مثل عدنان عمران عثمان قطفان أربع ناقص مع التركيب المسجي وهو أن تعتبر الكلامتان كلمة واحدة فيبني جزءها الأول على الفكح كما مر بك صادئة واثنان وسبعون ويعرض الجزء الثاني الإعراب الممنوع من الصرف لم يعرج بخطصر على بعلبك ولا حبامة خمس ناقص إذا كان العلم على وسم خاص بالفعل أو يغلب فيه مثل تغلب يزيد شمر أسعد أصبع تقول طف يزيد وأسعد في قضاء التغلب وشمر ودوء إلى وتليب وقريش ولكن في الأعلام المنقولة عن الأفعال أن تعربها إعراب باسم الذي لا ينصرف أو تحكيها على حالها الذي نفلت عنه والأول أكثر وإن كان الفعل في أوله ألف وصدق طاعتها عند التسمية بها فإن سميت بي اقطع استغفر تقول جاء اقطع واستغفر فإن أردت الحكاية قلت جاء اقطع واستغفر ست ناقص مع العدل والعدل على نظرية وذلك أن هناك خمس عشر علما وردت عن العرب غير منونة على وسن فعل وفعل ليس في أوزان المشتقات القياسية فافترضوا أن أصل صيغتها فاعل وأنهم عدلوا فيها عن فاعل إلى فعل فجعلوا ذلك مع العلمية علة المن والأعلام المعدولة هي بلع فعل جش جحي جمع دلف زحل زفر عصام عم قسم قضح مضر غبل هبل وألحيق بها مؤكدات الجمع المؤنث وهي جمعة كت بص بط حين تقول قرأ الطالبات كلهن جمع فأثنيت عليهن جمع والعدل في هذه الأسماء الأربع ظاهر غير نظري كما كان الحال في سابقاتها لأن مؤنث أجمع جمعاء وجمعاء تجمع قياسا على جمعوات لا على جمع باء ناقص وأما الصفد فتمكن مع مع ثلاث أوزان أفعل فعلاء فعلان فعلي فعل أو فعل أو مفعل واحد ناقص تنتمع السفة إذا كانت على وسم أفعل الذي مؤنثه فعلاء مثل أخضر أعرج تقول هذا رجل أعرج في حلة خضراء فإن كان مؤنث أفعل غير فعلاء مبين مثل سلقى رجل أرمل إلى جانب امرأ أرملة وكذلك أرنب وأربع منونام لأنه مسمان إلى صفتان اثنان ناقص وإذا كانت على وسم فعلاني الذي مؤنثه فعلي مثل عطشاني غضبان تقول انظر كل عطشان فاسق هو كل غضبان فأرضه وإن كان مؤنثه على غير فعلي نوينة تقول انظر إلى كبش أليان وغنامة أليانات فاشتريهما ثلاث ناقص الصفات المعدولة وأوزانها فعال مثل أخر ومفعل وفعال مثل مربع وربع تقول أقبل المدعوات ونصاء أخر مثل ثلاث وربع أو مثلث ومربع إلى آخره والعجل ظاهر في الأعداد فإن هذه الصفة تقسم من الأعداد حتى العشرة فمربع وربع معدولة ثاني عن أربعة وأحاد وموحد معدولة ثاني عن واحد وهكذا البقية أما أخر فمعدولة لأنها جم أخرى وأخرى مؤنث آخر على وثم أفعل اسم تفديل والعدل فيها هو خروجها عن قيص أسماء تفديل التي لا تجمع تقول أقبل المدعوات ونساء أفضل بصيغة الإفراد فعدلوا بآخر عن قيص أخواتها وجمعوها ثقالوا ونساء أخر جي ناقص ما خطني بألف تأنيث أو كان على وثم صيغة منتهي الجموع واحد ناقص كل اسم آخر ألف تأنيث مقصورة مثل ذكري قتلي ذريفة أو ألف تأنيث ممدودة مثل صحراء شعراء أنبياء عذاء يمنع التنوين ويجرب الفتحة تقول مررت في صحراء على قتلي كثيرين اثنان ما قصير منتهي الجموع وهي كل جنب يعد ألف تكسير وحرثان أو ثلاثة موسطها ساكن مثل مساجد مصابيح شواعر كراسي مجال ممنوع من التنوين تقول أضلأت نساجد عدة بمصابيح وهاجة جلسوا على كراسية من صده والاسم المنقوص الذي على هذه الأوزان تحذف ياؤه رفعا وشرا ويقضر عليها علامة الإعراب أما التنوين الظاهر هذه مجال واسعة فتنوين عوضع ألياء المحذوف لا تنوين إعراب وما كان على هذه الأوزان وإن لم يكن جمعا رملا معاملتها في سراويل مفرد وجمعه سراويلات وكذا شرحيل تقول لشراي لسراويل طويلة وبعضهم ينون سراويل في أنك رفع إذا سمى بها رجلا ممعها التنوين هذا وكثيرا لا يرخص للشعراء فينونون ما حقه المنع للضرورة والأقل من ذلك أن يمنعوا ما حقه التنوين وربا عتد العربي برنة الكلام أكثر من اعتباده بمنعي غير المنون فنونه إذا أكسب الجملة وقعا مستحسنا وزعنا بعضهم أن بعض العرب لا يمنع شيئا من التنوين فليس عنده ثم منوعة من الصرف الشواهد ألف هرمزة على العصة واحد ناقص فمن شهد منكم الشهر فليصم هو من كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى البقرة اثنان مقصومة على مئة وخمسة وثمانون اثنان ناقص الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاع للملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع يزيدوا في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير فاطر خمسة وثلاثون مقصومة على واحد ثلاث ناقص وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن وقدا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا نوح واحد وسبعون مقصومة على ثلاثة وعشرون وجدي يا حجاج فارس شمر أربع ناقص أبوك حباب سريق الضيف برده جميل دعد ولم تصفدعد في العلب خمس ناقص لم تتلفع بفضل مئزرها جرير ست ناقص سأسليه سقرة وما أدرات كما سقروا ما سلكاكم في سقرة المدثر أربعة وسبعون مقصومة على ستة وعشرون ناقص سطعة وعشرون اثنان وأربعون يزيد أملها وأبو يزيد سبع ناقص فهبنا أمة هلكت ضياعا عقيبة الأسلي يقطع الليل تسبيحا وقرآن ثمانية ناقص ضحوا بأشمط عنوان السجود به الله أكبر يا ثارات عثمان لتسمعن قريبا في ديارهم حسان تسع ناقص إن أعتدنا للكافرين سلاسل وإغلالا وسعيرا سلاسل سلاسل الإنسان ستة وسبعون مقصومة على أربعة باء فراه القطى لقين أجبل دازيا عشرة ناقص كأن العقيليين يوم لقيتهم القطاني يفوقان ميرباسا في مجمع 11 ناقص فما كان حسن ولا حابث العباس بن ميرباس بكل مغار الفتل شدت بهذهبلي 12 ناقص فيالك من ليل كأن نجومه أعمروا القيث ناقص 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 نقص 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 نقص주세요 ومن النحا من ينوم الثلاث المتحرك الوسط ايضا فإن سميت بها مذكرا نونتها حتما وإن سميت أنثى باسم مذكرا على هذا الوزن منعته وجوبا تقول هذه زيد جارتك ومنهم من أضاف إلى هذه الموانئ الستة سابعا هو العلم المسمى باسم آخر ألفل الإلحاق مثل أرطى وذفري فإن سميت به ما لم تنول تقول مررت بأرطي منهم من يمنع الاسم من التنوين إن لاحظ فيه معنى الوصف أحدل اسم للسقري منون فإن أريد منه معنى القوة منع تنوين ما يؤنك بالتاء محو ثلاث عشر كلمة ألياني عظيم الأية حبلاني عظيم البطن دخنان مظلم سخنان حار فيصاني طويل يوم صحياني صحان يابس الظهر علان كثير النسيان قشوان دقيق ضعيفي مصاني لئيم موتاني دليد ندمان نبيم أما مدمان بمعنى نادم فمؤنثه ندمي نصران واحد المصر المصدر واسم المصدر مصدر أغف علما تضمن أحرفه لفظا أو تقديرا بالا على الحدث مجردا من الزمن مثل علم علما وناضل نضالا وعلم تعليما واستغفر استغفارا وإليك أوزان مصادر الأفعال الثلاثية فارباعية فالخماسية فالصداسية واحد ناقص نصدر الثلاثي يذن أن وزنه الأصلي فعل لكثرته ولأن قيص نصدر المرة الآت بيانه هو فعل وأوزانه كثيرة وهي سماعية لكل فعل مصدر على وثن خاص وهناك دوابط غالبة غير مضطئدة تتبع المعنى وإليك بيانها واحد ناقص الغالب فيما دل على حرف أو شبهها أن يكون على وثن فعال مثل تجارة حبادة خياطة وزارة نيابة إمارة زعمة إلى آخره اثنان ناقص الغالب فيما دل على اضطراب أن يكون على وثن فعلان مثل فاوران غليان جولان جيشان إلى آخره ثلاث ناقص الغالب فيما دل على امتناع أن يكون على وثن فعال مثل أباء جماح نفار شراب إلى آخره أربع ناقص الغالب فيما دل على اداء أن يكون على وثن فعال مثل زوكان صباع دوار خمس ناقص الغالب فيما دل على سيئة أن يكون على وثن فعيد مثل فحيل أثيم ذميل ست ناقص الغالب فيما دل على صوت أن يكون على وثن فعال أو فعيد مثل عواء نباح مواء زئير نهيق أمين سبع ناقص الغالب فيما دل على لوني أن يكون على وثن فعلة مثل صفرة خضرة زرقة وفي غير هذه المعاني يغلب أن يكون نصر المتعدي من باب نصرة وفهمة على وثن فعل كنتصر وفهم ومصدر لازم من فعلة على وثن فعول مثل صعود نزول جلوس ومصدر لازم من فعلة على وثن فعل مثل ضجر بطرة عطشة فعور ومصدر لازم من فعلة على وثن فعولة أو فعال مثل صعوبة وسهولة ونباهة وشجاعة وقد يأتي للفعل الواحد مصدراني فأكثر 2-4 مصدر الرباعي على فعضال مثل ضحرج ضحرجة وقليلا ما يأتي على وثن فعلال مثل ضحرج فإن كان مضعفا جاء منه الوزنان على حد سواء ززل ززل وزلزالا أما مصدر الثلاثي المزيد بحرف فمصدر فعلة هو تفعيل مثل حسن تحسينا فإن كان معطل الآخر جاء المصدر على وثن تفعيل مثل زكا تزكية فتأعوض منها تفعيل ومصدر أفعل هو إفعال مثل أكرم إكراما ومصدر فاعل هو مفاعلة بالطراب ولكثير من الأفعال مصدر آخر على وثن فعال مثل ناضل نضالا ومناضلة حاور محاوراتا وحوارا ثلاثة ناقص الخماسي لمصادره كلها قياسية فالرباعي المزيد بحرف تفعل يأتي مصدره دائما تفعل الله مثل تدحرج تدحرجا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن افتعل مصدره دائما على افتعال مثل اجتمع اجتماعا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن انفعل مصدره دائما على انفعال مثل انطلق انطلاقا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن تفعل مصدر دائما على تفاعل مثل تكسر تكسرا والثلاثي المزيد بحرفين من وزن تفاعل مصدره دائما على تفاعل مثل تمارض تمارضا وثلاثي المزيد بحرفين من وزن إفعل مصره دائما على إفعلال مثل إفصر فرارا أربع ناقص الثداسي المصادره كلها قياسية أيضا فإن كان رباعيا مزيدا بحرفين فمصر إفعلال دائما على إفعلال مثل إقشعرق شعرارا ومصر أفعمل دائما على إفعلال مثل إحرنج محرنجاما وإن كان ثلاثيا مزيدا بثلاثة أحرفة مصر إفتفعل دائما على إفعل مثل إفتفهم استفهاما ومصر إفعل دائما على إفعال مثل إفصر فرارا ومصر إفعوال دائما على إفعال مثل إعشع شبع شيشابا ومصر إفعوال دائما على إفعوال مثل أجلو بجلوابا وفي جميع هذه الأوزان الخماسية والصداسية كسر الحرف الثالث من الفعل وزيدت الفقبل الآخر إلا المبدوء بثاء زائد فمصدره على وزن مناديه بضم قبل آخر تقاتل تقاتلا تدحرج تدحرجا أنواع المصادر واحد ناقص المصدر الميامي يبدأ بميامي زائد وهو من الثلاثي على وزن مسعل مثل مضرب مشرب موقع أما المثال الواوي المحذوف الثاء في المضارع مثل وعد فمصدره الميامي على مفعل مثل موعد ومن غير الثلاثي يكون المصدر الميامي على وزن اسم المفعول أسأمني مرتقى بالقطار ارتقاب إثنان ناقص نصدر المرة يصاغ للدلالة على عدد وقوع الفعل وهو من الثلاثي على وزن فعل مثل أقرأ في النهار قرأه وأكتب كتبتين فأسرح ثلحات ثلاثا ويصاغ من غير الثلاثي بإضافة تائم إلى المصدر انطلق انطلاقتين في اليوم فإن كان في المصدر تاء دل على المرة بالوصف فيقال أنلت إيمان واحدة وإذا كان للفعل مصدران أتى مصدر المرة من المصدر الأشهر والأقلص مثل زفزله زفزلة ولا يقال زفزله زفزلة ثلاث ناقص نصدر الهيئة يصاغ للدلالة على الصورة التي جرى عليها الفعل وهو من الثلاثي على وزن فعل مثل يمشي نشية المتكبر فإن كان مصدره على وزن فعل دللنا على مصدر الهيئة بالوصف أو باء الإسلام الخامزة تحت العصادة ضيفاة مربوطة من ثائلام ينشد نشطة واضحة نشطة تلهف وليس لغير الثلاثي مصدر هيئة وإنما يدل عليها بالوصف أو بالإضافة مثل يتنقل تنقل الخائف ويستفهم استفهام الملح هذا وقد شذ مجيء وزن فعل من غير الثلاثي فقد سمع للأفعال الآتية اختمرت المرأة خمرة حسنة وانتقبت نقل بارعة وعتن الرجل عما جميلة أربع ناقص المصدر الصناعي يشتق من الكلمات مصدر بزيادة هيئة مشددة على آخره بعد هاتاء يقال له المصدر الصناعي مثل الإنسانية، الديمقراطية البهينية، ومثل العالمية، الأسبقية، الحرية، التعاونية، لا سرق في ذلك بين الجامد والمشتق اسم المصدر، ما دل على معنى المصدر ونقص عن حروف أبوه دون عوض أو تقدير فهو اسم مصدر مثل عطاء من أعطاء إعطاء، وسلام من سلمة تسليما، وعون من عانى أعانى، وزكاة من زكاة تذكية فتالنا قتال ليست اسم نصدر من قاتل لأن فيها ياء نقضي رهبعد ألقاف قيتال كما مر بك، وقالنا ليست اسم نصدر من وثن لأن ألواء الناقصة منها عوضت بطاء في الآخر ملاحظات ثلاث، واحد ناقص يصاغ من الثلاث مصادر تدل على المبالغة على وثن، تسعل، قياسا مثل في ضراب، تسيار، تسكاد، وهي مفتوحة أتاء إلا في كلمتين تاؤهما مكسولة هما في بيان وتلقاء اثنان ناقص وردت سماعا أسماء بمعنى المصدر على وزن اسم الفاعل أو اسم المفعول مثل العاقبة، العافية، الباقية، الدلاة، الميسور، المعثور، المعقول ثلاث ناقص المصادر المؤكدة لا تثني ولا تجمع ولا تتغير في التذكير وتأنيف مثل نصرتهم في ثلاث معارك نصرا وكذلك المصدر الذي يقعصف بقصد المبالغة مثل هذا رجل ثقة وهي امرأة عدل وهم رجال ثق عمل المصدر واسمه المصدر أصل الفاعل ولذلك يجوز أن يعمل هو واسم المصدر عمل فاعلهما في جميع أحواله واحد ناقص مجردا من ألي والإضافة مثل أمر بمعروف صدقة وإعطاء فقيرا كثاء صدقة فالجار والمجرور بمعروف تعلقا بالمصدر أمر لأن فعله أمر يتعدى إلى المأمور به بالباقي وإعطاء المصدر مصابة مفعولين لأن فعلها ينصاب مفعولين اثنان ناقص مضافا مثل أعجبني تعلمك الحساب في الحساب مفعول به للمصدر تعلم والكف مضاف إليه لفظا وهو الفاعل في المعنى ثلاث ناقص محلي بألي مثل ضعيف النكاية أعداءه في أعداء مفعول به للمصدر النكاية ولا يعمل المصدر واسم المصدر إلا في حالين واحد ناقص أن ينوبى عن فعلهما عطاء للفقيرة حكثا المجرمة اثنان ناقص أن نصح حلول الفعل محلهما مضحوبا بأن المصدرية أو إثم المصدرية تقول يعجبني تعلمك الحساب يساوي وعجبني أن تتعلم الحساب وإذا كان الزمان للحال قلت يعجبني ما تتعلم الحساب اليوم وعلى هذا لا تعمل المصادر التي لا يراد بها الحدوث مثل أحب الصوت المطرب أنت واسع العلم وللمصادر المؤكدة مثل أكرمت إكراما للفقيرة فالفقير مفعول للفعل أكرم والمصدر مؤكد لا عمال له وللمصادر المبنية للنوع أو العدد مثل زرت زورتين أخاك فإذا له صوت صوت سبع في أخاك نصب بالفعل زرت لا بالمصدر المبين للعبد وصوت لم تنصب بالمصدر السابق صوت ولكن بفعل محذوف تقديره يصوت وكذلك المصادر المصدر لا تعمل فلا يقال صرني فتيفك الباب أحكام ثلاثة واحد ناقص لا يتقدم فعول المصدر عليه إلا إذا كان المصدر نائبا عن فعله مثل المجريم حبسا أو كان المعمول ظرفا أو جارا ومجنورا مثل فتجند بالدار المرور ولا يقال الفقير يعجبني إكرامك اثنان ناقص إذا أريد إعمال المصدر أخر نعطه تفيدك طراءتك الدرس الكثيرة ولا يقال تفيدك طراءتك الكثيرة الدرسة ثلاثة ناقص يجوز في تابع المعمول المضاف إليه المصدر الجر مراعة لللفظ والرفع أو المصدر مراعة للمحل مثل سررت بزيارة أخيك وأبيه يساوي وأبوه ساء الانتهار الفقير والمسكين يساوي والمسكينة ملاحظة للمصدر الميمي ولفم المصدر في عملهما عمل المصدر كل الأحكام المتقدمة الشواهد ألف همزة على العفا وبعد عطائك أن أتأردت واحد ناقص أكفرا بعد الرد الموت عني القطاني طلب المعقب حقه المظلوم اثنان ناقص حتى تهجر في الرواح وتهاجه يعني طالبا إياه طلب المعقب ناقص لبيد أهدى السلام تاحية من ظلم ثلاثة ناقص أظلوم إن مصابكم رجلا الحالس بن خالد المخزوم مخافة الإفلس والليانة أربع ناقص قد كنت داينت بها حسانة الليان المضل ناقص زياد العنبري الأمناقص لا أبالك ناقص واضطرابة خمس ناقص أعبدا حمد في شعبي غريبا جرير قرع القواقذ أفواه الأباريق ست ناقص أثني تلادي وما جمعت من ناشي القاقوذة قطح الخمناقص الأكيش الأسري سبع ناقص ولولا دسعوا الله الناس بعدهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لطوي عزيز الحج 22 مقصومه على أربعون تماني ناقص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن تفر فإن الله غني عن العالمين آل عمران ثلاث مقصومه على سبعة وتسعون تسع ناقص فلق تحمل عقبة وما أداك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم غيمة غبة يتي من زامة غبة أو مسكي من زامة غبة البلد تسعون مقصومه على أحد عشر ناقص ستة عشر كررت فلم أنتلا عن ضرب مصنع عشرة ناقص لقد علمت أولي المغيرة أنني المرار با يجد عسيرا من الآمال إلا ميسرة أحد عشر ناقص إذا صحي عون الخالق المرأة لم فلا ترايا لغيرهم ألوفة إثنى عشر ناقص بعشاتك الكرام تعدي منهم يخالي الفرار يراخ الأجل ثلاثة عشر ناقص ضعيف لكي أعداءه عادرا من عهدت فيك عذولة أربعة عشر ناقص إن وجدي بك شديدة أراني موسيقى 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 أجلوب ذي البعير أسرع شذ الكفر في هذه المصابر مرجع مصير معرفة مقدرة مبيب مشيب نذيد محيد معتبة وأمثالها فيحافظ على كثر ما ورد مكسورا المشتقات وعملها الأسماء المشتقة سبعة اسم الفاعل واسم المفعول والسفة المشبهة واسم التفضيل واسم الزمان واسم المكان واسم الآلة والاشتقاق أخذ كلمة من أخرى مع تناسب بينهما في المعنى وتغيير في اللفظ مثل حسن من حسنة وأصل المشتقات جميعا المفدر واحد ناقص اسم الفاعل وعمله يصاغ اسم الفاعل للدلالة على من فعل الفعل على وجه الحدوث مثل أكاتب أخوك درسه أو على من قام به الفعل مثل مائد سليم ويشتق من الأفعال الثلاثية على وزن فعل مثل ناصر قائل واعد رامى قابن شاد ويكون من غير الثلاثي على وزن مضارعه المعلوم بإدال حرف المضارعه مما مظمومه وكسر ما قبل آخر مثل مكرم مستغسر متخاف ثماني متجمع مختار مصطفن وإذا أريد الدلالة على المبالغة حول اسم الفاعل إلى إحتصية الآتية فعال مثل رفار ضراب مسعال مثل مقوال فعول مثل ققول غفور ضراب فعيل مثل كحيم عليم فعيل مثل حذر ويلاحظ أن أفعال فيها المبالغة كلها متعبية وقل أن تأتي من الفعل اللازم وهناك صيحة أخرى سماعية مثل مسعال مدعس يثاوط عن فعيل ومصعيل للمباوم على الشيء مثل سكير ومعطير وفعال مثل هم الزهول ومزه وضوحك وفعال مثل فاروق وحاطوم وهضوم وفعال مثل طوال وكبار وفعال مثل كبار وحسان ملاحظة فيه فعول ومفعال ومفعال هو مفعيل يثوي فيها المذكر والمؤنث نقول رجل مع طير ومرأة مع طيرة ورجل أوم وأم أوم عمل اسم الفاعل ومبالغاته يعمل اسم الفاعل عمل فعله المبني للمعلوم تقول أذائر أخوك رفيقه يثاوي أيدور أخوك رفيقه وقد يضاف إلى مفعوله بالمعنى مثل أخوك زائر رفيقه فرفيق مضاف إليه لطلا وهو المفعول به معنى هذا ولا يضاف اسم الفاعل إلى فاعله البط على عكس ما رأيت في المصدر ويعمل في حالين واحد ناقص إذا تحلي بألي عمل دون الشرط المكرم ضيفه محمود مجرت بالمكرم ضيفه إلى آخره اثنان ناقص إذا خلام ألي فلابد لعمله من شرطين الفهم ذا على العطاء ناقص أن يكون للحال أو للاستقباه باء ناقص أن يسبق بنفي أو استفهام أو اسم يكون اسم الفاعل خبرا له أو سفة أو حالا مثل ما منصف خالد أخاه ناقص هل ذاهب أنت معي ناقص أخوك قارئ درسه ناقص مررت برجل حازم أمتعته وقد يحذف الموصوف إذا علمي تقول مررت بحازم أمتعته ناقص رأيت أخاك رافع يده بالتحيتي ومبالغات اسم الفاعل تعمل عمله بشروطه وأكثرها عملا وزن فعال فمفعال ففعول ففعال هذا ضغام دوع فأناقص مررت بمنحارين الإدل ناقص القؤول الخير محبوب ناقص أرحيم أبوك أطفاله ناقص ما حذر أعدوه هذا والمفرد والجمع من اسم الفاعل ومبالغاته في العمل سواء ملاحظة ثاني واحد ناقص يجوز في تابع المفعول المضاف إليه اسم الفاعل الجر مراعا لللفظ والنصب مراعا للمحل على نحو ما مري في المصدر اثنان ناقص يجوز تقديم عمول اسم غير المحلي بألي عليه إلا إذا كان مجهورا بالإضافة أو بحرف جر أصلي تقول أهذا جار مكرم ضيفه ليس أخوك مثيئا إلى خصمه وفي غير هذين الحالين يجوز تقديمه تقول أهذا ضيفه مكرم وليس أخوك خصمه بمنصف أما المحلي بألي فلا يتقدم عموله عليه الشواهد الأفهم ذا على العصة فلم يدرها وأوهل قرنه ألوال واحد ناقص كناطح صخرة يوما لوهمها الأعشى وليس بولاج الخوالب أعقلة اثنان ناقص أخى الحرب لباسا إليها جلالها القلاخ محزن إذا عدم زادا فإنك عاقر ثلاث ناقص ضروب بنا في السيف سوق ثمانها أبو طالب حتى أبير نالكا وكاهلا أربع ناقص والله لا يذهب شيخي باطلة شيخي معد حسبا ونائلا القاتلين البطلة الحلاحلة آميرو القيث جحاش لكرميل لها فذيد خمس ناقص أتامي أنهم مذيقون عربي الفديد التصويت الكرملن ما بجبلطي ناقص زيد الخيل للحرب دائرة على ابن ضمضم ست ناقص ولقد خشيت بأن أنوت ولم تدري والنادرين إذا لم أعلقهما ذمي أشاتمي عربي ولم أشتمهما عن ترى غفر ذنبهم غير كفر سبع ناقص ثم زادوا أنهم في قومهم طرفة بدوامة تجر دون هو حجيش ثمانية ناقص عشية سعبة لو تراءت الراهب على الشوق إخوان العزائي هو يوج قليدين هو تاج للشوق إنها أبو ذؤيب عودا تزجى بينها أطفلها تسع ناقص الواهي بالمئة الهجاني وعبدها الأعشى عشرة ناقص ستولى عنهم يوم يضع داع إلى شيء نقر خش عن أقصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر القمر أربعة وخمسون مقصومة على ست ناقص سبعة باء ما ليس ينجيه من الأقدار أحد عشر ناقص حذر أمورا لا تضير وآمن اثنى عشر ناقص أمل عسل فأنا شراب ثلاثة عشر ناقص إنه لمنحار بوائكها سمانها أو عبد راب أخا عم ابن محراق أربعة عشر ناقص هل أنت باعث دينار لحاجتنا لي أمهم في الحبي عاذنون خمسة عشر ناقص حيث شعري مقيم العودة قوني اسم المفعول يصاغ اسم المفعول للدلالة على من وقع عليه الفعل ويكون من الثلاثي على وزن مفعول مضوب منضوح موعود مخزر مرمي أصلها مرموي قلبة الوعياء مقول مدين أصلها مقول ومديون فحذفا العلا في ألفا الأجوث ويدم قبلها إن كانت العلا هواوا ويكسر إن كانت ياء ويصاغ من غير الثلاثي على وزن المضارع المجهول بإدال حرف المضارع ممن مقمومة وفتح ما قبل الآخر يكم مكم يستغفر مستغفر يتداول متداول يستغفر مستغفر يختار مختار لا يصاغ اسم المفعول إلا من الفعل المتعدي فإذا أريد صياغته من فعل لازم فيجب أن يكون معه الظرف أو مصدر أو جار ومجرور السرير منوم فوقه الأرض متسابق عليها هل مفروح اليومي سرح عظيم؟ ملاحظة بمعنى اسم المفعول فيها أربع سماعية يستوي فيها المذكر والمؤمنث واحد ناقص فعيل جريح قتيل اثنان ناقص فعيل شاذبح مذبوحة طحن طرح ثلاث ناقص فعيل قنف سلب جلب أربع ناقص فعيل أكلة مضغة طعمة تنبيه يجتمع أحيانا اسم الفاعل واسم المفعول من غير الثلاثي على صيغة واحدة في المضعف والأجوث مثل اختار كرئيس كفأنت مختار ورئيس كمختار شادت أخاك فأنا مشاد وأخوك مشاد والتفرق بالقرينة عمل اسم المفعول والاسم المنصوب يعني الاسم المفعول عمل فعله المبني للمشهول في الأحوال والشروط التي تقدمت لسم الفاعل تقول واحد ناقص المكرم ضيفه محمود الآن أو بأمس أو بغدا يساوي الذي يكرم ضيفه محمود اثنان ناقص ما خالد منصف أخوه ناقص هل أخوك مقروء درسه ناقص مررت برجل محزومة أمتعته ناقص رأيت أخاك مرفوعة مهده بالتحية أما الاسم المنصوب فيرفع نائب فاعل فقط لأن يائه المشدد بمعنى منصوب تقول أحمصي جارك يساوي أمنصوب جارك إلى حماس يساوي أينساب جارك إلى حماس ملاحظة يجوز إضافة اسم المفعول والاسم المنصوب إلى مرفوعهما على خلاف ما مري في اسم الفاعل تقول ما خالد منصف الجاري أحمصي الجاري أنت الشواهد واحد ناقص الخير معقود بنواطيها الخير إلى يوم القيامة حديث شريفي أمحمول على النعش الهمام اثنان ناقص ألم أقسم عليك لتخبرني النابغة صلى عليك منهزل الفرقان يا خاتم الرسل المبارك ضوءه منصوب إلى سيدة فاطمة الصفة المشبهة باسم الفاعل أسماء تصاب للدلالة على من التصف بالفعل على وجه الثبوت مثل كرين الخلق شجاع نبيل ولا تأتي إلا من الأفعال الثلاثية اللازمة وصياغها كلها سمعها إلا أن الغالب في الفعل من الباب الرابغ باب تجب يطرب أن يكون على إحدى الصياغ الآتية واحد ناقص على وثن فعيدة إذا دل على فرح أو حزن مثل ضجرة وضجرة طربة وطربة اثنان ناقص على وثن أفعل فيما دل على عيب أو حسن في خلقته أو على لون مثل أعرج أصلع أحور أخضر ومؤنث هذه الصيغة فعلا أن عراجاء صلعاء غوراء خضراء والجم فعلا عرج صلع خور خدر ثلاث ناقص على وثن فعلان فيما دل على فرحة خلوي أو امتلاء عطشان وريان جوعان وشبعان والمؤنث فعلي عطشي وربة وجوع وشبعي وإذا كان الفعل اللازم من باب كرم فأكثر ما تأتي صفاته على فعيل مثل كريم وشريفي وله أوزان أخرى مثل شجاع وجبان وصلب وحسن وشأم هذا وكل ما جاء من الثلاثه بمعنى اسم فاعل ووزنه مغير لوزن اسم الفاعل فهو الصفة مشبهة مثل سيد وشيخهم موسيئة ملاحظة إذا قصدت من اسم الفاعل أو اسم المفعول الثبوت لا الحدوث أطبح صفة مشبهة يعمل عملها مثل أنت محمود سجايا طاهر الخلق معتدي للإطباع أما إذا قصدت من الصفة المشبهة الحدوث جئت بها على صيرة اسم الفاعل فتعمل عمله مثل أنت ردم سائد رفاقك الصفة سيد فضيق الصفة المشبهة إذا أردت منها الحدوث قلت صدرك اليوم ضائق على غير عادتك عمل الصفة المشبهة معمول الصفة المشبهة إما أن يرفع علاء فاعلية أخوك حسن صوته وأما أن يجر بالإضافة أخوك حسن الصوت وهو أغلب أحواله وإما أن ينصب على التمييز إن كان نكر أو شبه المفعولية إن كان معرفة أخوك حسن صوتا حسن صوته وتنتمع الإضافة إذا كانت الصفة بألي ومعمولها خال منها ومن الإضافة إلى محلي بها فلا يقال أخوك الحسن صوته على الإضافة ويقال أخوك الحسن الصوت أخوك الحسن أداء الغناء الشواهد قبر ابن مارية الكريم المفضل واحد ناقص أولاد جثنى حول قبر أبيهم شم الأنوف من الطراز الأول بيبون الوجوه كريمة أخسابهم فسان هلالا وأخرى منهما تشبه الشمس اثنان ناقص فتاتان أما منهما فشبيهة ابن قيس الرقيات سم العودة وآفة الجزر ثلاث ناقص لا يبعدا قوم الذين هم والطيبون معاقب الأزر النازلون بكل معترك خرنق بنت بدر اسم التفضيل يصاغ على وثن أفعل للدلالة على أن شيئ يشترك في صف وزاد أحدهم فيها على الآخر مثل كلاكما ذكى لكن جاركا أذكى منك وألم وقد يصاغ للدلالة على أن صف الشيء زادت على صف شيء آخر مثل العسل أحل من الخل والطالح أخبث من الصالح وقليلا يأتي بمعنى اسم الفاعل فلا يقصد منه تفضيل مثل الله ألم حيث يشعل رسالته هذا ولا يصاغ اسم التفضيل إلا مما اتوفى شروط اشتقاق فعلي التعجب صاد 16 فإذا أريد التفضيل فيما لن يستوفي أشروط أتينى بمصدره بعد اسم تفضيل فعله مستوفى أشروط مثل أنت أكثر انصاقا وأسرع استجابة واسم التفضيل لا يأتي على حال واحدة في مطابقته لموصوفه وأحواله الثلاثة واحد ناقص يلازم حال واحدة هي الإفراد والتذكير والتنكير حين يقارن بالمفضل عليه مجرورا بمنه الطلاب أكثر من الطالبات أو يضاف إليه منكرا الطالبات أسرع كاتبات اثنان ناقص يطابق موصوفه إن لم يقارن بالمفضل عليه سواء أعرف بألي أم أضيف إلى معرفة ولم يقصد التفضيل مثل نجح الدارسون الأقدرون والطالبات الفضليات حتى الطالب ثاني أسرع غياني زميلات كفضليات الطالبات ثلاثة ناقص إذا أضيف إلى معرفة وقصد التفضيل جازت المطابقة وعدمها مثل الطلاب أفضل الفتيان يساوي أفاضرهم زينب أكبر الرفيقات يساوي الكبري الرفيقات ملاحظة لم يرد لكثير من أسماء التفضيل جمعي ولا مؤمث فعلى المتكلم مراعاة السماع فإذا اضطر قسم راعي للذوق اللغوي السليم عمله أغلب عمل اسم التفضيل رفع الضمير المستتر مثل أخوك أحسن منك ففي أحسن ضمير مستتر هو يعود على المبتدأ وقد يرفع الاسم الظاهر أحيانا ويضطرد ذلك حين يصح إحلال ألف علم حله مثل هذا التركيب ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد وهو تركيب مشهور في كتب النحاء وظاهر أن اسم التفضيل فيه واحد ناقص مسبوك بنفي اثنان ناقص ومرفوعه أجنبي عنه ثلاث ناقص وهو مفضل مرة الكحل في عين زيد أربع ناقص ومفضل على نفسه مرة الكحل في عين غير زيد وقد سمع في مثل نررت بكريم أكراما منه أبوه هذا ولا يتقدم معمول اسم التفضيل عليه بحال وتقدم الجار والمجهور المتعلقين به ورد ضرورة في الشعر على الشذوذ الشواهد ألف همزة على العصة وسالفة وأحسنهم قذالة واحد ناقصه ما يأحسن الثقلين جيدا ذر مما وأندى العالمين بطون راحي اثنان ناقص أنستم خير من ركب المطايا جرير ثلاث ناقص قل هل منبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا الكحف ثمانية عشر مقصومه على مئة وثلاثة ناقص مئة وأربعة أربع ناقص وإذا تطلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا رئيا هيئة ناقص مريم تسعة عشر مقصومه على ثلاثة وسبعون ناقص أربعة وسبعون خمس ناقص ألا أخبركم بأحبكم إلي وأقربكم من مجالس لوم القيامة أحسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا الذين يألفون ويألفون حديث شريفي باء فأسماء من تلك الزعينة أنضحة ست ناقص إذا سيرد أسماء يوما ضعينة جرير سبعة ناقص الأشج والناقص أعدل بني مروان الأشج عمر بن عبد العزيز ناقص والناقص عزيز بن عبد الملك الموجب في قواعد اللغة العربية اسم الزمان واسم المكان يصاغان للدلالة على زمن الفعل ومكانه مثل هنا مدفن الثروة وأمس متسابق العدائين ويكونان من الثلاثي المفتوح العين في المضارع أو المضموم العين على واسم مفعل مثل مكتب مدخل مجال منظر وإذا كان مكسور العين في الوزن مفعل مثل منزل مهبط مطير مبيع فإذا كان الفعل ناقصا كان على مفعل مهما تكون حركة عينه مثل مسع موقع مرمى وإذا كان الفعل مثالا صحيح اللغم فاسم الزمان والمكان منه على مفعل مثل موضع موقع أما غير الثلاثي فاسم الزمان والمكان منه على وزن اسم المفعول المثل هنا منتظر الزوار مكان انتظارهم غدا مسافر الوفد زمن سفره فاجتمع على صيغ واحدة الأفعال غير ثلاثية المصدر الميمي واسم المفعول واسم الزمان والمكان والتفرق بالقرائم ملاحظة ما ورد على غير هذه القواعد من أسماء الزمان والمكان يحفظ ولا يقص عليه فقد سمع بالكسر على خلاف القاعدة هذه الأسماء المشرق المغرب المسجد المنبك المنجر المظنة وفتاحها على القاعدة صواب أيضا وإن كان مراعاة السماعة أحسن اسم الآلة يصاب من الأفعال الثلاثية المتعدية أو ثان ثلاثة للدلالة على آلة الفعل وهي مفعال ومفعال ومفعال بكسر الميم في جميعها مثل مخرز ومبرد ومفتاح ومطرقة هذا وهناك صيحة أخرى تدل على الآلة كثم الفاعل ومبالغته مثل كابح فرامة صقالة وجرافة وسحاب وفعال مثل ضماد وحزام وفعول مثل ساتور وفعول مثل قدوم وغيرها ملاحظة لا عمال لسم الزمان ولا لسم المكان ولا لسم الآلة ملاحظة لا تبع بأسماء الآلة بضمن الأول والثالث مثل المنخل والمدق والمكحلة ويجوز فيها اتباع القاعدة العامة أيضا المرفوع من الأسماء يرفع الاسم إذا وقع فاعلا أو نائب فاعل أو مبتدأ أو صبرا أو اسما لكان وأخواتها وما ألحق بها أو خبرا لئن وأخواتها وقد تقدمت أحكام كان وأخواتها وما ألحق بها كان في بحوث الأفعال صاد ستة وستونة فارجع إليها وإليك البقية في أربع مباحث الفاعل كل اسم دل على من فعل الفعل أو اتصف به وسق بفعل مبنى للمعلوم أو شبهه مثل قرأت الطالبة ونام الطفل وجاري حسنة داره وشبه الفعل في هذا الباب خمسة واحد ناقص إثم الفعل مثل هيهات السفر اثنان ناقص إثم الفاعل مثل هذا هو الناجح ولده أخوك ستاكن سلاحه ثلاث ناقص وصفة المشبه مثل عشر مو حسنا خلقه أربع ناقص وما كان في معنى الصفة المشبه من الأصماء الجاندة مثل خالد علقم لقاؤه وعلقم هنا بمعنى الصفة المشبه مرم ولذا عمل عملها خمس ناقص واسم التفضيل مثل مررت بكريم أكرم منه أبوه وأشباه الفعل هذه مرت أحكامها آنفا والمرفوع بعدها فاعلها وإليك أحكاما تتعلق بمطابقة الفاعل لفعله تذكيرا وتأميثا وإفادا وجمعا ويجره لصدا بوقوعه ضميرا أو مؤولا أو بجملة وبتقديمه على مفعوله وتأخيره عنه وبحثه وحث فعله أحيانا واحد ناقص مطابقته لفعله فالإفهم ذا على العصى ناقص الأصل أن يؤنس الفاعل مع الفاعل المؤنث ويذكر مع المذكر تقول سافر أخوك حين طلعت الشمس وجوزوا ترك المطابقة في الأحوال الآتية واحد ناقص إذا كان بين الفاعل والفاعل المؤنث فاصلنا قرأ اليوم فاطمة اثنان ناقص إذا كان الفاعل مجازي تأنيث طلع الشمس ثلاث ناقص إذا كان الفاعل جمع تكثير حضرت طلاب ونشرت الصحف يساوي حضرت الطلاب ونشرت الصحف أربع ناقص إذا كان الفاعل من أفعال المتح والظم نعم المرأة أسماء يساوي نعمة المرأة أسماء خمس ناقص إذا كان الفاعل مفرده مؤنثا لفظا فقط جاء الطلاحات يساوي جاءت الطلاحات ست ناقص إذا كان الفاعل ملحقا بجمع سالم للمذكري أو المؤنث يقرأ البنونة تقرأ البنونة قرأ البنات قرأت البنات سبع ناقص إذا كان الفاعل من أسماء الجموع مثل قوم نساء أو من أسماء الأجناس الجمعية مثل العرب الترك أروم تقول حضر النساء يساوي حضرت النساء يأبى العرب الضيم يساوي تأبى العرب الضيم هذا ويجب ترك التأميث إذا فصل بين المؤنث الحقيقي وفعله كلمة إلا مثل ما حضار إلا هند وذلك لأن المعنى ما حضار أحد فإذا كان الفاعل ضميرا منصف لنجاز الأمران ما حضار إلا هي يساوي ما حضرت إلا هي وإذا كان الفاعل ضميرا يعود إلى متقدم فالمطابق واجب لا محالة تقول الشمس طلعت أسماء نعمة امرأة البنات قرأت أو قرأنا ملاحظة قد يقتصد الفاعل المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأميث إذا صحي قيام المضاف إليه مقام المضاف بعد حسفه مثل شيبه صروف الدهر وأهمته شأن صغيراته والمطابق التقضي تأميث الفاعل الأول وتذكير الثاني وإن مجاز ذلك لأنه يصحي إسناد الفاعل إلى المضاف إليه فتقول شبيه الدهر وأهمته صغيراته فلوحظ في ترك المطابق لفظ المضاف إليه ولا يجوز ذلك في مثل قابلني أخو هند لتغير المعنى إذل يصحي إسناد هند إلى قابلني لأن الذي قابلني أخوها لا هي باء ناقص أما من حيث الإفراد والتصمية والجمع فالفعل المتقدم يلازم الإفراد دائما سواء أكان الفاعل مفردا أما ثماء أمي جمعا تقول في ذلك حضر الرجل حضر الرجلاني حضر الرجال حضارة المرأة حضارة المرأتاني حضرت النفسة بفيغة الإفراد ليس غير وما ورد على خلاف ذلك فالشاذ لا يعتدي به هناك شواهد شعرية قليلة مثل وقد أسلمه مبعد وحمين ورواية عن بعض العرب أنه قال أكلوني الباراغيث وقد أراد قوم أن يخيجوا هذه الألغة التي نسبت إلى بعض طيء وبعض أذد شنوئة فذهبوا في ذلك مذهبين منهم من جعل الضمير فاعلا والاسم المرفوع بعده بدلا منه ومنهم من جعله حرفا دالا على التطني أو الجمع لا ضميرا والفاع الاسم المرفوع بعده ولا حاجة إلى تخريج فهذه الروايات إن صحت فهي الشاذة ولغتها ربيئة ولم يخطئ من نبوزها باللغة أكلوني الباراغيث إلا أن ما يجب التنبيه إليه هنا هو أن بعضا من فضلاء النحاء الأقدمين توهم فضمنا آية وأسر النجوة الذين ظلموا وحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار من هذه اللغة وليس ذلك بصحيح ففاعل أسر وهو واور جماعة على الناس في أول سورة والذين فاعل قال المحذوفة وأسوب القرآن الكريم جرى على حذف ففاعل الغول اكتفاء بإثبات المقول في مواضع عدة والحديث له أول إن لله ملائكة يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل إلى آخره وبقيت هذه اللغة الرضيئة مفتقرة إلى شاهد صحيح لا ضرورة فيه اثنان ناقص جره لفظا يجري الفاعل لفظا على الوجود في موضع واحد هو فيرة التعجب أكرم بخالد فزيادة الباء هنا واجبة وقد يجري لفظا جوازا بثلاثة أحرص جرزائدة هي من الباء اللام فأما من فتجوز زيادتها بعض نفى أو نهي أو استفهام إذا كان الفاعل نكرام مثل ما سافر من أحد لا يتأخر منكم من أحد هل أصب أخاك من شيء؟ وأما الباء فتزاد بعد كفي مثل وكفى بالله شهيدا وأما اللام فسامع زيادتها على فاعل اسم الفاعل هيهة مثل هيهة هيهة لما تعدون هذا وكثيرا ما يضاف المصدر واسم المصدر إلى فعله ما في المعنى فيجرانه لفظا على الإضافة مثل سرني إكرامك الفقيرة وعون خالد العاجزين فكل من الضمير في إكرامك وخالد مضاف إليه لفظا والضمير فاعل للمصدري وخالد فاعل اسم المصدر في المعنى والفاعل في كل ذلك مجهور اللفظ مرفوع تقديرا ثلاث ناقص رقوعه اسما ظاهرا أو ضميرا أو مؤولا أو جملة يسافر الأمير ناقص أخواتي أصبى وما أخطأ إلا أن تناقص سرني أن تنجح ناقص وتبين لكم كيف فعلنا بهم فاعل الجملة الأولى اسم ظاهر الأمير وفاعل أصبى ضمير التثمية المتصل العائد على أخوك وفاعل أخطأ الضمير المنفصل أنت وفاعل سر جملة تنجح المؤولة مع الحرص المصدري أن بالنصدري نجاحك وفاعل تبين جملة كيف فعلنا بهم ولا خلاف وقوع الفاعل اسما صريحا أو ضميرا مستثيرا أو بارزا أو مؤولا بعد أحد الحروف المصدرية الثلاثة أن أن ما وإنما الخلاف وقوعه جملة فبعض النحايا ما هو يقدر فاعلا من نصدر الفعل فيقول في مثل الجملة الأخيرة إن الفاعل التبين مقدرا وجملة كيف فعلنا بهم مفسر للتبين المقدر هكذا وتبين لكم التبين كيف فعلنا بهم وآخرون يجيزون وقوعه جملة ويستغنون عن تكلف التقدير هذا ويذكر الطالب أن ضمير الغائب والغائب مستثير جوازا في الماضي والمضارع لا يستثنى إلا ضمير فعل التعجب ما أجمل الأنصاف وإلا ضمير أفعال لاستثناء خلا عدا حرشة فاستتره فيها جميعا واجب وأما ضمائر المتكلم الواحد والمخاطب الواحد في المضارع والأمر وأثماء الأفعال فمستثره وجوبا دائما أربع ناقص تقديمه على مفعوله وتأخيره عنه الأصل في الترتيب أن يأتي الفاعل بعد الفعل ثم يأتي المفعول به تقولك قرأ خالد الصحيفة ويجوز أن تعكي في الترتيب فتقول قرأ الصحيفة خالد ويتحتم تقديم الفاعل على المفعول به في المواضيع الأربعة الآتية أناقص إذا كانت علامات الإعراب لا تظهر عليهما فحذرا من وقوع للتبس عند عدم القرين نقدم الفاعل مثل أكرم مصطفى موسى وكالم أخي هؤلاء فإن وجدت القرين هجاز التقديم والتأخير مثل أكرمت أختي موسى أكرمت موسى أختي باء ناقص أن يحصر الفعل في المفعول به ما قرأ خالد إلا كتابين إنما أكل فريد رغيفا ومن النحة من جوز التقديم والتأخير إذا كان الحصر به إلا فقط جي ناقص أن يكون الفاعل ضميرا والمفعول به اسما غادرا قابلت خالدا بالناقص أن يكون ضميرين ولا حصر في الكلام قابلته ويجب تأخير الفاعل وجوبا في المواضيع الثلاثة الآتية أناقص إذا اتصل بضمير يعود على المفعول مثل سكن الدار صاحبها ولولا تأخير الفاعل لعادي الضمير على المفعول المتأخر لصبا ورتبا وهو غير جائز باء ناقص إذا كان اسما ظاهرا والمفعول ضميرا مثل قابلني أخوك جي ناقص أن يحصر الفعل فيه ما أكرم خالدا إلا سعيد إنما أكل الرغيف أخوك خمس ناقص حففه وحذف فعله الفاعل ركني في الجملة نابد منه سواء أكان اسما صريحا أن ضميرا راجعا إلى مذكور وقد يكون ضميرا لما تدل عليه قرينة حالية مثل حتى توارد الحجاب أي توارد الشمس ولم يسبق للشمس ذكر لكنها مفهومة من سياق الكلام ومثل إذا كان غدا سافرنا والمقدر كلمة الحال أو ما نحن فيه من عزم وسلامة إلى آخره وقد يكون ضميرا لما يدل عليه قرينة لفظية كالحديث المشهور لا يزن الزمي حين يزن وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشابها وهو مؤمن وظاهر أن ضمير يشرب يعود على أشارب المفهوم من الفعل وأكثر هذه الأحوال وقوعا أن يعود الضمير على مذكور سابق أجوبت الأسئلة مثل قولك لم يحضر لمن سألك هل حضار أخوك؟ أم الفعل فأكثر ما يحذف في الأجوب مثل قولك خالد لمن سألك من حضارة؟ وخالد فاعل فعل محذوف جوازا لوروده في السؤال وقد يكون الاستفهام مقدرا مثل أذيت أحمد فكأن سائلا سأل من أذاك فأجبت أحمد أي أذاني أحمد إلا أنه يجب حذف ألفع الإطراضا إذا وقع ألفع البعد أداه خاصة بالأفعال كأدوات الشرط وتلاه مفسر للفعل السابق مثل إذا الرجل ضيع الحزم اضطربت أموره والرجل فاعل لفعل محذوف وجوبا يفسره ضيعه الشواهد ألف همزة على العطة كما أتى ربه موسى على قطر واحد ناقص جاء الخلافة أو كانت له قدرا جرير اثنان ناقص ولا أن سألتهم من خلقهم لا يقولنا الله فأنا يؤفكون الزخرف ثلاثة وأربعون مقصومة على سبعة وثمانون درابة وأترك عندهم فؤادي ثلاثة ناقص أقاتل الحجاج إن لم أزر له إلى قطري لا أخالك راضيا فإن كان لا يرضيك حتى تردني سوار السعبي فليس على شيء ثوار بخزان أربع ناقص إذا المرء لم يخزن عليه رساله آميروا القيث وضعنون إلي ثم تصدعوا خمس ناقص فبوكي بناتي ششوهن وزوجتي عبد ابن الطبيب ست ناقص قال آمنت أنه لا إلها إلا الذي آمنت به بني إسرائيل وأنا من المسلمين يونس عشرات مقصومة على تسعون سبع ناقص ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور فاتر خمسة وثلاثون مقصومة على تمانية وعشرون وهل أن إلا من أبيع أو مدر تمانية ناقص ثمنت نتايا أن يعيش أبوهما لبيد كفشيب والإسلام للمرء ناهيا تسع ناقص عميرة تودع إن تجهزت غازيا سحين عبدي بن الحسحف عشرة ناقص ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين يوسف إثنى عشر مقصومة على خمسة وثلاثون أحد عشر ناقص يا أيها النبي إذا جاءت المؤمنات يبايعناك علي أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقنا ولا يزنين ولا يقتلنا أولادهن ولا يأتينا ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف سبايعهن الممتحين ستون مقصومة على إثنى عشر با أجند لن يحملن أم حديدة إثنى عشر ناقص ما للجمال مشرها وإذا منسوب للذباء فإن الحوادث أوذى بها ثلاثة عشر ناقص فإما تريني ولي لما الأعشى وقد أسلمه مبعد وحاميم أربعة عشر ناقص فولى فتال المارقين بنفسه ابن قيس الرقيات جزاء الكباب العاويات وقد فعل خمسة عشر ناقص جزى ربه عني عدية ابن حاتم أبو الأسود بدي أليو هتتنا حجاب الشمس أو قطرة دمى ستة عشر ناقص إذا ما غضبنا غضبه مضرية يريب قطرة صيوف بشار في حربنا إلا بنات العم ناقص سبعة عشر ناقص ما بريئت من ريبة وذمة بعدي وبعدك في الدنيا لنغرور ناقص تمانية عشر ناقص إن مرئ غره من كنا واحدة ألقصناها غروس حائب تسعة عشر ناقص نوتي جرى بيع محازنا أبو فرس بعنة عشر ناقص ناقص ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر مع ويوم لا يقعاني وحدهما مع نائب الفاعل هذا وإذا اقتضى غرض مما حث الفاعل من الجملة فإذا وجد فيها مفعول به فلا ينوض غيره عن فاعل إلا قليلا في الضرورات الشعرية فالجملة أكلت الطعام بالملعقة تصبح بعد حث الفاعل أكل الطعام بالملعقة ولا تقول أكل بالملعقة الطعام بجعل الجار والمجرور نائب فاعل وإبقاء المفعول به منصوبا إلا في ضرورة الشعرية وإذا وجد عدد من المفعولات مثل ضمنت أخاك مسافرا أعطى أخوك الفقير ضرهما أن ابت عن فاعل المفعول الأول ليس غير إلا في الأفعال التي بمعنى أعطى فيجوز إنابة الثاني على قل عند أمن النفس فتقول أعطي درهيم الفقير والأكثر الأجود أن تقول أعطي الفقير درهيما ويتطبق على نائب الفاعل جميع الأحكام التي مرت بك في مطابقة الفاعل لفعله تذكيرا وتأنيسا وإفادا وجمعا ووقوعه ضميرا أو المؤولا أو جملة وفي تقديمه وتأخيره وفي حففه أو حذف فعله الشواهد ألف هرمزة على العصة واحد ناقص وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان علي كل شيء حسيبا النساء أربع مقصومة على خمسة وثمانون ومختبط مما تطيح الطوائح اثنان ناقص ليبك يزيد دارع لخصومة لبيد فلا يكلم إلا حين يبتسم ثلاث ناقص يغضي حياء ويغضي من مهابته نسب لفرزق أربع ناقص فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة الحاقة تسعة وستون مقصومة على ثلاثة عشر خمس ناقص وإذا قيل لهم لا تسفدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون البقرة اثنان مقصومة على أحد عشر وما كل ما يهوى مرء هو نائله ستة ناقص فليالك من ذي حاجة حيل دونها طرف سبع ناقص وحيل بينهم وبينما يشتهون كما فوعظ بأشياعهم من قبل وإنهم كانوا في شك مريب سبق أربعة وثلاثون مقصومة على أربعة وخمسون باء لسب بذلك الكلب الكلابة ثمانية ناقص ولو ولدت كفير جر وكلب جرير قبرا بمرو على الطريق الواضح تسعة ناقص إن سماح والمروء ضمن زياد الأعجم به وقيت الشر مستطيرة عشرة ناقص أتيح لي من العدي نذير يزيد بن القعقاع ناقص أتيح لي من العديد المختبط السائل بلا وسيلة ولا قرابة ولا معرفة توحته الطوائح قدسته القوافث هنا وهناك المبتدأ والخبر الابتداء بالنكرة ناقص أنواع الخبر ناقص تقديم المبتدأ والخبر ناقص حذف أحدهما ناقص تطابقهما تتكون الجملة الاسمية من ركنيني المبتدأ وهو الاسم المتحدث عنه أو المسند إليه الخبر والخبر أو المسند وهو ما نخبر به عن المبتدأ مثل خالد مساثر ناقص المبتدأ فالأصل فيه أن يكون معرفة مرفوعا واحد ناقص ولا يقع مكائذ لا معنى لأن تتحدث عن مجهول مثل رجل عالم لكن النكرة إذا أفادت جازة الابتداء بها كأن تقول عن رجل معروف عند السامع رجل عندك عالم وكأن تقول عن ديمان والمعول في إفادة النكرة على الملكة والصليقة إلا أن النحا حاول حص الأحوال التي تكون فيها النكرة مفيدة وجاوز بها بعضهم الثلاثين حالا ولا بأس في إيراد كثير من الأحوال لما يكون في عرضها من المران والاطلاع فقد أجازوا لابتداء بالنكرة واحد ناقص إذا أضيفت مثل نائب أمير قادم إذ بهذه الإضافة تقربت من المعرفة وأفادت اثنان ناقص إذا وصفت لطا مثل حادث هامي وقع أو تقديرا مثل أمر أتابك ناقص شوي عر ينشد فالتقدير أمر عظيم أتابك شاعر صغير ينشد ثلاث ناقص إذا تقدمها الخبر الظرفي أو الزجار والمجهور عندي ضيف ولك هدية أربع ناقص إذا دلت على عموم وذلك في سياق النسل أو الاستفهام مثل ما أحد سافر هل أحد في القاعة خمس ناقص بعد لولا أو إذا الفجائية لولا برض لحضرت ناقص خرجت فإذا شرطي واقف ستة ناقص إذا كانت من الألفاظ المبهامة تأثماء الشرط والاستفهام وما التعجبية وكم الخبرية مثل من عندك ناقص ما تفعل تجد عقبته ناقص ما أكرمك ناقص كم عبرة في التاريخ سبع ناقص إذا كانت عاملة فيما بعدها مثل إكرام فقيرا حسنى أمر بمعروف صدقة تمانية ناقص إذا دلت على دعاء رحمة لك ويل للظالمين تسع ناقص إذا قامت مقام الموصوف أو أريد بها الجنس لا فرد منه فقط مثل محسن أفضل من بخيل رجل أقوى من امرأة عشرة ناقص إذا دلت على تفصيل مثل صبرا فيوم لك ويوم عليك أحد عشر ناقص إذا وقعت فضر جنة حالية دخلت السوق وديهال بيدية إثنى عشر ناقص إلى آخره ويغني عن ذلك كله التمرس بالكلام العربي فكل موضع تفيد فيه نكر يصحل باتداء بها وهذا قانون لا يختلف وإنما حفر هذه الأحوال لمن لا يرثق بملكاته إثنان ناقص والمبتداء مرفوع دائما وقد يجر بحرف جرز ذائد اضطرادا واحد ناقص من إذا كان نكر مسبوك بنفس أو استفهام ما عندي من كتاب هل فدار من أحد إثنان ناقص بالباء إذا كان كلم حسب بحسبك لقيمات ثلاث ناقص برب إذا كان نكر لفظا أو معنى رب متهم بريء ربي من تحب يضرك باء ناقص الخبر فالأصل فيه أن يكون وصفا مشتق مثل خالد مسافر ويقع جامدا إن تضمن معنى صف مثل خالد أسد لقاؤه حنظل فأسد بمعنى شجاع وحنظل بمعنى مر ويجوز أن يأتي للمبتداء الواحد أكثر من خبر مثل أن تكاتب شعر خطيم مناضل وهو مرفوع دائما وقد يجر بالباء الزائد بعض نفا مثل ما خالد بمسافر وكما يقع اسما يقع واحد ناقص جملة فعالية مثل خالد ذهب اثنان ناقص وجملة اسمية مثل أخوك تجارته رابحة ثلاث ناقص وشبه جملة ظرفا مثل والدك عند الرئيس وجارا ومجرورا مثل أنت بخير ولأبد للجملة الخبرية من رابط يربطها بالمبتداء إما ضمير ظاهر أو مستكه كالمثالين الأولين وإما ضمير مقدر ألبط مرتل بمئة قرش إذ التقدير أرط منه بمئة قرش أو إشارة إلى المبتداء مثل ولباس التقوى ذلك خير أو أعاد لفو مثل المروء ما المروء أو كلمة عام من المبتداء يدخل فيها الوساء نعم الخلق جماقص تقديم المبتداء والخبر للمبتداء في الأصل التقدم مثل أن ناجح أبوكي في الدار ويجوز تقدم الخبر فتقول ناجح أن في الدار أبوكي ولكن منهما مواضع يجب تقديمه فيها على صاحبه يتقدم المبتداء وجوبا في أربع مواضع واحد ناقص إذا كان من أسماء الصدارة وهي أسماء الشرط وما حمل عليها وأسماء الاستفهام وما التعجبية وكم الخبرية ومفحوب لا ما الابتداء مثل من عندك رأى من أعجبك ما تفعله تكافأ عليه الذي يفر فعقابه شديد ما أندلك كم عدة مرت بك لأنت أصدق عندي اثنان ناقص إذا تبس بالخبر صديقي أخوك ناقص إذا كان هذا أفضل منك فأفضل منك أفضل مني إذا أردت الإخبار عن صديقي بدأت به الكلام وإن أردت الإخبار عن أخيك بدأت به ثلاث ناقص إذا كان بتأخيره يتبس بالفاعل مثل سليم سافر أربع ناقص إذا كفر على الخبر بي إلا أو ما في معناها ما أنت إلا كاتب إنما أنا شاعر ويتقدم الخبري وجودا في أربع مواضع أيضا واحد ناقص إذا كان من أسماء الصدارة مثل متى السفر كم دمانيرك تابع من أنت كيف الحال أين مدرستك اثنان ناقص إذا تبس بالصفة مثل عندي مال ناقص لك حاجة فإذا أخرت الظرف لم يعرف السامع أن تتصف المبتدأ بها وإذا سلينطهر الخبر أم أنت تخبر بها فمن عمل الارتباس وجب تقديم الخبر على الظرف أو الجار والمجرور ثلاثة ناقص إذا كان في المبتدأ ضمير يعود على بعض الخبر فتقدم الخبر حتى لا يعود الضمير على متأخر لفظا ورتبة مثل على الخيول فرسانها أربع ناقص إذا كفر الخبر على المبتدأ بإلا أو ما في معناها مثل ما كاتب إلا أن تناقص إنما شاعر أن بال ناقص حفف المبتدأ والخبر الأفل في كل كلمة لا تفهم إلا بذكرها أن تذكر ولكن إذا قام عليها دليل من لفظ أو قرين جاز حففها تجيب من سألك من في الدار بقولك أخوك في الدار أو بتحذف الخبر فتقول أخوك وعلى العكس إذا سئلت أين أخوك فتجيب أخي في الدار أو بتحذف المبتدأ فتقول في الدار ويجب حفف المبتدأ في أربع مواضع واحد ناقص إذا أخبر عنه بمخصوص نعم أو ديس مثل نعم القائد خالد والتقدير هو أي الممضوح خالد اثنان ناقص إذا أخبر عنه بنعة مقطوع مثل انظر محمداً الهمام ناقص ما يرتو بدع بالفاضلة ناقص الفك بجارك العاجز ولا يقطع المعطي إلا إذا أريد مع تؤذية الخبر قبله إظهار المتح أو الذنب أو الترحم وبهذا القطع وتغيير الإعراب من حركة أنعب إلى حركة الخبر أسادت الجملة مؤذي جمتين مع الخبر الأول وشعور الأعجاب أو النسر أو الترحم وهذا من أساليب العربية في الإجاز ثلاث ناقص إذا أخبر عنه بلطب مشعر بالقطم مثل في ذنة لا أصدقن والتقدير عهدي في ذنة أربع ناقص إذا أخبر عنه بمصدر نائب عن فعله كقول المصاب صبر جميل أي حالي صبر جميل وقول المأمور لأمره سمع وطاعة ويجب حفث الخبر وجوباً في أربع موابع أيضاً واحد ناقص بعد الألصاب الصريحة في القسم مثل لعمر الله لا أناضي لن الخائمين وينني الله لقد ضاع الضعيف والتقدير لعمر الله قسمي اثنان ناقص إذا كان كوناً عاماً تعلق به شبه جملة أو سبقته لولا مثل أخوك عندي وأبوه في المسجد ناقص لولا الشرطي لا أعطودي عليك فالظرف والجار والمجرور متعلقان بالكون العام المحذوف وجوباً وهو موجود أو كائن وخيبر لولا كذلك محذوف تقديره موجود فإن لم يكن الخبر كوناً عاماً وهو ما يفهم دون ذكره مثل أن موجود في الدار وجب ذكره مثل أخوك مسرور عندي أبوه يفلى في المسجد ناقص لولا الشرطي لا أعطودي عليك ثلاثة ناقص أن يقع بعض اسم سبوك دواه بمعنى مع مثل أنت وجدهادك كل مرئ وعمله وتقبير الخبر ملتزمان أو متوكان أو مقترنان أربع ناقص أن تغنى عنه حال لا تصلح أن تكون شبراً مثل أكلي الحلوى واقفاً في واقف لا معنى لأن تكون خبراً لأكلي وهي حال من ضمير المتكلم في أكلي لكن الكلام تم والمعنى اتضح ويطرد ذلك في موضعين الأول إذا كان المبتدأ مصدراً مضافاً إلى معموله كالمثال المتقدم فإن أكل المبتدأ مصدر أضيفة إلى فاعله إلى المتكلم الثاني إذا كانت لتفضيل أضيفة إلى مصدر صريح أو مؤول مثل أرضي تدريس المعلم عنده وهو نشيط أقرب ما يكون العبد من ربه ساجداً هجري ناقص تطابقهما يتطابق المبتدأ والخبر تذكيراً وتأنيثاً وإفلاداً وتثنية وجمعاً فقول الرجل فاضل المرأتان فاضلتان الطلاب فاضلون الطالبان يجتهدان إلى آخره لأن في كل خبر ضميراً ملحوظاً يعود على المبتدأ لا يستثنى من ذلك إلا الصفة الواقعة مبتدأ بعض نفس أو استفهام فإن معمولها يغني عن الخبر ويسد مسده المسافر أخوك ما مقصر معلمك ما مضموم أخلاقك ألبنا ما ينفيقك وذلك لأن هذه الصفة كما مر بك صابعة وسبعة وتسعون فما بعد تشبه الفعل فتعمل عمله في مسافر في المثال الأول المبتدأ وهي اسم فاعل وأخواك فاعل اسم الفاعل سد مسد الخبر ورفيقك في المثال الأخير نائب فاعل باسم المنسوب الواقع مبتدأ وهو لبناني وقد أغنى عن الخبر فإن تطابق في كل من الأمثلة المتقدمة كانت السفة خبرا مقدما جوازا وما بعدها مبتدأ مؤخر مثل أمسافران أخواك ما مقصرون معلمك ما متمومات أخلاقك أما الأبناني رفيقك فلفظها واحد إن نوي تطابق أم لم ينوى ولذا جاز إعرابه ما خبرا مقدما فمبتدأ أو مبتدأ فما إذا فاعل أغنى عن الخبر الشواهد ألف همزة على العصة قيلوا الكماه ألا أين المحانونة واحد ناقص إني لمن معشر أثني أوائلهم من فارس خالهم إياه يعنون لو كان في الألف منا واحد فدعوا بشامة بن حزن أن نهش لي سبيل فأما الصبر عنها فلا صبر اثنان ناقص ألا ليت شعري هل إلى أم جحضر ابني ميادة ثلاث ناقص طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله هل كان خيرا لهم محمد سبعة وأربعون مقصومة على واحد وعشرون أربع ناقص قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تطفون يوسف اثنى عشر مقصومة على تمانية عشر خمس ناقص فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى وعلى الذين يطلقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير لهو أن تصموا خير لكم إن كنتم تعلمون البقرة اثنان مقصومة على مئة وأربعة وثمانون ست ناقص ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد قاف خمسون مقصومة على أربعة وعشرون ناقص خمسة وعشرون سبعة ناقص ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الضارنين الأنعام ست ناقص مقصومة على خمسة وعشرون تمانية ناقص من عمل صالحا فلنفسه ومن أسائف عليها وما ربك بظلام للعبيد فصلت واحد وأربعون مقصومة على ستة وأربعون تسعة ناقص ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد الرعد ثلاثة عشر مقصومة على سبعة عشرة ناقص سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار الرعد ثلاثة عشر مقصومة على أربعة وعشرون علي ولكن ملء عيني حبيبها أحد عشر ناقص أهابك إجلالا وما بك قدرة الأخوص أذون سب أم أنت ذا الحي عارف إثنى عشر ناقص فقالت حنان ما أتى بك هاهنا منذر بن درهيم الكلبي غويت وإن ترشد غزية أرشبي ثلاثة عشر ناقص وهل أن إلا من غزية إن روت دريدني ثم أربعة عشر ناقص تصنعوا بالمعيدي خير من أن تره ناقص اليوم خمر وغدا أما ناقص أمر أتى بك ناقص شر أهر زناد فقلت أعبدوا الله ذلك مرد خمسة عشر ناقص تنادوا فقالوا أردت الخير فارثا دريدني ثم ستة عشر ناقص سواء علينا أجزعنا أن صبرنا ما لنا من محيص إبراهيم أربعة عشر مقصومة على واحد وعشرون سبعة عشر ناقص ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة وعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق بأن الجاهلية يقولونها لنا من الأمر من شيء آل عمران ثلاثة مقصومة على مئة وأربعة وخمسون تمانية عشر ناقص إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبول إن أنت إلا نذير إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير ساتر خمسة وثلاثون مقصومة على اثنان وعشرون ناقص أربعة وعشرون ولا زاجرات الطيب ما الله صانع تسعة عشر ناقص لعمك كما تدري الطوارق بالحفة لبيد قد تماني لي موتا لم يطع عشرون ناقص ربا من أنداشت وغيظا قلبه سويد الياشقي با عليهم وهل إلا عليك المعول واحد وعشرون ناقص يا ربي هل إلا بك النصر يرتج الكاميت سهر دائم وحزن طويل ناقص اثنان وعشرون ناقص قال لي كيف أنت قلت عليل إن يظهر مفعجيب عيش من قطن ناقص ثلاثة وعشرون ناقص أقاطن قوم سلمي أمن وضعنا إذا لم تكونا لي على من أقاطع أربعة وعشرون ناقص خليلي ما وافن بعهدي أنتما ينقضي بالهم والحزن خمسة وعشرون ناقص غير مأسوف على زمن أبو نواس ويوم النساء ويوم النصر ناقص ستة وعشرون ناقص فيوم علينا ويوم لنا مقال لهبي إذا طيروا مرتي سبعة وعشرون ناقص خبير بنو لهبي فلا تكملغيا طائل يوم نويف لوجد كاب يبريني تمانية وعشرون ناقص عندي اصبار وأما أنني جزعة فلولا الغنب يمسكه لسالة تسعة وعشرون ناقص وفي برواب منه كل عضب المعري وأخرى بأعداء هذا إذا ناقص ثلاثون ناقص لذاك يظن خيرها يرتجي ناقص 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 ن لا نسمن صريحا كالأمثلة المتقدمة أم أولا بمصدر مثل أن تصدق خير لك يساوي صدقك خير لك سواء علينا أو عظة أمي لا يساوي سواء علينا وعظك وعدمه يرى كثير من العلماء أن الخبر هو متعلق الجار والمجرور والظرف ويقبرونه بموجود أو كائن وفي كل منهما ضمير يربطه بالمبتداء هذا وظرف المكان صالح لأن تخبر به عن كل السين سكون من سكون أما ظرف الزمان فلا يخبر به عن ذوات إذن لا معنى لقولك أنت فيه كانون الأمير يوم الخميس وإنما يخبر به عن أسماء المعاني فقط فيقال عطلتك في كانون سفر الأمير يوم الخميس أما قولهم الوردي في أيار فعلى حف مضاف وهو تفتح الوردي في أيار وإذا أتى بعد لا سيما خبر مرفوع فمبتدأه محذوف وجوبا مثل أحب الأصدقاء لا سيما خالد أي ولا مثل الذي هو خالد خبر إنه وأخواتها معاني الأدوات ناقص أحكام عمه ناقص أحكام خاصة ببعضها ناقص أحكام له المبتدأ المسبوق بإحدى الأدوات الآت بيانها يسبح منصوبا على أنه سملها تقول فيه أن نبل جمال لصاحبه زهير يصحبنا إن النبل جمال لصاحبه لعل زهيرا يصحبنا معاني الأدوات إن وأن يفيدان التوكيد لمضمون الجملة فنسبة الخبر إلى المسند إليه في قولك إن زهيرا يصحبنا ظننت أنك مسافر أقوى وأوكد من قولك زهير يصحبنا ظننتك مسافرا وكأن تفيد التشبيه والتوكيد والتوكيد هو ما تذيبه في المعنى على كاف التشبيه فقولك ثبت الفرسان على الجياد كأنهم الأطواد أقوى وأوكد من قولك ثبت الفرسان على الجياد كالأطواد وإن كان المضمون واحدا مثل جمتين يفترض بعضهم أن كأن يساوي كاف ذائب إن فقولك كأنك أسد أصله عندهم إنك كأسد فلما أرادوا بناء الجمل على التشبيه قدموه اهتماما به وفتحوا همذا إن بعد تقديم الكافي فقالوا كأنك أسد ولكن تفيد الاستداق والتوكيد تقول حضر الطلاب لكن سليما غائب ولولا قولك لكن لفهم أن سليما في الحاضرين ولذلك استدركت وأما التوكيد فكا قولك لو استجبت لي لكو فئة لكنك لم تستجب فما بعد لكن كان مفهوما من الجملة الأولى وإنما أتي به للتوكيد وليت تفيد التمني وهو طلب المتعذر مثل ليت أيام الصدار واجع أو ببعيد الوقوع مثل ليت لهذا الفقير فرة تغنيه عن سؤال وتأتي قليلا للممكن القريب مثل ليت كتصحبنا ولعل ويقال فيها عل أيضا تفيد التوقع وهو حصول الممكن فإن كان محبوبا أفادت الترجي مثل اجتهد لعلك تنجح هذه المرة وإن كان مكروها أفادت الإشفاق مثل لا تعلق أملك بفلان لعله هارك اليوم أو غدا هذا أغلب أحوالها وقد تأتي للتعليل مثل اعمل لعلك تكسب قوتك اعمل لك تكسب قوتك وقد تدخل أن على خبرها نادرا فتشبه عسى مثل لعل الله أن يفرج عنا و لا تفيد نفي الجنس مثل لا رجل في القاعة وتسمى هذه الأدوات أحرفا مشبهة بالفعل لسببين أولهما أن المعاني التي تؤديها وهي التوكيد والاستدراك والتمني والترجي تؤدي عادة بأفعال والثاني سبب فماعي إذ كانت جميعا عذا لا مبنية على الفتح فأشبهت الفعل الماضي في ذلك أحكام عامة واحد ناقص أخبار هذه الأدوات يجوز أن تكون مفردة أو جملة فعلية أو جملة اسمية أو شبه جملة ظرفا أو جارا ومجهورا حكمها في ذلك جميع الحكم ما مر بك في مبحث المبتدأ والخبر إثنان ناقص اسم هذه الأدوات لا يحذف بحال أما حفث أخبارها فكما تقدم في حفث الخبر يجوز حفثه إذا كان كونا خاصا ودل عليه دليل كأن يسألك سائل أأنت مسافر معنا فتجيب لعلي حاذفني الخبر مسافر لقيام دليل عليه ومثل ذلك قولك لمخاطبك لا بأس لا دير لابد والأخبار المحذوفة جوازا مفهومة لأن تمام هذه الجمل لا بأس عليك لا دير في ذلك لابد من هذا ويحذف أل خبري وجودا إذا كان كونا عاما مثل إن أخاك في الدار لكن أداك عندي فالخبر في الجملتين تقديره موجود وبه يتعلق الجار والمجرور والظرف ومن ذلك التركيب الشائع ليت شعري ماذا صنعه فإن خبره واجب الحفث دائما وتقديره حاصل إذ معنى الشعب العلم فكأنك قلت ليت علمي بصنعه حاصل لي أو ليتني أعلم ماذا صنعه ولا يأتي بعد هذا التركيب إلا استفهام والجمل الاستفهامي في محل نصب مفعوله للمصدر شعري ثلاثة ناقص هذه الأدوات لا تتقدم أخبارها على أسماؤها أبدا وبذلك تخالل الأحكام المبتدأ والخبر التي مرت في البحث السابق فإذا كان الخبر كونا عاما جاز لمعموله الظرف أو الجار والنجور في غير لا التقدم على لسم مثل إن في الدار أخاك لكن عندي أداك والخبر موجود أو كائن يقدر مؤخرا عن لسم وإنما يجب تقديم المعمول الظرف أو الجار والمجرور إذا لازم من تأخيره عوض الضمير على متأخر لصبا ورطة كما سبق لك في وجوب تقديم الخبر مثل إن في المدرسة مديرها وإذا اقترم الاسم بلام التوكيد مثل إن عندي لا خالدا ومعمول الخبر يجوز دائما أن يتوسط بين الاسم والخبر مثل إن خالدا عندي مقيم لعل زهيرا بينه يستوفي أربع ناقص بديهي أنك إذا عطافت على اسم إحدى هذه الأدوات أن تعطفه منصوبا تقول إن أخاك وأباك في الدار إن أخاك في الدار وأباه لعل سعيدا مسافر وخالدا ويجوز العطف بالرفع على سين سكون من سكون إن وأن ولكن سقط بعد استيفاء الخبر تقول إن أخاك رابح وأبوك وتقدر الخبر محذوفا جوازا رابح أيضا ويكون الكلام من عطف الجم فإن نصيبك المعتوف فقلت أباك قدرت إن قبل اسم وقدرت الخبر بعده أما إذا عطافت على اسم إحدى هذه الأدوات الثلاث قبل مجيء الخبر فإما أن تنصب إذا طابق الخبر الأصماء المتعطف لأنه ليس لك غرض معنوي غير العطف مثل إن أخاك وأباك مسافران وإن كان هناك غرض معنوي يمتابه المعطوف رفعت وقدرت له خبرا محذوفا وكانت جملة معطردة بين السين سكون إن أوي أن أوي لكن وخبرها مثل ذلك الآية الكريمة إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون المائدة خمسة مقصومة على تسعة وستون قررت الآية أن الإيمان والعمل الصالح يذهبان الحز والخوف عن صاحبهما أي كان دينه في الماضي وإنما رفعت الصابئون وحدها وجعت طمع خبرها المقدر جملة معطردة والصابئون كذلك لأن الصابئين وهم لا كتاب ثموي لهم دون بقية الأصناف اليهود والنصرى والذين آمنوا في المرتبة فإذا كان الصابئون ينجون إذا آمنوا وعملوا صالحا فالبقون وهم ذو كتب منزل وماض في الإيمان أولى بالنجاة لا لحالة أحكام خاصة أولا إن وفيها حكماني دخول لما الابتداء على أحد معموليها وفت حمذتها وجوبا أو جوازا واحد ناقص تدخل لما الابتداء على المبتداء للتوكيد تقول لا خالد ناجح فإذا أريد إدخال إن على هذه الجملة وهي للتوكيد أيضا كما مر بك لم يجوز للجمع بينهما متجاورتين فتزحل قلام إلى الخبر فتقول إن خالدا لناجح ومن هنا يسميها بعضهم اللام المزحلقة وإنما يجوز دخولها على الخبر إذا لم يقترن بأدى شرط مثل إنك إن تحسن تحمد ولا نفع مثل إن خالدا لم يسافر وأن لا يكون ناضيا متصرفا غير مسبوك بي قد إني رضيت وأمثل دخولها جوازا إنك لتحمد إن أحسنت إن خالدا لم يسافر إني لقد رضيت إني لحظي حسن إن أخات لنعم الرفيق إن المكافأ لعندي إن أبات لفدار إنني لإياك أحمد وإنه ضغدا مسافر إلى آخره وقد دخلت على معمول الخبر كما رأيت في الأمثلة الأخيرة لأن الخبر نفسه مستوف شروط دخولها عليه وإلا لما جاز دخولها على معموله أما دخولها على ضمير الفصل فجائز دائما مثل إن زهيرا له الشاعر هذا ولا تدخل إن على اسم له الصدار أبدا إلا ضمير الشن ولا على جملة حث مبتدأها وجوبا إثنان ماقص همزة إن مكسورة إذا لم يمكن تأويلها مع جملةها بمصدر يحل محلهما فإن أولتا بمصدر قام مقامهما في الكلام وجب سكح همزتها وإن أمكن التأويل وعدمه جاز من سكح والكسر هذا هو الحكم المضطرب في ذلك وإليك تفصيل هذه الأحوال الثلاث أناقص تكسر همزة إن في المواضيع الآتية واحد ناقص أن تقع أول الكلام ابتداء أو استئنافا أو مسبوك بحرف تنبيه أو استفتاح أو جواب أو رضع أو حتى الابتدائية مثل إني مسافر أتريدني على البقاء إني غير باقن ألا إنا خالدا غابب أما إني لمخطئ نعم إنك مصيب كلا إن الفاسق لن ينجح أضب عن الكلام حتى إنه لم ينبص ببنت شفا إثنان ماقص إذا حكيت بالقول قلت إني موافق ثلاث ناقص فعب واو الحال قابلتهم وإني لمريض أربع ناقص إذا كانت جوابا لقسم والله إن أباك لم حق خمس ناقص إذا كانت صدر جملة صلة أو صفة أعطيته ما إن نصفه ليكفيه لقيت رجلا إنه نبيل ست ناقص إذا كانت خبرا عن اسم ذات أخوك إنه نسرور سبع ناقص أن يكون في خبر هلام الابتداء والله يشهد إن المنافقين لكاذبون باء ناقص ويجب فتح همذتها إذا أمكن تأويلها مع جملةها بمصدر مرفوع أو منصوب أو مجرور وذلك في المواضع الآتية واحد ناقص أن تقع مع جملةها ساعلا سرني أنك ناجح سرني نجاحك اثنان ناقص أن تقع مع جملةها نائب فاعل أشيع أنك مسافر أشيع سفرك ثلاث ناقص أن تقع مع جملةها مبتداء من ذنوبك أنك مهمل من ذنوبك إهمالك أربع ناقص أن تقع مع جملةها خبرا عن اسم معنى اعتقادي أن التجارة رابحة اعتقادي رابحة تجارة خمس ناقص أن تقع مع جملةها مؤولة بمصدر يقع مفعولا به أعلمت أنك صالح أعلمت صلاحك ست ناقص أن تقع مع جملةها خبرا لسم كان أو إحدى أخواتها على أن يكون اسم معنى كان ظن أنك منصف إنصافك سبع ناقص أن تقع مع جملةها بعد حرف جر أو اسم مضاف إليها أكرمته لأنه حيه أكرمته لحيائه حضار يومي أنك مردت يومي مرضك ثمانية ناقص إذا وقعت جملة إنه معتوف على اسم أو بدلا منه شاع سفرك وأنك مرافق أخاك سفرك ومرافقتك أخاك أعجبت بأخيك أنه فصح بأخيك فصاحته جي ناقص ويجوز كل من الفتح والكسر إذا أن كانت تأويل بالمصدر وعدم التأويل وذلك واحد ناقص بعد إذا فجائية خرجت فإذا أن الأساد متحفز إنك ستفع على أن ما بعد إذا جملة مستقلة والفتح على أنها مؤولة بمصدر خبره حاصل والتقدير فإذا تحفز الأساد حاصل اثنان ناقص بعد حيث وإذ قف حيث إن أخاك واقف فالكسر على أن ما بعد حيث جملة مستقلة غير مؤولة والفتح على أنها مؤولة بمصدر خبره محذوف والتقدير حيث وقوفه حاصل ومثلها سافرت إذ إن الأمير أستدعاني ثلاث ناقص بعد الفاء رابطة لجواب الشرط مثل من يجتهد فإنه ينجح الكسر على أن ما بعد ألفاء جملة مستقلة في محل جزم جواب الشرط والفتح على أنها مؤولة بمصدر خبره حاصل والجملة المؤولة كلها فنجاحه حاصل في محل جزم جواب الشرط أربع ناقص أن تفيد جملة هات عليل مثل أعطيه إنه مستحق فتفتح على تقدير إغنان الجارة أعطيه لاستحقاقه وتكسر على الاستئناس كأنها جواب سائل سألة لما أعطيه والكسر في ذلك كله أولى لأنه لا يحيش إلي تأويل ولا تقدير خبر ثانياً ناقص قد تخصف النون المشدد في إنا وأنا وكأن ولكن وهذه أحوالها بالترتيب إن إذا خصفت كل أعمالها مثل إن خالد المساثر والأكثر أن تهمل ويجب حينئذ دخول اللام على خبرها مثل إن خالد لمساثر وذلك فرقاً بين إن المخصفة وإن النافية وأولاها لتبس المعنية على السامع وتسمى هذه اللام بالصارقة فإن قامت قرينة تدفع للتبس جاز إهمال اللام الفارقة إن أخوك محسن ولذا نحبه وإذا وليها فعل كانت مهملة حتماً ويكون هذا الفعل من المواسخ كان وأخواتها أو ضمي وأخواتها وتدخل اللام الفارقة حينئذ على خبر هذه الأفعال وأكثر ما يأتي منها بعض المخصصة الفعل الماضي مثل تالله إن كد ثلاث وذين إن ظننت كلمان ناشحين وإن وجبنا أكثرهم لفاسقين وأقل من ذلك أن يأتي مضارعاً مثلاً وإن ظنك لمن الكاذبين وينذر أن يأتي ماضياً غير ناسخ مثلاً إن آذيت لا محسناً إنك آذيت محسناً وشد إتيانه مضارعاً غير ناسخ مثلاً إن يزين تال نفسك وإن يشب أن تالهيه أن وكأن إذا خفستا لم تدخل على الأسماء إلا في الضرورات الشعرية وتدخلان على الجمال الاسمية مثل وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين كأن أخواك أسداني وحينئذ لا تحتاجان إلى فاصل بينهما وبين ما بعدهما أما إذا دخلت على فا الغير جانب سلابد في كأن من فاصل بينهما وبين الفعل إما قد وإما لم مثل بادوك أن لم يكونوا ناقص أحذر الخطر كأن قد وقع ولأبد في أن أيضاً أن يفصل بينهما وبين الفعل المتصرف قد أو سين أو سوف أو لأدى شرط أو نفادي لن أو لم أو لا مثل إعلم أن قد وقع ما تحذر أرى أن سننجح أيقاً أن لو حضار لا استفادة ظننت أن لن يساثر وقد مر بكأن أن المسبوك بفعل دل على اليقين هي هذه المخففة من أن وإنما فصل بينها وبين الفعل بما تقدم حتى لا يلتبس بينها وبين الناصية للمضارع وأنت في إعمال أن وكأن المخففتين بين مذهبين مذهب سهل يلغي عملهما واقتصاصهما ومذهب آخر قال به الجنهور يجعلهما عاملتين ويجعل اسمهما الضمير شأن محروفاً والجنب بعدهما هي الخبر والتقبير حينئذ آخر دعواهم أنه أي شأن الحمد لله رب العالمين لكن إذا خففت بطل عملها باتفاق وزال اختصاصها بالأسماء فجازن دخولها على الأسماء والأفعال على سواء تقول حضروا لكن أخوك غاب لكن غاب أخوك ثالثاً ناقص اتصال هذه الأدوات بما إذا اتصلت ما بهذه الأدوات كفتها جميعاً عن العمل إلا ليت وأزالت اختصاصها بالأسماء فدخلت على الجنة الاسمية والجنة الفعالية تقول إنما أخوك ناجح علمت أن ما يقاومونك يتوجع كأنما يضرب بالسياطي حضروا لك نما أخوك غائب اصبر فالعلمة يأتي الفرج أما ليت فتبقى مختصة بالأسماء ولذا أجازوا ابقاء عملها وإلغاءه تقول ليتما أحمد غني وما هذه تسمى كفة لأنها كفت هذه الأدوات عن عملها وعن اختصاصها بالأسماء أحكام لا تفيد لا افتعراق النفي لجميع أفراد الجنس المذكور إذاءها وهي في توكيدها النصي تشبهت إن في توكيد الإثبات ولذلك عملت تقول لا رجل في القاعة فناقص وطعم العمل إن بشروط أربعة واحد ناقص أن يراد بها سعراق النفي لجميع الأفراد مصلحة مالا اثنان ناقص أن يكون اسمها وخبرها مكرتين لفظا مثل لا غش رابح أو لمعنيا كالأعلام المشتهرة بفتحين يراد صفاتها لا مسمياتها الأصلية مثل لا حاتما فيكم ولا عنترة بمعنى لا جواد فيكم ولا شجاع وكذلك إذا قفد العلم رجل ما ممن سمي بهذا الاسم مثل لا يزيد بيننا بمعنى لا رجل اسمه يزيد بيننا ثلاث ناقص ألا يفصل بينها وبين اسمها بفاصل ما فإن فصل ولو بمعمول الخبر ألغي عملها وكررت مثل لا فدار خبز ولا ماء أربع ناقص ألا تسبق بحرف جر مثل حضروا بلا كتب إذ لا عملها هنا البط غير إفادة النفي وما بعدها مجرور بحرف الجر قبلها هذا واسم لا منسوب إن كان مضافا أو شبه مضاف مثل لا رجل خير مظموم لا تري من أثره مكروه لا آمرا بمعروف خاصر لا مكرمي فقراؤهم ناجمون إلى آخره وظاهر أن الشبيه بالمضاف هو الصفة العاملة فيما بعدها فإذا لم يكن السين سكون مين سكون لا مضافا ولا شبيها بالمضاف باني على ما ينصب به مثل لا خير ضائع لا متأخيين يخسران لا فاضلات مزمومات وتعتبر لا مع اسمها في محل رفع على الابتداء وهذا الاعتبار صناعي بحوتة باء ناقص وهذا حكم لا أن تكررت وحكم التابع لاسمها عطفا أو نعطا نذكرهما للتدريب أناقص في الجملة لا حول ولا قوة إلا بالله أو جه خمسة واحد ناقص بناء الاسمين على أنهما اسمان لي لا اثنان ناقص بناء الأول ورفع الثاني لا حول ولا قوة إلا بالله بعدس قوة على محل لا حول ومحلهما عندهم لابتداء ثلاث ناقص بناء الأول ونصب الثاني عطفا على محل اسم لا لا حول ولا قوة إلا بالله وهذا أضع في الأوجه أربع ناقص رفع الأول وبناء ثاني لا حول ولا قوة إلا بالله خمس ناقص رفع الاسمين مع بإهمال لا في الموضعين لا حول ولا قوة إلا بالله باء ناقص إذا تبعث سكون من سكون لا غير المكررة معطوف أو نعتجاز فيه النصب إطباعا للأفر والرفع إطباعا لمحل لا مع اسمها تقول لا طالب وطالبت في القاعة لا طالب وطالبت في القاعة لا رجل فاضلا خاسر لا رجل فاضل خاسر ومراعة اللفظ أحسن فإن كانت تابع ناعة متصلا بالاسم غير مضاف ولا شبيها بالمضاف جزاء الوجهان المتقدمان ووجه الثالث هو بنائه على الفتح لا رجل فاضلا خاسر فمتى فصلت أوي أضفت لم يجوز هذا الوجه الثالث تقول لا رجل ذا فضل خاسر لا رجل ذا فضل وانتنع البناء خاتمه ناقص قد يكتاف العرب بأحد معمولي لا إذا عرف الآخر فيحذفونه مثل لا ديرا لا بأسة فقط حذفوا الخبر وتقذيره عليك لا فوت بحث لهم لا أشك حذفوا في ذلك إلى آخره وأحيانا يعكسون فيقولون لا عليك بحث الاسم بأسة الشواهد الف همزة على العصة واحد ناقص إن قارون كان من قوم مساسى برى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنؤ بالعصة للقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين القصص ثمانية وعشرون مقصومة على سبعة وسبعون اثنان ناقص أولم يهدل الذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونتبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون الأعراف سبع مقصومة على مئة ثلاث ناقص إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون المنافقين اثنان وستون مقصومة على واحد أربع ناقص قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد الكارث تمانية عشر مقصومة على مئة واثنى عشر خمس ناقص فلولا أنه كان من المسبحين لنبث في بطنه إلي يوم يبعثون الصفات سبعة وثلاثون مقصومة على مئة وأربعة وأربعون ناقص مئة وخمسة وأربعون سبعة ناقص وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم الأنفل تمانية مقصومة على تمانية سبعة ناقص وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم الأنعام ست مقصومة على أربعة وخمسون ثمانية ناقص إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى طاه عشرون مقصومة على مئة وتمانية عشر ناقص مئة وتسعة عشر تسعة ناقص أيحسب أن لم يره أحد البلد تسعون مقصومة على ستة عشرة ناقص قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين المائدة خمسة مقصومة على مئة وثناثة عشر أحد عشر ناقص أم لم ينضأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى أن لا تزيل وازلة وزاء أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن فعله سوف يرى النجم ثلاثة وخمسون مقصومة على سبعة وثلاثون ناقص واحد وأربعون إثنى عشر ناقص وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر بأن الله بريء من المشركين ورسوله التوبة تسع مقصومة على ثلاثة ثلاثة عشر ناقص إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختبت به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفاها وأذينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو بمهارا فجعلناها حصدا كأن لم تغنى بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون يونس عشرات مقصومة على خمسة وثلاثون أبشر بطول سلام يا مربع أربعة عشر ناقص دعم فرزك أن سيقتل مربعا جرير لما تذل برحالنا وكأن قد خمسة عشر ناقص أذفت رحل غير أن ركابنا النابغة لا أم لي ناقص إن كان ذاك ناقص ولا أب ستة عشر ناقص هذا ناقص لعمكم ناقص الصغار بعينه همام بني مرة يلقى فيها جاء ذر وضباء سبعة عشر ناقص إن من يدخل الكنيسة يوما الأخطل فإني وقيار بها لغريب ثمانية عشر ناقص فمن يكو أمسي بالمدينة رحله ضابئ البرجوي أخاف إذا ما موت أن لا أذوقها تسعة عشر ناقص ولا تدثني بالثلاث فإن لني وأنتم ذنابي لا يدين ولا فضر عشرون ناقص بأي بلاء يا نمرة بن عامر جرير وما فاه به أبدا مقيم واحد وعشرون ناقص لا لغ ولا تأثيم فيها أمي ابني أبي صوت حلت عليك عقوبة المتعمد اثنان وعشرون ناقص شلت يمينك إن قتلت لنسلما آتيك زوج الزبير باء كأن ربية تعطوا إلى وارق السلم ثلاثة وعشرون ناقص ويوما تواثينا بوجه مقصا أرقم ابني علباء أمين وخوان يخال أمين ناقص أربعة وعشرون ناقص سيقنت أن رب مرء خيل خائم بريء من الحم سليم الجوانح خمسة وعشرون ناقص ونبكي على زيد ولا زيد مثله تشكى فآتي نحوها فأعودها ستة وعشرون ناقص فقلت عساها نار كأس وعلها صخر بن جعب الحضرم تنازع ميل على أوي عساني سبعة وعشرون ناقص ولي نفسي أقول لمها إذا ما عمران بن خطاني إذا أنه عبد القفا والله هزم ناقص تمانية وعشرون ناقص وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا فإن لنا الأم النجيدة والأب ناقص تسعة وعشرون ناقص فمن يكن لم ينجب أبوه وأمه وإن مالك كانت كرام المعادن ثلاثون ناقص أنا ابن أباة الضيم من أهل مالك الترماح إذا غبر أفق وهبت شمال واحد وثلاثون ناقص لقد علم الضيف والمرمنون وأمك هناك تكون السمالة بؤناك ربيع وغيث مريع جنوب الهزلية قبل أن يسأل بأعظم سوء ناقص اثنان وثلاثون ناقص علموا أن يؤملون فجاد وقال ألا لا من سبيل إلى هند ثلاثة وثلاثون ناقص فقام يذوذ النس عنها بسيفه إذا هو بالمجدر تدا وتأذر ناقص أربعة وثلاثون ناقص فلا أدا ودنا مثل مروان ودنه ناقص 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 ومنهم من أضاف إلى هذه الأدوات عسى ونصي على أنها لغة ضعيفة ويكون اسمها حينئذ ضميرا مثل عسى كذاهب ولم ترض إلا في الشعر نادرا وهي مهجورة لاستعمال يقع هذا الضمير بين مبتدأ وخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر ليفيد توكيد المعني وتحقيق نسبة الخبر إلى المبتدأ وليرفع التباس الخبر بالصفة ويجعله بعضهم مبتدأ لما بعده وجمته خبرا لما قدلها وكثيرون يجعلونه حرفا لامح له من الإعراب وإن كان عيمنام ألس مقصور هايا هنزع لليا تا مربوطة الضمائر يقع هذا الضمير بين مبتدأ وخبر أو ما أصله مبتدأ وخبر ليفيد توكيد المعني وتحقيق نسبة الخبر إلى المبتدأ وليرفع التباس الخبر بالصفة ويجعله بعضهم مبتدأ لما بعده وجمته خبرا لما قدلها وكثيرون يجعلونه حرفا لامح له من الإعراب وإن كان عيمنام ألس مقصور هايا هنزع لليا تا مربوطة الضمائر ولو الفعل محذوف مثل لو أنك حضرت أكرمتك ناقص لو ثبت حضورك أكرمت كما أنك مجتهد ناقص ما ثبت أجتهادك المحتمل نفل الجنس ونفل وحدة لا العامل عمال ليس وقد مرت في باب الأفعال الناقصة مقصم جميل السلم شجر المنصوب من الأثماء ما خلى من الإثناد والإضافة إلى اسم أو حرف فموضعه النصب وأفراده المفعول المطلق والمفعول به والمفعول لأجله والمفعول معه والمفعول فيه والحال والتمييز والمستثنى والمنادة وتابع المنصوب المفعول المطلق أغراضه ناقص ما ينوب عنه ناقص حف عامله ناقص الكلمات الملازمة للمصدرية ناقص المفعول المطلق مصدر يذكر معف على أو شبه من لفظه لأحد أغراض أربعة واحد ناقص لتوكيده مثل أعدوك لصباح عدوان أنا مسرور بك سرورا هذا عطائك عطاء مباركا اثنان ناقص أو لبيان نوعه مثل يأكل إكلة العجلان ويجتهد اجتهاد الطام حين ثلاث ناقص أو لبيان عدده السريح في كل مرحلة استراحتين وأشرب شربات أربعا أربع ناقص أو يذكر بدلا من لفظ فعله مثل صبرا على الأعوال والأول والرابع لا يثنيان ولا يجمعان أما المصابر المفيدة عددا فتثني وتجمع كما رأيت والمفيدة نوعا تثني أيضا وتجمع إذا تعددت أنواعها مثل العلوم والآذاب والصنون وننصب المفعول المطلق الفع المذكور معه أو شبه كالمصدر والمشتقات وهو ينصب محل ينبي ألي الجنسية أو العارفية مثل قرأة القراءة التي تعرف ذهدة الذهابة أو مضافا مثل يصير فير المتأذين أو المجردا من ألي والإضافة مثل قمت قياما ويسمعون المصدر المذكور للتوكيد أو بدلا عن فعله مبهما والمبين نوعا ما أو عددا مختص نظرا إلى صفة الزائدة فيه باء ناقص ينوب عن المصدر أحد عشر شيئا واحد ناقص اسم المصدر سلمت عليه سلاما اثنان ناقص مرادفه أو مقاربه فرحت شبلا قمت وقوفا ثلاث ناقص ملاقيه في الاشتقاق وتبتل إليه تبتيلا فتبتي ليست مصدرا لي تبتل أربع ناقص صفاته أتلى أخوك كثيرا الأفل أتلى أخوك أكلا كثيرا فنادت صفة المصدر أكلا منابة ومن صفة المصادر هذه الكلمات كل بعض أي الكمالية حين تضاف إلى المصادر مثل رضي كل الرضي فهما بعض الفهم فرحت أي فرح لأن أثر هذه الكلمات صفة للمصادر المحذوف والتقدير رضي رضي كل الرضي فهم صهما بعض الفهم فرحت فرحا أي فرحة فلما حذفت المصادر نابت صفاتها منابها خمس ناقص نوعه رجع القهقري قعد القرفصاء وأصل التركيب رجع رجوع القهقري قعد قعد القرفصاء ست ناقص عدده ركعت أربع ركعات سبع ناقص آلته التي يكون بها عرفا ضربته عصن رشقنا العدو رصاصا تماني ناقص ضمره أكرمني أخوك إكراما ما أكرمه أحدا الأصل ما أكرم الإكرام أحدا تسع ناقص الإشارة إليه عاتبته فغضب ذلك الغضب الأصل فغضب الغضب ذلك عشرة ناقص ما و أي الاستفهامية تاني و ما و مهما و أي الشرطيات إذا دلت جميعا على الحدث تقول في الاستفهام ما نمت بمعنى أي نوم نمت ستريت أي نجاح أنجح وتقول في الشرط ما تنم تسترح مهما تسترح ينفعك أي مشهي تنشي يفدك جناقص حف عامل المفعول المطلق أما المصدر المؤكد لفعله مثل حضرت حضورا فلا يحذف فعله لأن المصدر لم يذكر إلا لتوكيده وتقويته ولا يؤكد إلا مذكور وأما المصادر غير المؤكدة فيجوز حف عاملها إن دلي عليه دليل يسأل كسائل ما أجبت الأمير فتقول إجابة حسنة حاذقا لفعل أجبته لأن السؤال يدلي عليه وإنما يجب حذف العامل في المصادر النائب عن فعلها في المواضيع الآتية واحد ما قصف الطلب أمرا أو نهيا أو دعاءا أو استفهاما تقول في الأمر صبرا يا أخي على مصابتة وفنها إقداما لا تأخرا الأصل لا تتأخر تأخرا وتقول في الدعاء لإنسان فقيا له ورعيا وفي الدعاء عليه طب له وتعثا أما الاستفهام فيجب حذف الفعل معه إذا دلي على توبيه أو توجع أو تعجب مثل أكسلا وقد جد منافسك أمرودا وفقا وتألب أعداء أخنينا ولم يبعد عهدك بوطنك إثنان ناقص مصابر مسموعة شاعر استعمالها ولا أفعال معها ولكن القراءة دل عليها مثل سمعا وطاعة عجبا حمدا وشكرا لا كفرا معاذ الله وورد أيضا في الاستجابة إلى أمر أفعل هو كرامة ومسر وفي عظمها لا أفعله ولا كيدا ولا هما بمعنى لا أفعل ولا أكاد أفعل ولا أهم بأن أفعل وقالوا أيضا لا فعلته ورغما وهوانا ومن المفيد أن نعرض هنا طائفة من هذه المصادر المسموعة لبورانها على الأسنة فمنها ما لا يستعمل إلا مضافا مثل سبحان الله معاذ المروءة وقد ورد منها مثنة المصادر الآفية لبيك لبيك وسعديك وحنانيك ديواليك حذاريك والمتكلم يريد ذلك التكثير فكأنه يقول تلبية لك بعد تلبية حنانا بعد حنان إلى آخره ومنها ما استعمل غير مضاف كالأمثلة الأولى وكي حجرا محجورا حجرا بمعنى منعا ممنوعا منعا ثلاث ناقص في تفصيل مجمل أو بيان عاقد مثل فشد الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء وكقولك سأسعى فإما نجاحا وإما إخفاقا أربع ناقص بعد جملة يؤكد المصدر مغمونها أو يدفع احتمال المجاز فيها فالأول كقولك لك علي أذفن اعترافا والثاني كقولك هذا أخي حق ولولا حق لاحتمل الكلام الأخوة المجازية ومن ذلك لا أفعله بتة البتة بتات بتا خمس ناقص إذا كرر المصدر أو حفر أو استفهم عنه وكان عامله خبرا عن سنعين مثل أنت رحيلا رحيلا إنما أنت رحيلا أنت رحيلا والمقدر في ذلك كله فعل ترحل أو ترحل ست ناقص أن يكون فعلا على جيان تشبيه بعد جملة مجتملة عليه وعلى صاحبه مررت على أخيك فإذا له بكاء بكاء فكري استمعت إلي خالد فإذا له سجع سجع حمام فإن لم تتقدم جملة أو كان ألفا الغير علاجي واجب الرسع تقول لأخيك بكاء ثكري لخالد ذكاء ذهية هذا وقد سمع المصادر التي لا تستعمل إلا مفعولا مطلقا مثل سبحان لبيك معاد إلى آخره بالمصادر غير المتصرفة وهي معدودة وغيرها مما يريد مفعولا وغير مفعول مصادر متصرفة الشواهد ألف همزة على العصى واحد ناقص قال الله إني منذلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين المائدة خمسة مقصومة على مئة وخمسة عشرة اثنان ناقص والله أندتكم من الأرض نباتا ثم يعيدكم فيها ويخرجكم أخراجا نوح واحد وسبعون مقصومة على سبعة عشر ناقص ثمانية عشرة ثلاث ناقص إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الشعراء ستة وعشرون مقصومة على مئتان وسبعة وعشرون أربع ناقص قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا الإسراء سبعة عشر مقصومة على ثلاثة وستون خمس ناقص ولولا أن ثبت ناتا لقد كنت تركن إليهم شيئا قليلا وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا مصيرا الإسراء سبعة عشر مقصومة على أربعة وسبعون ناقص ثمانون ستة ناقص فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخمتموهم فشدوا الوثاقة فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أو زارها محمد سبعة وأربعون مقصومة على أربعة يظنان كل ظن أن لا تلاقي سبع ناقص وقد يجمع الله شكيتين بعدما المجنون الأمناقص لا يأبى لك ناقص وارترابة ثماني ناقص أعبدا حل في شعبي غريبا جرير ثماني للخلود بمستطاع تسع ناقص صبرا في مجال الموت صبرا قطري بن الفجاء ندى استرخلتان الجهل والجهن عشرة ناقص جهلا علينا وجهنا عن عدوهم طعنبي بن أمي صاحب بيع الملاطي لا عهد ولا عقد أحد عشر ناقص غضب الخيل على ألب جن الملاطي البيع بلا عهد عدد الرمل والحصي والتراب اثنى عشر ناقص ثم قالوا تحبها قالت بهرا عمر بن أبي ربيعة فمدلا ذريق المال ندل الثعالب ثلاثة عشر ناقص على حين ألهي الناس جل أمورهم الندل الخطف بسرعة أعشاهم ذن منه وحرف الساق طي المحمل أربعة عشر ناقص ماء يمثل أرضاء الآمنتب أي مطوي طي المحمل أبو كابير الهوذلي مواعيد عرقوب أخاه بيترب خمسة عشر ناقص وقد وعدتني موعدا لو وافت به عرقوب يهودي يضلب به المثال في خلف الوعد يترضى قرية باليمامة الأشجعي ولكن سيرا في عراض المواكة ستة عشر ناقص فأما القتال لا قتال لديكم الحالث بن خالد المخزوني والتمر حب ما له مزيد سبعة عشر ناقص يوجبه السخون والبرود منسوب إلى رؤبة باء فكيف إذا خبأ المطيبين عشر تمانية عشر ناقص أشواقا ولما ينظلي غير ليلة تخشى إما دلوغ السؤل والأمل تسعة عشر ناقص لأجهدن سائل ما دلأ مفسدة ونلا حبيب إن ذال عظيم عشرون ناقص أسجنا وقتلا واشتياقا وغربة ناقص ناقص ونقذ نقذ نقذ الوقوف لا يرادي في القيام وإنما يقاربه لأنه يكون من سير والقيام يكون من قعود تقول كنت ماشيا فوقفته وكان قاعدا فقام القرفسة رفع الرجلين إلى البطن وضم اليدين عليهما وقد يضمان مع الظهر بالثوب هناك مصادر لأفعال لها مثل ويل ويب في الدعاء على الإنسان وويحة ويس في الدعاء له وبلهن يقدرون لها عاملا من معناها ولا يلفظونه في ويحة ثلان بمعنى رحمة له وبلهن الجدل بمعنى أتركه ومتى أضيفت هذه المصادر وجب نصبها فإذا لما تضف جاز النصب والابتداء بها تقول ويل للظالم وويلا للظالم أما مثل ويل الظالم إذا أضيفت فليس غير النصب بت بمعنى قطع وهذه مصادر كلها بمعنى قطع وهو مزة البتة وصلة وهنات لغة رديئة تجعلها همزقة المفعول به تقديمه وتأخيره ناقص حفه وحف عامله تراكيد الإغراء والتحذير ناقص الاختصاص والاشتغال ناقص تعليق فعله وإلغاؤه المفعول به ثم دل على ما وقع عليه فعل الفاعل ولم تغير لأجره صورة الفعل مثل أكل الطفل رغيفا ولم يشرب أخوك شرابه أعطى الوالد ولده هدية علمت أخاك ناجحا أنبأ الجندي قائده الرسالة ضائعة ويقع اسما ظاهرا كما في الأمثلة المتقدمة وضمير النسي أكرمتك إياك معبد دينك وفيتك إياه ويقال له في كل ما تقدم المفعول به صريح أما المفعول به غير الصريح فشيئاني واحد ناقص الجملة سواء أقرنت بحرف نصر الأم لمثلة علم أن المال قد نفذ ضمنته يحضر وتؤول حينئذ بمصدر أو مفرد والتقدير تعلمنا فاد المال ضمنته حاضرا اثنان ناقص الجار والمجرور مثل مررت بالدار ويكون هذا بعد فعل غير متعت فإذا سقط حرف الجار انتصب المجرور مفعولا به وهذا ما يسهمونه نصبا بنزع الخافض فتصبح الجملة مررت الدار ويطرد إثقاط الجار جوازا قبل حرف مصدري مثل أشهد أن لا إله إلا الله والأصل أشهد بأن إلى آخره لأن فعل شهد يتعدى عاد بالباء تقول شهدت بصلاحك فلما سقطت الباء قبل حرف مصدري أن أصبحت جملة أن لا إله في محل نصب بنزع الخافض تقديم هو تأخيره رتبة المفعول به تأتي بعد الفاعل فالترتيب الطبيعي للجملة الفعلية أن تقول قرأ الطالب الدرس يوم الخميس أمام لساقه إطاعات لأمر معلامه نمتق بالفعل فالفاعل فالمفعول به فبقية المفعولات ويجوز عادة تقديم المفعول به على الفاعل وعلى الفعل فنقول أشترى أخوك كتابا يساوي أشترى كتابا أخوك يساوي كتابا اشترى أخوك أناقص ويجب تقديمه على الفعل والفعل في موضعين واحد ناقص أن يكون من أسماء الصدارة كأسماء الشرط وأسماء الافتفهام وكم وكأي الخبريتين أو يضاف إلى ألفاظ الصدارة فاسم الشرط أو ما أضيف إليه مثل أي انتظر يكرمك فلا أي تأخذ تمتافع به واسم الاستفهام أو ما أضيف إليه مثل من قابته باب من طرقة وكم وكأي أو ما أضيف إلى كم مثل صرأه كذا خبرة فكم من دار داع ومفتاحة مخزن حوى كأي من عالم لقيت فاستفدت منه ولا يضاف إلى كأي كما الضيف إلى كم اثنان ناقص أن يكون معملا لجواب أما ولا فاصل بينها وبين الجواب غيره مثل فأما يتي مثل تقهر باب ناقص أما تقديمه على الفعل ففي حالات تشبه حالات تقديم الفاعل التي مرت فيجب تقديمه عليه واحد ناقص إذا كان ضميرا والفاعل اسما ظاهرا مثل أكرمني أخوك اثنان ناقص أن يتصل بالفاعل ضمير يعود على المفعول به مثل سكن الدار بانيها ثلاثة ناقص أن يكون الفاعل محصورا بي إنما فيجب تقديم المفعول به مثل إنما كسل الزجاج خالد وكل موطن وجب فيه تقديم الفاعل وجب تأخير المفعول به مثل أكرمة العاجز إنما أكل خالد رغيفا جناقص أما إذا كان للفعل أكثر من مفعول فيتقدم عادة ما أصله المبتدأ في جمل الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما مبتدأ وخبر مثل رأيت العلم نافعا ويقدم في جمل الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما غير مبتدأ وخبر ما هو فعل فيه المعني مثل كثوت الفقير ثوبا فالفقير هو اللابس فإن لم يقع التبس جاز تقديم الثاني فتقول رأيت نافعا العلمة كثوت ثوبا الفقيرة وإنما يجب تقديم أحدهما في الأحوال الآتية واحد ناقص إذا أوقع تقديم ما حقه التأخير في لبس فنقدم حينئذ ما حقه التقديم سلمتك خالدا لأنك أنت اللابس فلن تفساعل لاستلام أنت فإن كان خالد هو المستلم وجب تقديمه فنقول سلمت خالدا إياك وتقول ظن الأمير أخاك أذاك إذا كان الأخ هو المظمون للأب إثنان ناقص أن يكون أحدهما ضميرا والآخر إثما ظاهرا فتقدم الضمير الكتاب منحته خالدا ثلاث ناقص أن يشتمل المفعول به الأول على ضمير يعود إلى ثاني فنقدم الثاني لألا يعود الضمير على متأخر لفظا ورد أعطيت الأمانة صاحبها أربع ناقص أن يحصل الفعل في أحدهما فيجب تقديم الآخر أيا كان مثل ما منحت الكتاب إلا خالدا إنما منحت خالدا الكتاب حفو من الجائز حفو المفعول به إذا دلت عليه قرينة أو لم يتعلق بذكره غرض فأما الأول فكى جوابك لمن سألك هل تكرأ الدرس بقولك أكرأ ومثل ما ودعك ربك وما قال الأصل وما قلاك وأما الثاني فحي أن لا يكون هناك غرض بذكر مفعول ما سينزل المتعدي منزله ألا ذي النفل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إذ ليس المقصود مفادلة بمعلوم ما من المعلومات وإنما الغرض تفضيل عالم بشيء ما على الجاهل به والمتعدي لاثنين مثل المتعدي لواحد في ذلك فيجوز حفظ أحد المفعولات أو كلها إذا قامت قرينة أو لم يتعلق بذكره غرض المتكلم مثل هذا كلام حق فلا تظن غيره والأصل فلا تظن غيره حق ومثل من يسمع يخل الأصل من يسمع شيئا يخله حق أما ألف ألف يجوز حفظه لقرينة تسألني ماذا صنعت فأجيب خيرا والأصل صنعت خيرا ويحذف ألف الوجوبا فيما ورد سماعا كالأمثال وما سارى مثيرها كقولهم كل شيء ولا شتيمة حر الأصل تأتي كل شيء ولا تأتي شتيمة حر ومثل الكلاب على البقر والأصل أرسل الكلاب على البقر ومثل أمر مبكياتك لا أمر مضحكاتك والأصل ألزم أمن مبكياتك ومن ذلك قولنا أهلا وسهلا فالمعنى أتيت أهلا ونزلتك سهلا وإنما يجب حذف ألفا القياسا مضطردا في تراكيب الإغراء والتحذير وتراكيب الاختصاص وتراكيب الاشتغال وفي النعة المقطوع على ما يأتي ألف همزة على العصاناق التراكيب الإغراء والتحذير الإغراء حظك المرأة على أمر محمود ليفعله مثل الصدقة الصدقة ستنصف بفعل محذوف يدل على الترغيب مثل ألزم والتحذير تنبيه كالمخاطب على أمر مكروه ليجتنبه مثل الحفرة ستنصف بفعل محذوف يدل على التحذير مثل أحذر جنب ضع عدة وإن ذكر ترفع أحذر الحفرة جازة وإنما يجب حذف الفعل في موابع ثلاثة واحد ناقص إذا كرر المغرى به أو المحذر منه مثل الصدقة الصدقة الكذبة الكذبة اثنان ناقص إذا عطف على المغري به أو المحذر منه مثل الصدقة والشجعة ثوبك وطنة ثلاث ناقص إذا كان في التركيب الضمير إياكي وفروه مثل إياك والمثالقة إياكم من الغش إياكنا والثرثرة والأفعال المحذوفة هي أحذرك أحذركم أحذركم وتجمبنا الثرثرة هذا وقد سمع شذوذ المثل إياي الشر فلا يقاس عليه وإنما المقيس بحرف الخطاب وإذا دلت قرين على المحذر منه في تركيب إياكي جاز حفظه كقولك لمن قال سأضرب أخاك إياكي طريب إياك أن تضرب أخي باء ناقص تراكيب لاختصاص ينتصب لإسمي في هذه التراكيب بفعل محذوف وجوبا تقديره أخص أو أعني ويأتي بعد ضمير لبيان المقصود منه مثل نحن الطلاب نمقط الجم فخبر نحن جملة نمقط ومعنى الطلاب أخصي بكارمة نحن الطلاب وأكثر ما يأتي المختص بعد ضمير المتكلم وقل أن يأتي بعد ضمير المخاطب مثل أنتم الطلاب مقصرون بك ناقص الله ناقص نستعين أما المختص نفسه فيجب أن يكون محلي بألي أو المضافا إلى محليا بها أو الكلمة أيها أو آيتها مبنيتين على الضمك حالها في المنادي ومتبوعتين بمحلي بألي مرفوع تدعا للفر أيها وأيتها مثل نحن معاشر الأنبياء ناقص لا نورث إني ناقص أيها الواقف أمامكم ناقص مقر بما تقولون وقد يأتي المختص علما أو المضافا إلى علم مثل بنا ناقص تميما ناقص يكشف الغباب نحن ناقص بني دمشق ناقص مناضلون جناقص تراكيب الاشتغال يتقدم في هذه التراكيب ما هو مفعول في المعنية على عامل قد نصت ضمير هذا المفعول مثل دارك رأيتها أو نصب ملابس ضميره مثل دارك طرقت بابها أخاك مررت به ولولا اشتغال العامل بنصب الضمير أو ملابسه لنصب الاسم المتقدم نفسه فيقدرون لهذا الاسم المنصوب ناصبا من لفظ المذكور أو من معناه إن كان لازما فنصب المثال الأول عندهم رأيت المحذوف وجوبا ورأيتها المذكورة مفسرة للمحذوفة ونصب المثال الثاني طرقت محذوفة ونصب المثال الأخير من معنى المذكور لا من لفظه لأنه فعل لازم وتقديره جاوزت أخاك مررت به ويجوز في الأمثلة المتقدم رفع الاسم المتقدم على الابتداء وتكون الجملة بعده خبرا له ستقول دارك رأيتها دارك طرقت بابها أخوك مررت به هناك تراكيب يجب فيها نصب الاسم المتقدم على الاشتغال وتراكيب يجوز فيها النصب والرفع على الابتداء إلا أن النصب أرجح وإليك بيانها أناقص يجب نصب الاسم المشتغل عنه إذا وقع بعد ما يختص بالأفعال كأدوات الشرط والتحديد وأدوات الاستفهام عدله ماذا؟ ستقدر بين هذا الاسم وما قبله فعلا محذوفا وجوبا لتبقى الأباه داخل على ما تختص به مثل إن محمدا لقيته فأكرمه هل لا فقيرا أطعنته متى أخاك لقيته هل كتاب قرأته؟ ويكون العامل المذكور بعد مفسرا للمحذوف باء ناقص ويرجح نصبه في ثلاث مواضع واحد ناقص إذا أتى قبل فعل ذل على طلبك الأمر والنهي والدعاء مثل الفقير أكرمه العاجز لا تؤره رب بلادنا احفظها جيشنا نصره الله اثنان ناقص بعد همزة الاستفهام لأن الفعل يليها غالبا مثل أدرسك تهمله ثلاثة ناقص إذا تصدد جواب مستفهم عنه منصوب كأن يسألك سائل ما تأكل فتقول هريسة آكلها التعليق والإلغاء والإعمال لأفعال القلوب المتصرفة وما حمل عليها أحوال ثلاث أعمال وإلغاء وتعليق فالإعمال نصبها مفعولاتها لفظا ومحلا وهذا أغلب أحوالها مثل رأيت الصدق منجيا وأما التعليق فإبطال عملها لفظا لا محلا وذلك لقيام ما نعي يمنعها من عملها النصوب لفظا ستكون الجملة في محل نصب تصد نسب مفعول أو أكثر وهذه مواضع التعليق واحد ناقص أن يلي الفعل ما له الصدر وهو هنا لاستفهام أو لام الابتداء أو لام القسم فالاستفهام مثل علمت أين أخوك لترين معاقب في الغش انظر طفل من ذهب ولام الابتداء مثل رل أخوك لن نفر محقق علمت لا خالد مسافر ولام القسم أنت ترى لينجحنا إخوتي رأيت خصني لينجمنا اثنان ناقص أن يليه إحدى الأدوات الناسية الثلاث إن ما لا مثل وجدت ما أبوك مبتل أتعلم إن أحد نجح رأيت للمدعي صادق ولا المدعي عليه والجمل في كل هذه الأمثلة فردت مسد المفعولات الناقصة وأما الإلغاء فإبطال العمل لفظا ومحلا وذلك جائز حين يتوسط الفعل بين مفعولين أو يتأخذ عنهما مثل خالدا ظننت مسافرا يساوي خالد ظننت مسافرا خالد مسافرا ظننت يساوي خالدا مسافرا ظننت والإلغاء والأعمال سواء إذا توسط الفعل بين المفعولين والإلغاء أحسن حين يتأخذ عنهما جميعا وربما أعمل الفعل فلما يعملون أن يتوسط مفعولين أو يتأخذ عنهما وهذا قليل ضعيف ولم يرد في غير الشعب فهو ضرورة من ضروراته مثل قول فذاري مجهول إني وجدت ملاك الشينة الأذاب كذلك أدبت حتى صرى من خلقي الشواهد ألف همزة على العطة واحد ناقص اذهب بكتاب هذا فألقه إليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون وإني مرسلة إليهم بهدية سناظرة بما يرجع المرسلون النمن سبعة وعشرون مقصومة على تمانية وعشرون ناقص خمسة وثلاثون اثنان ناقص ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لدثوا أمدا الكاف ثمانية عشر مقصومة على اثنى عشر ثلاث ناقص فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما تعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين الأنبياء واحد وعشرون مقصومة على مئة وتفعة ناقص مئة وأحد عشر أربع ناقص والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع منها تأكلون النحل ستة عشر مقصومة على خمسة كفاع إلى الهيجاب غير سلاح خمسة ناقص أخاك أخاك إن الله أخا له مسكين الدارني منازل الموت إذا الموت نزل ستة ناقص نحن ناقص بني ضده ناقص أصحاب الجمل عمرو ابني يسردي مني بمنذبة المحب المكرم سبع ناقص ولقد نزلت فلا تظني غيره عن ترى تمانية ناقص أرجلكم والعرف تناقص أهلا وسهلا ناقص كل شيء ولا شتيمة حر ناقص الكلاب على البقر ناقص من يسمع يخلق تسع ناقص وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا النحل ستة عشر مقصومة على ثلاثون عشرة ناقص ألم يجبك يتيما فآوى ووجدك ظل فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما يتيما فلا تقهر الضحي ثلاثة وتسعون مقصومة على ستة ناقص تسعة بإرضائنا خير البرية أحمد لنا معشر الأنصر مجد المؤسل أحد الأنصر اثنى عشر ناقص يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الداري غاثر أربع مقصومة على اثنان وخمسون عنه ولا هو بالأبناء يشرين ثلاثة عشر ناقص إن ناقص بني نهش الناقص لندع لأب بشامة ابن حزن النهش لي يدني لأمي قاسم وقاسم أربعة عشر ناقص متى تقول القصة الرواسمة هدى ابن خشرين العذري لعمول أبيك أم متجاهلين خمسة عشر ناقص أجهة لن تقول بني لؤي الكاميت إذا أن لم أطعنا إذا ألخي الكرتي ستة عشر ناقص على ما تقول الرمحة يسكل عاطقي عمرو ابني معد يكرب ولا مجعات القلب حتى تولتي سبعة عشر ناقص وما كنت أدري قبل عزهما البكى كثير وفي الأراجيز ناقص خلط ناقص اللؤم والخور تمانية عشر ناقص أبا لأراجيز يدني اللؤم تعدني منازل بني ربيعة المنطري يسودا لنا أن أيسرت غنماهما تسعة عشر ناقص هما سيدانا يزعماني وإنما أبو أسيدة الدبيري عشرون ناقص أفلا يعلن إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير العاديات مئة مقصومة على تسعة ناقص أحد عشر واحد وعشرون ناقص قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشحدون الأنعام ستة مقصومة على ثلاثة وثلاثون إن المنايا لا تطيش سهامها اثنان وعشرون ناقص ولقد علمت لا تأتينا من يتي لبيد ثلاثة وعشرون ناقص إن ناقص آلى محمد ناقص لا تحل لنا الصدقة ناقص نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدقة ناقص اللهم اغفر لنا أيتها العصابة أحاديث شريفة باء جزاء الكباب العاويات وقد فعل أربعة وعشرون ناقص لزا ربه عني عدية ابن حاتم أبو الأسود بيأليو شملي بهم أن تقول البعض محتومة خمسة وعشرون ناقص أبعد بعد تقول الدارة جامعة وما إخل دينا منك تنويل ستة وعشرون ناقص أرجو وآمل أن تدنوا مودتها كعب بن زهير لئل العفو يا إلهي فقير سبعة وعشرون ناقص جد بعفو فإنني أيها العب وإياك وإياه تمانية وعشرون ناقص فلا تصحب أخ الجل ولم يسر عن ليلي بمال ولا أهل تسعة وعشرون ناقص ولما أبي إلا جماحا فؤاده كلامكم علي إذا حرام ثلاثون ناقص تمرون الديارة ولم تعوجوا جرير هجري عمير ومنه مصفاح واحد وثلاثون ناقص إن قوما منهم عمير وأشبا لام أخ النجدة السلاح السلاح لجدئون بالوفاء إذا قر أخص أخص أخصучت إذا تعد الفعل إلى ضميرين متجانسين وجب فصل الثاني مثل ما لكتك إياك فإذا كان الضمير الأول أعرف أو كان المفعولان من ضمائر غير جازن الفصل والوسل تقول الكتاب منحتك أو المنحتك إياه طلب الفائزون الجائزة فسلمتهمها أو فسلمتهم إياها وهذا وأعرف الضمائر ضمير المتكلم فضمير المخاطب فضمير الغائب وأكثر النح على وجوب التقديم إذا كان الحصر بإلا أيضا مثل ما كسر الزجاج إلا أخوك وإنما لم يوجد بعضهم ذلك لوجود شواهد شعرية عدة لم يتزم فيها التقديم في هذه الحال والأولون عدوا ذلك من الضرورات الشعرية وهو من الأمر عندهم عدم للفبس فيها والعمل على مذهبهم لأنه أقلص وأجود ويجوز في إياكنا والثرثرة أن يعطف الثرثرة على ضمير أو نجعلها مفعولا معه أو نقدر ضاعتنا أنفسكنا من الثرثرة والثرثرة من أنفسكنا جرت عادة نحاء يذكروا بعد ذلك المواضع التي يجب فيها رفع الاسم المشتغل عنه والمواضع التي يرجح فيها رفعه ونحن لم نذكرها أعلاه لأنها حينئذ ليست من المفعول به في شيء وإليك خلاصتها للفائدة ألف همزة على العصر ناقص يجب رفع الاسم المشتغل عنه واحد ناقص إذا وقع بعد إذا الفجائية لأنها لا تدخل على الأفعال لا لطا ولا تقديرا مثال قدمت فإذا الناس يضربهم الشد يساوي اثنان ناقص إذا وقع بعد ووألحال مثل وقافت ويدي يمسكها ولدي ثلاثة ناقص إذا وقع قبل أبا لا يعمل ما بعدها فيما قبلها مثل أدوات الشرط والتحديد والاستفهام وإن وأخواتها وما التعجبية وكم الخبرية وما الناسية مثل أخوك إن تكرمه يتهك كتابه هل رأيته الدنيا كم أحبها المغرورون حظك ما أحسنه جارك ما رأيته باء ناقص يرجح الرفع إذا لم يكن موجب ولا مرجح للنصي مثل أخوك أكرمته وذلك لأن الرفع لا يحتاج إلى تقدير فعل محدوث يفسره المذكور كما هو الحال في النصب قد يأتي القول بمعنى الظن فيعمل عمله بشرط أن يكون مضارعا مخاطبا بعد استفهام لا يفصله عنه إلا ظرفه أو مفعوله كما ترى في الشواهد الثلاثة وبعض العرب يعمل القول عمل الظن دون شرط فيقول فيقول قلت زيدا منطلقا وآخرون يوجبون الحكاية في ذلك كله فيقولون أتقول زيد منطلق كذا يرويه بعض النحاة مع تخالف المتعاطفين في الزمان والمشهور مررتم بالديار ناقص إنظر بليوان جرير وشرح شواهد المغني لسيوتي صابئة وسبعة المفعول لأجله اسمي يبتر بيان سبب الفعل مثل وقافت إجلالا لك فكارمة إجلالا بيانت سبب الوقوف ويجوز تقدم المفعول لأجله على الفعل فنقول إجلالا لك وقفته ويشترط في المفعول لأجله حتى يجوز نصبه أن يكون واحد ناقص نصدر قلبي كالمثال المتقدم أما قولك سافر للربح فالربح وإن كان مصدر لا يصلح للنصب لأنه غير قلبي وكذلك قولك حضارة للمال لأن المال اسمي غير مصدر اثنان ناقص أن يتحد هو والفعل في شيئين الزمن والفاعل وقافت إجلالا لك فالذي وقف هو نفسه الذي أجب وزمن الوقوف هو نفسه زمن الإجلال أما قولك عقبني لكرهي له فلا يصح نصب كره على أنه مفعول لأجله لأن الذي عقب غير الذي كره وكذلك قولك سافرت للتعلم لأن زمن التعلم بعد زمن السفر هذا وأكثر الأحوال نصب المفعول لأجله إذا تجرد من ألي ومن الإضافة كالمثال الأول فإن تحلا ب ألي فالأكثر جره بحرف جر ذلي على سبب مثل لم يسافر للخوف أما إذا أضيف فيجوز نصبه وجره تصدقت ابتغاء وجه الله يساوي لابتغاء وجه الله وقليلاً ما تخالف هذه القاعدة فيجر المجرد من ألي والإضافة مثل ومن تكونون سريه ينتصر من أمكم لرغبة فيكم جبر أو ينصب المحلي ب ألي مثل ولو توالد زمر الأعداء لا أقعد الجبن على الهويجاء الشواهد واحد ناقص ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيراً الإسراء سبعة عشر مقصومة على واحد وثلاثون اثنان ناقص يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين البقرة اثنان مقصومة على تسعة عشر وأعرض عن شكم ألئين تكرمه ثلاث ناقص وأرفر وراء الكريم ادخاره حاتم الطائل أربع ناقص دخلت النار امرأة فيه رحبستها لا هي أطعيمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض الحشاش الحشرات حديث شريف كما انتفض العصفور بلله القطر خمس ناقص وإني لتعروني لذكراك هزة أبو صخر الهوذي لي فلا يكلم إلا حين يكتسم ست ناقص يغضى حياء ويغضي من مهابته منسوب لفرزدق المفعول معه واحد ناقص سرات وشاطئ ناقص حضرت وطلوع الشمس ناقص كيف أنت وقصعة من صريح اثنان ناقص تحاور النائب والوزير ناقص سفر أخي وأبوه قبله ناقص أنت وشأنك ثلاثة ناقص حضر الجنب والأمر يساوي والأمر المفعول مع اسم صدله واحد مسبوق اثنان بواه بمعنى مع بعد جملة ثلاثة ليدل على ما فعل الفعل بمصاحباته دون تشريك ويجب نصبه إذا تحققت فيه شروط التعريف كالأنثلة في السطر الأول فإن السير في المثال الأول حصل بمصاحبة شاطئ دون أن يشارك شاطئ في فعل السير أما أنثلة السطر الثاني فيجب رفع ما بعد ألواه فيها لأن ألواه تدل على العطف لا على المعلى وذلك لأن الجملة في المثال الأول لم تتم إلا بالمعطوف فلا يقع التحاور من شخص واحد والمثال الثاني لا معي فيه في السفر فكل من الأخوة الأبسافر على حده والمثال الثالث واوه للعطف لأن خبر المبتدأ محذوف تقديره مقترنان فلا جمد قبله ومثال السطر الثالث يحتمل المعني أن تكون ألواه فيه للعطف أو للمعية فيجوز فيما بعدها أرف على العطف أو أن نصب على المعلى هذا ولا يتقدم المفعول معه على عامله الفعل وما في معناه فلا يجوز أن يقال والشاطئ سرت ولا وطلوع الشمس حضرت ويقدر العامل في المثال الثالث بنثل كيف تكون أنت وقفعة من سريد الشواهد واحد ناقص والذين التبوأ الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم الحشر تسعة وخمسون مقصومة على تسعة اثنان ناقص فأجمع أمركم وشركاءكم يونس عشرات مقصومة على واحد وسبعون مكان الكليتين من الطحال ثلاثة ناقص فكنوا أنتم وبني أبيكم وزججنا الحواجب والعيون أربع ناقص إذا ما الغاميات برزنا يوما الرعى النميري كالثوري يضب لما عافت البقر خمس ناقص إني وقتلا سليكا ثم أعقله أنسي الخسعني علتها تبنا وماءا داردا ست ناقص لما حطت تؤرح لعنها واردة المفعول فيه اسم منفوب يبين زمن الفعل أو مكانه مثل حضرت يوم الخميس أمام القاضي في يوم الخميس بيّنت زمن الفعل وأمام القاضي بيّنت مكانه وجميع أسماء الزمان يجوز أن تنصب على الظرفية أما أسماء المكان فلا يفلح للنصب منها إلا اسم المكان المشتق وإلا المبهمات غير ذات الحدود كأسماء الجهات السط فوق وتحت ويمين وشمال وأمان وخلف وتأسماء المقادير مثل الذراع والمتر والميل والفرسخ تقول سرّت خلف والدية وماشيت ميلا وضحفت الأفعى مترا وجلست مجلس المعلم أما ظروف المكان المختصة ذات الحدود فلا تنصب التجربي في مثل جلست في القاعة وصليت في المعبد ولأبد في كل ظرف من متعلق يتعلق به فعلا أو شبه سعلك المصدر والمشتقات مثل أنت مسافر غدا ناقص أخوك مطروح أرضا في غدا تتعلق باسم الفاع المسافر وهي تدلي على زمن السفر وأرضا تتعلق باسم المفعول مطروح وتدلي على مكان الطرح ويجوز حف المتعلق إذا دلّت عليه قريمة كما إذا سألك سائل أين جلست؟ فتقول تحت الشجرة في تحت مفعول فيه ظرف مكان منصوب متعلق بجلسة المقدرة في الجواب والمحذوف لورودها في السؤال وإذا لم يذكر متعلق الظرف علقناه بمحذوف يناسب جملته أنت تحت الشجرة يتعلق الظرف بكائن خبر وفي الجملة مررت برجل عند المنعطف يتعلق بكائن صفة برجل كائن عند المنعطف وفي الجملة رأيت أخاك أمامي يتعلق بحال والتقدير رأيت أخاك كائنا أمامي وفي الجملة جاء الذي عندك يتعلق بخصفة المحذوف والتقدير وجاء الذي كان عندك وفي جملة الاشتغال وقت الفجر سافرت فيه التقدير سافرت وقت الفجر سافرت فيه وهكذا نائب الظرف ينوب عن الظرف ما يلي واحد ناقص صفاته انتظرت طويلا من زمن شرطي المحطة انتظرت زمنا طويلا مكانا شرطي المحطة اثنان ناقص الإشارة إليه فرحت هذا اليوم قابعا في داري ثلاث ناقص عدده المميز لزمت فراشي عشرين يوما ناقص فرت خمسة أميال أربع ناقص كلي وبعض مضافتين للظرفي ماشيت بعض الطريق ثم هرولت كل الميلين الباقيين خمس ناقص المصدر المتضمن معنى الظرف استيقظت طلوع الشمس يساوي وقت طلوع الشمس كان ذلك خفوق النجم وقفت قراءة آيتين يساوي زمن قراءة آيتين ذهب نحو النهر يساوي مكانا نحو النهر ست ناقص بعد في الظرفية المحذوفة أحق أنك موافق يساوي أفي حق أنك موافق أنت ناقص غير شك ناقص محق يساوي أنت ناقص في غير شك ناقص محق ظني مني نجح أخوك يسوي في ظني مني نجح أخوك ملاحظة وردت عن العرب ظروف سماعية في الجمع الآتية واحد ناقص هو مني نسجر الكلب أي في مكان قريب بحيث يسمع الكلب تجري صاحبه له اثنان ناقص هو مني مقعدا قابلة أي قريب جد ثلاث ناقص هو مني منافة سوريا أي بعيد جد اربع ناقص حينئذ الآن يقال لمن يطيل الحديث عما مضيه والتقدير كان ذلك حينئذ فاسمع الآن الظروف المتصرفة وغيرها من الظروف ما يستعمل ظرفا وغير ظرفك أكثر أسماء الزمان والمكان إذ تجيء فاعلا ومفعولا ومجهورا إلى آخره سيقال لها ظروف متصرفة يوم القميس قريب أحب ساعة السبح الميل ثلث الفرسخي أما ما لا يستعمل إلا ظرفا أو شبه ظرف مجهورا بمن فيسمى ظرفا غير متصرف مثل إذا قبل بعد قط ما كذبتن قط سأحضر من بعض العصر مضروبه في مضروبه في مضروبه في الظروف المبنية الظروف منها معرب ومنها مبني يلازم حال واحدة وقد عرفت أمثلة الظروف المعربة وإليك أهم الظروف المبنية ظروف المكان المبنية اجلس حيث انتهى بك المجلس ناقص اذهب من حيث أتيت ناقص سافر إلى حيث أنت رابح تضاف حيث دائما إلى الجمل الفعلية أو الاسمية هنا ناقص قف هنا ثم ناقص اجلس ثم قف ثمت أين ناقص أين سافرت عل ناقص أتكلمنا من عل انحضر الصخر من عل دون ناقص الكتاب دون الرف قدام أمام وراء خلف أسفل أعلى اثنان ناقص ظروف الزمان المبنية إذا للزمن المستقبل إذا جاء أخوك فأخبرني وهو متعلق بجواب الشرط إذ للزمن الماضي كان ذلك إذ وقع الزلزال أيام يسأل أيام يوم المعركة قدت ضرفي لاستغراق الزمن الماضي ما جذبت قدت عوض ضرفي لاستغراق الزمن المستقبل لن أفعله عيوذ بينا وبينما بينا أن نواقص حضار أخوك ناقص دخل خالد بينما نحن نتحاور الألف ومزائدتان أمسي حضر الأمير أمسي ناقص أمسي خيري من اليوم فيثة قف ريثة أسلي ناقص انتظرت ريثة ما حضره ريث أصلها مصدر من راسة يريث بمعنى أبطأ لما للزمان الماضي وتدخل على فعلين ماضيين لما قرأ أعجبنا به مذ منذ للزمان الماضي ما جبنت منذ عقلت ناقص إن قطع أخوك مذ يوم الأحد يساوي مذ يوم الأحد ظروف مشتركة للزمان والمكان أنا إذا استعملت للمكان كانت للأعيان الحاضرة والغائبة والأثماء المعاني على أسوائي عندي خمسون ألف دينار في بورنا ناقص عندك فهم ناقص خرج من عندي ناقص سفر عند الغروب لدي لا تستعمل إلا للأعيان الحاضرة لدي عشب نمير إذا كانت حاضرة معك حضار لدى طلوع الشمس لدن وعلمناه من لدن علما هذا وإذا أضيف الظرف المتصرف المعرب إلى جملة جاز بنائه على الفتح وجاز أعرابه مثل هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم إلا أن الأحسن مراعة الكلمة التي بعدها فإن كانت معرب أعربة وإن كانت مبنية مثل على حين عتدت المشيب على الصدى بنية الشواهد إذا نحن فيه سوقت نتنصف واحد ناقص فدينا نسوس الناس والأمر أمرنا حرق بنت النعمان سقيت إذا تغورت النجوم اثنان ناقص وندمان يزيد الكأس طيبا البرج بن مسهر ثلاث ناقص وإذا رأيت ثم رأيت نعينا وملكا كبيرا الإنسان ستة وسبعون مقصومة على عشرون آل أنا وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين يونس عشرات مقصومة على واحد وتسعون من الدهر حتى قيل لم يتصدع أربع ناقص وكنا كندماني جذيم حقبة لطول اجتماع لم ندت ليلة معه فلما تفرقنا كأني ومالكا متم ابني نويرة وأتيت فوق بني كليب من عل خمس ناقص ولقد هددت عليك كل ثانية الف رزق كجل مود فخر حطه السيل من عل ستة ناقص مكرم فر مقبل مدر مع آمير القيس فقلت ألما تصح والشيء بوازع سبع ناقص على حين عاتبت المشيب على الصبا النابغة كريم على حين الكرام قليل ثمانية ناقص ألم تعلمي يا عمرك الله أنني السموء على أين تعضل ما هي أول تسع ناقص لا عمر كما أدري وإني لأوجل معني ابني أوص فقالت متى ذا؟ قال ذا عام أول عشرة ناقص أنت التي من غير تنشتنتني فدونك كني لا هنا لك مأكل فقالت أولدت العامة بل غمت غدرة المجنون وكل أمر سوى فحشاء يأتمر أحد عشر ناقص لا يصعب الأمر إلا ريس يركبه بأسحى مداج عوض لنتفرق اثنى عشر ناقص ربيعال باني فدي أم تقاسم الأعشى الحال أحوالها ناقص صاحبها ناقص عملها ناقص تقدمها وتأخرها ناقص حف عملها وصف يؤتي به لبيان هيئة صاحبه في مقوع الفعل غالبا مثل قابلت والدتك مسرورة في مسرورة هي الحال ووالدتك هي صاحبة الحال وقابلة هي عامل الحال ويسمى هذا النوع من الحال الذي لا يفهم إلا بذكره حالا مؤسسة وهو أغلب ما يقع في الكلام وهناك نوع آخر يفهم معناه مما قبل هو إنما يذكر للتوكيد فيسمى حالا مؤكدة وهو إما أن يؤكد عني الحال مثل وأرسلناك للناس رسولا فتبصى مضاحكا وإما أن يؤكد صاحب الحال مثل ولو شاء ربك لا آمن من في الأرض كلهم جميعا وإما أن يؤكد مضمون الجملة قبله مثل أنت أخي محقا وتكون الجملة هنا إثمية فتناها معرفتان جاميدتان هذا وقد تأتي الحال جاميدة موصوفة مثل عرفته رجلا شهما فتكون غير مقصودة لذاتها وإنما المقصود صفتها التي بعدها فيسمونها حالا مضيئة ولهم اصطلاح آخر هو الحال السببي فيطلقونه على الحال التي لا تبين هيئة صاحبها اللف وإنما تبين هيئة ما يرتبط لصاحبها بالضمير مثل قرأت الكتاب مخروما أوله وإليك أحوال الحال نفسها ثم أحوال صاحبها ثم أحوال عملها ثلاث همزة على العصر ناقص الحال غاربا نكره واحد مشتقة اثنان لأنها بمعنى صفة واحد ناقص وقد تأتي معرفة سماعا وقياسا وذلك إذا كانت بمعنى النكر مثل قابلت الأمير وحدي في وحدي وإن كانت معرفة لفظا هي نكره معنى لأنها ترادف منفردا ومن ذلك ما ورد عنهم مثل جاء الجماء الغفير بمعنى جماعة كثيرة رجع عوده على بطئه بمعنى عائدا من طريقه دون توقف ادخلوا الأول فالأول بمعنى مترتبين جاء القوم قضهم بقديبهم بمعنى جميعا حاولوا إرضائي جهدهم بمعنى جاهدين ومن ذلك الأحوال التي وردت سماعا مرتب التركيب في حالات سبع الأولى أن تقول بمشتك ويطرد ذلك فيما يدل على تشبيه مثل يعد أخوك غزالا أي مشبها غزالا أو تركيب مثل خرج رجلا رجلا أي مرتبين أو مفاعل مثل كلمته وجها لوجه أي متقابلين الثانية أن تدل على سعي مثل أشتريت ألا بن رطلا بمئة قرش يبيع أخوك الجوخ مترا بدينار الثالثة أن تدل على عدد مثل قضيت مدة الجنبية ثلاث سنين الرابعة أن تكون موصوفة بمشتقي أو بما في معناه مثل رافقته فتيا نبيلا إن أنزلناه قرآنا عربيا الخامسة أن تدل على طور فيه تفضيل مثل المشمش ربا أطيب منه شرابا السابسة أن تكون نوعا لصاحبها مثل هذا مالك وارقا السابعة أن تكون أفلا لصاحبها أو فرعا له مثل خذ ثوار كفضة وأعطم ذهب خاطما يضيف بعضهم إلى شرطي التنكير والاشتقاق في الحال شرطين آخرين أحدهما أن تكون نفس صاحبها في المعاني كالأمثلة المتقدمة فلا يجيزون مثل قابلة كوالدتك سرورا لأن سرور غير الوالدة وهذا شرط مفهوم بالبدهة والثاني أن تكون فسه منتقله كالأمثلة المتقدمة فالسرور والتركيب والشبه الغزال وغيرها من الحلات ليست ثابتة في أصحابها بل منتقلة وهذا الشرط غالب لا مضطرب فقد وردت الندر أحوال هي ففات ثابتة مثل خلق الله ذراف يديها أطول من رجليها وخلق الإنسان ضعيفا هذا ولأبد من التنبيه إلى أن معنى صدلة الواردة في التعريف كثير من المحال الحالي حين يقولون الحال والصرصدلة هو أنها لا مسند ولا مسند إليها وإلا فكثيرا ما تأتي الحال أساسا في الغرض من الجملة لا يستغنى عنها أبدا مثل قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وأنتم ثكاري وقوله وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لعبين وكما أتت الحال اسمن تأتي جملة فعالية أو اسمية مثل ذهبوا لهرولون حضرت كتابي بيدي سافر والليل مظلم نجحنا وإنا لخائفون وحيني الإذ لابط لجملة الحال من رابط تربطها بصحب الحال والرابط إن الضمير وحده كما في المثالين الأولين وإما ألوى واحدها كما في المثال الثالث وتسمى واء الحال وإما الضمير والوى معا كما في المثال الرابع وتقع أيضا شبه جملة ظرفا مثل تنظر أخاك بين الفرسان أو جارا ومجرورا مثل هذا السمك في الحوض ويجعلون الحال الحقيقية في ذلك متعلق الظروف أو الجار والمجرور وهو كائنا المقدرة وتتعدد الحال وصاحبها واحد فتقول مضيت مصرعا فرحا نشيطا أملي كبير وتتعدد ويتعدد صاحبها وحينئذ تكون الحال الأولى للصاحب الثاني والحال الثانية للصاحب الأول تقول صادفت أخاك واقفا مسرعا في واقفا حال من أخاك و مسرعا حال من ضمير المتكلم هذا إذا خي في اللبس فإن أمي اللبس قدمت أي شئ تفت قول كلمت هندا واقفا جالس يساوي جالس واقفا و رأيت أخويك راكبين واقفا يساوي واقفا راكبين باء ناقص صاحب الحال وهو ما تكون الحال صفله في المعنى مبين لهيئته معرفة غالبا وقد يقع نكرا قياسا في الأحوال التالية واحد ناقص إذا تأخر عن الحال مثل جاءني شاكيا رجل ولولا التقدم لمكان الوص نعطا لاحالا كما في قولنا جاءني رجل شاك اثنان ناقص أن يدل على عموم وذلك إذا سبق بنفي أو نهي أو استفهام مثل ما في القاع أحد واقفا لا يقابل أحد أحدا مسيئا هل فيهم رجل محقا ثلاث ناقص أن يدل على خصوص وذلك حين توصى في النكرة أو بتضاف مثل جاء رجل عالم زائرا زرني أثاب أدب محاضرا أربع ناقص أن تكون الحال جملة مقونة بالواوي مثل أقبل راكب ويده مرفوع تاني هذا وصاحب الحال يكون فاعلا مثل حضر الأمير راكبا أو نائب فاعل مثل أمس كل السمو خطبئا أو المكتبأ أخوك مستطيما أخي أو خبرا هذا الأستاذ مقبلا أو المفعولا به مثل قرأت الكتاب مطبوعا أو المفعولا مطلقا مثل قرأت القراءة واضحة أو المفعولا فيه مثل أسير النهار باردا أو المفعولا معه مثل سير والشاطئة ضغيلا أو المفعولا لأشبه مثل تصدقي حب الرحمة خالصا أو مجمورا مثل آمنت بالله خالقا أو المضافة إليه مثل أعجبني بيانك خطيبا إلا أن المضاف إليه لا تأتي منه الحال إلا في موضعين واحد ناقص إذا كان المضاف شبه سعر نصدرا أو مشتق مضافا إلى معموله مثل إليه مرجعكم جميعا أخوك راكب الفرسي مسرجة وهذا في الحقيقة يرد إلى ما سبق لأن المضاف إليه فاعل في المعنى أو مفعول به اثنان ناقص إذا صح وضع المضاف إليه موضع المضاف في الجنة بأن كان لمضاف جزءا من المضاف إليه مثل سلم الله صدوركم متأخين أو كان بمعنى الجزء يعجبني بيان أحمد خطيبا والمضاف إليه في الجنة لا صح أن يحل محل المضاف فنقول سلمكم الله متأخين يعجبني أحمد خطيبا سيصبح صاحب الحال فاعلا أو مفعولا وعلى هذا لا يصح أن أقول سافر أخو الطالب حزينة لأن المضاف إليه لا يصح وضعه موضع المضاف فلا تقول سافرت الطالب حزينة لأن الذي سافر أخوها لا هي جناقص عامل الحال ما عمل في صاحبها من فعل أو شبه فعلي أو بما فيه معنى الفعل في جاء أخوك راكبا عامل الحال الذي نصبها هو عامل صاحبها أخوك الذي رفعه وهو فعل جاء وأشباه الفعل هنا المصدر والمشتقات مثل سر يرجوعك سالما ما قارئ نفيقك نشيطا فناصب سالما هو المصدر رجوع الذي جرأ الضمير صاحب الحال لفضا ورفعه محلا على أنه فعله وناصب الحال نشيطا هو شبه الفعل قارئ الذي رفع صاحب الحال رفيقك أما ما فيه معنى الفعل فتا أسماء الإشارة فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وأدوات التشبيه كأنك خطيبا سحبان وائل وأسماء الأفعال مثل بداري مسرعا وأدوات الاستفهام والتمني والترجي والتنبيه والنيداء مثل كيف أنت جنبي ليتك منصفا تصير قاضيا ها أنت ذا غاضبا يا خالد منقبا جاره بالناقص مرتبة الحال بعد صاحبها وبعد عملها تقول جاء أخوك ضحيكا ويجوز تقدمها على أحدهما أوي عليهما فتقول جاء ضحيكا أخوك ضحيكا جاء أخوك ولهذا الجواز قلود واحد ناقص تتأخر عن صاحبها وجوبا إذا كانت محصورة مثل ما جئت إلا ضحيكا كما تقدم هي وجوبا إذا حفر صاحبها مثل ما جاء ضحيكا إلا أنت وإذا كان صاحبها مضافا إليه مثل أعجبني موقف أخيك معارضا وإذا كان مجنورا عند الأكثرين مثل مررت بها مسرورة إثنان ناقص وتتأخر عن عملها وجوبا إذا لم يكن فعلا متصريفا أو كانت لتفضيل مثل سهن جالسا بيت سيبطالب عصيا أخوك خيركم ناطقا وكذلك إن كان عملها مقترنا بما له الصدارة مثل لام الابتداء أو لام القسم لأنت مصير موافقا لتسرني مصيرا لأبقين صادرا أو كان صلة لألي أو لحرف نصدري أو نصدرا مؤولا بالفعل والحرف المصدري مثل أنت المحبوب منصفا يعجبني أن تقف محاميا يسوي انقلابك خائبا والحال المؤكدة لعملها والجمل المقترنة والحال لا تتقدمان عاملهما مثل ولا مددرا حضرت ويدي فارغة هجري ناقص حفف عاملها يجعل حذيف عاملها إن ذل عليه دليل كجوابك سائلا كيف أصبحت بقولك مسرورا ولكنه متظم حفف عامل الحال وجودا في الموادع الخمسة الآتية واحد ناقص أن تذل الحال على تدرج في زيادة أو نقص وتقترن بالفاء مثل يكافأ المجد بعشابا أمير فصاعدا فنازلا فأكثر فأقل والتقبير فذهب العدد صاعدا نازلا إلى آخره اثنان ناقص أن تغنى الحال على الخبر كما جاء في صاب 233 مثل أقلي الحلوى واقفا والتقبير أقلي الحلوى إذا أوجد واقفا ثلاث ناقص أن تكون الحال مؤكدة لغمون الجملة قبلها أنت صديقي مخلصا والتقبير أعرفك مخلصا أربع ناقص بعد استفهام توبيخي أقاعدا وقد نفر الناس والتقبير أتنكث قاعدا وقد نفر الناس خمس ناقص أن يردعان للحال محذوفا سماعا ومثلوا لذلك بقولهم هنيئا له مقدرين ثبت له الشيء هنيئا الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون يوسف يوسف اثنى عشر مقصومة على اثنان واحد وسبعون اثنان ناقص وألقي عصاك فلما رآها تهتبس كأنها جن وآمدر ولم يعقبي أن موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون أن من سبعة وعشرون مقصومة على عشرة ثلاث ناقص فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا مريم تسعة عشر مقصومة على سبعة عشر أربع ناقص ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأطممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة الأعراف سبع مقصومة على مئة واثنان وأربعون خمس ناقص واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعض عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين الأعراف سبع مقصومة على أربعة وسبعون ست ناقص قالت يا ويلتي أقلد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب هود أحد عشر مقصومة على اثنان وسبعون سبع ناقص أوك الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها البقرة اثنان مقصومة على مئتان وتسعة وخمسون ثمانية ناقص وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم الحجر خمسة عشر مقصومة على أربعة تسعة ناقص فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إن كنا مرسلين الدخان أربعة مقصومة على أربعة ناقص خمسة عشرة ناقص فتولى عنهم يوم يدعو داعة إلى شيء نكر فرش عن أبصارهم يخرجون من الأجداس كأنهم جراد منتشر القمر أربعة وخمسون مقصومة على ستة ناقص سبعة أحد عشر ناقص وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الكهف تمانية عشر مقصومة على ستة وخمسون إثنى عشر ناقص إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كثورا الإنسان ستة وسبعون مقصومة على ثلاثة ثلاثة عشر ناقص ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على ثور المتقابلين الحجر خمسة عشر مقصومة على سبعة وأربعون أربعة عشر ناقص حافظوا على الصلاوات والصلاة الوصى وقوموا لله قامتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا البقرة إثنان مقصومة على مئتان وتمانية وثلاثون ناقص مئتان وتسعة وثلاثون خمسة عشر ناقص وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمر أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين المائدة إثنان مقصومة على أربعة وثمانون ستة عشر ناقص ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين النحل ستة عشر ناقصومة على مئة وثلاثة وعشرون سبعة عشر ناقص صلى رسول الله صاد قاعدا وصلى وراءه رجال قياما حديث إلى الروع يوم انتاركي لا أبالية ثمانية عشر ناقص تقول ابنتي إن انتلاقك واحدا فهل إلى ليلة الغداء تشفيعوا تسعة عشر ناقص مضى زمن ونسي يستشفعون بي المجنون بنفسك العبر في إبلاغها الأمنة عشرون ناقص يا صاح هل حم عيش باقيا فترة طائل على أثنين ذي لامرت مرحل واحد وعشرون ناقص خرجت بها ألشا تجر وراءنا آملوا القيس شطا تؤوي بالحلدة اثنان وعشرون ناقص أثميني مرة وقيسي أخرى ناجوت وهذا تحملين طليق ثلاثة وعشرون ناقص عدثنا لعباد عليك إمارة يزيد ابني مفرغي حميري لدي وكهاء العناب والحشف البالي أربعة وعشرون ناقص فأن قلود الطير رطبا ويابسا آملوا القيس وهل بدارة ناقص يلل نس ناقص من عار خمسة وعشرون ناقص أن ابن دارة معروفا بها نسلي ثالب ابن دارة للحرب دائرة على ابن ضمضم ستة وعشرون ناقص ولقد خشيت بأن أموت ولم تدر عن ترى وإلا فأدركني ولما أمزق سبعة وعشرون ناقص فإن كنت مأكولا فكن أنت آكري الممزق العبدي كما انتفض العصفور بلله القطر تمانية وعشرون ناقص وإني لتعروني لذكراك هزة أبو فخر الهوذلي وفي الحرب أشباه النساء العوارك تسعة وعشرون ناقص أف السلم أعيارا جوفا وغلاغا هند أم عاوية باء إلي حبيدا إنها لحبيب ثلاثون ناقص لإن كان برد المائي مان أصابيا عروبن حزان فمطلبها كهلا عليه شديد واحد وثلاثون ناقص إذا المرء أعيته المروء ناشئا المعلوط القريعي فما لك بعد أشيب صب متيما اثنان وثلاثون ناقص عهدتك كما تصب وفيك شبيبة وفاحت عنبرا ورنت غزالة ثلاثة وثلاثون ناقص بدت قمرا ومالت غصة ناباني المتنبي إلا وكان لمثاع بها وزر أربعة وثلاثون ناقص نعمر هرمون لم تعر نائبة زهير ناقص 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 ن هو أن نلقاهم فنمنعهم من النهوض ويمنعون وفيها لغتان غير البناء كفة لكفة وكفة عن كفة على فك التركيب ناقص انظر القامو في المحيط المضافي المنتهى بياء من هذه التراكيب يبنى على سكون حسب القاعدة في بناء المركبات المسجية هذه الوعي التجب إذا كانت جملة الحال سنية أو صدرها فعلي ماضي خالية من ضمير صاحبها أو مصدر بضمير صاحبها مثل سافرت والمودعون كثير سافرت وقد غابت الشمس سافرت وأنا خائف وتمتنع إذا كانت جملة الحال مؤكدة المضمون الجملة فيها ذلك الكتاب لا ريب فيه أو كانت ماضية بعد إلا مثل هل عاقدك أحد إلا كنت أنت المصي أو كانت نصدره بمضارع مصدد غير مقتر بقد أو بمضارع منفى بي ما أو لا مثل حضرت أجل رجلي سافرت ما يرافقني أحد ما لي لا أجد جوابا التمييز اسم نكرة يبين المراد من اسم سابق يصدق ناقص لولا تحديده بالتمييز ناقص على أشياء كثيرة مثل عندي ثلاثون كتابا أنا بها قرير عينا في كتابا فسرت المراد بالثلاثين التي تصلح لولا التمييز لكل المعدودات وعيما أوضحت وحددت المراد الذي كرة مني وهو العين وأولاه ما عرف السامع هل أنا قرير بها صدرا أو نفسا أو خاطرا ويسمى النوع الأول بتمييز ذات أو التمييز الملفوظ والثاني يعرف بتمييز النسبة أو التمييز الملحوظ الف هرم ذا على العصى ناقص أما تمييز ذات فيفسر المبهم من واحد ناقص الأعباد وكنايتها مثل سلقى عشرون طالبا أمامهم كذا كتابا اثنان ناقص وأثناء المقادير مساح أو وزنا أو الكيبا أو مقياسا مثل بابلن بكل قصب بناء هكترات حقلا خذرط لنزيتا وإلترات حليبا مع مد قمحا ثوب كأربع أذرع حريرا ثلاث ناقص وأشباه المقادير على أنواعها فمشبه المساح مثل ما في السماء قدر راح سحابا ومشبه الوزن مثل ما فيه مسقال ذرة عقلا ومشبه الكيل مثل خبأت جرة عصلا وصافحة دبسا وبرميل زيتا ومشبه المقياس مثل وقعنا مد يدك عريضة أربع ناقص وما جرى نجرى المقادير مثل أليس عندي مثل ما عندك ذهبا وهذه غلتي وعندي غيرها ثمرا ويلحق ببالك فرع تمييز مثل قولك في ألخزانه سوار ذهبا وساعة سدة وحلة جخاء ولك أن تنسب تمييز ذات بأنواعه كلها عدل أعداد أو التجره بمن أو تضيف ما قبله إليه فتقول في الخزانة سوار فضة يساوي سوار فضة تضيف ما قبله إليه يساوي سوار من فضة فإن كان ما قبله مضافا إليه اقتصرت على النصب أو الجر مثل أعظم لقدر شبر خيطا قدر شبر من خيط باء ناقص وأما تمييز النسبة فما كان منه محولا عن فعل أو المفعول أو المبتدأ ورجب نصبه مثل طب نفسا وكفى بعقلك رادعا فجرنا الأرض عيونا أن أكثر مالا وما كان غير محول كأكثر تراكيب التعجب جاز نصبه وجره بمن مثل أن عما به فارسا يساوي من فارس ما أعظم كبطلا يساوي من بطل لله ضر خالد قائدا يساوي من قائد تمييز العدد وكنايته فالف همزة على العطى ناقص الأعداد من ثلاثة ناقص تسعة تؤنف مع المعدود المذكر وتذكر مع المعدود المؤنف في جميع حالاتها مفردة أو مرتبة أو معفوفا عليها فتقول في الخزانة ست مجلات وسبع أقنام وثلاثة عشر كتابا وخمس عشر رسالة وثمانية وستون دفترا واربع وخمسون بطاقة أما العدد ناقص عشرة فاله حلاني يوافق معدوده إذا تركت مع غيره كما رأيت ثلاثة عشر كتابا خمس عشر رسالة ويخالفه مفردا مثل نجح عشر طلاب وعشر طالبات والواحد والاثنان يوافقان المعدود في جميع الحالات وكذلك ما يصاب من العدد على وثن فاعل نقول هذا اليوم السابع عشر من أجد وغدا الليلة التاسعة عشرة أما تمييز العدد فيكون جمعا مجرورا بين ثلاثة ناقص عشرة ومفردا منصوبا بين أحد عشر ناقص تسعة وتسعون كما ورد في الأمثلة السابقة ومفردا مجرورا مع مئة وألف فقول ثمن كل مئة قل مئلف قرش هذا ويختار قراءة الأعداد ابتداء من المرتبة الصغراء فصاعدا فتقرأ العدد الف وتسعمائة وخمسة وأربعون قائلا كان الجلاء سنة 45 وتسعمائة وألفة باء ناقص يكنى عن العدد بكلمات ثلاث كذا كأي كم أما كذا ستستعمل إخبارا عن العدد مطلقا كثيرا أو قليلا تقول عندي كذا كتابا ورأيت كذا وكذا قرية وتمييزها مفرد منصوب أبدا وهي مبنية يختلف أعرابها بحسب موقعها في الكلام ففي الجملة الأولى هنا هي مبدأ وفي الثانية مفعول به اثنان ناقص كأي كأي مبنية على السكون وهي خبرية تدل على الكثير فقط ولها صدر الكلام وتختص بالماضي ومحلها من الأعراب يختلف باختلاف ما بعدها فتكون مفعولا به مثل كأي من كتاب قرأت أو لمفعولا مطلقا مثل كأي من مرة نصحتك وتكون مبتدأ مثل كأي من خير في التزام لاستقامة ولا يكون خبرها إلا جملة أبشبه جملة أما تمييزها سمفر مجرور بمن دائما وسمع نصبه قليلا في الشعر ثلاثة ناقص كم لها استعمالان استثهامية وخبرية فأما الاستثهامية فيستثهم بها عن عدد يراد معرفته مثل كم دينارا عندك ولها صدر الكلام ويتصل بها تمييزها فإن فصرف بالظرف والجار والمجرور غالبا مثل كم في المجلس عطيلا وتمييزها مفرد منصوب في جميع الحالات كما رأيت وهي مبنية دائما ويختلف أعرابها على حسب جنتها فهي مبتدأ في قولك كم دينارا عندك وخبر في كم مالك وكم سترا كان خطابك ومفعول به في كم كتابا قرأت ومفعول مطلق في كم مرة قرأت درسك ومفعول فيه في كم ليلة سهرت وأما كم الخبرية فلا يسأل بها عن شيء وإنما يخبر بها عن الكثرة وتكون بمعنى كثير ولا تستعمل إلا في الإخبار عما مضى مثل إن أخفق الآن فكم مرة نجحت ولها الصدارة أختها الاستفهامية لا يتقدم عليهما إلا المضاف أو الجار مثل بكم عبرة تمر فلا تتعذ جثة كم رجل واريت وإعرابها كأعراب الاستفهامية تماما وتمييز كم الخبرية نكرى مجورة بالإضافة إليها أو ب من وهي مفردة غالبا كم مضرور غرة الدنيا كم من مضرور كم من مضرورين فإذا فصل فاصل بينها وبين مميزها وجب نصبه أو جره ب من تقول في كم عبرة في الدنيا إذا فصلت كم في الدنيا عبرة يساوي من عبرة وتفترق كم الاستفهامية و كم الخبرية عدا ما تقدم من الفروق في المعنى وفي التمييز في أنك إذا أبدالت من الاستفهام يهوجب أن يقترم البدا بهمزة الاستفهام مثل كم كتابا قرأت أعشرين أم ثلاثين أما الخبرية فلا تقترم بشيء تقول كم مرة وعفتك عشرين مئة ألفا ملاحظات ثلاث واحد ناقص التمييز نكر دائما فإن أتى معرفة لفظا فهو نكر معنى مثل تبت النفس ببيع الدار ألم أخوك رأسه في النفس و رأسه معرفتان لفظا نكرتان معنى إذ هما بمنزل تبت نفسا ألم رأسا اثنان ناقص مأتبت التمييز التأخر عند مميز الذي يعتبر الناصد له فلا يتقدمه ولم يسمع إلا نادرا في الشعر تقدم تمييز النسبة على فعله المتصرث مثل وداعي المنون ينادي جهارة إن فاستطيب بنيل المنئ أما إذا كان التمييز ملفوظا أو ملحوظا وعامله جامد فلا يتقدم البط لا في ضرورة ولا في غيرها ثلاث ناقص يفرقون غالبا بين الحال والتمييز بأن الحال على معنى في والتمييز على معنى من فمعنى جئت راكبا جئت في ركوبي ومعنى لله دره فارسا بعت ثلاث عشر كتابا لله دره من فارس بعت ثلاث عشر من الكتب الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حصوما سطر القوم فيها سرعة كأنهم أعجاز مخل خاوية الحاقة تسعة وستون مقصومة على سبع اثنان ناقص قال كم لبستم في الأرض عدد سنين المؤمنين ثلاثة وعشرون مقصومة على مئة واثنى عشر ثلاث ناقص لو اطلعت عليهم وليت منهم فرارا ولملأت منهم رعبا الكهس ثمانية عشر مقصومة على تمانية عشر أربع ناقص وتأي من نبي قاتل معه ربيون كثير سماوهن لما أصابهم في سبيل الله آل عمران ثلاث مقصومة على مئة وستة وأربعون خمس ناقص ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيه نفسه ولقد استصمناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين البقرة اثنان مقصومة على مئة وثلاثون ستة ناقص وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين القصص تمانية وعشرون مقصومة على تمانية وخمسون سبع ناقص قال ربي إني وهنا العظم مني واشتعل الرأس شيئا ولم أكن بدعائك ربي شقيا مريم تسعة عشر مقصومة على ثلاثة سودا تخافية الغراب الأسحم تمانية ناقص فيها ثنتاني وأربعون حلوبة عن ترى وأندى العالمين بطون راح تسع ناقص ألستم خيرا من ركب المطايا جرير صددت وطبت النفس يا قيس عن عميرو عشرة ناقص رأيت كلمة أن عرثت وجوهنا رشيد الياشقي زيادته أو نقصه في التكلم أحد عشر ناقص وكا إن ترى من ثمت لك معجب زهير باند لتحزننا عفاره اثنى عشر ناقص يا جارة ما أنت جاره الأعشاء باء في حده الحد بين الجد واللعب ثلاثة عشر ناقص السيفي أفتق أنباء من الكتب جلودهم قبل نقجتين والعنق ستون ألفا كآساد الشري مضجت أبو تمام مبالها قطعت في ربع دينار أربعة عشر ناقص يد بخمس مئين عجدا وديت ذل الخيانة سفهم حكمة الباب عز الأمانة أغراها وأرخصها المعري وجاهل جاهل طلقاه مرزوقة خمسة عشر ناقص كم عاقل عاقل أعيت مذاهبه آلم حم يسره بعد عصر ستة عشر ناقص إطرد اليأس درجاء فكأي وداعي المنون ينادي جهارة سبعة عشر ناقص أنفسا تطيبا بنيل المنئ نفس 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 ن إن لم يكن من جنس ما قبله مثل أنت أفضل رأيا فإن كان من جنسه وجبت إضافته إليه أنت أفضل كاتب إلا إذا أضيف إلى غير تمييزه مثل أنت أكرم الرساق معينا إلا إذا كان التمييز كلمة مئة فتبقى معها مفردة في الأكثر الغالدة تقول خمسمائة جندي في الميدان وقد سمع جمعها جمع سلامة قليلا فقيلة خمسينئين خمسمائات وإلا أسماء الجموع أو الأسماء الأجنس فالتجر بمن تقول سبع من الطير وخمسة من القوم وكل أنت ضاف مثل تسارات وردت قليلا مخصفة في الشعر هكذا كائن كأين جوز جره على ضعف إذا جاءت هي بالحرف مثل بكم دينار إن اشتريت هذا وأضعف من هذا بكم من دينار والنصب هو الوجه في جميع ذلك المستثنى اسم يذكر بعد أداة استثناء مخالفا ما قبلها في الحكم مثل ربح التجار إلا خالدا وإركان الاستثناء كما في المثال ثلاثة مستثنى منه التجار ومستثنى خالد وأدى الاستثناء إلا أما الحكم فهو ربح وليذكر الطالب الأمور التالية واحد ناقص إن لم يكن في الجملة مستثنى منه فلا عمال لأدى الاستثناء وما بعدها يعرض كما لو كانت أدى الاستثناء غير موجودة مثل ما ربح إلا خالد ويسمى التركيب استثناء ناقصا أو مفرغا أما النقص فلي فقدان المستثنى منهو أما التفريغ فإن العامل قبل الأداء التفرغ للعمل فيما بعدها وعلى هذا فليس الكلام استثناء وإنما هو حفر فقط اثنان ناقص الاستثناء المتصل ما كان فيه المستثنى من جنس المستثنى منهو كالمثال المذكور في خالد من جنس التجار والاستثناء المنقطع ما كان فيه المستثنى من غير جنس المستثنى منهو لختار فيه النصب دائما مثل رحل التجار إلا بضائعهم والغرض من ذكره دفع التواهم الحاصل حين الاقتصار على رحل التجار فإن السمع قد يظن أنهم رحلوا ببضائعهم كما هي العادة فذكر الاستثناء استدراكا ودفعا للتواهم ونقلوا أن نبيتامين تجيز أرف على البدلية إن صح تسليب العامل على ما بعد أداة الاستثناء ثلاثة ناقص أدوات الاستثناء ثمان إلا غير سوى خلى عدى حرشة ليس لا يكون وسيأتي تفصيل حولها حكم المستثنى المستثنى يجب نصبه دائما في الأحوال الآتية واحد ناقص بعض الأدوات ما خلى ما عدى ما حرشة ليس لا يكون بيد اثنان ناقص بعد إلا في استثناء ثاني مثبت أو في استثناء تقدم فيه المستثنى على المستثنى منه سفر القوم إلا خالدا لم يفضر إلا خالدا أحد نجح الطلاب ما عدى سليما فسابق الفرسان ليس على نفذة البضاء على يكون الحرير ويجوز لا عن نصب وجه آخر في حالين واحد ناقص في الاستثناء الثاني المنصي يجوز النصبي ويرجح عليه الإتباع على البدلية من المستثنى منه والأدوات المستعملة في ذلك ثلاث إلا غير سوى مثل لم يحضر المدعوون إلا الأمير يساوي إلا الأميرة ما وثقت بكم إلا معاذ يساوي إلا معاذ ما أنتم مسافرون غير أحمد يساوي غير أحمد هذا ويحمل على النصبي أنه هو الاستفهام الإنكاري مثل لا يجلس أحد إلا الناجح يساوي إلا الناجحة من ينكر فضل الوحدة إلا المكابرون إلا المكابرين وعلم أن الكلام قد يحمل على النفي وليس فيه أدى نفي وإن ما هو المعنى مثل فني الجسد إلا العظم يساوي إلا العظم وذاتة لأن معنى فني لن يبقى وكذلك ويأبى الله إلا أن يتم نوره نفى لأن معنى يأبى لم يرضى ومن هذا الآية فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتلك بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يقتعمه فإنه مني إلا من يتنف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم وقرئ إلا قليلا منهم فعدوا الجملة الأخيرة استثناء تاما منفيا يجوز في مستثناها قليل الرفع على الإدال من المستثناء منه وهو الضمير فيه فشربوا مع أنه ليس في الكلام نفي ملفوظ ولكن المعنى جعل فشربوا منه بمنزل فلن يكونوا منه اعتمادا على قوله قبل ذلك فمن شرب منه فليس مني إثنان ناقص إذا لم تكن الأدوات خلا عدا حاشة مصحوب بما جاز مع النصب الجر مثل ذهب الطلاب خلا سعيدا يساوي خلا سعيد والنصب بخلا وعدا أكثر من الجر والجر بحاشة أكثر من النصب وإليك الآن بعد هذا الحكم العام الذي لما متفرقات كثيرة شكة صد لكلام على الأدوات واحدة واحدة إلا حرف استثناء غالبا وأدى حصل عملها إن لم يكن في الكلام مستثنى منه مثل لم يحضر إلا أخوك وتحمل أحيانا قليلا على غير وجوبا فيوصف بها وبما بعدها وذلك حين يفسد المعني على الاستثناء مثل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدة لأن المعنى لو كان في السماء والأرض إلى غير الله لفسدة فالقصد نفي كل إلى غير الله وبهذا رضفت كلمة غير التي يوصف بها غالبا ولو كانت الاستثناء لكان المعني لو كان فيهما آلهة ليس الله معها لفسدة ولكنهما لم تفسدى لوجود الله معها وهو كما ترى معنى باطل غير مقصود البتة وتعرب إلى الله معصفه آلهة كما يوصف بالجار والمجرور معا في قولنا هذا رجل على فس هذا وقد تكون إلا أحيانا حرف استدراك بمعنى لكن تماما فلا تعمل مثل ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى فليست تذكرة مستثنى من لتشقى وإن من الكلام استدراك وتذكرة مفعول لأجله عامله محذوف والتقدير لكن أنزلناه تذكرة لمن يخشى غير وسوى اسمان معبان يوصفوا بهما ما قبلهما غالبا فنقول هذا رجل غير سيئن له صفات سوى ما ذكرت ولكن كما تحمل إلا الاستثنائية على غير فيوصف بها تحمل غير وسوى الوسفيتان على إلا فيستثنى بهما ويثبت لهما ما يثبت للإسم بعد إلا ويضافان إلى المستثنى الحقيقي تقول في الاستثناء الثام الموجب فهم الدرس غير نذير وفي الثام المنفي لم يسافر رفاق غير خالد أو غير خالد وفي الاستثناء الناقص ما سافر غير خالد فتكون ساعلا وفي الاستثناء المنقطع ما نجى الركاب غير سفينتهم نجى غير سفينتهم الركاب ما خلى ما عدا ما حرش هذه الكلمات حين تقترن بهما يجب النصب بهن يقرأ الطلاب ما عدا ثنين منهم ولا مفعول يجب النصب بها مع ما لأنها لا تزاب إلا مع ما أصله الفعل ويجوز الجر والنصبحين حث ما فيكون ما بعدها مجهورا لطبا فيما حل نصب على الألس تثناء لأنها أحرص جر شبيه بالزائد ليس لا يكون هاتان الأباتان في الأصل فعلان ناقصان وهما هنا كذلك لم تخرج على أثرهما إلا في شيء واحد هو وجوب حث اسمهما سافر القوم ليس الأميرة أو لا يكون الأميرة أصه ليس المسافر الأمير أو لا يكون المسافر الأميرة وأهوى من وذلك أن نعتبر التركيب تركيبا استثناء راضفت فيه هاتان الأداتان إلا فنصب ما بعدهما على الاستثناء وجوبا وبذلك استغنطا عن اسم وخبر استعمالهما استعمال الحرف خاتمة يلحق بأدوات الاستثناء كارمة بيبة وهي اسم تدخل تركيبا شبها استثنائه تقول أحمد جواد بيبة أنه جبان وتكون بيد منصوب دائما على الاستثناء المنقطع ومضافة إلى جملة أن الاسمية المؤولة بالمصدر ومعناها هنا يشبه الاستدار ودفع التواهم كتراكيب الاستثناء المنقطع الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص يا أيها المزمل قوم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا المزمل ثلاثة وسبعون مقصومة على واحد ناقص ثلاثة اثنان ناقص ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم قرئ إلا قليلا منهم النساء ثلاثة مقصومة على ستة وستون ثلاثة ناقص ولا يتفت منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم هود أحد عشر مقصومة على واحد وثمانون أربع ناقص قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضلون الحجر خمسة عشر مقصومة على ستة وثمانون خمس ناقص قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله هو ما يشعرون أيام يبعثون النمم سبعة وعشرون مقصومة على خمسة وستون ست ناقص ناقص لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أول الضرار والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم النساء أربع مقصومة على خمسة وتسعون سبعة ناقص وما لأحد عندهم من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى الليل اثنان وتسعون مقصومة على تسعة عشر ناقص عشرون تمانية ناقص لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر سيعذبه الله العذاب الأكبر الراشية ثمانية وثمانون مقصومة على اثنان وعشرون ناقص أربعة وعشرون وكل نعيم لنحل لذائل تسع ناقص ألا كل شيء ما خلق الله باطل لبيد وما لي إلا مذهب الحق مذهب عشرة ناقص وما لي إلا آل أحمد شيعة الكميت إلا العاصر وإلا العيس أحد عشر ناقص وبدة ليس بها أنيس جران العود عاصن ترغير إلا النؤي والوتب اثنى عشر ناقص وبالصريمة منهم منزل خلق فإن نحن أفضلهم فعالة ثلاثة عشر ناقص رأيت الناس ما حرشا قرعيشا الأخطل بهن فلول من قراء الكتائب أربعة عشر ناقص ولا عيد فيهم غير أن سلوفهم عيت جوابا وما بربع من أحد خمسة عشر ناقص وقفت فيها أثل لا أسائلها ونؤيك الحوض بالمظلومة الجلب إلا الأواري لأي ما أبينها النابغة لأمر أبيك إلا الفرق داني ستة عشر ناقص ولك أخ مفادقه أخوه عمرو ابني معد يكرب سبعة عشر ناقص ما أمهرت دم وذكر اسم الله عليه فكل ليس السن والظفر ناقص أنهي ردا بما شكني إلا الظفر والسنة حديثان شريفان الظفر مضية الحبشة السن العظم با بكل الذي يهو خليلي مولع ثمانية عشر ناقص مل الندمي معداني فإنني إذا لم يكن إلا النبيون شافع تسعة عشر ناقص لأنهم يرجون منه شفاعة حسان إلا رسيمه وإلا رمله عشرون ناقص ما لك من شيخك إلا عمله عدش مطاء والطفل الصغير واحد وعشرون ناقص أبحنا حيهم قتلا وأثلا أعد عيالي شعب من عيالك اثنان وعشرون ناقص خلأ الله لا أرجو سواك وإنما ولم نبلو إلا المشرفي ناقص عشية لا تغني رماح مكانها يحكي علينا إلا تواكبها 24 ناقص في ليلة لا نرى بها أحدا أخاف إن هجكت أنا ترني 25 ناقص عمدا فعط ذات بيض أني الإرمان رفع الصوت بالبكاء ناقص 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 اشتركوا في القناة فيرفع المستثنى إذ تقدم وخرجوا ذلك على أنه بدل مطلوب إذ الأصل لم يحضر أحد إلا خالد وهي لغة عفحة كو منها ما مررت بمثلك أحد وشواهد سيأتي بعضها المنادي أحكام ناقص تابع المنادي ناقص المضاف إلى ياء المتكلم ناقص المرخم ناقص مناديات سماعية ناقص تراكيب الاستغاثة والتعجب ناقص النجبة الف همزة على العطا ناقص أحكام يعلم القائد أن المنادي اسم يذكر بعد أداة نداء استدعاء لمدوله مثل يا خالد أيا عبدي الله وأنه منصوب دائما سواء كان مضافا مثل يا عبد الله أو شبيها بالمضاف وهو ما تصل به شيء من تمام معناه مثل يا كريما فعله يا رفيقا بالضعفاء يا أربعة وأربعين اسما لرجل أو نكر غير مقصود مثل يا كسولا ألحق رفاقك وإنما يطني على ما يرفع به في محل نصد إذا كان مفردا معرفة مثل يا علي أو نكره تصديها معين تقولك لشرطي أمامك ولرجلين ولمسلمين تخاطبهم يا شرطي يا رجلان يا مسلمون وإذا كان لسه مبنيا سماعا بقي على حركة بنائه الأصلية مثل يا سيبوي يا هذا وقيل حينئذن إنه مبني على ضمي مقدر منعي من ظهوره اشتغال آخره بحركة البناء الأصلية في محل نصد ولا بأس بتذكير بالأحكام الآتية واحد ناقص أحرص النداء ثمانية ألف همزة على العصة وأي وتكونان لنداء القريب مثل أخالد أي أخي ويا ألف مندودة آي أي هي وتكون لنداء البعيد لما فيها من مد الصوت و وتكون للنداء خاصة مثل أولدي ورأس أما يا فهي أمي الرباب ينادي بها القريب والبعيد ويستغذبها مثل يا للأغنياء للفقراء ويندب بها عند أمن اللبس تقول يا رأسي ولا ينادى لفظ الجلالة إلا بها خاصة مثل يا أماله وهي وحدها التي يجوز حففها مع المنادي مثل خالد الحقم اثنان ناقص إذا وصف المنادي العلم المبني بابن أو ابن مضافتين إلى علم جاز فيه البناء على الضم ونصبه إطباعا لحركة ابن وابن تقول يا خالد ابن سعيد والإطباع أكثر وكذلك الحقم فيه إذا أكد بمضاف مثل يا سعد سعد العشيرة يجوز ناع البناء على الضم نصبه على أنه هو المضاف وأن سعد الثاني التوكيد لفظي لها ثلاث ناقص إذا اضطر الشاعر إلى تنوين المنادي المبني على الضم جاز أن ينونه مرفوعا وهو الأكثر مثل قول جميل مكان يا جمل حييت يا رجل ليت الطحية كانت لي فأشكرها وأن ينونه منصوبا مثل قول جرير الأمى الناقص لا أبالك ناقص وارطراب أعبدا حل في شعبي غريبا أربع ناقص العلم المحلي بألي يتجرب منها حين النداء فننادي العباس والحارث والنعمان بقولنا يا عباس ويا حارث ويا نعماني فإن أردنا نداء ما فيه ألي توصنا إلى ذلك بنداء اسم إشارة أو أيها أو رئيتها قبله مثل يا أيها الإنسان يا أيها المرأة يا هذا الطالب يا هذه الطالبة يا هؤلاء الطلاب فيكون المناد اسم الإشارة أو كلمة أيها أو رئيتها ويكون المحلي بألي بعدهما ففل المنادى إن كان مشتق أو عطف بيان إن كان جامدا أما لفظة الجلالة الله فتفرد وحدها بأنها تنادي بيا خاصة وأن ألف الوصل فيها يجب قطعها عند النداء فنقول يا ألاله ويجوز حذيفة يا والتعويض عنها بما يمي مشدد في الآخر فنقول اللهم باء ناقص تابع المنادي واحد ناقص إذا كان تابع بدلا أو معطوفا رملا معاملة المنادي المستقل مثل يا أبا خالد سعيد يا خالد وسعيد يا عبد الله وسعيد فإن تحل المعطوف بألي جاذ فيه البناء على أبضا إتباعا للفظ المعطوف عليه والنصب إتباعا للمحلي يا خالد والحاجب اثنان ناقص أما أن عطو عطف البيان والتوكيد فيجب نصبها إذا كانت مضافة غريا من ألي مثل يا أحمد صاحب الدار يا طلاب كلكم يا علي أبا حسن أما إذا كان هذا التابع محلي يمضي ألي أو توكيدا غير مضاف فيجوز فيه أن نصب مراعة للمحلي والرفع مراعة للنفر يا أحمد الكريم يا أحمد الفاكح مقصومه على الباب يا سليم سليما يساوي سليم ثلاثة ناقص تابع المنادي المنصوب منصوب أبداً يا عبد الله الكريمة يا عبد الله والنجار إلى آخره جي ناقص إذا أضيف المنادي إلى ياء المتكلم فهذه أحواله واحد ناقص إن كان معطل الآخر مقصوراً أو منقوصاً ثبتت معه الياء مفتوحة يا فتاية يا محامية اثنان ناقص إن كان صفة اسم فعل أو مبالغته أو اسم مسعول ثبتت معه الياء ساكنة أو مفتوحة تقول يا سانعي يساوي يا سانعي أجنبي يا معبودي يساوي يا معبودي أغفني ثلاثة ناقص إن كان صحيح الآخر جاز فيه أربع أوجه أولها ناقص وهو الأكثر ناقص حف في الياء وإبقاء الكسر قبلها دليلاً عليها مثلاً يا عبادي فاتقون ثانيها إبقاء الياء ساكنة يا عبادي ثالثها إبقاء الياء وفتحها يا حسرة على سلان رابعها قلب الكسر قبل الياء فتحه وقلب الياء ألفاً مثلاً يا حسرة فإن كان المضاف أبن أوي أمجزت فيه الأوجه الأربع المتقدم هو الجاز وجغامس هو قلب الياء تاء مفتوحة مثلاً يا أبتي يا أمتة ووجه السادس هو قلبها تاء مكسورة مثلاً يا أبتي يا أمتي وتبدل هذه التاءها الحين الوقف فنقول يا أبه يا أمه وألحق بذلك ابن عمي ابن عمي ابن أمي ابن أمي فجوزوا فيها إثبات الياء وحففها مع كسر الآخر أو فتحه يا أبن عمي ابن أمه إلى آخره مع أن ياء المتكلم هنا لم يدف إليها منادة وإنما أضيف إليها ما أضيف إليه منادة فكان حقها الإثبات لكنهم ألحقوها بما تقدم بل حففهم لها أكثر من الإثبات بال ناقص المنادي المرخم الترخيم حذيف آخر المنادي تخفيفا ويطرد جواز الترخيم في شيئين واحد ناقص المختوم بتاء تأميس مطلقا مثل يا ساطم يا هب يا حمزة يا شعرة يا جارية ترخيم يا ساطمة يا هيبة يا حمزة يا شعرة يا جارية اثنان ناقص العلم غير المركب إذا زاد على ثلاثة أحرفة فترصم أحمد جعفر منصور سلمان قائلا يا أحمد يا جعف يا منصو يا سلمة ولك أن تحذف حرفين بشرط أن يبقى من ألثم ثلاثة أحرفة كما في ألثمين الأخيرين فتقول يا منصن يا سلمة ولك في آخر المنادي بوب الترخيم وجهاني أن تبقيه على حاله قبل الترخيم وتقدر حركة البناء على الحرف المحذوف وهذا أجود اللغتين ويثمونها لغم ينتظر أي ينتظر لفظ الحرف الأخير لتظهر عليه حركة البناء والوجه الثاني أن تبني الحرف الأخير الباقي فيه على الضم فتقول يا أحمد يا جعف إلى آخره ويثمعون ذلك لغم لا ينتظر هجري ناقص مناديات سماعية وردت على العرب كلمات لم تستعمل إلا في النداء على الأوزان الآتية واحد ناقص مفعلاني يا مخبثاني يا ملأماني يا ملكعاني يا مكذباني يا مطيباني وتؤنس هذه السفة بالتائي اثنان ناقص فعل في شكن المذكرين يا خبث يا فرسق يا غد يا لك ثلاث ناقص فعال في شكن الإناث يا خباث يا ففاق يا غداري يا لكاعي والوزن الأخير قياسي في الأفعال الثلاثية التامة المتصرفة وسامع أيضا يا مأمان يا نومان لكثير اللوم والنوم وقالوا في ترخين فلان وفلان يا فل بمعنى يا رجل يا فل بمعنى يا امرأة وناقص تراكيب للثغاثة والتعجب هي تراكيب ندائية في مقام خاص ففي قولنا يا للأرنياء للفقراء من الجوع الأرنياء مسترات بهم والفقراء مسترات لأجلهم والجوع مسترات منه ويا أدى للثغاثة ولا يسترات بغيرها ناقص كما عرصت ناقص ولا يجوز حففها ولأبدي من ركنين على الأقل في التراكيب للثغاثة الأدى والمسترات به وفي هذا المسترات به ثلاثة أوجه واحد ناقص جره بلا مفتوحة كما تقدم ولا تكسر إلا إذا تعدد المسترات به يا لا لحكامي وللأغنياء للفقراء اثنان ناقص أن يزاد في آخر ألف توقيدا للثغاثة يا أغنياء ثلاث ناقص أن ينادى نداء عاديا يا أغنياء وهو في جميع الحالات منادي ويتعلق الجار والمجهور لذان بعض المسترات به بعامل نداء عامل للثغاثة وهو كلمة يا التي قامت مقام الثغاثة والمتعجب منه كالمستغاث به في أوجهه الثلاثة تقول متعجبا من البحر يا للبحر يا بحر يا بحر زي ناقص أن ندى نداء متفجع عليه أو المتوجع منه مثل وأبطاه ورأساه ولا تند بالنكرات إذا لا معنى لأن يتوجع الإنسان على مجهول ولا المبهمات كأسماء الموصولات والإشارات إلا إذا كانت جملة الصلة مشهورة مثل ومن فتح دمشقاه وإنما تند بالمعارف غير المبهمة مثل وأحسينه ووجداه والحرس الأصلي في النقبة ويجوز أن تقوم يا مقامها عند أمن اللغس مثل يا رأسه ويجوز في بسن المندوب ثلاث أوجه واحد ناقص أن يختم بألف ذائدة وغادى ناقص يا حرقك البده اثنان ناقص أن يختم بألف ذائدة وهاء أساكت في ألف وقف وغادى ناقص يا حرقك البده ثلاث ناقص أن ينادى نداء عاديا وأخالد ناقص وأحبط كبدي الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص ربنا اغسر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب إبراهيم أربعة عشر مقصومة على واحد وأربعون اثنان ناقص قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي طه عشرون مقصومة على أربعة وتسعون وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي ثلاث ناقص ألا أي هذاء الزاجري أحضر الوظى طرفة ندى ماي من نجانة أن لا تلاقي أربع ناقص يا راكبا إما عرضت فبلغا عبدي يغوي في الحارث ويقول من فرح هيا رب خمس ناقص فأصاخ يرجو أن يكون حي وليس عليك يا مطر السلام ست ناقص سلام الله يا مطر عليها الأخوص يا عديا لقد وقتك الأواطي سبع ناقص ضربت صدرها إلي وقالت عدي ابني ربيع أخو المهلهل بأوفى منك يا عمر الجوادة ثمانية ناقص فماك عبو ابن مامة واتن سعدي جرير منكم فإن محمدا لم يغدر تسع ناقص يا حال من يغدر بذ مجاره حسان ترجو الحباء وربها لم ييأث عشرة ناقص يا مروع مضطية محبوسة الفرزق وقمت فيه بأمر الله يا عمر أحد عشر ناقص حملت أمرا عظيما فاستبرت له جرير ولا زال منهلا بجرعيك القطر إثنى عشر ناقص ألا يسلمي يا داري ميا على البلي ذر ميمة بأ بمثلك ناقص هذا ناقص لوع وغرام ثلاثة عشر ناقص إذا هملت عيني لها قال صاحبي ذر ميمة أنت الذي طلقت عن جوعة أربعة عشر ناقص يا مر يا ابن واقع يا أمت ثالب ابن دار وغنين بعد فاقة وهوان خمسة عشر ناقص يا يزيدا لآمل نيل بر أواصركم والرحم بالغيب تذكر ستة عشر ناقص خذوا حظكم يا آل عكام وحفظوا زهير يا للكهول والشباني للعجب سبعة عشر ناقص يبكي كناء غريب الدار مغطرب أدينوا إلها غيرك ناقص الله ناقص راضية ثمانية عشر ناقص راضية بك اللهم رفلان أري الحطيئة أقول يا لها مياة للهومة تسعة عشر ناقص إني إذا ما حدث ألم أمي ابني أبي فت طريف بن مال ليلة الجوع والخصر عشرون ناقص لنعم ألستا يعشوا إلى ضوء نره آميروا إلقيث نعش عزيبيني ونبفاء الهمة كنا للاعلي يابني عمّة ناقص 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 المفرق هنا ما كان كلمة واحدة أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضافة وبها ينادى شذوذني الضمير مثل يا أنت يا إياكم وإنما يطرد جواز حففها قبل المنادي إذا لم يكن ضميرا ولا مبهما مثل أسماء الموصولات والإشارة مثل يا هذا اتبعني ولا لفظ الجلالة وما ورد من ذلك فنادر ولا يوقف عليه مثل أصبح ليلو استدي مخنوق ناقص أطرق ترى أما حذفاء المنادي وبقاء الأباه كقوله يا ليت قومي يعلمون بتقدير يا أولئي ليت قومي فقد ذهب إليه بعضهم والصواب أن نعود يا في ذلك حرف تنبيه للمخاطب لحرف نداء ونخرف بذلك من التكلف لتقدير منادي محذوف لا يأتي بعد المنادي الإشارة إلى المحلي بألي كما رأيت ولا يأتي بعد أيها وأيتها إلا المحلي بألي أو اسم الإشارة مثل يا أيدي ذا الفاضل موادع جر الإسم يشر الإسم إذا صدقه حرف جر أو يضيف إليه اسم سابق الجر بالحرف حروف الجر وأهم معانيها وأحوالها ناقص التعليق ومحل المجرور ناقص سيادة الجار سماعا وقياسا ناقص حففه سماعا وقياسا ناقص ملاحظة حروف الجر سبع عشر حرفا الباء من إلى عن على في الكف اللام رب حتى مذ منذ واو القسم تاء القسم خلا عدا حاشة وقد مر ذكر الثلاثة الأخيرة في مبحث استثناء وإليك أهم معاني الحروف الأربع عشر الباقية على ترتيب هجاءها الأحادية فصاعدا واحد ناقص ألباء رأسي معانيها الإلصاق حقيقي كان مثل أمسكت بيدك أو بمجازن مثل مررت بدارك ثم الاستعانة مثل أكتب الملعقة والسببية والتعليل مثل بظمك قطعت والتعديا مثل ذهبت بسحيك والعاود أو المقابلة مثل خذ الكتاب بالدسفر أو بدينار والبدل أي بلا مقابلة مثل ليت له بماله عافية والظرفية مثل مررت بدمشق بالليل والمصاحبة مثل اذهب بسلام والقسم مثل أقسمت بالله بالله لا أسافرن اثنان ثلاثة ما قصاء القسم وواوه تختفت بثلاثة رمات هي فالله ترب الكعبة تربي فهي أضيق حروف جري نطاقا أمل واو فتدخل على مقسم به ظاهر مثل والله وحياتك وحقكم إلى آخره أربع ناقص الكف ومعناه التشبيه مثل صرخ كأسد وتأتي قليلا بمعنى على مثل قولهم كن كما أنت وتأتي للتعليل كقوله تعالى واذكروه كما هداكم خمس ناقص أولام ومعناه الاختصاص مثل الحمد لله الكتاب لي السرجل الفرسي ومن معانيها التعليل مثل سافرت للاستجمام وانتهاء الغاية عدت لداري أخرت لأجل والصيرورة مثل لدول الموت وابنول الخراب والضرفية مثل كانت الموقعة لخمسة من رمضان سوموا لرؤيته مضى لسبيله تشفه لوقته أي بعد خمسة وبعد رؤيته ومضى في سبيله وتشفه في وقته والصغاة مثل يأل الأرمياء والتعجب مثل يا للروعة ست ناقص عن ومعناها أليس لمجاوزة والبعد مثل سرت عن بيروس راربا عنها وتأتي بمعنى بعد مثل عما قليل لا يصبحنا نادمين وللبدلية مثل أجب عني لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا سبع ناقص في ومعناه الظرفية حقيقة مثل أقمت في رمضان في دمشق ومجازية مثل ولكم في القصاص حياة وتأتي للتعليل مثل دخلت النار امرأة فيه رحب سبها تمامية تسع مذ ومنذ حين تكونان حرفي جرت في داني ابتداء الغاية إن كان الزمان ماضي مثل لم أكلمه منذ ثلاثة أيام وتكونان بمعنى في إن كان الزمان حاضرا مثل ما سمعت صوتك مذيومي هذا ولا تأتياني إلا بعد فعل ماضي منث مفيدتين زمنا ماضيا أو حاضرا عشرة ناقص من ومعناها العم ابتداء الغاية مثل سرت من الدار إلى المدرسة والربت من الضحي إلى ظهر ومن معانيها التضعيد مثل منكم النجاح أنفقوا مما تحبون والبيان لجنس ما قبلها مثل ما عندك من مال سأحضره والبدلية مثل لا يغنيك الجدل من الصدق شيئا والتعليل مثل من تقصيرك خاسرت أحد عشر ناقص إلى ومعناها انتهاء الغاية الزمانية أو المكانية سهرت إلى الفجر سرت إلى الرضوة وتأتي بمعنى مع كقولهم الزودي إلى الزودي إبل وبمعنى عند مثل القراءة أحبي إلى من الحديث إثنى عشر ناقص ربة ومعناها التكثير أو التقليل فالأول مثل رب رمي من غير رامة والثاني مثل رب غشي بربح والتمييز بالقرائن ولا تدخل إلا على نكرة موصوفة معنى كما رأيت إذ الأصل رب رمي صائبة رب رجل غش أو لفظا مثل رب رجل فاضل لقيته وقد تدخل على معرفة لفظا نكرة معنى مثل رب مؤذين أكلمناه إذ المعنى رب مؤذن لنا ومن ذلك دخولها على الضمير المسرد المذكر المميز بما يفسره مثل ربه فت قصدني فحمدني ربه فتبيني ربه فكيانا ربه فتيات ثلاثة عشر ناقص على ومعناها العم للسعلاء حقيقي مثل الكتاب على الرف أو المجازن مثل لك علي فضل وتأتي للتعليل أكرمني على نفعي له وبمعنى في ودخل المدينة علي حين غفلة من أهلها وبمعنى مع مثل أحبه على كثله وللاستدراك مثل خسرت الصفقة على أني غير يائس وهذه الاستدراكية شبيهة بحرف الجر الزائد لا تحتاج إلى متعلق أربعة عشر ناقص حتى تأتي لانتهاء الغاية مثل سهرت حتى الصباح سأمشي حتى الربو ومجهورها آخر جزء مما قبله أو متصل بآخر جزء وتأتي للتعليل مرادفة اللامة اجتهد حتى تفوز وتجهبه الأحرف الظاهر والمدمر من الأسماء إلا مذ ومنذ وحتى والكف وواو القسم وتاءه فلا تجر إلا الأسماء الظاهرة وقد علمت أن خلى وعدة وحرشة مشتركة بهم الفعلية والحرفية فتكون أفعالا ماضية جامدة فينصب ما بعدها وتكون أحرف جر فيجر ما بعدها فأعلم الآن أن خمسة من أحرف الجر مشتركة بهم الفمية والحرفية وهي الكف عن على مذ منذ وإليك البيان أما الكفيفة تكون ثمن إذا لا دفت مثل وخص ذلك بعضهم في الشعب ولا داعي للتخفيص وتتعين اسميتها إذا سبقت بحرف جري مثل قول رؤبة يبحثن عنك البرد المنهم يساوي أذائب أو إذا أثمد إليها مثل قول المتنبي وما قتل الأحرار كالعفو عنهم أو إذا عاد عليها ضمير كقوله تعالى أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفوخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأما عن فتكون ثمن إذا رادست جانب وذلك حين تسبق بحرف جر من أوي على كقول قطري ابن الفجاء من عن يميني مرة وأماني فلقد أراني للرماح دريئة وعلى حين تكون مرادف كلمة صوق ومسبوك بحرف جر كقولك خطبت من على الفرس وأما مذ ومنذ فهما ثماني إذا أتى بعضهم مثل مرفوع أو جملة فعلية ماضية مثل مقابلته مذ يوماني مذ كان في بيروت مذ أبوه سافرة باء ناقص التعليق ومحل المجرور أناقص يعدون عمل حرف الجري في الجملة إيصال معنى الفعل أو ما في معناه إلى المجرور لقصور الفعل عن الوصول إليه ففي قولك أكلت الطعام بالملعقة وصل معنى الفعل أكل إلى المفعول الطعام مباشرة ولذا نصبه ووصل أثر الفعل إلى الملعقة بوساطة الباء والتعليق ربط الجار والمجرور أو الظرف بأحد أربع أشياء على حسب المعنى واحد ناقص الفعل نفسه مثل مررت بأخيك اثنان ناقص شبه الفعل وهو المصدر والمشتقات مثل مروري بك يسرني أنا مار بك غدا أنت حفي بجارك إلى آخره ثلاث ناقص ما فيه معنى الفعل وهو أسماء الأفعال أثنى أربع ناقص ما يقول بشبه الفعل كقولك كلام الحقي علقم على المكترين في علقم إثم جامد علق به الجار والمجرور على المكترين لأنه بمعنى مر شديد وهما مشتقان يشبهان الفعل هذا ويجوز أن يحذف المتعلق إذا قام عليه في الكلام دليل كأن تجيب من فألك على من تعتمد بقولك على خليل فإن لم يقم عليه دليل وجب ذكره كقولك أن معتمد عليك فإذا كان المتعلق كون عاما مثل أخوك في الدار وجب حسو والمتعلق هنا محذوف يقدر بإحدى الكلمات الآتية أو بشبهها موجود كائن مستقر حاصل ولا يجوز ذكره لأنه مفهوم بالبداهة دون أن يذكر وأحراط الجر من حيث حاجتها إلى تعليق أصناف ثلاثة واحد ناقص حرف جر أصلي وهو ما توقف عليه المعنى واحتاج إلى متعلق مثل أكتب الملعقة اثنان ناقص حرف جر زائد وهو ما لا يتوقف عليه المعنى ولا يحتاج إلى متعلق وكل عمله التوكيد فإسقاطه لا ينقص من المعنى شيئا مثل لست بذاهب فذاهب خبر ليس منع من ظهور الفتحة على آخرها اشتغاله بحركة حرف أي جر الزائد ثلاثة ناقص حرف جر شبيه بالزائد وهو ما توقف عليه المعنى ولم يحتاج إلى متعلق مثل رب كتاب قرأت فلم أستفد رب رجل مغمور خير من مشهور فمعنى التكثير أو التقليل متوقف على ذكرة رب ولكنها مع مجهورها لا تحتاج إلى متعلق فمجهورها في الجملة الأولى في محل نصف مفعول به لقرأ وفي الجملة الثانية في محل رفع مبتلأ باء ناقص علمت أن المجهور بعد حرف جر زائد أو شبيه بالزائد محله الأعرابي في الكلام رفع أو نصف على حسب الجملة والعوامل لكن من أن حاهم يقدر المجهور بحرف أصلي محلا من الإعراب أيضا فيجعل مجرر خلا عدا حرشة في محل نصف على الاستثناء ومحل المجهور في قولنا يقبض على المجرم رفع نائبا فاعل وفي قولنا لا حسبك حسن الخلق رفعا خبر لا وفي أقاء في الدار في الليل نصبا على ظرفية المكانية والذمانية وفي باكيت من الشفقة نصبا مفعولا لأجله وهكذا جناق الزيادة الجار سماعا وقياسا الأحراب التي تزاد قياسا باضطراد اثنان واثنان آخران يزادان على طلة واحد ناقص من يشترك زيادتها الشرطاني الأول تنكير مجهورها والثاني أن تثبق بنفي أو نهي أو اتهل ويكون مجهورها إما فاعلا مثل ما جاء من أحد وإما مفعولا مثل هل رأيت من خلل وإما مبتدأ مثل هل من معطرق بينكم اثنان ناقص الباء تزاد اضطرادا في الخبر المنفى مثل لست بقارئ وما أنا بذهب وتزاد سماعا في فعل كفي مثل وكفى بالله شهيدا وتمع زيادتها في مفعول الأفعال الآتية كفى المعتدية إلى واحد مثل كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع علم جل سمع أحس ألقى مد أراد مثل أعلمت بالأمر أنت جاهل به سمع بالخبر أحسفت بالألم ألقيت بالورقة فليمضب بسبب إلى السماء ومن يرد فيه بإلحاد بظن نذقه من عذاب أليم وتزاد بعد ناهيك مثل ناهيك بعمر حاكما وبعد إذا الفجائية خرجت فإذا بفريد أمامي وبعد كيف كيف بكم إذا طولبتم بالدليل وتزاد قبل حسب بحسب كذينة ثلاثة ناقص اللام تسمى اللام المزيد قياسا بلام التقوية وتقع بين المشتق ومعموله تقوية له إذ أن المشتقي أضعف من الفعل في لعم المثل وما ربك بظلام للعبيد وتزاد على المفعول به إذا تقدم على فعله مثل للذين هم لربهم يرهبون المعني يرهبون ربهم فلما تقدم المفعول بعث أثر ألف علف قوي باللام أما إذا تأخر المفعول فلا تزاد إلا في ضرورة قبيحة أربع ناقص الكف منهم من ذكر زيادتها سماعا في خبر ليس كقوله تعالى ليس كمثله شيء بالناقص حف الجار قياسا وسماعا يقص حف الجار في المواضع الآتية واحد ناقص قبل حرف مصدري أن أن كي إذا أمني اللبس مثل عجبت أن غضب أخوك مع حلمه الأصل من أن شهدت أنك صادق الأصل بأنك صادق حضرت كي أستفيد الأصل حضرت لكي أستفيد والمصدر المؤول من الحرف المصدر وما بعده في محل جار إذا ذكر الجار عجبت من غضب أخيك شهدت بصدقك إلى آخره وفي محل نصب بنزع الخافض إذا حف الجار إثنان ناقص يجوز حف سواول قسم قبل نصب الجلالة الله لقد صدقت يساوي والله ثلاث ناقص قبل مميز كم الاستفهامية التي بعد حرف جر نسل بكم دينار بعتوا الكتاب يجعلون الأصل بكم من دينار أربع ناقص إذا تقدم كلام مجتمل على حرف جر نسل المحذوف كالسؤالك من أخضرك بثقته بسليم أسليم السيمان أو البعض إن شرطية كقولك ابدأ بمن شئت إن نجار وإن حداد الأصل إن بنجار وإن بحداد أو بعد هلّ يقول لك قائل عولت على كلام جاري فتقول هلّا كلام خبير أي هلّا عولت على كلام خبير أو لقبل جملة مماثلة لجملة فيها مثل الحرف المحذوف كقول الشاعر ومدمن القرى للأبواب أن يلجى أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته الأصل وبمدمن القرى أما حفث سماع فقط بأسعال كثورة تعديتها بحرف الجر وسمعت محذوفة الحرف ومنصوبة المجرور على نزع الخاسد مثل كفر أمر شكر استغفر اختار تقول كفر المعنط وكفر بها شكرت للمنعم وشكرت للمنعم أمرتك خيرا وأمرتك بخير استغفرت الله ذنبي واستغفرته من ذنبي اختار خالد إخوانه خمسة واختار من إخوانه خمسة خمسة ناقص تحذف رب بعد الواو أو الفاء أو البعدي بل قليلاً سيتقى عملها كقول مرئ القيس علي بأنواع الهموم ليبتالي وليل كموج البحر أرخي سدوله هجري ناقص ملاحظة ثاني واحد ناقص قد تزاد ما بين الجار والمجرور فلا تكفي الأول عن جر ثاني والأحرف التي زيدت ما بعدها هي الباء مثل فبما رحمة من الله لنت لهم ومن مثل من خطيئاتهم أغرقوا وعن مثل عما قليل لا يصبح من نادمين اثنان ناقص أما رب والكف فتزاد بعدهما ما فتكفيهما عن العمل وتزيل اختصاصهما بالأسماء وأغلب ما تدخل رب على الأفعال الماضية أو المتحققة في الوقوع كأنها وقعت فعلا مثل ربما نفع الصدق ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين اجلس كما يحلو لك وقل أن يجري الاسم بعضهما كقولك ربما رجل صادق ظن كاذبا الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب صاد ثمانية وثلاثون مقصومة على أربعة اثنان ناقص إن تبدو الصدقات فمعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خضر البقرة اثنان مقصومة على مئتان وواحد وسبعون ثلاث ناقص واختار موسى قومه سبعين رجلا لنيقاتنا الأعراف سبع مقصومة على مئة وخمسة وخمسون فقد تركت كذا مال وذا نشب أربع ناقص أمرتك الخير ففعل ما أمرت به عمرو ابني معد يكرب كما انتصد العصفور بلله القطر خمس ناقص وإني لتعروني لذاكرك هزة أبو صخر الحوذلي على أن قرب الدار خير من البعد ست ناقص بكل تداوينا فلم يشفى ما بنا إذا كان من تهواه ليس بذي ودي على أن قرب الدار ليس بناسع عبدي الله ابن الدمينة ولا نلومكم ألا تحبون سبع ناقص الله يعلم أن لا نحبكم الفضل بن العباس نعتبح بن أبي لهب عمي ولا أنت دياني فتخزوني تماني ناقص لاهي بن عمك لا أفضلت في حصب ذو الإصبع العدواني شنوا الإغارة فرسانا وراتبانا تسع ناقص فليت ليبهم قوما إذا راتبوا قريت بن أنيفي أقوينا من حجج ومن دهري عشرة ناقص لمن الديار بكنة الحجر زهير أحد عشر ناقص يا رب كاسية في الدنيا عرية يوم القيامة حبيث يا رب صائمه لن يصومه وقائمه لن يقومه أعرابي وليدا وكهلا حيث شبت وأمرد اثنى عشر ناقص وما زلت أبغى المال مذنى يافع الأعشى بين بصري وطعنة النجلاء ثلاثة عشر ناقص ربما ضربة بسيف فقيل عدي ابن رعلا الغساني كما الناس مجروم عليه وجارم أربعة عشر ناقص ومنصر مولانا ونعلم أنه عمرو بن براقة الهمداني لا يشتري كتانه وجهرمه خمسة عشر ناقص بل بلد للإيال فجاج قطمه الجهرم البساط رؤبة قد تمنى لي موتا لما يتع ستة عشر ناقص ربما أندجت غيظا قلبه سويد الياشقي با أشارت كليب بالأكف الأصابع سبعة عشر ناقص إذا قيل أي الناس شر قبيلة الفرزق ملكا أجار لمسلم ومعاهد تمانية عشر ناقص ومنكتما بين العراق ويترب ابن ميادة يورث المجد دائبا فأجاب تسعة عشر ناقص ربه فتية دعوت إلي ما يمينا ومهو النجم من عن شمالك عشرون ناقص وقلت اجعلي ضوء الفراطد كلها ولا حبيب رأسة فيجبر واحد وعشرون ناقص ما لمحب جلد أن يهجر كدت أقضي الحياة من جليره اثنان وعشرون ناقص أسم دار وقفت في طلله جلله يساوي من أجله جميل كبروا أناس في بجاب مذمل ثلاثة وعشرون ناقص كأما سبيرا في عرانين وبله آميروا القيس وهو على من صبه الله علقا أربعة وعشرون ناقص وأن لساني شهدة يشتفي بها كهي ولا تهني إلا حاضلة خمسة وعشرون ناقص فلا ترى بعلا ولا حلائلة حاضل أقول الحنظر رؤبة موسيقى موسيقى يزيد نحا على هذه السبع عشر ثلاثة أحرص وهي واحد ناقص متى في لغة ذيل ونقلوا عن بعضهم قوله أخرجه متى كمه ورووا لأبي ذؤيب ألوذ لي في وصفة حاب متى لجج خضر لهن نؤيج أي صوت شربنا بماء البحر ثم ترفعت لم ينقلوا غير هذين الشاهدين ومع أن ذلك لهج خاصة بهذيل فإن قلة المروي يجعل الجربي متى أثريا لا يعمل به اثنان ناقص لعل في لغة عقيل وليس لهم إلا شاهد واحد معروف القائل وهو قولك أبن سعد الغنوي لعل أبي المروار منك قريب فقلت ادعو أخرى وارفع الصوت جهرة وقد روي لعل أبي المروار وبهذه الرواية يبقى الجربي لعل دون شاهد مزيم ثلاثة ناقص كيف حين تاراد فلان وذلك في دخولها على ما فالاستفهام يخص إذا سألوا عن علة شيء بقولهم كيمله وبذلك تدرك أن حشر هذه الأحرف في عباد حروف الجر إثقال على طالب لا طائل تحته آل عمران ثلاثة مقصومة على تسعة وأربعون وهاء فيه تعود على كف تهيئة مجرور رب مفعول به إن كان بعضها فعل متعد لم يستوفي مفعوله وكان هو مفعولها في المعنى وفي غير هذه الحال يكون مبتدأ وجعلوا من زيادتها قول الراجز يصف خيلة لوحكوا الأقراب فيها كالمقط الأقراب الخواصر المقط الطول وظاهر أن زيادة ضرورية شعرية الجر بالإضافة الإضافة ونوعها ناقص أحكام ثلاثة ناقص ملاحظة الف همزة على العصى ناقص الإضافة نسبة بين اسمين ليتعرف أولهما بالثاني إن كان الثاني معرفة أو ليتخصص به إن كان نكر مثل أحضر كتاب سعيد وقلم حبر في كتاب نكرت تعرفت حين أضيفت إلى سعيد المعرفة وقلم نكرت تخصصت بإضافتها إلى حبر النكر أيضا ويحدث من اسم المراد إضافته التنوين إن كان مفردا ومقام مقامه إن كان مثنى أو جمع مذكر لمن وهو النون تقول حضار مهندس الدار وبناؤها والإضافة نوعان معنوية ولفظية وإليك بيانهما الإضافة المعنوية أو المحظة هي التي يكتسب فيها المضاف من المضاف إليه التعريس أو التخصيص كما تقدم وهذا هو الغرض الحقيقي من الإضافة وتكون الإضافة المعنوية على معنى أحد أحرص الجر الثلاثة واحد ناقص ألاني المفيدة للملك أو الاختصاص كقولك داري يساوي دار لي رأي خالد يساوي رأيي لخالد وهذا أكثر ما يقع في الإضافة اثنان ناقص من البيانية وبالك حين يكون المضاف إليه جنسا للمضاف كقولك هذه عصة غيوزران يساوي هذه عصة من غيوزران وضابطها أن يصح الإخبار بالمضاف إليه عن مضاف تقول مثلا هذه العصة غيوزران ثلاث ناقص في الظرفية وذلك حين يكون المضاف إليه ضرفا في المعنى للمضاف مثلا أتعبني سهر الليل وحراسة الحقول يساوي سهر في الليل وحراسة في الحقول هذا ومتى أطيقة الإضافة أريد بهان إضافة المعنوية هذه الإضافة اللفظية هذه إضافة ليست على معنى حرف من حروف الجر وإنما هي نوعي من التخفيف اللفظي فحسب وتكون بإضافة مشتق اسم فعل أو مبالغته أو اسم مسعول أو صفة مشبهة إلى معموله مثل حضار مكرام الفقير وشربوا العسال ناقص مربي رجل معصوب الرأس صاحب مرء حسن الخلق وأصل هذه الإضافة مكرام الفقير وشراب عسلا ناقص معصوب الرأس منه حسنا خلقه وبالإضافة يحذف التنوين وما يقوم مقامه فيخف اللفظ وعلم أن ما منعي في الإضافة المعنوية وهو تحل المضاف بـ ألي جائز هنا في الإضافة اللفظية بشرط أن يكون المضاف إليه محليا بها أو مضافا إلى محلي بها أو ضميرا يعود على محلي بها أو يكون المضاف مثنا أو جمع مذكر سالما مثل هذا أخوك الحسن الخلق الكريم أصل الأب الفضل أنت الجميع أطرافه ما يرت بالمكرمي خالد وبزائري أبيك باء ناقص أحكام ثلاثة واحد ناقص كثيرا ما يحذفون المضاف ويقيمون المضاف إليه مقامه في الجملة عند ظهور المعنى وعدم للثباث كقولك قرر المجلس البيع استفتي حيك والأصل قرر أهل المجلس استفت سكان حيك وكذلك قد يحذفون المضاف من جملة إذا سبق له ذكر في جملة مماثلة قولهم ما كل بيضاء شحنة ولا سعوداء تمرة والأصل ولا كلس وذاء وكقولك ليست أسليم رأي الموافقين ولا المخالفين والأصل ولا رأى المخالفين اثنان ناقص قد يكون في الكلام إضافتان المضاف إليه فيه مواحد فيحذفونه من الإضافة الأولى اكتفاء بوجوده في الثانية فهذه الجملة حضارة مدير المدرسة ومعلموها يختصرونها على الشكل الآتي حضارة مدير ومعلم المدرسة والفصيح الأول وإنما يضطر إلى الثاني الشاعر أحيانا ثلاث ناقص قد يكتسب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيف فيعامل معاملة المضاف إليه مثل محبة الوالد نفعك وحب الديار منعتك المغامرة في محبة مؤنثة لفظا لكنها عملت معاملة المذكر لأن المضاف إليه كذلك وحب مذكر لفظا عمل معاملة المؤنث لأن المضاف إليه الديار مؤنثة هذا وشرط اكتساب المضاف من المضاف إليه التذكير أو التأنيف أن يبقي الكلام صحيحا إذا قام المضاف إليه مقام المضاف تقول في المثال الأول الوالد نفعك وفي الثاني الديار منعتك المغامرة فإذا لم يصح المعامل على ذلك لم يكتسب المضاف من المضاف إليه تذكيرا ولا تأنيفا فقولك صحيف خالد مزيقة لا يصح فيه إقامة المضاف إليه مقام المضاف فلا تقول خالد مزقة لا فساد المعنى وإذن لا نقول صحيف خالد مزيقة والأولى مراعى لفظ المضاف دائما إلا في كلمة كل فلأصح تأنيف العائد عليها إذا كان المضاف إليه مؤنثا مع أن لفظها مذكر مثل كل نفس بما كسبت رهينة ملاحظة من الأسماء الملازمة للإضافة كلا وكلتا وكلتا فإن أضيفة إلى الضمير وعجبتا إعراب المثنى خذال كتاب ينكليهما وقرأ مقدمتيهما كلتيهما وإن أضيفة إلى اسم ظاهر وعجبتا إعراب الاسم المقصور فقدرت عليهما جميع حركات الأعراب ولا يدعى صامحين إذن إلا إلى معرفة دل على سنين إما نصمث كلا الرجلين سافر مررت بكلا البلدين وإما بالاشتراك كضمير متكلم مع غيره فهو مشترك غير المثنى والجمع كلانا مواسق وعلم أن الأفصح إعادة الضمير عليهم أو وصهما أو الإخبار عنهما بالمفرد مراعاه لضفهما كما رأيت في الأمثلة المتقدمة ودون ذلك مراعاه معناهما فنقول كلاما مواسقاني وأما كل فالأفصح إذا أضيفت إلى معرفة مراعى لفظها مثل قوله تعالى وكلهم أتيها يوم القيامة فردا وإذا أضيفت إلى نكرة أو نونت بعد حذفاء المضاف إليه فالأفصح مراعاه معناها مثل كل حزب بما لديهم سرحون كل إلينا راجعون الشواهد 1- يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير ألي الله الواحد القهار واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون يوسف 12- مقصومة على 39 82 اثنان ناقص وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولا نعمل لكم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من مصير ساطر 3- مقصومة على 37 3- كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا الكاف 18- مقصومة على 33 4- ولا تفسد في الأرض بعد إفلاحها ودعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين الأعراف 7- مقصومة على 56 سهودا إذا ما نام ليل الهوجلي خمس ناقص فأتت به حوش الفؤاد مبطنا مبطن ضامر البتن الهوجل الثقيل الكثلاني أبو كاذير الهوذلي ولكن حب من سكن أدير 6- وما حب الديار شغفنا قلبي المجنون فتركنا كل قرارة كالدرهمي 7- جادت عليه كل عين سرة عنترة لاقي مباعدة منكم وحرمانا 8- يا ربا غابتنا لو جاء يطلبكم جرير طوين طولي وطوين عربي 9- طول الليالي أسرعات في نقبي الأغلب العجلي ونار توقد بالليل نار 10- كل امرئ تحسبين امرئ 8- أبو ذبيب الابادي 9- باء 9- وللصيوف كمال الناس آجال 11- القاتل السيف في جسم القتيل به 10- المتنبي 10- مني وإن لم أرجو ممكن ولا 12- الودو أنت المستحقة صفه 10- بين غراعي وجبهة الأسد 13- يا منرأل عارضا أثر به 11- الأسد برج في السماء من منازل القمر 11- أبو ذبيب الطائل 12- إلى الوشا وإن كانو ذوي رحم 14- ليس الأخ اللاء بالمصغى مسامعهم بمثل أو أنفع من وضل أبي 15- علقت آمالي ناقص فعمت النعم ناقص في النائبات وإلمان الملمات 16- إلى أخي وخليلي واجدي عبداً أي وأي كفارس الأحزاب ناقص 17- فلإن لقيت كفاريين لا تعلم ناقص فعمت النعم ناقص 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 يطرد ذلك إلا في مسألتين لا يتعرف فيهم المضاف بإضافته إلى المعرفة ولكن بتخصص الأولى إذا كان المضاف شديد الإبهام فلا يتعين بإضافته إلى معرفة كتالما غير مثل 17- شاب نظير خدن إلى آخره تقول جاءني رجل مثلك 18- أحضر ثوباً غير هذا فقد بقيت كل من مثل وغير نكرتين على رغم إضافتهما إلى معرفة بدليل أن وصفنا بهما نكرة 19- الثانية أن يكون المضاف في موضع مستحق للنكرة كالحال والتمييز 19- لا الناسية للجنس ونجرور 20- تقول أكلت وحدي كم ناقى وفصيلها في المرج 20- لا أبى لك ولا جناحي لخالد في القتال 21- واللمي في المثالين الأخيرين مقحمة بين المضاف والمضاف إليه وهذه الأصماء المضافة إلى معرفة 21- ناكراد في المعنى لأن معاني هذه الجمل أكلت منسدداً 22- كم ناقى وفصيلاً لها في المرج 22- لا أبلك لا جناحي لخالد في القتال 23- معصود الرأس وحسن الخلق لم تكتسبا تعريفاً 23- بدليل أنهما وقعتا صفتين لنكرتين والمعرفة لا يوصف بها النكرة 24- وتقول رب زائرنا خرج مسروراً 25- في زائرنا اسم فعل أضيف إلى مفعوله فلم يكتسب تعريفاً وبقي نكرة 26- ولولا ذلك كما جاز أن يجري رب التي لا تجر إلا النكرات 26- مريم 19- مقصومة على 95 27- المؤمنين 23- مقصومة على 53 28- الأنبياء 21- مقصومة على 93 29- هذا وقد مر بك في مبحث المفعول المطلق طائفة من المصابر الملازمة للإضافة سماع النثل 29- سبحان الله معاذ الله حنانيك إلى آخره وعرفت في بحث المفعول فيه أن بعض الظروف تضاف إلى الجمل مثل حيث 30- إذا إذ فحمل هذه الجمل الجر بهذه الإضافة 31- وهناك كلمة حسب بمعنى كاف ستقع مبتدأ حسبك لقيمات وخبراً 32- الله حسبي وقف بعد نكرى قرأت كتاباً حسبك من كتاب وحالاً بعد معرفة هذا رفيقي حسبك من رجل 33- التوابع 34- إذا تبعت التالي مهما قبلها في الإعراب لعلاقة معنوية بينهما سمي التابعاً فترفع أو تنصد أو تجر أو تجزم تبعاً لمتبوعها 35- التوابع 5- التوكيد والنعث والعطف والوذل وعطف البيان 36- وإليك بيان كل منها 37- التوكيد تابع يؤتي به تقبيط لمتبوعه ولرفع احتمال أسوأوي المجاز في الكلام 38- ويكون بيتكرار اللفظ نفسه سواء أكان اسماً أم فعلاً أم حرفاً أم شبه جملة أم جملة 39- مثل زاران الأمير الأمير 40- سافر سافر الحج 40- نعم قبلت 41- بقلمك بقلمك كتب أخوك رسالته 41- لقد تم الصلح لقد تم الصلح 42- وهذا التوكيد أحد أسليب العرضية في تقوية الكلام وأثره في نفس السمع وهو هنا قسماني 42- توكيد لفظي يكون بتكرار اللفظ كالأمثلة السابقة أو بذك مرادسه بعده مثل 43- ذهب الغادر أخوك 44- أما التوكيد المعنوي فيكون بسبع أسماء يضاف كل منهما إلى ضمير المؤكد وهي 44- نفس 45- عين 46- جميع 47- عم 47- كل 48- كلتا 48- مثل 48- قابلت الحاكم نفسه 49- وقرأت خط الأستاذ عينه 49- وزرت أصحابي جميعهم 50- خطبت زواري عامة 50- أخذوا حقهم كله 50- قبل الخصمان كلاهما 51- وسمعت الخطبتين كلتيهما 52- والغرض من التوكيد بألفاظ شمول كل 53- جميع 54- عامة 54- دفع توهم الثانع احتمال تخلف بعض المذكورين 55- كما أن الغرض من التوكيد بالنفس والعين 55- ألا يتوهم الثانع احتمال مجيء نائب الحاكم مثلا أو الكاتبه 55- وإليك بعض الملاحظات 56- واحد ناقص التوكيد خاص بالمعارف كالأمثلة المتقدمة 56- أما النكر فلا يفيد توكيدها إلا إذا كانت محددة 57- وكانت توكيد من ألفاظ شمول مثل 58- غبت شهرا كله 58- اثنان ناقص 59- ما يؤكد ضمير الرفع المستفر ولا المتصل بالنفس والعين 59- إلا بعد توكيدهما بضمير الرفع منفصل 60- أخوك سافر هو نفسه 60- قبلتم أنتم أعينكم 61- أما ضمير النصب وضمير الجرف يجوز توكيدهما 61- وإن لم يؤكد بضمير منفصل 61- أكرمتك عينك أو أكرمتك أنت عينك 62- ومررت به نفسه أو مررت به هو نفسه 62- يؤكد بضمير الرفع المنفصل جميع الضمائر 63- سواء أكانت ضمائر رفع أم ضمائر نصب أم ضمائر جر 64- سافرت أنت نفسك 64- أسمعتك أنت عينك 65- ومررت به هو نفسه 65- ويكون الضمير المؤكد في موضع رفع أو نصب أو جر 65- تبعا للضمير المؤكد 66- ثلاثة ناقص يقوى التوكيد بتوكيد آخر وهو لفر 67- أجمع 67- مطابقا للمؤكد سنقول 68- تلوت الخطاب كله أجمع 68- ونقلت صحيفة كلها جمعاء 69- وهنأت الفائزين كلهم أجمعين والفائزات كلهن جمع 69- أما في التثمية فيكتفي بكلهما والتلتها سقط 69- ويمكن أن يؤكد بأجمع ومؤنثها وجمعها مباشرة بدون كل 70- فنقول عجبتني الخطب جمع والخطباء أجمعون 71- أربع ناقص يستحصنون في المثنى جمع التوكيد 72- مثل حضر المدعوان أنفسهما 72- وذلك لألا تطوالى تثنيتان في كلمة واحدة 73- حضر المدعوان نفسهما والأعرب تستفقل ذلك 74- وفي القرآن الكريم 74- إن تتوب إلي الله فقد صفت قلوبكما والمعنى قلباكما 75- خمس ناقص قد تزاد الباء في كلمتي نفسي وعينة 76- حين يؤكد بهما سيقال 77- قابلني الأمير نفسه وقابلني الأمير بنفسه 77- فتجران لفظا وتكونان في محل رفع أو نصب صدعا للمؤكد 77- الشواهد 77- ألف همزة على العصة 78- واحد ناقص 78- أيعدكم أنكم إذا مدتم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخراجون 79- هيهة هيهة لما تعدون 79- المؤمنون 83- مقصومة على 35 ناقص 36 82- فمهل الكافرين أمهلهم ويدا 80- 86 مقصومة على 17 3- وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة 80- البقرة 82- مقصومة على 35 84- فسجد الملائكة كلهم أجمعون 81- إلا إبليسة 82- الحجر 85- مقصومة على 30 85- قال فبعزتك لا أهوينهم أجمعين 88- مقصومة على 82 82- إلى الشر دعاء وللشر جالد 6- فإياك إياك المراء فإنه 82- الفضل بن عبد الرحمن القرشي 83- أخذت علي مواثقا وعهودة 84- سبع ناقص لا لا أبوح بحب بثنا إنها 84- جميع 85- جميعهم وهم دان 85- ثمانية ناقص فداك حيو خاولان 85- أعرابية ترقص ولدها 86- تسعة ناقص ما صام رسول الله شهرا كله إلا رمضان 86- السيدة عائشة 86- با 87- أعناقها مشددات لقرن حتى تراها وكأن وكاء 87- الأغلب العجلي يصف إبلا يدايا من أجاره قديمة 87- أحد عشر ناقص إن إن الكريم يحلوم مالا 88- يا ليتعد حول كله رجب 89- إثنى عشر ناقص لكنه شاقه أن قيل ذا رجب 89- عبدي الله بني مسلم الهوذلي 89- ولا لما بهم أبدا زواء 89- ثلاثة عشر ناقص فلا والله لا يلفي لما بي 89- مسلمني معبد الوالبي 89- أشكرا لحظaka 90- أجمع con900 تركب تركب هكذا يستشهد به النحاة وصحته يا لي تعد حول كله رجب لكنه ساقه أن قيل ذا رجب ورجب خبر كانت المقدرة يرونه شاهدا لتكرار حرف الجر اللان وصحته وشأنهم من البلوى دواء فلا والله لا يلفي لما ب الناط تابع يذكر بعد معرفة لتوضيحها أو بعد نكرى لتخفيصها مثل حضار خالد شاعر مررت بنجار ماهر وبالنعط يحصل التمييز بين المشتركين في رسم الحقيقي والسبب إذا تعلق النعط بمتبوعه مباشرة فهو نعط حقيقي كالمثالين السابقين وحينئذ يطابقه في الإعراب وفي التذكير والتأنيث وفي التعريف والتنكير وفي الإفراد والتصني والجمع مثل رأيت الرفقين الناجحين وهؤلاء رفقاء ناجحون وتلك طالب مجتهدة ترافقها جارتان ذكيتان وأولئك خياطات ماهرات أما إذا تعلق النعط بما يرتبط بالمنعوت مثل هذا رجل حسنة أخلاقه فيكب نعة سببي لأن الحسن ليس صفا للمتبوع وهو الرجل وإنما صفا لما يرتبط به وهو الأخلاق وهو يتبع ما قبله في الإعراب وفي التعريف والتنكير فقط أما في التذكير والتأنيت فيناعي ما بعده ويبقى مفردا دائما مثل مررت بنجار حسنة معاملته وبشعراء رنانات قصائدهم وبمعلمتين حسن ديانهما ونلاحظ أن في النعط الحقيقي ضميرا مستثيرا يعود على المنعوت أما النعط السببي فالأبد من ضمير ظاهر في معموله يعود على المنعوت فالضمير في قصائدهم مثلا يعود على المنعوت وهو شعراء ويجوز أن ينعط جمع غير العاقل بمفرد مؤنث مثل زارني بعض أيام معدودة أو أيام معدودات ليس حول دمشق جبال شاهقة أو الجبال شاهقات شروط النعط يكون النعط اسما أو جملة أو شبه جملة ألف هرمزة على العصى ناقص فأما ألف فيجب أن يكون مشتق كاسم الفاعل واسم المفعول واصفة المشبهة واسم التفديل فإن كان اسما جاندا فلابد أن يكون مؤولا بمشتق وحينئذ يكون أحد عشرة أشياء واحد ناقص المصدر قد يصف بالمصدر عند إرادة المبالغة فنقول سفر هذا رجل عادل وأنت شاهد ثقة وهو أبلغ من قولنا هذا الرجل عادل لأننا نبدأ أن العدل المطلق هو هذا الرجل ويلازم المصدر حال واحدة في التذكير والتأميس والإفراد والتفنية والجمع فنقول رجل عدل ورجلان عدل ورجال عدل ونساء عدل اثنان ناقص اسم الإشارة مثل سل أصدقائك هؤلاء في هؤلاء في محل نصب صفلي أصدقائك لأنها بمعنى سل أصدقائك المشارى إليهم ثلاث ناقص الاسم الموصول المحلي بألي صاحب الرفاق الذين يتسق بأمانتهم في الذين مبنى في محل نصب صفلي الرفاق التأويل الرفاق الموثوق بأمانتهم أربع ناقص ذو وذات بمعنى صاحبة وصاحبة مررت برجال ذوي فضل ونساء ذواتي وقار وهذا رجل ذو مرؤ وتلك فتاة ذات حشمة خمس ناقص الأعداد مثل قرأت صحفا أربعا وعندي كتب ثلاثون التأويل صحفا معدود أربعا وكتب معدودة ثلاثين ست ناقص ما دل على تشبيه مثل بلينا بسياسيين فعالب ليس فيهم رجل أسد فعالب صفلي سياسيين لأنها مؤولة بمشبهين فعالب وأسد صفى لرجل لأنه مؤول بمشتق مشبه أسدا وكأننا قلنا بسياسيين ماترين ورجل شجاع سبع ناقص الاسم المنسوب مثل هذا تاجر بيروتي يبايع زميلا حمسي وذلك لأن الاسم المنسوب مؤول بمشتق كأننا قلنا تاجر منسوب إلى بيروت وزميلا منسوبا إلى حمسة تمانية ناقص كلمة كل التي يراد بها الكمال مثل أخوك بطل كل البطل يساوي بطل كامل في البطولة تسع ناقص كلمة أي التي يراد بها الكمال مثل أنت شهم أي شهم يساوي شهم كامل في الشهام عشرة ناقص كلمة ما الدل على التنكير والإبهام مثل تسل بقراءة كتاب ما في ما هنا نكر بمعنى مطلق غير محدد وقد يراد بها مع التنكير التهوي الكلمة لأمر ما جدع قطير أمسه أي لأمر عظيم أهم وهي في كل ذلك مؤولة بمشتق صفال ما قبلها باء ناقص وأما الجملة ستوصف بها النكرات وما في معناها مثل رأيت رجلا ضحكته عالية وإلى جانبه أقصد يلعبون ولأبد في الجملة الواقعة هناك أن تكون خبرية ذات ضمير يربطها بالمنعوت كما رأيت سواء في ذلك الجملة الفعلية والجملة الإثنية يراد بما في معنى النكرات المعرف بألي الجنسية لأنه لا يدل على معين فلفه معرفة ومعناه نكر مثل لا ينفع العالم ويكتم علمه فجملة يكتم علمه يصحي إعرابها مع تنري العالم مراعى لمعناها المكرة وحالا مراعى للفها المعرفة جناقص وأما شبه الجملة فكل ظرف أو جار ومجرور ينعت بهما النكرات مثل هذا ثارث على فرسه وتلك منضبة وراء اللوح في على فرسه شبه جملة في محل رفع صفة لفارس أو المتعلقة بكائن محذوف صفة لفارس وكذلك وراء ظرف في محل رفع صفة لمنضبة أو ظرف متعلق بكائن محذوف صفة لمنضبة هذا وإذا وصف المنعوت باسم وجملة وشبه جملة فالغالب تأخير الجملة عن غيرها مثل زارني رجل كريم على فرسه قامته طويلة يخفى ملانحه فالنعة المقطوع قد يحمل الإجاز العربي على أن يؤدي بجنة واحدة معنى جنتين فيقطع المعطي عن جنته ويرفعه على أنه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا أو ينصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف وجوبا فالجملة مررت بخالد الشجاع إذا أراد منها إخبارك بمروره بخالد وبأنه يندح شجاعته قطع المعطي فقال مررت بخالد الشجاع ففي الرفع تكون الجملة الثانية هو الشجاع وفي النصب تكون أندح الشجاع وأكثر ما يكون القطع في مقام المدح الذنب أو الترحم مثل أعجبت بأخيك الخطيب ناقص أعرضت عن فؤاد الخائن ناقص لتعنى بسليم المنكوب والأفعال المقدرة في حالة النصب أندح أذم أرحم أعني على حسب المقام ولا يلجأ إلى القطع إن كان المنعوت لا يعرف إلا بذكر الصفة كلها كقولك مررت بخليل الحداد النجار البنائي حتى لا يتبس بخليل آخر ليس له كل هذه الصفة معه ومتى تكررت أنعوت فإن كانت لأحد الآرد المتقدمة حسن إتباعها كلها أو قطعها كلها وإن لم تكن لشيء من ذلك فالإتباع أحسن ملاحظة قد تحذف الصفة لثا إن كانت معلومة بالقرينة كقولك أخوك هذا رجل تريد رجل عظيم فريد رياضي ذو ساعد تريد ذو ساعد قوي مفتول ربي رمية من غير رامة يعني رب رمية صائبة وأكثر من ذلك حث الموصوف إذا كان معلوما وقيان الصفة مقامه مثل هذان شاعراني أي رجلان شاعراني ومررت بمجتهدين في عملهما أي برجلين مجتهدين وشرط ذلك فح حلول الصفة محل الموصوف فإذا كانت الصفة جملة أو شبه جملة لم يصح ذلك لأن حرف جر البائي مثلا لا يتسلط عليهما إلا إذا كان المنعوت فاعلا أو مفعولا أو مبتدأ أو مجهورا أو كان بعضا من مجهور دي من أو تفي ومثلوا لذلك بقولهم نحن فريقان منا بعن ومنا أقامة أي منا فريق بعن ومنا فريق أقامة الشواهد واحد ناقص وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتوم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله غاسر أربعون مقصومة على تمانية وعشرون اثنان ناقص فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أبلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لون تلائم المائدة خمسة مقصومة على أربعة وخمسون ثلاثة ناقص أعمل سابغات وقدر في سرب وعملوا صالحا أني بما تعملون بصير سابغات وسعات السرب نسج الدروع سبق أربعة وثلاثون مقصومة على أحد عشر فمضيت ثم تقلت لا يعنيني أربع ناقص ولقد أمروا على اللئين يسبني شمر الحنفي بفضلها في حسب نوميسم خمسة ناقص لو قلت ما في قومها لم تثني الأصل أحد بفضلها حكيم الربوعي مهفها فلها فرع وجيد ست ناقص ورباء أسيلة الخدين بكر المرقش الأكبر سبع ناقص لأمر ما جدع قصير أنفه متى أضع العنام التعرفوني ثمانية ناقص أنا ابن جلى وطلاع الثناية من الرقش في أنيابها السم ناطع تسع ناقص ثبت كأني ثاورتني ضئيلة النابغة فلم أعطي شيئا ولم أمع عشرة ناقص وقد كنت في الحرب ذات دائي العباس بن مرباس ثم العودة وآفة الجزر أحد عشرة ناقصة يبعدا قوم الذين هم والطيبين معاقد الأزر النازلون بكل معترك أوي النازلين خرنق بنت بد موسيقى 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 ناقص 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 ناق قرأت صفحتين اثنتين ليذكر القارئ الصيوي التي يستوي فيها المذكر والمؤنث وقد مرت في صاب 136 وليذكر أيضا الحالات التي يطابق فيها اسم التفضيل ما قبله والحال التي يلازم فيها الإفراد والتذكير والتنكير وقد مر ذلك في صاب 209 فاسم التفضيل النكر إذا وصف به لازم الإفراد والتذكير والتنكير تقول هؤلاء طلاب أسرع عدوا وهذا مطالبتان أنجحوا مرشحات انظر بحث حث في المبتدأ والخبر في بحث المبتدأ والخبر ثلاث ناقص العطف ويقال له عطف النسق أن يتوسط بين التابع والمتبوع أحد أحرف العطف يسرى إلى التابع إعراب المتبوع رفعا أو نصبا أو جل أو جزما مثل قرأ الطلاب فالطالبات ثم الأطفال جارنا لا يقرأ ولا يكتبوا أود أن تقرأ وتكتب مررت بالحبادي فالنجاري أحرف العطف تسعة ستة منها تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب مع وهي الو و و الفاء و ثم و حتى و أو و أم والثلاثة الباقية تعطى المعطوف حركة المعطوف عليه دون المشاركة في الحكم وهي بل و لا و لكن وإليك أحوالها بالتفصيل واحد ناقص ألوو تفيد المشاركة بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم والإعراب مثل سافر أحمد وسليم ولا تدل على ترتيب بينهما ولا تعقيب إذ يمكن أن يكون أحمد سافر قبل أو بسرين سافر قبل كما يمكن أن يكون سافر معه ولا يجوز أن يعطف بغير ألوو بعدما لا يكون إلا من متعدد كأفعال المشاركة اختصم بكر وزيد جلست بين أخي وأبي اثنان ناقص ألصاء كالواوي تماما إلا أنها تفيد الترتيب مع التعقيب فقولنا سافر أحمد فسليم نص على أن المسافر الأول أحمد وسرين سافر عقبه بلا مهل بينهما وكثيرا ما تتضمن مع الترتيب معنى السببية في عقص الجمل مثل اجتهدت فناجحت ثلاثة ناقص ثم تفيد الترتيب مع التراخي فالجملة سافر أحمد ثم سليم تدل على أن سليما سافر بعد أحمد بمهلهم تراخية أربع ناقص حتى تفيد الغاية مثل غادر المحتفلون الساحة حتى سوديانو نفد صدر النس حتى حلماؤهم أثلت السمكة حتى رأسها وللعبس بها شروط ثلاثة واحد ناقص أن يكون المعطوف اسما ظاهرا غير الضمير اثنان ناقص أن يكون جزءا من المعطوف عليه أو كالجزء منه ثلاثة ناقص أن يكون غاية لما قبله في الرفع أو الضع خمس ناقص أو لأحد الشيئين مثل يحسن أن تشغل نفسك بالطراءة أو الرياضة أشتر تفاحا أو خوخا فإن تقدمهما طلب كانت للتخيير أو الإباحة سافر أو لأقم جادس العلماء أو الصلحاء والفرق بينهما أن التخيير يكون فيما لا يجمع بينهما والإباحة تكون فيما يمكن الجمع بينهما وإن تقدمها خبر كانت لأحد المعاني الآتية للشك مثل هم ستة أو سبعة للإبهام مثل أنا وأنت مخطئ المتكلم يعرف أن المخاطب مخطئ لكنه أو لذا ذلك في صغة مبهمة تطيسا وتأذبا للإدراب مثل استدعي خالدا أو اجلفس لا يعنيني أمره بمعنى بل للتقسيم مثل الكارمة اسم أو فعل أو حرف للتفصيل مثل وقالوا كنوه دم أو نصر تهتدوا المعنى قالت اليهود كنوه دم تهتدوا وقالت المصر كونوا نصر تهتدوا وقولنا لأحد الشيئين بجمع ذلك كله تنبيه تؤدي إما معنى أو فتقول مثلا جالس إما العلماء وإما فلحاء هم إما ستة وإما سبعة وليست حرف عطف ستة ناقص أم متصلة أو منقطعة فالمتصلة مثل أنت ناجح أم أخوك سواء علينا أو عرق أم لم تكن من الواعظين ويصدقها هو ماذا استفهام أو همزة تسوية كما رأيت ويشترك ما قبلها وما بعدها في الحكم وفي حركة الإعراب ولا يستغنى بأحدهما عن الآخر والمنقطعة معناها الإضراب مثل بل فتقطع الكلام الأول لتستأمف كلاما جديدا هل لا زرت أصدقاء كن ناجحين أم أنت معتزل يرساوي بل أنت معتزل فإذا كان ما بعدها مستنكرا أضافت إلى معنى الإضراب معنى الاستفهام الإنكاري مثل أم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون يعني بل أهم خلق السموات والأرض سبع ناقص بل للإضراب عن ما تقدمها والاهتمام بما بعدها وشرط العقف بها أن يكون المعطوف مفردا لا جملة مثل ما سافر جيرانك بل خادمهم فإن وقعت بعد نفي أو نهي أفادت تثبيت نفي أو نهي لما قبلها وثبوط ضده لما بعدها ففي الجملة السابقة نفينا سفر الجيران وأثبتنا السفر ما بعد بل وهو خادمهم فكان معناها الاستدراك بمنزلة لكن وإن وقعت بعد جملة خبرية أو أمرية وأفادت سلب الحكم عما قبلها وإثباته لما بعدها مثل ليشهد سليم بل معاذ فقد ألغينا أمرنا لسليم وجعلناه لمعاذ فإذا أتى بعد بل جملة أفحت حرف اتداء ولم تعد حرف عطف فإن أريد إبطال الحكم الذي قبلها كانت للإضراب الإبطالي مثل أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وإن لم يرد إبطاله كانت للإضراب الانتقالي مثل فأنزل عليه الذكر من بينما بل هم في شك من ذكر بل لما يذوق عذابي تماني ناقص لكن بالاستدراك وشرط العطف بها أن تثبق بنسل أو ناهي وأن لا تقترن بالواوي وأن يكون المعطوف غير جملة مثل لم يسافر الطلاب لكن وكيلهم لا يقرأ أن بعيف لكن محسن وتفيد إثبات النفي أو النهى لما قبلها وجعل ضده لما بعدها شأنها في ذلك شأن بل فإذا نقص شرط من الشروط الثلاثة المذكورة لم تكن حينئذ عاطفة الحرف ابتداء كأن يأتي بعدها جملة لا مفرد مثل ما قصر لكن مرض وكأن تقترن بالواوي مثل وافق الطلاب ولكن أخوك أي ولكن أخوك لم يوافق وكأن لا يكون قبلها نفي أو نهي مثل فافروا لكن الرئيس أقام تسع ناقص لا للنفي والعطف مثل نجح محمود لا سليم أبروه الثاء قتل كتبك وشرط العطف بها أن يتقدمها خبر مثبت أو بأمر وتفيد إثبات الحكم لما قبلها ونفيه عما بعدها ملاحظة يجوز عطف الضمير على لسم الظاهر والعكس غير أنه لا يحسين العطف على ضمير الرفع المتصل أو المستفر إلا بعد توكيدهما بضمير منفصل مثل اذهب أنت ورفيقك ذهبت أنا ورفيقي أما اذهب ورفيقك وذهبت ورفيقي فغير حسن فإن فصل بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل ما مثل ما ذهبت ولا خالد حسن الشواهد ألف همزة على العطف واحد ناقص جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم الرعد ثلاثة عشر مقصومة على ثلاثة وعشرون اثنان ناقص وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتيكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم هأسى يحفكم تدخلوا ويخرج أضغانكم محمد سبعة وأربعون مقصومة على ستة وثلاثون ناقص سبعة وثلاثون ثلاثة ناقص ثلاثة ناقص واتقوا الله الذي تسائلون به والأرحمة إن الله كان عليكم رقيبا النساء أربع مقصومة على واحد أربع ناقص سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباؤنا ولا حرمنا من شيء الأنعام ستة مقصومة على مئة وتمانية وأربعون ستة ناقص ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما الأحزاب ثلاثة وثلاثون مقصومة على أربعون سبعة ناقص والعاديات ضطحا فالموريات قطحا فالمغيرات فطحا فأثرنا به نقعا فوسطنا به جمعا إن الإنسان لربه لك نود العاديات مئة مقصومة على واحد ناقص ستة ثمانية ناقص إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ليؤمنون البقرة اثنان مقصومة على ستة تسعة ناقص وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكانون الأنبياء واحد وعشرون مقصومة على ستة وعشرون عشرة ناقص وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون الصفات سبعة وثلاثون مقصومة على مئة وسبعة وأربعون أحد عشر ناقص قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات ومنول أم جعل لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم الرعد ثلاثة عشر مقصومة على ستة عشر إثنى عشر ناقص أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون المؤمنون ثلاثة وعشرون مقصومة على سبعون ثلاثة عشر ناقص ودخل المدينة علي حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغافه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذه موسى فقدر عليه القصص ثمانية وعشرون مقصومة على خمسة عشر أربعة عشر ناقص قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لا علي هذا أو في ضلال مبين سبق أربعة وثلاثون مقصومة على أربعة وعشرون بدجل حتى ماء بدجل أشكل خمسة عشر ناقص فما زالت القتلى تمجو دمائها جرير لكن وقائعه في الحرب تنتظر ستة عشر ناقص إن بلورقاء لا تخشي بوادره زهير أبو حجر إلا ليال قلائل سبعة عشر ناقص فما كان بين الخير لو جاء سالما النابغة إنما يجزى الفتى ليس الجمل تمانية عشر ناقص وإذا أقرضت قرضا فجله لبيد تسعة عشر ناقص أين المفر والإله الطالب عشرون ناقص والأشرم المغلوب ليس الغالب نفير الخسعني كما أتى ربه موسى على قطب واحد وعشرون ناقص جاء الخلافة أو كانت له قدرا جرير باء وزاد حتى نعله ألقاها اثنان وعشرون ناقص ألقى الصحيفة كي يخصف رحله أبو مروان النحوي فبعدا للمبتلين وسحقا ثلاثة وعشرون ناقص نحن أو أنتم الأولاء اللفو ألحى يقبل الشمس كثة أو أفول أربعة وعشرون ناقص وجهك البدء لا بل الشمس لو لم أربع ناقص البدل تابع نقصود بالحكم يمهد له بذكر المتبوع قبله مثل ضيفك اليوم جارك خالد وأنواعه أربعة واحد ناقص بدى المطابق كالمثال المتقدم اثنان ناقص وبدل بعض من كل مثل قرأت الصحيفة أكثرها والكتاب ربعه ثلاثة ناقص وبدل أجتمال وهو أن يكون المبدل منه مجتملا على إلدى المثل أعجبني أفوك فهمه أربع ناقص وبدل مبايا يذكر إما على سبيل الغلب أن تريد نداء خالد فيسبق إلى لسانك فريد ثم تبدل منه فتقول يا فريد خالد وإما بدأ نسياء مثل زالني أفوك أبوك وإما أن يذكر ثم يعدل عنه لتغير قصد المتكلم مثل زرني صباح الأحد الأربعاء ولا يقع هذا البدل إلا ارتجالا والأحسن الأتيان قبله بحرس الإضراب بل زرني صباح الأحد بل الأربعاء هذا ولابد في بدل بعض من كل وفي بدل الاجتمال أن يحوي ضميرا يعود على المبدل منه مطابقا له في التذكير والتأميث والإفراد والتصمية والجمع أما التطابق في التعريف والتنكير بين البدل والمبدل منه فليس بشرط إلا أنه يحسن حين تقع النكر بدلا من معرفة أن تكون كمختص مثل أقبل بشروط شروط معتدلة ولا يقع الضمير بدلا أما الاسم الظاهر فيمكن أن يقع بدلا من الضمير مثل تعجبوني بيانهم في بيان بدل اجتمال من واو الجماعة ويقع البدل في الأثماء كالأمثلة المتقدمة وفي الأفعال مثل من يزرني يحدثني آنس به أكافئه ففعل يحدث مجزوم لأنه بدل من فعل الشرط يزر وكذلك أكافئه جزمي لأنه بدل من جواب الشرط آنس وفي الجمل مثل واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وفي أشباه الجمل مثل استفد من خالد من آدابه ملاحظة إذا كان المبدل منه اسم استفهام أو اسم شرط قرنت ألدادا بهم ذا الاستفهام أو بيان الشرطية مثل كم كتبك أمئة أمئة ثاني من يسبق إلى زيارتي إن أنت وإن جارك أهدي هدية ما تقرأ إن صحيفة وإن كتابا تستفد منه في صحيفة بدلا من اسم شرط ما الشواهد واحد ناقص لقد كان لكم في رسول الله أثوة حسنة لمن كان يرجو الله وليوم الآخر وذكر الله كثيرا الأحزاب ثلاثة وثلاثون مقصومة على واحد وعشرون اثنان ناقص ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا آل عمران ثلاثة مقصومة على سبعة وتسعون ثلاثة ناقص وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الشورى اثنان وأربعون مقصومة على اثنان وخمسون ثلاثة وخمسون أربع ناقص كلا لأن لم ينتهي لنصع بالناصية ناصية كاذبة خاطئة العلق ستة وتسعون مقصومة على خمسة عشر ناقص ستة عشر خمس ناقص ومن يفعل ذلك يلقى أثانا يضاعث له العذاب يوم القيامة ويخلط فيه مهانا الفرقان خمسة وعشرون مقصومة على تمانية وستون ناقص تسعة وستون ستة ناقص يسألونك عن شهر الحرام قتال فيه البقرة اثنان مقصومة على مئتان وسبعة عشر وإنا لنرجو فوق ذلك مظهر سبعة ناقص بلغنا السماء مجدنا وجدودنا النابغة الجعدل وبالشامي أخرى كيف يتقياني ثمانية ناقص إلى الله أشكو بالمدينة حجة الفرزق عبس البيان أفراد عطف البيان غالبا هي اللي قد بعد الاسم والاسم بعد الكنية والموصوف بعد الفصة الفارس عن ترى والتسفير بعد المفسر مثل عندي عسجب أي ذهب إلى آخره بعض النحال يقول بتابع خامس هو عطف البيان ويجعل التوابع أربع فقط وكل أمثل عطف البيان يجعلها من البدل المطابق بدل كل من كل والحق أن هذا يمكن في بعض الأمثل لكلها فحيثما بقيت الجملة سليمة بوضعنا التابع مكان المتبوعة الصح البدلية فيها وعطف البيان وحيثما يختل ألف أو المعني فالتابع عطف البيان حتما فالجملة جارتك جاء خالد أخوها تختلي إذا حذفت منها عطف البيان أخوها ولو كان بدلا ما اختلت وإليك زيادة بيان فروق بين البدل وعطف البيان واحد ناقص البدل هو المقصود بالحكم وأتي بالمتبوع قبله تمهيدا لذكر البدل على حين عطف البيان متبوعه هو المقصود وإنما أتي بعطف البيان للتوبيح فهو كثفته اثنان ناقص عطف البيان أوضح من متبوعه ولا يشترط ذلك في البدل ثلاث ناقص يخصون عطف البيان بالمعارف أو النكرات المختصة عند بعضهم ولا يشترط ذلك في البدل أربع ناقص لك في البدل أن تستغني عن تابع أو المتبوع فقولك جاء الشاعر خالد يبقى تلي من إذا أسقطت البدل أو المبدل منه جاء الشاعر جاء خالد لأن البدل العالمي التكرير العامل كما يقولون فالذا صحي تثليت عامل المبدل منه على البدل ولا يتأتى ذلك دائما في عطف البيان فالجمل الآتية لا تبقى على سلامتها لو أسقطت التابع أو المتبوع يا أيها الرجل لا يقال يا الرجل ولا يقتصر على يا أيها يا زيد الفاضل لا يقال يا الفاضل يا رفيقي عبدي الله وخالدا لا يقال يا عبد الله وخالدا بل يا عبد الله وخالد رأيت غضن أفراء أي أسدا لا يقال رأيت غضن أفراء أي ولا رأيت أي أسدا جار كماتت زينب أمه لا يقال جار كماتت زينب ولذا يكون التابع في هذه الجامل وفي أمثالها عطف ديان لعدم صح حلوله مكان المبدل منه وحين تبقى الجملة سريمة بإفقاط التابع أو المتبوع صح في التابع أن يكون بدلا أو عطف ديان لكن الأصحي إعرابه عطف ديان إذا كان أوضح أو أشهر من المتبوع الشواهد واحد ناقص يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيدة وأنتم حرم ومن قتله منكم متعندا فجزاء مثل ما قتلى ممن معم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالها الكعبة أو كفارة طعام مساكين المائدة خمسة مقصومة على خمسة وتسعون اثنان ناقص يوقض من شجرات مباركة فيتونات لا شرقية ولا غربية النور أربعة وعشرون مقصومة على خمسة وثلاثون ناقص أقسم بالله أبو حفص عمر عبدي الله بن كيسبة الضمير يعود على ناقته أن قد تمزق الخف من كثرة المسير والدبر تقرح ظهر البعير عليه الطير ترقبه وقوع أربعة ناقص أنا بن التارك البكري بشر المرار الفقعسي أعينكما بالله أن تحدث حرب خمسة ناقص أي أخوين عبد شمس ونوفدا طالب ابني أبي طالبه ناقص 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 ن لما يدل على معنى القول دون معنى القول دون حروفه مثل، نادى، أشارة، وحية، إلى آخره والحرف الثاني، أي يدخل على المفردات وعلى الجمل. بحوث متفرقة الف همزة على العصر ناقص أسماء الأفعال ناقص أسماء الأصوات ناقص حروف المعاني ناقص إعداد الجمل باء ناقص الإعلال ناقص الإبداع ناقص الوقف ناقص كتابة الهمزة ناقص كتابة الألف المتطرفة أسماء الأفعال، تعريفها ناقص أصنافها ناقص مرتجلها ومنقولها ناقص سماعيها وقياسيها ناقص أحكامها، في اللغة طائفة من الكرم مثل، أفن للفقر، هيا بنا، لا تدخل من حيث التعريف والعلامات في قسم من أقسام الكلمة الثلاثة، الاسم والفعل والحرف، فهي تشبه الأصماء المبنية من حيث الوصد في عدم تصرفها، وتشبه الفعل في دلال معناها على الحدث مقترنا بالزمن، سموها أسماء أفعال، وعرفوها اعتمادا على معناها وعلى عملها بأنها كلمات تدل على معاني الأفعال ولا تقبل علاماتها، وصنفت باعتبار معنى الفعل الذي تدل عليه أصنافا ثلاثة، واحد ناقص اسم فعل ماضن، هيهة عنك الوطن، بعد شتان العالم، والجاهل، افترق، واشكان ما غضبت يسوي سرعاني، أسرع، بطئان ما رضيت، أبطأ، اثنان ناقص اسم فعل مضارع، آه من الصداع يساوي أوه، أتوجع، وفي من ألفق، أتضجر، أخ، أتكرر، أتوجع، حسي، أتألم ويم النجاحك يساوي ويساوي وهن، أتعجب، قم بالذي عليك ثم بجلة، ثم يكفي ثلاثة ناقص اسم فعل الأمر، وهو أكثر ورودا، مثل آمينة، استجب، صهن، اسكت، مه، كفة، إيهن، زب من حديثك بصي، اتفة، إيهن، كفة، اتعادة حيا على الفلاح، أقبل، حيهر الأمر، اتهي، على الأمر، أقبل، إلى الأمر، وضل الأمر، أعجل، هيا يساوي هيتا، أسرع، هلما تعال تيدا، أتو إيدا، شهداءكم أحضروا زيدا، أم هله، ويهي، تغري، فدائي، ليفتك، قدك يساوي قدتك، اتفة، المرتجل والمنقول، وكل ما تقدم أسماء أفعال مرتجلة لما عنها من أصل الوضع، وهناك أسماء أفعال أمر منقول عن واحد ناقص أصل مصدر، بل هل عاجسة أتوكو، ويدا، واحد، المفلسة، أم هله، اثنان ناقص أصل ظرف، دون كثمن يساوي عندك يساوي لديك خذه، مكانك أثبت، أمامك تقدم، وراءك تأخر ثلاث ناقص عن أصل جار ومجرور إليك عني، فنحى، عليك أخاك، ألزمه أربع ناقص عن أصل حرف، هاك حقك يساويها، يساويها، خذه السماعي والقياسي، هذا وأسماء الأفعال كلها مرتجلها ومنقولها سماعية إلا وزن، فعالي، فيقص من كل فعل ثلاثي تم متصرف مثل، نزالي وقد ورد من غير الثلاثي أسماء أفعال شذوذا فتحفظ، ولا يقص عليها مثل، بداري من بادر، دراكي من أدركة، قرقاري من قرقرة بمعنى صوتة، عرعاري من عرعر بمعنى ألعب أحكام، واحد ناقص أسماء الأفعال كلها مبنية على ما سمعت عليه، ملازمة حال واحدة في الإفراد والجمع والتذكير والتأنيث إلا همثى، هاة، وما اتصل بك في الخطاب فيتصرفاني، تقول هاة، هاة، هاوم، هاي، هاونا، عليك نفسك، عليكما أنفسكما، عليكم أنفسكم، عليكنا أنفسكنا إلى آخره إثنان ناقص طعم الأسماء الأفعال عمل الأفعال التي هي بمعناها من حيث التعدي واللزوم وطلب الفاعل الظاهر أو المستفر ففي بلها العاجزة العاجزة مفعول به والفاعل مستفر وجوبا تقديره أنت كما في أترك العاجزة ثلاثة ناقص لا تضاف ولا تتأخر عن معمولها فلا يقال العاجزة بلها أربع ناقص أدل على الطلب منها لا ينتصد جوابه بفائئة سببية أما الجزم سينجزم تقول صهن تسلم ولا تقول صهن فتسلم خمسة ناقص المنوم منها نكر وغير المنون معرفة وهي في ذلك أثناث ثلاثة واحد ناقص راجب التنكير واهن وياهي اثنان ناقص راجب التعريف وزن فعالي ثلاثة ناقص شائز الوجهين صهن مهن الهن اوف ومعنى التعريف والتنكير فيها أنك إذا قلت لمحاورك صهن فمعناه اسكت عن حديثك هذا وإذا قلت له فهن فمعناه اسكت عن كل حديث والهن معناه انضف حديثك المعهود أما الهن فمعناها خذ في أي حديث شئت وهكذا ست ناقص الغرض من وضع هذه الأصناء الإجاز مع ضربا من التوكيد والمغالبة الشواهد ألف همزة على العصة واحد ناقص وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يقفط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله علينا لخفف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون القصص ثمانية وعشرون مقصومة على اثنان وثمانون قدما ونلحقها إذا لم تلحق اثنان ناقص نصر الصلوف إذا قصرنا بخطونا بل هل أكف كأنها لم تخلق تذر الجماجم ضاحيا هان ماتها كعبي بن مالك الأنصري تلاقوا غدا خيلي على سفوان ثلاثة ناقص رويدا بني شيبانة بعض وعيدكم وداك بن ثميل الماذني يزيد سلي من والأغر بن حاتم أربع ناقص لشتان ما بين اليزيدون في النبي وهم الفتاء القيس لجمع الدراهم فهم الفتاء الأزداء انساق ماله ربيعة الرقي فهيهاد خل بالعقيق نواصله خمس ناقص فهيهاد هيهات العقيق وأهله جرير ست ناقص سرعان ذا إهالة واشكان ذا خروجا إذا ذكر الصالحون فحيه الله بعمر عبد الله بن مسعود ولقد يسمع قولي حيهل سبع ناقص يتمارى في الذي قلت له لبيد مقرائل جعد ثرى وصافح ثماني ناقص أوه من ذكرى حصينا ودوله آمرا أهل بنية قريب وما بالي تكليم الديار البلاطع تسع ناقص وقفنا فقلنا إيهن عن أمي سالم ذر ميمة حاموا على مجدكم وقفوا من أتكالة عشرة ناقص إيهن فداء لكم أمي وما ولدت حاتم وصر وصل الغاميات أخي أحد عشر ناقص وان ثلث الرجل فصرت سخن العجاج هي ألمني لو أننا نقلناها إثنى عشر ناقص وهملي فلما ثم وهمواها نسب لرؤبه وأبي النجم ولأبي الغول وقيل مصنوع صانعه المفضل كأن ما ذري عليه الزرهبة ثلاثة عشر ناقص وابي أنت وفوك الأشنب راجز تنيني مكانك تحمدي أو تستريحي أربعة عشر ناقص وقول كلما جشأت وجاشت عمرو بن الأتنابة خمسة عشر ناقص يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ظل إذا اهتدلتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون المائدة خمسة مقصومة على مئة وخمسة وعلى ما أركابه إذا لم أنزل ستة عشر ناقص فدعوا نزالي فكنت أول نازل ربيع أدني مقروم الضب ولكن سراقا للدعائم والأفل سبعة عشر ناقص مع إجداما غير نوتي ولا قتلي الكاميت يدعو وليدهم بها عرعر ثمانية عشر ناقص متكنف أي جنبي عكا ذكريهما النابغة أحدا إذا مثلت عليك أمور تسعة عشر ناقص عليك بالحجاج لا تعذل به الأخطل باء إني رأيت الناس يحمد عشرون ناقص يا أيها المائح دلوي دونك ليس الإمام بالشحيخ الملحد واحد وعشرون ناقص قدني من ذكرى الخبيبين قد حديث ابن مالك الأرقط ناقص 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 ن ركبت من حي بمعنى أقبل وهل التي للحسل والعجلة وفيها لغات حيه لا حيهل حيه للسريبة ائتهي في لغة الحجازيين الذين لا يصلونها بالضمائر بل يخاطبون بها المفرد والجمع والمذكر والمؤنث على السواء وبلغتهم نزل القرآن أما قبل التمين فتصلها بالضمائر فتقول هل أمه هل أمه للمن إلى آخره وهي في لغتهم إذن فعل لا اسمي فعل وقد قيل لبعضهم هل أمه فقال لا أهلم بصيغة المضارعة بلهت مصدر أهمل فعله ورويد مصدر مرخم لفعل أرود يساوي أمهل وهما في المثالين اسمان فعل أمر فإن موينة بلها أخاك ورويدا المفلس كان مصدرين منصوبين على أنهما مفعولان مطلقان لفعليهما المحظوثين لا اسمي فعل وكذلك إن جررت ما بعدهما بإضافتهما إليه بلها أخي كورويدا المفلس القرقرة ضحك فيه استغراب وترجيع وهبير البعير وصوت الحمام أما العرارة فلعب أهل الصبيان إذا تنادوا إليها قالوا عراره لغاتها كجيري وحيث وأين أوها أوي أوه أوه آهن آوين آوي أوطاه آوياه والفعل آه أوهن أوه تأويهن فأوها لغة في إيهن كلمة استزاب والسنطاق وهناك إيهن وإيهاء أمر بالسقوط فداء بالكسر والتنوين سمي فعلي بمعنى لكسدكم وبالرفع والتنوين مفضر أخ كلمة كره وتأوها أخي يثاو كخ بمعنى اطرح أشنبحدة الأثنان وقيل برد فيها وعذوبة وأغذرنا ابنك طيب الرائحة قدمي يكفيني أو اسمي بمعنى حسبة أراد بالخبيبيني عبد الله بن الزبير وكنيته أبو خبيب وأخاه مصعد بن الزبير أسماء الأطوات هذه كلمات لا تشارك أسماء الأفعال إلا في بناؤها على ما سمعت به وإلا في الاكتفاء بها فلا إعراب لها ولا تتحمل الضمائر أم الغرض منها فإما خطاب صغار الإنسان وما لا يعقل من الحيوان وإما حكاية أصوات الحيوان وقد يشعون الصوت اسمان لصاحبه فيعاملونه معاملة الأصماء وغالب هذه الأسماء فيه أكثر من يرغواه جميعا صنفان واحد تنوين لفتح ناقص الصناف الأول من أسماء الأصوات احتاج العرب إلى وضعه تلبية لضرورات الحرياء إذ كان الرعيم عاش كثير منهم وإليك طائفة مما خطبوا به حيوانهم لزجر الإبل وهيد هادي به حاين حل حل حب عند البروك جاء جوت دعاؤها للشرب نخبخ عند الإناخة بس صوت الراعي يسكنها عند الحلب هدع دعوة صغارها المتفرقة لزجر الفرس هلا لزجر الدر والخيل عدس لبضأني حا حائي دعاء إلى الشرب هس حش لزجرها للمعذي عائي دعاء إلى الشرب سع للزجري للحماري سوء دعاء للشرب للكلبي طردم له هج هجة للدجاج دج دعاء لها للسبعي جه زجرا له ليكف ويبتعد اثنان تنمين الفتح ناقص وثن في الثاني يحاكون به أصوات ما لا يعقل مثل قب لوقع السيف طاقي لصوت الضرب طق لوقع الحجر راق للغرابي ماء لبغام الضب ويهي للصراخ على الميت شايب صوت مشافر الإبل عند الشرب طيس صوت الضاحك عيبي صوت الصبياني مجتمعين فإذا استعملوا الصوت بدل التلفظ بسم صاحب انقلب إثما وتحمل الإعراب كثائر الأسماء تقول رأيت غرابي وركبت عدس بمعنى رأيت غرابا وركبت بغلا فتبقى الأسماء مبنية على أصلها وتقدر لها الأعراب المناسب أو بتعربها كالأسماء المتمكنة فتقول رأيت غرابي وركبت على عدس فالاشتقاق من أسماء الأصوات أشتقت العرب من هذه الأسماء مصادرة وأفعالة توخيا للإجازي فقالوا جهجهت بالسبع ععيت بالمعزي وحوبت بالإبل وجهجأت بها وحلحلت بها ومخيمختها وثئت بالحمار وسعسعت بالمعزي وتقطقت الحجارة رعية الصديان ذلك إذا خاطبوا الحيوان بالصوت الخاص به أو أخبروا بتصويته بصوته الخاص وقالوا رعي هسهس وهسهس إذا رعي الليل كله مخاطبا غنمه بهس الشواهد عدس بعدما طال السفار وكلت واحد ناقص ألا ليت شعري هل أقولن لبغلتي بهس الجرم ناجت وهذا تحملين طبيق اثنان ناقص عدس ما لعباد عليك إمارة يزيد دي مفرغ الحميري ثلاث ناقص إذا حملت بازتي على عدس على الذي بين الحمار والفرس فما أبالي من غزة ومنجلس أربع ناقص يعنذ هذا شجر وما عايت لو ينفعني أليها وقد ذاك بهب الحيحاء وللجيء متباحك خمس ناقص وما كان على الهيئ ها دعاء للعلف جا دعاء للشرب معاذ الهراء حتى يرى أسفلها صر على ست ناقص ليس بثانيها بهيد وحل القتال الكلابي ولم يقلدونه هيد ولا هدي سبع ناقص إني إذا الجار لم تحفظ محارمه وليس جاري كعش بين أعواد لا أخذل الجار بل أحمي مباءته ابن هرمة يغضب إن قال الغراب غاق ثمانية ناقص معاوض للجوع والإملاق أقلاخة ناقص اشتركوا في القناة الموضوع التالي حروف المعاني الألمجهولة لمتعدة واللازم التام والناقص عراب والبناء في الأسعال نصب المضارع ومواضعها جسم المضارع وموااضعها لمعرفة ونكرة أضميرا للمعرفة ونكرة العلماء لمعرفة ونكرة إسم أليس لام ألف همزة تحت العصار الشين أليس را ته مربوطة أليس لام نيم عين را فا ته مربوطة ونكرة أليس لمسهل للمعرفة ومنكرة المعرف بألي المضاف إلى معرفة المعرف ثالين دقاء لمجرد والمزيد من الأسماء المقصور والمنقوص والمندودال مسدكر وأليس لام نيم همزة على الألوانون فأليس لام جيم نيم وعين وأليس همزة على العصار الش Indigenous أليس نيم ها أليس controller ته صاد غين يا را وأحكامها لنفسي بهواو ألف همزع للعصاح حاكاف ألف نين ها ألف ألف لام ألف همزع للعصاح سين نيم ألف همزع ألف لام نين با نونياتا مربوطة ألف لام ألف سين نيم المنوم والاسم غير المنون لمصادرها وعين نين نان ها ألف ألف لام نين شين تا قاف ألف تا وعملها اسم الفاعلان مشي طاقات وعملها اسم الفاعلان مشي طاقات وعملها أصفه ألف لام نين شين با ها تا مربوطة الف لام من شينتاء قاف الف تا وعملها اسم تفضي للمشيطاقات وعملها أسماء المكان والزمان الآله المفع من الأسماء الفاعلة لمرفوع من الأسماء نائب الفاعلة لمرفوع من الأسماء المبتدأ والخبى لمرفوع من الأسماء خبر إن وو ألف همزة على العصاخة وو ألف تاء ألف ألف لامين نون صاد وعباء من الأسماء المفعول المتلقى لمنصوب من الأسماء المفعول بها لمنصوب من الأسماء المفعول لأجلها لمنصوب من الأسماء المفعول معها لمنصوب من الأسماء المفعول فيها لمنصوب من الأسماء الحالى لمنصوب من الأسماء أتميزها لمنصوب من الأسماء ألف لامين سيمتاء ثاء نون ألف مقصورة ألف لامين نون صاد وعباء من الأسماء ألفلام مين مون ألف بالألف مقصورة مين وو ألف ضدعين جر الجربة ألفلام حاء رأفة مين وو ألف ضدعين جر الاسم الجربة ألف همزة تحت العصادة لفا تا مربوطة ألفلام تا وو ألف باعين التوكي ضالة وابع العطاف التوابة البجلة وابع عكس البيان أسماء الأفعال أسماء الأصوات حروا في المعانية أعراب الجامل مع خاتم وتطبيق في أعراب الجملاء علال الأبدال الوقف كتابة الهومزة والألف المتطرف حروف المعاني الكلام على الحرف الحروف كلها مبنية وهي قليلة بحيث لا يتجاوز عددها ثمانين ويقال لها حروف المعاني كما أن حروف الهجاء يقال لها حروف المباني حروف المعاني على خمس أقسام أحادية وثنائية وثلاثية ورباعية وخماسية أما الأحادية فالثلاثة عشر وهي الهمزة والألف والباء والتاء والسين والفاء والكف واللام والماين والنون والهاء والواء والياء فالهمزة بالاستفهام والتسوية والنيداء نحو أقريب أم بعيد ما تعدون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ليؤمنون أجارتنا إن مقيمانها هنا والألف بالاستغاثة والتعجب والنبتل والفصل بين النونين والدلالة على التصمية نحو يا يزيدا لآمر نيلبر يا ماء ويا عشبة وحسينا البلدن يا نساء وقد أسلماه مبعد وحميم والباء للإلصاق والسببية وللقسم وللاستعانة نحو أمسكت بأخي فبما نقبه الميثاقهم لعناهم أقسم بالله وآيات كتبت بالقرن وتجيء زائد نحو أليس الله بكاف عبده والتاء للتأنيث وللقص نحو قالت امرأة العزيز فالله لقد آثرت الله علينا والسين بالاستقبال نحو ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلة والتلفاء للترتيب مع التعقيب ولربت الجواب نحو دخل عند الخليفة العلماء فالأمراء إن كنتم تحبون ألاها فاتبعوني وتجيء زائد لتحسين اللفظ نحو خذ سبعة فقط والكف للتشبيه وللخطاب نحو العلم كالنور إن في ذلك العبرة وتجيء زائد نحو ليس كمثله شيء واللام للأمر ولا الابتداء وللقسم وللاختصاص نحو لينفق ذو ساعة من ساعته لا يوسف وأخوه أحب إلى أذين منا لأن أخرجوا لا يخرجون معهم الجنة للطائعين والميم للدلالة على جمع ذكور نحو بما كنتم تستكبرون في الأرض والنون للوقاية من الكفر ولا التوكيد نحو وأوصاني بالصلاة لنسفع بالناصية والهاء للسكة في الوقف نحو لم هو قه وللغيبة نحو إياه وإياهم فإن الضمير هو إياه فقط وما بعده لواحق تدل على الغيبة كما هنا أو على الخطاب كما في إياك وإياكم أو على التكلم كما في إيايا وإيانا والواء لمطلق الجمع وللاستئناف وللحال وللمعية وللقطم نحو يسود الرجل بالعلم والأدب لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء خرجوا من ديارهم وهم ألوف سيرت والجبل والتين والزيتون وألياء للمتكلم نحو إيايا وأما الثنائية فستة وعشرون وهي ألف مندودة وإذ وألوأم وأنوأن وأوبي وأيوئي وذوعا وثي وقدوتي ولا ولم واللون ولوما ومذوم وهاوى وواويا والنون الثقيلة ألف مندودة للنباء نحو أعبد الله وإذ للمفاجأة بعد بين وبينما وللتعليم نحو فبينما العطر إذ دارت مياسير إذ هم قريش وإذ ما مثلهم بشر فأصبحوا قد أعاد الله نعماتهم وإلا لتعريف الجنس أو جميع أفراده أو فرد منه معين نحو الرجل خير من المرأة إن الإنسان لفي خفر مضروبه في إلا الذين آمنوا وما آتاكم الرسول فخذوه وتجيء زائد نحو الآن والنعنان وأم للمعادة بعد هنزل استفهام أو للتسوية نحو أقريب أم بعيد ما تعدون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم وتجيء بمعنى بل نحو هل يسوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور وأن تكون مصدرية ومفسرة وزائدة ومخصصة من أن نحو وأن تصوموا خير لكم فأوحينا إليه أن اثناء الفلكة فلما أن جاء البشير علم أن سيكون منكم مرضى وإن للشرط ولا النصي وتجيء زائدة ومخصصة من إن نحو يأنت رحم ترحم إنهم إلا في غرور ولقد ندمت على الكلام مرارا ما إن ندمت على سكوت مرة وإن ظنك لمن الكاذبين أو لأحد الشيء أي نحو خذ هذا أو ذاك وتجيء في مقابلة إما نحو العدد إما زوج أو فرد وبمعنى بل نحو وأرسلناه إلى مئة ألف أو يزيدون أي للنداء وللتفسير نحو أي رب هذا عشد أي ذهب للجواب ويذكر بعضه قسم دائما نحو ويستنبئونك أحق هو قل وربي إنه لا حق والغالب وقوعها بعض الاستفهام كما رأيت وبل للإدراب عن المذكور قبلها وجعلها في حكم المذكوت عنه نحو ما ذهب خالد بل يوسف وجهه بدر بل شمس وعن للمجاوزة وللبودلية نحو خرجت عن البلد لا تجزي نفس عن نفس شيئا وفي للظرفية وللمصاحبات وللسببية نحو في البد لصوف ادخلوا في أمم دخلت امرأة من النار في رحبتها وقد للتحقيق وللتقليل وللتوقع نحو قد أفلح من ذكاها قد يجود البخير قد يقدم المسافر الليلة وكي للمصدرية وهذه معنا بعدها في تأويل مصدرك أن نحو أخلص نيات كي تنالوا أعلى الدرجات جد لكي تجد و لا تكون ناهية وزائدة ونافية نحو لا تقنطوا من رحمة الله ما منعك ألا تتشود فلا صدق ولا صلى وقد تقع النافية جوابا وعاطف وعامل عمل النحو قالوا أتصبر قلت لا أكرم الصالح لا الطالح لا سمير أحسن من الكتاب و لم لنسي المضارع وجزمه وقلبه إلى المضي نحو لم يلد ولم يولد و لن لنسي المضارع ونصبه وتخليصه للاستقبال نحو لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر و لو للشرط ولا المصدرية نحو لو أنصف الناس استراح القاضي يود أحدهم لو يعمروا ألف سنة ويقالها في نحو المثال الأول حرف امتناع الامتناع أي انتفاء الجواب لانتفاء الشرط و ما تكون نافية وزائدة وكافة عن العمل ومصدرية نحو ما هذا بشرا فبما رحمة من الله لنت لهم كأنما يساقون إلى الموت داقت عليهم الأرض بما رحبت وقد يلحظ الوقت مع المصدرية سيقالها مصدرية ظرفية نحو وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا و مذ الابتداء أو الظرفية نحو ما كلمته مذ سنة ولا قابلته مذ يومنا و من الابتداء والتبعيد والتعليل نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى منهم من كلام الله من نفطيئاتهم أغرقوا وتجيئ ذائب بعض النفي والنهي والاستفهام نحو ما من شفيع لا يبرح من أحد هل من خالق غير الله؟ و ها للتنبيه تدخل على أسماء الإشارة كهذا وهذه الضمائر كهيني با و أنتم والجمع نحو ها إن صاحبك بالباد و هل بالاستفهام نحو هل طلعي النهار؟ وتفارق الهمزة في أنها لا تدخل على نفي ولا شرطي ولا مدارع حالي ولا إما و و للنطبة نحو واحسيناه و يا للنذاء وللنطبة وللتنبيه نحو يؤيها الناس يا حسيناه يا ليت قومي يعلمون مضروبه في بما غفر لربي وجعلني من المكامينة و النون الثقيلة تدخل على الفعل لتوكيده نحو لا يسجنانا ولا تلحق الماضي أبدا وأما الثلاثية فخمسة وعشرون وهي آي وأجل وإذا وإذا وألا وإلي وأما وإنا وأنا وأيا وبلا وثم وجلل وجير وخلا وربا وسوف وعدا وعلا 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 وليت وليت ومنذ ونعم وهيا و آية للنذاء نحو آية صاعد الجبل و أجل للجواب نحو أجل عندي بأوصفها علمه يقولون لي صفها فأنت بي وصفها خضر و إذا للمفاجأة نحو ضمنته رائبا إذا إنه حاضر وتربط الجواب بالشرط نحو وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون وإذن للجواب والجزاء نحو إذا انتبهغ القفل في جواب سأجتهد مثلا وألا للتنبيه والاستفتاح والطلب برفقي وهو العرض أو البحث وهو التخصيص نحو ألا إن أورياء الله لا خوف عليهم ألا تحل بنادينا ألا تجتهد وإلى بالانتهاء نحو سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى و أما للتنبيه ويكثر بعضها القص نحو أما والله لا أعاتبا له و أن للتوكيد والمصدرية نحو أعطيته لأنه مستحق وتلحقها ما فتمكف عن العمل وتفيد الحصر نحو يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد و إن للتوكيد نحو إن الله علي كل شيء قدير وتلحقها ما فتمكف أيضا وتفيد الحصر نحو إنما يتذكر أولو الألباب و قد تجيء للجواب نحو كاف و قد تابرت فقلت إنه و يقول نشيب قد على و أيا للنداء نحو نسيم السبا يخرف إلي نسيمها أيا جبلي نعمان بالله خلية و بلي للجواب نحو ألفت بربكم قالوا بلى وأكثر ما تقع بعد الاستفهام و يجاب بها بعد أنك كما رأيته و ثم للترتيب مع التراثي نحو خرج الشبان ثم الشيوخ و جلل للجواب كان نعم نحو قالوا نظمة عقود الدور قلت جلل و جيري للجواب أيضا نحو قالوا أتقتحم المنونة فقلت جيري و خلى بالاستثناء نحو رافق الناس خلى المدلين و رب للتقليل وللتكثير نحو رب أمنية جلبت مانية رب ساعة لقاعد و قد تحذر فبعد الواو يبقى عملها نحو علي بأنواع الهموم ليبتالي و ليل كموج البحر أرخي فدوله و يقال للواوي وأورب و سوف بالاستقبال نحو سوف يرى و عدا بالاستثناء نحو حسن الظن بالناس عدا الخائمين و علا للترشي والتوقع نحو فاركع يوما والدهر قد رفعه ولا توهين الفقير علك أن و علا بالاستعلاء والمصاحب نحو و عليها وعلى الفلك تحملون و إن ربك لذو مغفرة للناس علي ظنهم و لا تا للنص كليس نحو والبغي مرتع مبتغيه و خين ندم البغى ولا تساعة من دم و ليتا للتمني نحو سأخبره بما فعل المشيب ألا ليتا الشباب يعود يوما و منذ بالابتباء أو الظرفية كان بالنحو ما كلمته منذ سنة ولا قابلته منذ يومنا و نعم للجواب فتكونت تصديقا للمخبر و وعدا للطالبي وإعلاما للسائل تقول نعم في جواب البغي آخر ندم و افعل ما تؤمر و لأديت ما عليك و مثلها في ذلك أجل وجيري و هيا للنداء نحوي يا ربنا رحمنا و أما الرباعية فخمسة عشر وهي إذما و ألا و إلا و أما و إما و حاشا و حتى و كأن و كلا و لكن و لعل و لما و لولا و لوم و أهلا في إذما للشرط نحوي إذما تطقي ترطقي و ألا للتخصيص نحوي ألا رعيتم حق الأخوة و إلا بالاستثناء نحوي لكل داء دواء إلا الموت و أما للشرط والتفصيل و التوكيد نحو فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق و إما للتفصيل نحو إن هديناه السبيل إما شاترا و إما كافورا و حاشا بالاستثناء نحو أقدم على البتان حاشا واحد و حتى تقع حرف جر الانتهاء نحو حتى مطلع الفجر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض و حرف عطف للغاية نحو و قدم الحج حتى المشاه و حرف اتباء نحوي فو عجبا حتى كليب تسبني و كأن للتشبيه و للظن نحوي كأن لفظه الدري المنثور كأنه رفر ببغيته و قد تخصص نحو كأن لم تغنى بالأمس و كلا للردع و الزج نحو كلا إنها كلمة هو قائلها و قد تجيء للتنبيه والاستفتاح نحو كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون و لكن بالعكف و الاستدراك نحو ما قام زيد لكن عيروا و لعل للترجي والتوقع نحو لعل الجو يعتدل و لما لنسي المضارع وجزمه و قلبه إلى المضي نحو أشوقا و لما ينظلي غير ليلة و تجيء للشرط نحو و لما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم و يقال لها حينئذ حرف وجود لوجود و الأشهر في نحو هذا أنها ظرف بمعنى حين و لولا للتحديد و للشرط نحو لولا تستغفرون الله و لولا دفعوا الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض و يقال لها حينئذ حرف انتناع لوجود أي انتفاء الجواب لوجود الشرط و لوما تنولى في معنيها المذكورين نحو لوما تأتينا بالملائكة من بعد سخطك في رضاك راجاء لوما الإصاخ للوشاكل كان لي و هل لا للتحديد نحوي هل لا ترسل إلى صديقك و أما الخماسية فلم يأتي منها إلا لكن وهي للاستدراك نحوي فلا معلم لكنه جبان والاستدراك رفع وهم نشأ من الكلام السابق و قد تخصف تهم الوجود النحو فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم و مما تقدم يعلم أن الحروف تنقسم إلى أثناء فكل طائف منها اشتركت في معنى أو بعمل تنصب إليه و الأحرف المصدرية و أحرف للفقبال و أحرف للفقبال و أحرف التنبيه و أحرف التوكيد إنا وأن والنون ولا منبتداء وقت ومن ذلك حروف الجر والعطف والنداء ونواصب المضارع وجوازم هو قد مر بيانها وتنقسم الحروف إلى عاملك أن وأخواتها وغير عاملك أحرى في الجواب وتنقسم أيضا إلى مختص بالأفعال كأحرى في التحديد ومختص بالأسماء كحروف الجر ومشترك كما ولا الناسيتين والوالف العطفتين اشتركوا في القناة تقص على انفس الناقص أوصع مرجع لمعاني الحروف كتاب مغني اللبيض لابن هشام وقد رأينا الاكتفاء بهذا الموجة ليتجع إليه طالب العلم منقله من كتاب قواعد اللغة العربية لحصني ناصف ورفاقه إذ هو ناقص على وجه ذاته ناقص وفن بالحاجة الصحيح الأمثل والشواهد إعراب الجمل الجملة ناقص في اختلاح المحو ناقص ما تألف من مسند ومسند إليه سواء أسادت معنى تاما مثل أكل الطفل وأخوك مسافر وفهن أم لم تفد معنى تاما مثل إن تجتهد ومن فتئ خالد الفعلية والاسمية الجملة التي تصدرها فعل مثل قرأ الدرس وقرأ الدرس وكان الدرس سهلا إلى آخره جملة فعلية وما لم يكن صدرها فعلا فهي جملة اسمية مثل ما أخوك مسافرا والدرس يفيد وهل محسن رفقاتك وأفراد الجملة الفعل أو شبهه مع فعله أو نائب فعله والفعل ناقص وما عمل عمله مع اسمه وخيبه والمبتدأ والخبر وجملة إنه وأخواتها واسم الفعل مع فعله أما الكلام فلا يطلق إلا على ما أفاد معنى تاما يحسن السكوت عليه مثل هلما وصهن وإن تجتهد تنجح وما ستئ خالد راضيا وعلى هذا فكل كلام جملة فأكثر وليس كل جملة كلاما كل جملة حلت محل المفرد وأمكان تأويلها به كانت ذات محل من العراب هو محل المفرد الذي حلت مكانه مثل أخوك يكتب درسه فجملة يكتب حلت محل كاتب فأعرابها مثله في محل رفع لخبر المبتدأ وجملة تعلم في قولنا ظننتك تعلم في محل نصب مسعول ثاني ظن لأن التأويل ظننتك عالما والجملة التي لا يمكن تأويلها بمفرد لا يكون لها محل من العراب مثل أتاك زائر ولولا أخوك لخسنة وإليك بيانا لأفراد كل من القسمين الجملة التي لها محل من العراب ثمان واحد ناقص الواقع موقع الخبري فتكون في محل رفع بعض المبتدأ أو السين سكون إن سكون إن وأخواتها مثل بوشرك يحببك إن أخات يسعى في خيرك لا مؤذي عاقبته حامدة وتكون في محل نصب إن وقعت خضرا للفعل الناقص وما يعمل عمله الناس عيد ما دمت أعمل إن الناصح يندم والتأويل ما دمت عاملا إن ناصح نازما اثنان ناقص الواقع فاعلا أو نائب فاعل مثل وتبين لكم كيف فعلنا بهم وقيل بعدا للقوم الظالمين ثلاث ناقص الواقع مفعولا بأن كانت مقول القول مثل يقول إني موافق أو ثاني مفعول رن وأخواتها مثل علمتك تحب الفقراء يساوي علمتك محبن الفقراء أو بعض الأفعال المعلقة عن العمل لا أدري أساسر أم أقامه فالفعل أدري علقه لاستفهام عن نصب لفظا فصرت الجملة الاستفهامية سادة مفد لفعولي أدري في محل نصب أربع ناقص الواقع حالا بعد معرفة مثل ولا ثن تستكثر فجملة تستكثر في محل نصب حال من فعل ثن وهو أنت المستثرة والتأويل مستكثر خمس ناقص الواقع سفل النكرة مررت برجل يحدث أصحابه يساوي برجل محدث أصحابه فمحل جملة يحدث الجرس سلي رجل ملاحظة ناقص إذا وقعت الجملة بعض معرفة محدة أي معرفة لفظا ومعنى فهي حال وإن وقعت بعض نكره محدة لفظا ومعنى فهي سفة أما إذا وقعت بعض معرفة غير محدة أي معرفة لفظا لا معنى كالمحلي بألي الجنسية جاز جعلها حالا مراعا لرصبها أو جعلها مراعا لمعنىها مثل جملة ياسبني في قول الشاعر فمضيت ثنت قلت لا يعنيني ولقد أمر على اللئين ياسبني فهو لا يقصد لئي من دعينه بل يخضرنا بشأنه إذا أكل لئين فجملة ياسبني يجوز أن تكون في محل نصب حالا من اللئين مراعا لرصبه المعرفة وأن تكون في محل جر صفى له باعتبار معناه النكرة كذلك إذا كانت النكرة غير محضة بأن كانت موصوفة مثلا فتقترب بذلك من المعرفة ويثور للجنة بعدها أن نتعر بصفة مراعا لغضبها أو حالا مراعا لمعناها مثل شاهدت صارسا قوة يجالد خصمه هذا والقاعدة المشهورة الجمل بعض النكرة صفة وبعض المعارف أحوال ثارية على أشباه الجمل أيضا فالضرس أو الجار والمجهور بعد النكرة المحضة يتعلقان بصفة مثل رأيت رجلا على فس وخذ ثمكة في الحوض التقدير رجلا كائنا على فس وثمك كائنا في الحوض وبعض المعارف المحضة تتعلق بأحوال مثل رأيت أخاك على فس أي كائنا على فس فالجار والمجهور متعلقان بكائن حال من أخاك وكذلك شاهدت أحمد عند الحاكم الظرف متعلق بكائن حال والتقدير شاهدت أحمد كائنا عند الحاكم 6 ناقص الواقع مضافا إليها بعد ظروف الزمان أو أسماؤه أو الحيث أو الكلمة قول أو القائل أو الآية مثل هذا يوم لا ينتقون اذكر نصيح أبيك إذا سافر اجلس حيث يجلس أخوك قوله كان أبي يغر الجاهل أجب قائلة كيف أنت كنت قريبا منكم بآية رفدتم الدعوة 7 ناقص الواقع جوابا لشرط جازم مقترن بالفائي أو إذا الفجائي مثل إن تحس فما لك من كاره إن تحرمه إذ هو عدو لك 8 ناقص التابع لجملة ذات محل بالعطف أو البدنية أو التوكيد مثل هذا يوم لا ينتقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون جملة ولا يؤذن محلها الجر لعطفها على جملة لا ينتقون التي هي في محل جر لإضافة يوم إليها كذلك جملة لا ينتقون التي هي في محل جر لإضافة يوم إليها كذلك جملة فيعتذرون محلها الجر لعطفها بالفائي على جملة ولا يؤذن لهم اعمل عملا ينفعك ينقذك من ورطتك فجملة ينقذك محلها النصب بدل من جملة ينفعك التي هي الصفار عملا والتوكيد مثل هذا قول هو ضر لك هو ضر لك فالجملة الثانية محلها الرفع توكيد للجملة الأولى هو ضر لك التي هي الصفار قول المرفوع ملاحظة يعيدون جملة أن وما دخلت عليه مما ألحقت بالمفرد وذلك لتأويلها بمصدر مرفوع أو بمنصوب أو بمجرور مثل شاع أنك مسافر أنك مسافر في محل رفع فاعل شاع وتأويل شاع سفرك وضنمت أنه مسافر تأويلها ضنمت سفره وتفأته لأنه مستحق المصدر المؤول في محل جر بالحرف تفأته لاستحقاقه وسأني خبر أنك مخفق يساوي سأني خبر إخفاقك كذلك يقولون ما بعد همزة التسوية بمصدر وطونة الجملة إعرابه مثل سواء عندي أسافر أم أقام فيجعلون جملة أسافر في محل رفع مبتدأ مؤخرا والتأويل سفرهم وإقامتهم سواء عندي وجملة أمي أقام محلها الرفع بعطفها على جملة أسافر وهذا ينفق مع الأصل العام كل جملة أولت بمفرد فهي ذات محل الجملة التي ليس لها محل من الإعراب ثمان واحد ناقص الابتدائية وهي التي تقع أول الكلام مثل السلام عليكم كيف أنتم سافر إخوانكم اثنان ناقص الاستئنافية وهي التي يبتدأ بها معنى جديد بعد كلام ثابت كالجملة الثانية والثالثة في قولنا أحزنتك أو الشاي فلان لا تلتفت إليها إني لم أصدقها وقد تقترن بالواو أو ألفاء الاستئنافيتين مثل أحزنتك أو الشاي فلان فلا تلتفت إليها وإني لم أصدقها فالجملة الأولى خبرية والثانية إنشائية طلبية والثالثة خبرية وكثيرا ما تكون الاستئنافية مفيدة التعليل مثل سافر ففي السفر فإذا أشتر هذا الكتاب إنه نافع لك ثلاث ناقص الاعتراضية وتقع بين جزل جملة مثل كان أبوك ناقص رحمه الله ناقص أو بين جملتين متلازمتين معنى مثل ووصينا الإنسان بوالدي حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أنشكري ولوالديك إلي المصير فالجملة الثاني حملته أمه وفصاله في عامين اعتراض تابين ووصينا وتفسيرها أنشكر ولولا ذلك لكان الكلام ووصينا الإنسان بوالديه أنشكري ولوالديك وقد تقترن الجملة المعترضة بالواو كما رأيت أو بالفائ ولا يكون الاعتراض إلا لغرض عند المتكلم كالدعاء في المثال الأول وكتهيئ نفس المخاطب لقبول ما بعده كما في الآية أو لغيره ما من الآغر كتقوية الكلام وتسديده أربع ناقص التفسيرية جملة تزيد ما قبلها توضيحا وتشفا وتأتي بعد ما يدل على معنى القول دون حروفه إما مطونا بأحد حرفي التفسير وهما أن و أي مثل فأوحينا إليه أن اصنع فلك ينظر إلي أي أنت مذناب فكل من اصنع و أنت مذناب جملة تفسيرية لا محل لها من الإعراب و أوحينا و ينظر هنا فيهما معنى القول وإما ألا تقطر بحرف تفسير مثل هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله خمس ناقص الواقع صلة لموصول اسم أو حرفي وذلك لأن صلة الموصول كأنها جزء مما قبلها ويؤوال معها باسم واحد مشتق فصلة الموصول اسمي مثل حضر الذي زارك أمس فجملة زارك لا محل لها والتأويل حضار زائرك أمس وصلة الموصول الحرفي ما اتصلت بأحد الأحرف المصدرية أن وأن وكي وما ولو المصدرية وهمزة التسوية مثل أحببت أن أكتب إليك صررت لأنك ربحت حضار لكي يحسن عزيز عليه ما عمدتم ودوا لو تخسروا سواء عليكم أربحت أن خسرت وكل هذه الصلاة تقول مع الأحرف قبلها بمصادر فكأنها جزء من المصدر المؤول والتقدير على التركيب أحببت الكتاب إليك صررت لربحك حضار للأحسان عزيز عليه عمدتكم ودوا خسارتك سواء عليكم ربحي وخسارتي سبعة ست ناقص الواقع جوابا لقسم أو جوابا لشرط غير جازم أو جوابا لنداء فالأولى مثل والله لا أصدقن لعمري لا أناضلن والثانية مثل لو حضرت أكرمتك لو لا السفر لذراتك إذا سافرت لا حقتك فكل من الجمع الثانية لا نحل لوقوعها بعد شرط غير جازم والثالث مثل يا عبد الله أحضر كتبك فالجملة الأولى ندائية والثانية واقعة في جواب ندائي ولا محل لها من العراب تمانية ناقص التابعة لجملة لها محل لها من العراب مثل إذا أنصفت تابعتك وأكرمتك فجملة أكرمتك لا محل لها لعطفها بالواوي على جملة لها محل وهي تابعتك التي هي جواب شرط غير جازم الشواهد شواهد واحد ناقص أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون ينشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها يهدي يتبين طه عشرون مقصومه على مئة وتمانية وعشرون ثلاث ناقص ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين يوسف اثنى عشر مقصومه على خمسة وثلاثون أربع ناقص ونادى نوحون ابنه وكان في معذل يا بنيكب معنا ولا تكن مع الكافرين هود أحد عشر مقصومه على اثنان وأربعون فإني شريت الحلم بعدك بالجهل خمس ناقص فإن تزعميني كنت أجهل فيكم أبوذ أيب البوذلي وأي غريم للتقاضي غريمها ست ناقص تعلم ليلي أيبين تدينت المجنون ولا مجعات القلب حتى تولتي سبع ناقص وما كنت أدري قبل عزة ما ألبك كثير تمانية ناقص والصلام علي يوم أولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا مريم تسعة عشر مقصومه على ثلاثة وثلاثون بأيما كانوا ضعفا ولا عزة تسعة ناقص ألكني إلى قوم الصلامة رسالة ألكني أرسلني عمرو بن شأس الأسدي عشرة ناقص ربنا إنك جامع ناسر يوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف المعادة آل عمران ثلاثة مقصومه على تسعة وبالشامي أخرى كيف يتقياني أحد عشر ناقص إلى الله أشكو بالمدينة حجة ألف رزق وقد نهلت من المثقفة السمرو أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطناة من دونكم لا يألونكم خبالا وبدوا ما عندتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون آل عمران ثلاثة مقصومه على مئة وتمانية عشر نوادب لا يميلن هو موائح ستة عشر ناقص وفيهن ناقص والأيام يعترن بالفتى ناقص معني بن أوف بدا لك في تلك القلوص بداء سبعة عشر ناقص لعلك ناقص والموعود حق لقائه ناقص محمد بن بشير الخارجي قد أحوجت سمعي إلى ترجماني تمانية عشر ناقص ثمانين ناقص وبلغتها ناقص عوف بن محلم الخزاعي لقد نطقت بطلا علي الأقارع تسعة عشر ناقص لعمري ناقص وما عمري علي بهين ناقص النابغة أقوى مؤال حسن النساء عشرون ناقص وما أدري ناقص وسوف ناقص أخال ناقص أدري واحد وعشرون ناقص فكيف تبتقون إن كفرتم يوما يجعلوا الولدان شيبا المذمل ثلاثة وسبعون نقصومه على سبعة عشر فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي اثنان وعشرون ناقص لا تجزعي إن منفثا أهلكته النمر بن طولب ثلاثة وعشرون ناقص ولقد كانوا عهدوا الله من قبل لا يولون الأذبار وكان عهدوا الله مسؤولا الأحزاب ثلاثة وثلاثون نقصومه على خمسة عشر نكن مثلا ناقص يا ذئد ناقص يا صاحباني أربعة وعشرون ناقص عشة فإن عهدتني لا تخوني الفرزق ختم وتطبيق في أعراب الجمل للجمل في نص ما ما للكلمات في الجملة فهي أجزاء تؤلف الناس وإعرابها هو معرفة علاقاتها بعضها ببعض العلاقة التي يحددها المعنى وعلى المعرض أن يتفق إلى الروابط اللفظية بين الجمل التفاته إلى العلاقات المعنوية فما تستوعب المعنى وأجزاؤه استطاع أن يتطبق ما تقدم من قواعد تطبيقا فديدا يزيد المعنى وضوحا وتحديدا في ذهنه وعليه ناقص حين تقسيم الفقر إلى جملها ناقص ألا يحكم على ابتداء جملة إلا بعد استيفاء الجملة السابقة ركنيها المسند والمسند إليه وعندئذ ينظر في علاقتها بما قبلها ليتبين أعرابها بما على ذلك ونلسك الانتباه إلى أنه كما يكون للجملة الواحدة أعراب يكون لمجموع من الجمل إعراب كذلك سمقول القول مثلا مجموعه في محل نصف مفعول به لقال لكن كل جملة فيه يجب أن ينظر إليها مستقلة جملة هو الأولى ابتدائية لأنها أول ما تكلم به القائل والتي بعدها بحسب علاقتها بها وهكذا وإليك تطبيقا في إعراب الجمل أجعيناه على النص الآتي بعد أن رقبنا جمله للتيسير في بليوان حميد بن ثور كان واحد عمر بن الخطاب حظر إثناني على الشعراء فضح النساء في أشعارهم وآلي ثلاثة ألا يؤتي أربعة برجل شبب خمسة بمرأة إلا جلبه ستة فقال سبعة حميد بن ثور الهلالي ناقص وكانت ثمانية له صحبة ناقص سوى أنني اثنى عشر قد قلت وثلاثة عشر يا سرحة أربعة عشر إسلامي خمسة عشر وما تسع لي عشرات من بنب إليهم أتيته أحد عشر والعرب ستة عشر تكني سبعة عشر عن مرأة بالسرحة وقال ثمانية عشر من قصيدة وقد حان واحد وعشرون من شمس النهار خفوق وقلت تسعة عشر لعب الله يوم لقيته عشرون به الشلو الثلاثة وعشرون غيث دائم وبروق سقى اثنان وعشرون الصلحة المحلالة بالأبطرح الذي من السرح ناقص مسدود علي طريق وهل أربعة وعشرون أن ناقص إن عللت خمسة وعشرون نفسي بسرحة عليها برامة طامعين شفيق حمى ستة وعشرون ظلها شكس الخليق خائف وهل الفيئة منها بالعشر يتذوق تسعة وعشرون فلظل سبعة وعشرون منها بالضحي تستطيعه تمانية وعشرون أعراب جمل النص ما بين الزاويتين وهو كل النص في محل رفع مبتدأ خبره الجار والمجرور في ديوان واحد ناقص جملة كان ابتدائية لا محل لها من أعراب اثنان ناقص حظر في محل نص خبر كان ثلاث ناقص جملة آري في محل نص معتوف على جملة حظر السابقة أربع ناقص جملة يؤتي لا محل لها فلة الموصول الحرفي أن الأصل أن لا يؤتي والنصدر المؤول في محل نص بنزع الخاصد على والتقدير آلي على ألا يؤتي خمس ناقص جملة شبب في محل جر صفلي رجل ست ناقص جملة جده في محل نص حال من نائب الفاعل في يؤتي التقدير إلا جابدا إياه سبع ناقص جملة فقال لا محل لها معتوف على جملة كان الابتدائية ثمانية ناقص جملة وكانت له صحبة اعتراضية لا محل لها اعترضت بين فاعل فقال ومفعولها وهو البيت تسع ناقص البيت كله في محل نص مفعول به ذي قال عشرة ناقص جملة وما لي حسب ما قبلها لم يذكر المعطوف عليه فلم يعرف محل المعطوف أحد عشر ناقص جملة أتيته في محل جر صفلي ذنب المجرور لفظا بحرف الجر الزائد والمرفوع ما حيان على الابتداء اثنى عشر ناقص جملة أنني مؤولة بالمصدر في محل جر مضاف إليه التقدير سوى قولي ثلاثة عشر ناقص جملة قلت في محل رفل خبر أنني أربعة عشر خمسة عشر ناقص جملة يا سرحة ابتدائية جملة إسلامي جواب النداء لا محل لها والجملة تاني مع مقول القول في محل نص مفعول به ذي قلت ستة عشر ناقص جملة والعرب اعتراضي بين جملة فقال سبعة وقال تمانية عشر المتعطفتين سبعة عشر ناقص جملة أكني في محل رفل خبر العرب تمانية عشر ناقص جملة وقال معطوف على جملة فقال سبعة لا محل لها من العراب النص الشعران جمه تسعة عشر ناقص تسعة وعشرون في محل نص مقول القول تسعة عشر ناقص جملة وقلت بحسب ما قبلها عشرون ناقص جملة لقيته في محل جر مضاف إليه أضيف إليها ظرف يوم واحد وعشرون ناقص وقد حان في محل نص حال من فعل لقيته والرابط واو الحال اثنان وعشرون ناقص البيت كله مقول القول لي قلت تسعة عشر جملة سقى ابتدائية 23 ناقص جملة به الشر صلة الموصول الذي لا محل لها من العراب 24 ناقص جملة وهل أن استئنافية انتقل إلى معنى جديد 25 ناقص جملة إن عللت معطرد بين المبتدأ والخبر لا محل لها 26 ناقص جملة حمي ظلها استئنافية لا محل لها جملة خبرية بعد جملة استفهامية 27 ناقص فلظل استئنافية فعلها محذوف وجوبا لأنه فسرت 28 ناقص تستطيعه مفسرة للجملة المحذوف وجوبا تستطيع لا محل لها 29 ناقص جملة تذوق لا محل لها معطوف على الجملة 27 29 ناقص جملة حدًا كثير من النحا لا يقولون بوقوع الجملة في محل فعل إلا إذا أريد بها لفظها والمعنى لا يكرهم على ذلك ولم يأتوا بمثور مقبولي هذا المعنى فقد قالوا إن الفاعل في المثال الأول مصدر تبين والتقدير تبين لهم تبين وجملة كيف فعلنا بهم بدل من المصدر المقدر أو المفسر له فوقعوا فيما هربوا منه والتأويل الواضح تبين لكم حال فعلنا بهم انظر فاق 273 قالي أقسم المحلال الذي يحل النس فيه كثيرا الشر الحنظل الأعلال إما التغييرات الصرفية التي تعتري حرف العلة اجتمابا للثقل أو التعذر تسمى أعلالا وتكون إما بالقلب وإما بالحف وإما بالإسكان الأفهم ذا على العصى ناقص الإعلال بالقلب واحد ناقص قلب الألف علمت أن الألف الثالثة مثل دعا ورمي تورد إلى أصلها مع ضمائر الرفع المتحركة فتقول دعوت ورميت ونحن دعونا ورمينا وهن دعونا ورميني وإن كانت رابعة فصاعد المثل أبقى ويستدعى قلبت يا مثل مبقيت وهن يستدعين وفي الأسماء تنقلب الألف الثالثة واوان حين التصمية والجمع إن كان أصلها واوان فتقول في عطى هاتاني عصوان وضربت بعصويني وتقول في نداء اثنين اثن كل منهم رضا يا ردوان وفي نداء جماع إننا يا ردوات وفي غير هذه الحالة تقلب الألف يا سواء أكانت ثالثة أم رابعة أم خامسة أم سادسة فتقول في تثنية هداوى مصطفى هديان ومصطفياني وتقلب الألف يا إذا وقعت بعد يا التصغير فتقول في تصغير خطاب والغزال خطيب وغزيل وإذا وقعت الألف بعد حرف مضموم قلبت ووانك المجهول من بايع فتقول فيه بويع وإذا وقعت الألف بعد حرف مكسور قلبت يا كجم مفتاح مفاتيح وذلك لعدم إن كان تحريك الألف بالضمن أو بالكسر اثنان ناقص قلب الواوياء إذا سببتوا الواوي بكسر قلبت يا في أربع مواضع الأول إذا سكنت كافيغة مفعال في مثل وزن ووقت فتقول ميزان وميقات بدلا من ماوزان وموقات والثاني إذا تطرفت بعد كسر فمن ردوان نقول رضي ويستردي بدلا من نضوي ويستردو واسم الفاعل من دعاء الداعي بدلا من الدعو والثالث إذا وقعت ألواو حشوا بين كاسر وألف الأجوث المعطل العين مثل أصيام والقيام والعيادة بدلا من أصيام والقوام والعيادة لأن ألف الأجوث فيهن أصلها ألواو والرابع إذا اجتمعت الواوالياء والأصليتان وسكنت السابقة منهما سكونا أصليا قلبت الواوياء فاسم المفعول من رمى كان ينبغي أن يكون مرموي لكن اجتماع الواوالياء وكون السابقة منهما ساكنة قلب الواوياء فانقلبت الصيغة إلى مرمي وكذلك تصغير جر كان أصله جري فقلب إلى جري وكذلك هؤلاء مشاعر كوي أصبحت هؤلاء مشاركية وفيود أصبحت سيد وهكذا ثلاث ناقص قلب الواوالياء ألفا إذا سكنت الياء بعدما قلبت ووان كاسم الفاعل من أيقنة فهو نوخ بدلا من ميقن أربع ناقص قلب الواوالياء ألفا إذا تحركت الواوالياء بحركة أصلية في الكلمة بعد حرف مفتوح قلب كل منهما ألفا مثل رمى وغزى وقال وباع وأصلاها رمى وغزو وقوى الوبيع ويستثنى من ذلك واحد ناقص معطل العين إذا وليه ساكن مثل طويل وخورنق وبيان وغيور أو إذا كان على وثن ساعل وصفته المشبه على أفعل مثل عور عورا وهي فيه يافا أو كان واوي على وسن افتعل ودل على المشاركة مثل اجتاور خالد وسغين أما فريد وسعاد فالزوجة وكذلك مصدراهما أو إذا انتهى بذيادة خاصة بالأسماء مثل جولان وهيمان أو إذا انتهى بحرف أعل هذا الإعلال مثل الهوى والجول أو إذا أتى بعضه ألف ساكنة أو ياء مشددة مثل بيان وفتيان نامية وعلوي باء ناقص الإعلال بالحفف واحد ناقص إذا اتقاس كنان أحدهما عل حفف حرف العل كما مر بكثم مثل هذه الكلمات قمت وابعتم وهن يخفن وهذا محام بارع وذاك فتيا الشام فإذا كان ما بعد العل حرفا مشددا تدحد فمثل هذا جاد في عمله ومثل الآخر إذا جزم مضارعه أو البني منه فعل الأمر حذفت علته مثل لم يقضي وميافتي والمثال الواوي مكسور عين المضارع تحذى سواه في المضارع والأمر مثل وعدي عدعد جناقص الإعلال بالإسكان يستثقنون تحريك الواوالياء المتطرفتين بعد حرف متحرك بالضنم أو الكثير إثقال ذلك على أسنتهم فيسكنونهم مثل يتع القاضي إلى الصمح في النادي الأصل يتع القاضي إلى الصمح في النادي وفي قولنا القضاء يدعون الأصل يدعون وعند تطبيق القاعدة تجتمع واوان ساكنتان فتحذى سلامة الكالمة التي استثقل عليها أضم وتبقى واو الجماعة أما مثل مقول فأصلها مقول نقلنا حركة الواو إلى الساكن قبلها لأنه أحق من العل بالحركة فاجتمع علتا مساكنتان فحذفنا الأولى وأبقينا وصيغة مفعول الأبدال الأبدال تغيير حرف بحرف يزال المبدل منه ويوضع المبدل مكانه وهو إما سماعي مرجعه مطون اللغة فلا علاق له ببحثنا وإما قياسه والأحراف التي يقص وضعها غيرها عشر جمعت في هاتين الكلمتين هدأت موطية منها ثلاثة حروف علا سمعوا أبدالها أعلاما ولها بحث خاص سبقوا إليك بعض كلام على الباقي واحد ناقص الألف الأسم المنون المنصوب بتقلب من تنوينه ألفا حين الوقف فنقول في أشتريت قلم من أخيك أشتريت قلم إذا وقفت على كلمة قلم اثنان ناقص الهمزة إذا تطرفت ألواء أو ألياء بعد ألف ساكنة قلبت همزة مثل سماء وقضاء والأصل سماو من سموتة وقضايا من قضيتة وكذلك الألف إذا تطرفت بعد ألف قلبته مزة مثل صحراء وخضراء وكذلك ألف صغة فاعل من الأجوث مثل قائل وضائع أصلهما قاول وضائع وحرف العلة الزائد ثالثا في المفهد الصحيح مثل صحابة وصحيفة وعجوذ يقلب همزة عند تكثيره على فعائل صحائب وصحائف وعجائد إذا أردنا جمع مثل الواقية والوافلة جمع تكثير مثل شواعر اجتمع في أول هو واني الواقي والوافل سواجب إبدال أولاه ما همزة فنقول الأواقى والأواصل وكذلك في التصغير نقول أو يصل بدلا من ووافل وكل كلمة اجتمع في أول هو واني ثانيتهما أصلية وجد قلب أولاهما همزة ثلاث ناقص التاء تقلب ثاء المثال تاء في وزن استعل مثل اتصل وتقى وتسر الأصل أو تصل وتقول ويتس من الوصل والوقاية واليسر أربع ناقص أبدل إذا وقع التاء استعل بعدال أو ذال أو ذاي تقلب دالا مثل أدال من الدين واذذكر من الذكر واذذهر من الزهر والأصل أبتدان أتذكر الزهر خمس ناقص التاء إذا وقع التاء استعل بعد صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء انقلب التاء لصعوبة الانتقال من حرف شديد إلى حرف خفيف مثل افتبر من الصاب واضطرب من الضرب واضطرد من الضرب واضطلم من الظلم والأصل أفتبر أضطرب أبترب ارتلم ملاحظة ناقص إذا كانت فأأتلم أطاء أو ذال أو ذال أو ذايا أو صاد أو ضاد أو طاء أو ضاء أن في وزن تفاعل أو التفاعل أو التفاعل جاز في ذلك اتباع القاعدة العامة فنقول مثلا تثاقل وتذاكر وتزين وتضرع وتطرب وتدحرج وجازم إضغام التاء في الحرف الذي بعدها وجلب ألف الوصل حتى لا يبدأ بساكن فنقول الثاقلة وأذاكر والزينة والضرعة والطربة والحرجة ست ناقص الميام إذا وقعت النون الساكنة والتنوين نوين ساكنة قبل باء تقلب ميما في ألف وتبقى على حالها خط مثل من بغى على أخي فقد أخطأ خطأ بينا تلفظ منبغي وخطأ بينا سبع ناقص ألها تاء التأنيث في الأسماء المفردة يوقف عليها ها فنقول هذه فتاة وهي فاضلة فتنفذ الكلمة الأولى فتاه والثانية فاضله الوقف لا يبدأ بساكنا ولا يوقف على متحرك هذا أصل مضطرد الرعاية في اللغة العربية لذلك رأينا الإشارة إلى بعض أحكام الوقف إذ هي تغيير للطري بعض الأحرف ومن هنا مر بعض أحكامها في الأدال وإليك بعض الزيادة واحد ناقص تقلب نون التوكيد الخفيفة الفنحين الوقف يا خالي ذهبا تقرأها يا خالي ذهبا ولذلك يكتبها كثير من أصادر العلماء تنويما وكذلك رسمت في المصحف لنسع بالناصية إثنان ناقص المنقص المحلي بألي يوقف عليه غالبا مثل مررت بالقاضي والمنقص المنون بالرفع أو الجر يوقف عليه بالسكون غالبا مثل ولكل قوم هاد ثلاث ناقص المقصور يوقف عليه بالألف على كل حال مررت بهذا الفتاة ووقفت على فتاة أربع ناقص إذا وقفت على هاء الضمير المكسورة أو المضمومة حذفت إشفاعها ثم أسكنتها مررت به هذا كتابه وفيما عدا ما تقدم إن كانت الكلمة متحركة أسكنت حركتها في الوقف قرأت هذا الكتاب وإن كانت ساكنة أدقيتها في الوقف على سكونها مثل من وإذا وكذبها وكتابها هاء السكت هاء الساكنة تلحق ما الاستفهامية إذا جرت بحرف جر وذلك لأن ما ألفها يجب حفها حينئذ فتبقى حرفا واحدا فمحافظة على حركتها أوجبوا أن تلحقها أحين الوقف مثل لمه وثيمه وعمه هذا هو الأحسن مع جواز قولنا لم ثيم عم أما إذا أتت بعد اسم ضاف فيجب حينئذ إلحاقها أساكت تقول لمن استغربت قراءته فسأيته عن حقيقتها قراءة مهن وكذلك يجب إلحاقها بأمر اللفيف المفروك وبمضارعه المجزوم فتقول بوعدك فيه أنت بوعدك لم تفه ويجوز إلحاقها بكل متحرك بحركة بناء أصليح كالضمائر وأسماء الإشارة وأسماء الموصول وأسماء الاستفهام وأسماء الأفعال مثل ما أغنى عني ماليه أعجبا لقول كنا يساوي قول كنه بداري إلى اللعب داره يساوي بدار مرحبا مرحبا كتابة الهمزة ليس للهمزة حرف خص يصورها وجل العلماء على رسمها رأس عين هكذا همزة على السطر على ألف أوياء أوياء غالبا والأصل الذي اتخذوه أن يجعلوها على الحرف الذي تسهل إليه إذا خصفت في رأس وبئر وسؤل تسهل إلى رأس وضلل وسؤل فوضعوها لذلك على ألف أوياء أوياء مراعا لما تسهل إليه وقد أورى كتابتها إفلاح بعض إفلاح حتى آلة اليوم إلى سهولة ويختلف إفلاح بغض الناس عن إفلاح بعض ونحن إذا اختبنا فيما يجوز فيه أكثر من وجه الوجه الأقيص والأرعال النطق تكون قد اختصرنا كثيرا من أحكامها وآخر الاقتراحات المقدمة ما نشر في مجموعة القرارات العلمية الجزء الثالث لمجمع اللغة العربية في القاهرة وسيبقى هذا الاقتراح أهلا للعمل به إلى أن يبتكر مبتكر صورة واحدة للهمزة لا تتغير أينما وقعت شأنها شأن بقية الحروف وقد تسلح صورتها هذه همزة على السطر على أن يعالجها خطات موهوب بما يجعلها تنسجنية وصورة بقية الأحرف متصلة ومنتصلة ونحن إذا اعتمدنا إلى حد ما اقترح مجمع اللغة في القاهرة فلن يفوتنا أنه خالف في بعض المواضع مذهب مراعى ما تقول إليه بعض التسهيل ويهون الأمر أن لهجة التسهيل تتضاءل في عصرنا وأن الابتجاه العام نحو تحقيق لبار في صورة الهمزة وإليك نص القرار مع شيء من التعليق أو الإضافة التي لابد منها أولا ناقص الهمزة في أول الكلمة واحد ناقص ترسم الهمزة في أول الكلمة ألفا توضع فوقها قطعة همزة على السطر إذا كانت مفتوحة أو مغمومة وتوضع تحتها القطعة إذا كانت مكسورة مثل إنا أكرامني فسوفي أكرمه إكراما اثنان ناقص وكذلك ترسم الهمزة ألفا إذا دخل على الكلمة حرف نحوك فإن وبأن ولأن لأن ولألا وإذا ثانيا ناقص الهمزة في وسط الكلمة واحد ناقص إذا كانت ساكنة رسمت على حرف مجانس لحركة ما قبلها مثل فأسي وبئر وسؤل اثنان ناقص إذا كانت مكسورة رسمت على يا مثل أو إيا ويأسى ومؤين ثلاث ناقص إذا كانت مضمومة رسمت على وامثل قرأوا وشؤون إلا إذا سبقتها كاسرة قصيرة أو طويلة فترسم على يا مثل يستنبئونك ويفتهذئون وبرلئون ومئون ومئة وستمئة أربع ناقص إذا كانت مفتوحة رسمت على حرف من جنس حركة ما قبلها فإن كان ما قبلها ساكنا غير حرف مدة رسمت على ألف مثل يسأل ويأس وجياء وهياء وإن كان هذا الساكن حرف مدة رسمت مفردة تساءل وتساءل ولن يسويه وإن وضوءه إلا إذا وصل ما قبلها بما بعدها فترسم على نظر مثل ما شيئة وبريئة وإن مجيئك خمس ناقص تعتذر الهمزة متوسطة إذا لحق الكلمة ما يتصل بها رسما كالضمائر وعلامات التثمية والجمع مثل جزئين وجزاؤه ويقدعون وشيئه ثالثا ناقص الهمزة في آخر الكلمة واحد ناقص إذا ثبقت بحركة رسمت على حرف مجانس حركة ما قبلها مثل يجوء ويقدع ويستهزئ اثنان ناقص إذا ثبقت بحرف ساكن رسمت مفردة مثل جزء وهدوء وجزاء وشيء ثلاثة ناقص إذا ثبقت بحرف ساكن وكانت منونة في حالة النصب رسمت على نظر بين ألف التنوين والحرف السابق لها إذا كانا يوصلان نحوك بطئا وشيئا فإذا كان ما قبلها لا يوصل بما بعدها رسمت الهمزة مفردة مثل بدأ كتابة الألف المتطرفة كان القيص يقضي أن ترسم الألف المتطرفة ألفا طويل أينما وقعت لأن الكتابة تصوير للنقطة واشتهر بهذا المذهب أبو علي الفارثي ناقص 377 هجرية أحد أعلام المئة الرابعة للهجرة فقد كان يكتب مثلا رمى مصطفى ثم ارتم على الأرض هكذا إما مصطفى ثم ارتم على الأرض غير ملتافة إلى كون الألف ثالثة أو رابعة أو خامسة ولا إلى أصلها وكان أمياءا ولكنه لم يتابع على هذا الأمور أهمها ألف التفرق إشارة إلى أصل الألف الذي انقلبت عنه وهذا يعين على سباب حين التثمية والجمعة الأثماء وحين إضافة الفعل إلى ضمائر ويعصم من للتباس والوقوع في الخطأ أحيانا كثيرة حتى في الأحرف مثل إلى وعلى رسمة ألف هما مقصورة إشارة إلى أنهما تنقلبان إلى حين تضعفان إلى ضمير مثقلي وعليه وأحكم كتابة الألف سهلة يسيرة على كل حال وإليكها في عبارات جامعة ألف همزة على العصى ناقص في الأسماء والأفعال واحد ناقص الأرف الثالثة المنقلب عنوى تكتب ألفا طويلة في الأسماء المعربة والأفعال عصى شدة خطى ربى دوجة غزى نبى سمة عصى على وما عداها يكتب بألف مقصور أي بياء غير منقوطة في الأسماء المعربة مستشفى مصطفى دعوي حما ستي في الأفعال استشفى اصطفى ادعى حمى سعيد والعص الشائع منذ القديم استثناء ما ينتهي بياء قبل هذه الألف وكتابتها ألفا طويلة حتى لا تجتمع ياءن في الرسم مثل استحيا أحيا تزيى في الأفعال ومثل الدنيا الزوايا الوصايا في الأسماء ثم اصطلحوا على كتابة الأعلام من هذا الصنف منتهية بالياء حسب القاعدة القياسية مثل يحي ريي تفريقا بين العلم وغيره أما الأعلام الأعجمية المنتهية بالألف فتكتب جميعا بألف طويلة مثل بلجيكا ياسا حيفا داريا زلخة بحيرة بيفيرة إلى آخره إلا أربع أعلام رسموها بالياء هي موسى وعيسى وكثري وبخاري اثنان ناقص في الأسماء المبنية تكتب الألف المتطرفة ألفا طويلة مثل إذا مهما أن أينما حيثما إلا أربع أسماء جروا على رسم ألفها ألفا مقصورة هي أن متى لدي الأولى سواء أكانت اسم موصول بمعنى الذين أمسمي إشارة جمعا لهذا ويزاد على الأخيرة هاء التنبيه في الأول وهما الزه في الآخر ستصبح هؤلاء باء ناقص في الحروف حروف المعاني المنتهية بألف ساكنة ترسم ألفها طويلة مثل لا ألا كلا هلا لوم لولا ما إذما إلى آخره إلا أربع أحرف جروا على رسم ألفها ألفا مقصورة هي إلى وعلى وبلا وحتى تنبيه ناقص المهموز إذا سهلت همزته فحدثت وكان قبلها ألف طويلة تبقى على رسمها الأول وإن كانت خماسيا الأحرف أو سباسيتها في الأسماء والأفعال على السواء في تفيأ وقرأ واستقرأ واستجأة إلى آخره تصبح بعد تسهيل الهمزة تفيأ وقرأ واستقرأ وتجأ دون تغيير في الرسم وكذلك الحال في الأسماء في الحمراء والشهباء والمتوضى والملجأ إذا سهلت تبقى على رسمها الأول الحمراء والشهباء وارمتوضى والملجأ ناقص 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 ن وقد جرى العثم رعاه لحال الهمزة عند التسهيل أن ترسم همزة الكلمات الثلاث الأخيرة على ندرة شبه الياء هكذا لأن لألا إذا وإرى هذا الرسم فيهن إفلحة هذا وإذا أتصلت همزة الاستفهام بألف وصل في فعل أو بإسم حذفنا ألف الوصل اكتفى بألف الاستفهام فنقول في أصطفى واسمك مثبا أصطفى أخوك لنفسه صديقا أسمك خالد وكذلك نفعل فيما بديأ بألي التعريف مثل الغلاء فاحش في بيروت فنرسمها في الاستفهام الغلاء فاحش في بيروت أما إذا مددنا همزة الاستفهام قبل الساكن فالأمر أوضح الغلاء فاحش في بيروت وليس لقائل بأحد الوجهين تخطيئة الوجه الآخر الآن قلت لهم في تنظيم العرف الشاء في رسم الهمزة المتوسطة هذه الجملة ينظر إلى حركتها وحركة ما قبلها فتكتب على حرف مناسب أقوى الحركتين وأقوى الحركات في هذا الكسر فالضنف الفتح فالسكون قلت كانوا قديما قبل إجاب التنقيب تزيدون ألفا بعد مايم مئة فيرسمونها هكذا مئة حتى لا تلتبث بي منه فلما اخترع التنقيب زال الالتبس والتفعة الضرورة لكنهم جروا على إبقاء هذه الألف الزائدة حتى يومنا هذا فجري ذلك على أن فوقعا في خطأ لا أصل له وصرنا نرى كثيرا من العمة وبعض الخطة يلفظونها بالفتح المايم وتسهيل الهمزة يقولون مايو الثماية فحرفوا لغة وإثبات هذه الألف اليوم خطأ فاحش تجب إزالته وبقيت جياء وهياء فاكتبان بنبرة جياء وهيئة حتى اليوم مراعى لحال تسيير الهمزة ولا داعي لذلك فإن أتى بعد هذه الهمزة ألف رسمت مدة هكذا ملآن قرآن جرى العرف الشائع مراعى حال التسهيل في شيء المضافة إلى الضمير فيرسمونها على صورة واحدة رسعا ونصبا وجرا شيءه شيئه 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 ولعل مراعاته أوفق وكذلك إن كان الساكن قبلها يتصل بالضمائر مثل هذا عبثه ويجيئون بريئه وكذا بريئة فإن أتى بعدها ألف تسهيل رسمك مدة هكذا لم يبدأ فإذا نون الاسم مثل نبأ منصوبا اكتفيت برسم التنوين هكذا قرأت نبأا كما تفعل في شربت ماء مذهب الكوفيين في الألف الواقعة ثالثة أن ترسميه إذا كان أول أبتال مه مضموم أو مكسولا ولو كان أصل الألف ألوا ومثل الرب والدجي والعدي إلى آخره وما زال هذا الرسم جاريا على أثنات بعض الأقلام مع أنه ليس له وجه ولا تعليل مقبول وهو مخالف لقياسا وإليك نقاشا جدا في هذا الموضوع بين عالم كوفي ينثل هذا الرأي وعالم بصري ينثل القياس المضطرب لا يخلو إثباته من طراثة حكى أن بعض الأكابر من بنية طاهر سأل أبا العبد الثعلبا أن يكتب له مصحفا على مذهب أهل التحقيق فكاتب وضحي باليائي ومذهب الكوفيين أنه إذا كانت كلمة من هذا أنه أولها ضم أو الكاثر كتبت باليائي وإن كانت من ذوات الواق والبصريون يكتبون بالألف فنر المبرد من أئمة البصريين في ذلك المصحف فقال ينبغي أن يكتب وضحى بالألف لأنه من ذوات الواق فجامع ابن طاهر بينهما فقال المبرد للثعلب لم كتبت وضحي باليائي فقال لضم أوله فقال ولم إذا ضم أول هو هو من ذوات الواق تكتبه باليائي فقال لأن الضم تشبه الواق وما أول هو يكون آخر هلاء فتوهموا أنه أول وواق فقال المبرد أفلا يزول هذا الوهم إلى يوم القيامة إرشاد الأريب لياقو 19 مقصومه على 118 وانظر كتابنا في أصول النحو قصى 190 الطبعة الثالثة مطبع جامعة دمشق سواء كانت ألفه ثالثة أم رابع أم خامسة أم سادثة في الأسماء والأفعال منهم من يزيد على الأولى الإشارية وانبعد الهمزة تفريقا بينها وبين الأولى الموصولة فيرسم الإشارية هكذا الأولى ولا داعي لهذه زيادة فالقرينة في الكلام هي الفارقة يسمح بنسخ وتوزيع هذا الكتاب لأغراض غير تجارية بناء على موافقة ورثة المؤلف رحمه الله وجزاهم الله غيرا أعداد داري الفكر ناقص دمشق السورية قسم البرمجة والإنترنت ترجمة نانسي قنستو开